عبار الزمان للمسعود المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل قال الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله الهزلي المسعود رحمه الله ورضي عنه نبتدئ بحمد الله وذكره وشكره والسناء عليه والشكر له والصلاة على أنبيائه ورسله وملائكته ونخص سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وأصحابه بأفضل صرواته وأكمل تحياته وأسكى بركاته ثم نذكر ما وقع إلينا من أسرار الطبائع وأصناف الخلق مما يكون ذلك مشاكلا لقصدنا ونصل ذلك بذكر ما يجب ذكره من ملوك الأرض وما عملوه من عجائب الأعمال وشيدوه من عجائب البلدان ووصفوه من الآلات المستطرقة والطلاسمات المستعملة وما بنوا من هيكلهم والدعوه وزبروه على أحجارهم على حسب ما نقل إلينا من ذلك نبدأ بما جاء من الآثار الشرعية والملة الحنيفية ثم نذكر ما روي عن الحكماء الأول المتقدمين وبالله أستعين وهو حسب يا ونعم الوكيل وقد سميت كتابي هذا بكتاب تاريخ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران فأنا أقول أما بعد فأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلق خلقه من غير ضرورة كانت منه إلى خلقهم وأنشأهم من غير حاجة كانت منه إلى إنشائهم بل خلقهم ليعبدوه فيجود عليهم بنعمه ويحمدوه فيزيدهم من فضله فيشكروه ويمجدوه كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلم يزدوا خلقه إياهم وإيجادهم مسقال زر ولم ينقصه أفنائهم وأعدامهم وزن شعر لأنه سبحانه لا تغيره الأحوال ولا يدخله الملال ولا تتقاض سلطانه الأيام والليال بل خصهم بإسماع وإبصار وعقول وأفكار يصلون بها إلى الحق والباطل فيعرفون بذلك المنافع والمضار وجعل لهم الأرض بساطا ليسلكوا منها سبلا فجاجة والسماء سقفا محفوظا أنزل منها الغيس المدرار والأرزاق بمقدار وأجرى لهم فيها قمر الليالي وشمس النهار يتعاقبان لمصالحهم دائبين وجعل لهم الليل سكنا والنهار معاشه ومح آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وليعلم عدد السنين والحساب وحين تحل ديونهم وتجب حقوقهم قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق إنعاما منه وطولا وأحسانا منه وفضلا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة فقد مضت ستة آلاف ومئون من السنين وليأتين عليها مؤون ليس عليها موحد لله تعالى وعن نافع عن ابن عمر قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أجلكم في آجال من خل من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست أنا والساعة كهاتين وأشار بالسباب والوسطى وفي حديث سهل بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسير هان وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم خلقه من نور طوله خمسمائة عام وخلق اللوحة المحفوظ من درة بيضاء حافاته من ياقوت أحمر عرضهما بين السماء والأرض خلقهما قبل أن يخلق الخلق والسماوات والأرض فقال للقلم اكتب فقال وما أكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما هو في علم الله؟ ينظر الله تعالى في ذلك اللوح كل يوم سلاسمائة نظرة وستين نظرة فيخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق والسماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء وسئل ابن عباس على أي شيء كان الماء قال على متن الريح فلما أراد البار جل جلاله أن يخلق الخلق صلت الريح العقيم على الماء فطفت أمواجه وارتفع زبده وعلى دخانه وصعد فوق الماء وسمى عليه فسماه الله سماء وجمت الزبد فصار أرضا فجعل الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه فقال نون والقلم وما يسطرون والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على متن الريح فتزلزلت الأرض فأمر الأمواج فأرست عليها جبالا جامدة فاستقرت وسبتت فذلك قوله عز وجل وجعل فيها رواسية من فوقها وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم قال ابن عباس أتت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ابتداء الخلق فقال خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين وخلق الجبال وما فيها من المنافع يوم السلاسات وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الأربعاء فذلك قوله جلت قدرته قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله سواء للسائلين وخلق يوم الخميس السماء والكواكب والنجوم والملائكة وخلق يوم الجمعة الجنة والنار وآدم عليه السلام قالوا ثم ماذا يا محمد قال ثم استوى على العرش قالوا قد أصبت لو أتممت وقلت ثم استراح فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فأنزل الله عليه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وفي رواية أسد بن موسى قال أمر الله تبارك وتعالى السماء أن ترتفع وتسمع وأمر الأرض أن تنبسط وتنخفط فانبسطت فدحاها من موضع بيت الله الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا موج مكفوف ولولا ذلك لأحرقت الشمس والقمر الأرض ومن عليها وبين كل سماء والتي تليها خمسمائة عام وبين السماء السابع والعرش مسيرة ألف عام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده وعن زرارة بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك قط؟ فانطفض ثم قال يا محمد إن بيني وبينه سبعين ألف حجاب من نور لو دانوت إلى واحد منها لحترقت ولما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم أمر جبريل أن ينزل إلى الأرض ويقبض القبضة التي خلقه منها فقالت له الأرض أعوذ بالله منك أن تأخذ مني شيئا فرجع إلى ربه وقال يا رب تعوزت بك مني فأرسل إسرافيل فقال مثل ذلك فأرسل ملك الموت فتعوزت بالله منه فقال ملك الموت إن ربي أمرني وأنا أعوذ به أن أرجع إليه بغير ما أمرني به وروا بعض أهل الأسر أن أول ما أجرى الله الروح في آدم أجراه في رأسه وعينيه قبل سائر جسده فلما رأى سمار الجنة أراد النهوض إليها قبل أن تبلغوا الروح إلى رجليه فلم يستطع فذلك قوله عز وجل وكان الإنسان عجولة فلما خلق الله آدم عجبت ملائكة منه فأمرهم بالسجود له كلهم فسجدوا طاعة لله تعالى إلا إبليس فإنه تكبر وامتلأ حز حسدا ومعصيا فغضب الله عليه والعنه وكان ذلك سبب هبوطه إلى الأرض وأما الحكماء المتقدمون فإنهم يقولون إن الله تعالى جمع الدراري في الحمل فجعل الشمس ملكا وصير عطارت كالكاتب والمشتري كالقاضي والمريخ كالشرطي وكمن يحمل السلاح والقمر كالخازن والزهرة كالصاحبة وزحل كالشيخ المشاور والجوزهر كالمقوم لأمر الفلك وذكرت الأوائل إنه كان في الأرض سمان وعشرون أمة مخلوقة روحانية زوات قوة وبطش وصور مختلفات بحزاء السمان والعشرين منزلة بكل منزلة أمة مفردة ويزعمون أن الأمم الماضية تعالى الله عن قولهم إنما كان تدبيرها للكواكب السابتة وهي ألف كوكب وعشرون كوكب يقطع كل كوكب منها البرج في سلاسة آلاف سنة وهي التي تعمل أعمال كلها وبها يكون جميع الأمور وقال بعض أهل الأسر إن الله خلق الأفلاك من بخار وإنه لما صعد إن عقد وهي سبعة أفلاك وفوقها البيت المعمور وله سلاسمائة وستون بابا جعلت درجا للفلك وإن كل رحمة وبركة إنما تنزل من تلك الأبواب مقصومة على البروج والكواكب حتى تصير إلى الأرض وقالوا إن الله خلق خلقا هو ملء ملكه يسمى الروح ومن فوقه الحجوب وذلك كله داخل في الكرسي وهو قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي وما حوى داخل في العرش والعرش وما حوى داخل في علم الله جلت عظمته وأعلى الدرار السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر وزعم قوم من الحكماء الأوائل أن الكواكب ملائكة وأنه جعل لها من تدبير العالم ما لم يجعل لغيرها فلذلك عزموها وعبدوها وزعم قوم منهم أن الخلق العالي الذين هم الملائكة إثنى عشر صنفا بحزاء البروجة الإثنى عشر وأنهم يتوارسون جعل الله في من شاء منهم حولا وقوة يقدر أحدهم أن يكون في صورة تملأ الأرض عظما ويقدر أحدهم أن يكون في صورة تدخل من خرق الأبرى لطفا ويغوص في تخوم الأرض والبحار والجبال لا يمنعه من ذلك مانع ومنهم من له من الأجنحة مسنى وسلاسة ورباع كما قال الله عز وجل يلتحقون أقطار الأرض كلمحة البصر ومنهم مخلوق من النور ومنهم زرق من نور النار ومنهم شعاعيون ومنهم ملائكة الرحمة ومنهم الخفزة والخزنة وهؤلاء مخلوقون من رطوبة الماء وهم حسان الوجوه سمر الألوان ومنهم مشغولون بعبادة الله لا يعرفون غيرها وهم في صور لا تحصر وقال أصحاب الطبيعة أن الأفلاك لما تم خلقها كانت كالأجسام لكواكبها وكانت الكواكب كالأرواح لها وقال هرموس لما خلق الله عز وجل البروج قسم لها دوامها في سلطانه فجعل للحمل 12 ألف سنة وللسور 11 ألف سنة وللجوزاء 10 ألاف سنة وللأسد 8 ألاف سنة وللسنبولا 7 ألاف سنة وللميزان 6 ألاف سنة وللعقرب 5 ألاف سنة وللقوس 4 ألاف سنة وللجدي 3 ألاف سنة وللدلو ألفي سنة وللحوت ألف سنة فصار للدور 78 ألف سنة والباقي لسائر الكواكب ولم يكن في عدد الحمل والسور والجوزاء حيوان وذلك 33 ألف سنة ولا في الأرض عالم روحاني فلما كان عالم السرطان تكونت دواب بالماء وهوام الأرض ولما استقام الأسد في سلطانه تكونت زوات الأربع من الدواب والبهائم فلما دخل سلطان السنبولا تكون الإنسانان أدمانوس وحيوانوس وكان الطيور في سلطان الميزان وأما مقادير الكواكب عندهم فقالوا أن الشمس أكبر من الأرض بمائة مرة وسلاس وستين مرة والزحل أكبر من الأرض بأحدة وتسعين مرة ونصف مرة والمشتري بأحدة وسمانين مرة والمريخ بسلاس وسبعون مرة والزهرة بنيف وستين مرة وعطارد بسلاس وسلاسون مرة وسلسة مرة والقمر بسبعة عشر مرة وربعة مرة وكانت الشمس كالملك والدراري كما ذكرنا ومن الفلاسفة من يقول أن الكواكب حي ناطق حساسة ومنهم من قال أن لها حاسة السمع والبصر واللمس وليس لها حاسة الزوق والشم لأنها مشتغلة عن ذلك ومنهم من زعم أن الفلك حي مميز لجميع ما فيه زوصورة فكذلك جميع ما فيه بهذه المنزلة وقالوا أن ضياء القمر مأخوز من ضوء الشمس لأنه ما إذا اجتمع لم يكن للقمر نور وقال قوم منهم العالم محدس إلا أنه لا يبدي لأنه حكمة وصنعة حكيم والحكيم لا يفسد صنعته فقر بعنوان ذكر عمر الدنيا فأما ما ذكروه من توقيت الزمان ومدته إلى انقضائه فإنهم قالوا فيه أقوال لا تسلم لهم إنما تسمع وتذكر على ما يتعجب منه لا على جهة التصديق به نعوذ بالله ففي كتاب السند هند الذي عمل منه المش المجع الصطي وغيره من الزيجات أن دوران الشمس من أول سيرها من الحمل إنما سيرها ينقضي على ما حسبوه من آلاف ألف أربعمائة ألف ألف وعشرون ألف دورة لكل دورة سنة والسنة سلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وقالوا إن أصل الدور أربعة ألاف ألف ألف وسلاثمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف عند كل بدء ألف سنة وأما أهل الأسر فزعم قوم أن عمر الزمان إلى آدم عليه السلام سبعة ألاف سنة ورواية محمد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم إلى انقضاء الخلق سبعة ألاف وذكر طلوع الشمس من مغربها قبل انقضاء العالم وقال قوم إذا بلغ القلب خمسة عشر درجة من الأسد كان طوفان نار يحرق العالم بأسره فلا يبقى على وجه الأرض حيوان ولا في البحار وتبقى الأرض خرابا من العالم ثم يستأنف الله عز وجل ما أراد في القلق وكان أرستا طاليس يرى أن الزمان لا يبد ولا ينفذ وأن الطبيعة قديمة وأنه لا أول لها ولا آخر الله تعالى جل جلاله فقر بعنوان ذكر الأمم المخلوقات قبل آدم عليه السلام يقال أنه كانت الجملة ثمانيا وعشرون أمة بآراء المنازل العالية التي يحلها لقمر لأنه المستولي عندهم لتدبير العالم الأرضي بإذن الله تعالى جل ذكره خلقت من أمزجة مختلفة أصلها الماء والهواء والنار والأرض فهي متباينة الخلق ومنها أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة ومنها أمة أبدانهم كأبدان الأسد ورؤوسهم رؤوس لها شعور وأزناب طوال كلامهم دوي ومنها أمة لها وجهان قدماها وخلفها أرجل كثيرة وكلامهم كلام الطير ومنها الجن ومنها صفة الجن وهي أمة في صور الكلاب لها أزناب وكلامها همها ما لا يفهم ومنها أمة تشبه بني آدم أفواههم في صدورهم يصفرون يصفيرا ومنه أمة في خلق الحياة الطوال لها أجنحة وأرجل وأزناب ومنها أمة يشبهون نصف شق الإنسان لهم عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة يقفزون تقفيزا وكلامهم مثل كلام الغرانيق ومنها أمة لها وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب الزلاحف وفي أيديهم مخالب وفي رؤوسهم قرون طوال كلامهم كعوي الزئاب ومنها أمة لكل واحد منهم رأسان ووجهان كوجوه الأسى الطوال لا يفهم كلامهم ومنها أمة مدورة الوجوه لها شعر بيض وأزناب كأزناب البقر يزرقون الناس من أفواههم ومنها أمة في خلق النساء لهم شعور وسدي ليس فيهم ذكر تلقح من الريح وثلت أمثالها ولها أصوات مطربة يجتمع إليها كثير من هذه الأمم لحسن أصواتها ومنها أم في خلق الهوام والحشرات إلا أنها عظيمة الأجسام تأكل وتشرب مثل الأنعم ومنها أمة يشبه دواب البحر لها أنياب كالخنازير بارزة وآزان طوال وبقية السمان والعشرين أمة على خلق لا يشبه بعضها بعضا إلا أنها وحشية المنظم ويقال أن هذه الأمم تنات تجد فصارت مائة وعشرون أمة فقر بأنوان ذكر الجن وأجناسهم وقبائلهم وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هل كان في الأرض خلق من خلق الله تعالى قبل آدم يعبدون الله تعالى فقال نعم خلق الله تعالى الأرض وخلق فيها أمما من الجن يسبحينه ويقدسونه لا يفترون وكانوا إذا يطيرون إلى السماء ويلقون الملائكة ويسلمون عليهم ويتعلمون منهم الخير ويعلمون منهم بخبر ما يجري في السماء ثم أن طائفة من الجن تمردوا وعتوا عن أمر الله عز وجل وبغوا في الأرض بغير الحق وعلى بعضهم على بعض حتى سفكوا الدماء وأظهروا الفساد وجحدوا الربوبية وأقام الآخرون المطيعون على دينهم وعبادتهم وباينوا الذين عتوا عن أمر الله وكان يصعد إلى السماوات عنها للطاعة وخلق الملائكة كما قدمنا ذكره روحانيين زوي أجنحة يطيرون بها حيث صبرهم الله تعالى وأسكنهم ما بين أطفاق السماوات يسبحونه ويقدسونه لا يفترون حتى اصطفى الله تعالى منهم الملائكة فكان أقربهم منه إسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل صاروات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله فصل وأما الجن فذكرت الهند والفرس واليونان ولادات الجن وقبائلهم وأسماء ملوكهم وزعموا أنهم مفترقون على إحدى وعشرين قبيلة وبعد خمسة ألاف سنة ملكوا عليهم ملكا منهم يقال له الملك شمائيل بن أرس جن ثم افترقوا فملكوا عليهم خمسة ملوك فأقاموا بذلك دهرا طويلا ثم أغار بعض الجن على بعض وكانت بينهم وقائع كثيرة وحروب شديدة وكان إبليس منهم وله أسماء كثيرة باختلاف اللغات غير أن اسمه بالعربية الحارس ويكنى أبا مرة عظيم الخلق مطيقا وكان يصعد إلى السماء ويقف في صفوف الملائكة ويشتهد في العبادة فلما بغى بعض على بعض وكانت تلك الحروب بينهم أهبط إلى الأرض في جند من الملائكة فهزمهم وقتلهم وجعل ملكا على الأرض فتجبر وطغى وكان امتناعه من السجود لآدم عليه السلام كما أنبأنا الله عز وجل في كتابه فأهبط في أقبح صورة وأشدها تشويها فإنكره جميع قبائل الجن واستوحشوا منه فلما رأى ذلك سكن البحر وجعل له عرشا على الماء ثم جعل له ولادة كما جعلت لآدم عليه السلام فألقيت عليه شهوة السفاد وجعل لقاحه كلقاح الطير وبيضه كبيضه فذكر بعض العلماء صنوف الجن فزعم أن الشياطين خمسا وسلاسون قبيلة وأن الذين يطيرون في الجو خمسة عشر قبيلة وأن الذين مع لهب النار عشر قبائل وأن مسترقي السمع سلاسون قبيلة ولهذه القبائل كلها ملوك من كل قبيلة لدفع شرهم وحكى أن صنفا من السعالي يتصورون في صور النساء الحسان ويتزوجن برجال الإنس كما حكي عن رجل يقال سعد بن جبير أنه تزوج امرأة منهن وهو لا يعلم ما هي فأقامت عنده وولدت عنده أولادا وكانت معه ليلة على سطح يشرف على الجبانة إذ بصوت في أقصى الجبانة نساء يتألم فطربت وقالت لبعلها أما ترى نيران السعالي شأنك وبانيك استوصي بهم خيرا فطارت فلم تعد إليه ومنهم من تظفر بالرجل الخال في الصحراء أو الخراب فتأخذه بيده فترقصه حتى يتحير ويسقط فتمص دمه ومنهم صنف لا نفارق صور الحياة وربما قتلها الرجل فهلك يحكى أن فتى من الأنصار قريب عهد بعرس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقدمه يوم الخندق وأن يلم بأهله فأزن له فلما انتهى إلى منزله وجد امرأته قائمة بالباب فأدركته غيرة وأهوى إليها برمحه فقالت له لا تعجل وادخل حتى تنظر ما على فراشك فدخل فرأى على فراشه حية عظيمة فطعنها برمحه فقتلها فمات هو من ساعته وتذكر العرب عن عبيد بن الأبرس الأسدي أنه خرج في سفر له يريد الشام مع نفر فلما صار ببعض الطريق ازهو بشجاع يلهس عطشا وقلفه حية سوداء تطرده فنزل فقتل الحية السوداء وحلى ذونه وبضخ على الشجاع من الماء فشربه وانساب حتى دخل حجره ومضى عبيد حتى قضى حوائجه بالشام فلما انصرف أقفى وهو في مفازة فلما انتبه وجد قلوسه قد ضل وهو على غير الطريق فأقام مكانه فلما جن الليل إز بهاتف يقول يا صاحب البكر البعيد مذهبه ما عنده من زي رشاد يصحبه دونك هذا البكر من تركبه حتى إذا الليل تولغ يهبه وأقبل الصبح ولاح كوكبه فبعد حط رحله تستلبه فلما سمع عبيد ذلك من الهاتف التفت فإذا عنده بكر كأحسن ما يكون فركبه فسار به بقية ليلته فأصبح في منزله وكان بينه وبين منزله 21 مرحلة فنزل عنها وأنشأ يقول يا صاحب البكر قد أنجبت من عطب ومن حمام يظل المسلج الهادي ارجع حميدا فقد أوليتنا مننا جوزيت من رائح الخير أوعادي فأجابه البكر أنا الشجاع الذي ألقيتني رمضا في مهمة نازحا أهله صادي فجدت بالماء لما ظن حامله رويت منه ولم تملم بأنكادي الخير يبقى وأن طال الزمان به والشر أخبس ما أوعيت من زادي ثم قال أن الأسود الذي رأيته يطردني عبد من عبيدي أراد قتلي فكفيتني شره وأرويتني من زمأي ولن يضيع الخير وأستحلف الله عليك وعن ابن عباس صدي الله عنه أنه قال أكثر الحيوان أدى جن صفة الجن وأن الكلاب من الجن فإذا رأوكم يأكلون فألقوا إليهم من طعامكم فإن لهم أنفسا يعني يأخذون بالعين والعرب تسكر راقبا على جمل في قدر الشات وقد وفد عليهم بسوق عقوز نادى ألا من يهبني سمانين بكرة هجانا وآدما فلم يجب أحد فلما رأى ذلك ضرب جمله وطار به بين السماء والأرض كالبرق فتعجب منه فحدسهم رجل قال لقيت رجل في بعض المفارز راكبا على نعام وعينيه مشقوقتان بالطول وجهه فأخذني منه روعة ثم استوقفته فقلت له أتروي شيئا من الشعر قال نعم وأقرضه وأنشدني أتاركة تحتيها قطام وضن بالتحية والسلام حتى أتى على آخرها فقلت له هيهات سبقك إليها أخو بني زيبان فقال أنا والله يا أخي نطقت بها على لسانه بسوق عقاز وكنت قلتها قبل ذلك بأربعمائة عام ويقال أن الله تعالى خلق ألفا وعشرون أمة حزاء الكواكب الثابتة منها في البحر ستمائة أمة ومنها في البر أربعمائة أمة وعشرين أمة أحسنها الإنسان وأتمها وأحبها إلى البار سبحانه وتعالى وأفضلها فإنه خلق على صورة إسرافير عليه السلام هو أقرب الملائكة إلى الله تعالى وفي التوراة خلق الله تعالى آدم على صورته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وفي الحديث لا تضرب الوجوه فإنها على صورة إسرافير عليه السلام وفي الحديث لا تلج بالنظر إلى وجوه المرد فإن فيها لمحات من الحور العين ويقال أن في الإنسان من كل الخلق فلذلك سخر له جميع الحيوان وصلت عليها فاقتنصها وذللها وثخر أكثر وجمع له المأكول من النبات والحيوان البهيم والوحش وغيره وله خلقت اللذات جميعا وعمل بهذه الأعمال وله المنطق والضحك والفكر والفطنة واختراعات الأشياء وله خاطب البار عز وجل وعليه وقع الأمر والنهي والإنسان هو الذي استنبط الأشياء وجمع العلوم وعمل الآلات وأسار المعاد وأخرج ما في قعور البحار وسخر له كل شيء ومن العجائب خلق النسناس وهو كمثل نصف الإنسان بيد واحدة ورجل واحدة ويسب وسبا ويعدو عدوا شديدا وكان ببلاد اليمن وربما كان ببلاد العجم والعرب تصيده وتأكله وفي بعض أخبارهم أن السيارة وقعوا في أرض كثيرة النسناس فصادوا واحدا وزبحوه وطبحوه وكان سمينا فلما جلسوا يأكلونه قال أحدهم لقد كان هذا النسناس سمينا فقال نسناس آخر قد اختفى في شجرة بالقرب منهم إنه كان يأكل السر فلذلك سم فنبههم على نفسه فأخذوه فزبحوه فقال آخر من شجرة أخرى قد اختفى فيها عنهم لو كان عاقلا صمت ولم ينطق فأخذوه وزبحوه فناداهم نسناس آخر تخبأ في بعض خروق الأرض أني قد أحسنت فلم أتكلم فأخذوه فأخذوه وزبحوه وكان لهم فيها قوت وقيل أنه يتغذب السمار والنبات ويصبر على العطش وقيل وقيل ومما يشبه ومما يشبه من يقطعها وهي تشبه النساء وأطيب رائحة وألز مباضعة وهذه الأرض أطيب رائحة من الكافور وليس بها إنس وإنما يحكى ذلك عنها أهل المراكب الزقطوا إليها ومنها خلق بحرية على شبه النساء يقال لها بنات الماء في صورة النساء الحسان زوات الشعور البسط لها فروج عظام وسديي كلامهم لا يكاد يفهم ولهم قهقها وحكى بعض البحريين أن الريحة ألقتهم إلى جزيرة فيها شجر وأنهار عزبة وأنهم كانوا يسمعون ضوضاء وضحكة فكمنوا لهن وأخذوا منهن امرأتين فألقوهما وأقامتا مع الذين أخداهما يقعان عليهما في كل وقت ويجدان لهما لزة عجيبة وأن أحدهما وسق بصاحبته فأرسلها من وساقها فهربت إلى البحر ولم يرها بعد ذلك وبقيت لأخرى فلما حصلت في المراكب رحمها صاحبها فحل وساقها فحملت منه وولدت له ولدا زكرا وأنهم ركبوا في البحر فلما كان ذلك بيوم ظهرت له وألقت إليه صدفا فيها درر النفيس قال المسعود رحمه الله وقد ذكرنا من أخبار الروحانية على ما نقل إلينا والله أعلم بخلقه ومن أشياء كثيرة على طريق التعجب لا من طريق التصديق فمن قرأ كتابنا هذا فليعلم العزر فيما أوردناه وبالله التوفيق والتزديد والمعونة والتأييد ذكر الأرض وما فيها روية ابن عبد الحكم قال خلقت الأرض على صورة الطائر رأسه وصدره وجناحاه ورجلاه وذنبه فالرأس مكة والمدينة واليمن والصدر الشام ومصر والجناح الأيمن العراق إلى الواق واق وأمم السند والهند والجناح الأيسر ناسك ومنسك ويأجوج ومأجوج وأمم كثيرة والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس والبحر الأسود وفي الحديث أن الله عز وجل خلق مدينتين واحدة في المشرق واسمها جابلفة وأخرى في المغرب واسمها جابارضة طول كل مدينة عشرة ألاف فرسخ لكل مدينة منها عشرة ألاف باب بين كل بابين فرسخ للباب كل ليلة عشرة ألاف رجل لا تلحقه من نوبة إلى يوم القيامة وأنهم يعمرون سبعة ألاف سنة إلا ما دونها ويأكلون ويشربون ويتناكحون وفيهم حكم كثيرة ولهم خلق عظام تام وأن هتين المدينتين خارجتين عن هذا العالم لا يرون شمسا ولا قمرا ولا يعرفون آدم ولا إبليس يعبدون الله تعالى ويوحدونه وأن لهم نورا يسعون فيه من نور العرش من غير شمس ولا قمر وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر بي جبريل عليه السلام ليلة أسر يبي عليهم فدعوتهم إلى الله تعالى فأجابوني فمحسنهم مع محسنكم ومسيئهم مع مسيئكم روى وهب بن منبه بإسناد له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى سمانية عشرة ألف عام الدنيا منها عالم واحد وما العمران في الدنيا إلا كخردلا في كف أحدكم وقال بعضها للأسر فيما رواه أن الله عز وجل أن لله عز وجل دابة في مرج من مروجه والمرج في غامض علمه رزقها في كل يوم مثل رزق العالم بأسره سبحان القادر على كل شيء فقرى بعنوان ذكر البحر المحيط وما فيه من العجائب ويقال أن فيه عرش أبليس لعنه الله فوق البحر المظلم يتشبه بالبارع عز وجل ويحمله نفر من الأبالس والعفاريت العظام لحمله ويحيط به عفاريت من الجن الذين هم في طاعته فمنهم من في لججه لا يفارقه ومنهم من يتصرف عن أمره وأنه لا يزول مرتبته إلا إلى من يطمع في فتنته أو عبد صالح يريد كيده والباقون من أعوانه الذين يسعون إلى الناس ويضلونهم وسجنه في جزيرة منه يحبس فيه من خلفه من الجن والشياطين وفيه هيكل سليمال النبي عليه السلام وفيه جسده وهو قصر عجيب في جزيرة وفيه مواضع لا تزال على مر الزمان ترمي نارا ترتفع على مئة زراع وفيه أسماك طوال الحوت مدة أيام وكل صورة عجيبة مختلفات الأشكال والصفات الملونة في كل لون من الألوان وفيه مدائن تطفع على الماء وتغيب عنهم وفيه السلاسة أصنام التي عملها إبرها أحدها أصفر يومئ بيده كأنه يخاطب من جاوره ويأمره بالرجوع والصنم الثاني أخضر رافع يديه باصط لهما كأنه يريد العين تذهب والصنم الثالث أسود مفلفل الشعر يومئ بإصبائه إلى البحر من جاز هذا المكان غريق مكتوب على صدره هذا ما صنع أبرهة زلمنار الحميري لسيده الشمس تقربا إليه وحكي أن فيه كالحصون ترتفع على الماء ويظهر منها الصور الكثيرة وتغيب في الماء ويقال أن عمق هذا البحر يختلف فمنه ما لا يلحق قعره ولا يدري ومنه ما يكون سبعة ألاف باع وأكسر وأقل منه ما يكون في شجر كالمرجان وأما البحر الأسود الزفتي وهو متصل به وهو شديد نتن ليس فيه غير القلعة الفضية قيل أنها معمولة وقيل أنه خلقه ويخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من بلاد الغرب بحر فارس إلى بلاد الصين وهو بحر ضيق فيه مغابض اللؤلؤ وقيل أن فيه 12 ألف جزيرة و800 جزيرة وفيه الدر دور موضع يدور فيه الماء فأذا سقط فيه مركب لم يزل يدور فيه حتى يتلف وفيه كسير وعوير وهما جبلان وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شتى وحيتان ملونة منها ما يكون طوله مئة زراع ومئتي باع وأقل وأكسر يأكل بأضهم بعضا وفيه جزائر تنبت الزهب وبها معادن الجواهر وفيه 300 جزيرة عامرة مسكونة فيها ملوك عدة ويقال أن في هذا البحر قصرا من البلور على قلعة تضيء طوال الدهر بقناديل فيه لا تنطفئ وبعد هذا بحر لا يدرك عمقه ولا يضبط عرضه تقطعه المراكب بالريح الطيبة في شهرين وأكسر وليس في البحر المحيط أكبر منه ولا أشد هولا وفيه من جميع المعادن من الزمرد ومنابط القنى والخيزرون وفيه أيضا كل سمكة يكون طولها 400 زراع وأقل وأكسر وسمكة صغيرة بقدر الزراع فإذا طغط هذه السمكة وبغط وآزت سمكة البحر ومراكبه سلطت عليها هذه السمكة الصغيرة فصارت في أزن هذه الكبيرة فلا تفارقها حتى تقتلها وربما لم تقرب الكبيرة ذلك الموضع حوفا من الصغيرة وفيه سمكة يحكى وجهها وجه الإنسان تظهر في الماء وفيه أسماك طيارة تطير ليلا وترعى الندى فإذا كان قبل طلوع الشمس رجعت إلى البحر وفيه سمكة تكتب مرارتها الكتابة فتقرأ بالليل وفيه سمكة خضراء دسمة من أكل منها اعتصم عن الطعام أياما كثيرة لا يريد زوقه وفيه سمكة لها قرنان كأنهما قرنان سرطان يرميان بالليل ناره وفيه سمكة مدورة يقال لها المصح فوق ظهرها كالعامود مستحدث الرأس لا تقوم لها سمكة في البحر لأنها تلقاهن بهذه القرن فتقتلهن وربما نقبت به المراكب وقرنها أصغر كالزهب مجزع يقال أنه ضرب من الحود وفيه سمكة يقال لها هفس هفس من صدرها إلى رأسها مثل الترس يطوف به عيون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين زراع بأرجل كثيرة مثل أسنان المنشار من صدرها إلى آخر الذنب فليس تتصل بشيء إلا أتلفته ولا ينطوي ذنبها على أحد إلا أهلكته ويقال أن لحمها يشفي من كل إلا وصابه وقليل ما يوجد وفيه عنبر وبحر آخر يقال هركند فيه جزائر كثيرة وفيه سمك ربما ينبت على ظهره الحشيش والصدى وربما أرسى عليها أصحاب المراكب فيعتقدون أنه جزيرة فإذا فطنوا به أقلعوا عنها وربما نشر هذا السمك أحد جناحيه الذي في صلبه فيكون كالجبل العظيم وإذا رفع رأسه من الماء فيكون كالجبل عظيما وربما إذا رفع أذنيه فيكون مثل المنارة العظيمة فإذا سكن البحر جر السمك بذنبه ثم فتح فمه فينزر السمك إلى حلقه كأنه ينزر إلى بئر ويقال له العنبر طوله سلاسمائة زراع وأهل المراكب يخافون منه فهم يضربون بالليل وبالنواقيس فخافة أن يتكئ على المركب فيغرقه وفيه حيات عظام تخرج إلى البر فتبتلع الفيلة وتلتف على صخور في البر فتتكسر في أجوافها ويسمع لها صوت هائل وفيه حية يقال لها الملكة لا تظهر إلا مرة واحدة وربما احتال فيها ملوك الزنج فأخذوها وتطبخ حتى يخرج ودكها ويدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جلود هذه الحية وهي منمر فرشون إذا جلس عليها صاحب السل ذهب عنه السل ومن جلس عليه أمن السل أن يصيبه أبدا والريح هذه البحر من قعره وربما ألقي عند اضطرابه نارا لها ضوء شديد والبحر الرابع يقال له دوانجيد وبينه وبين بحر هاركند جزائر كسيرة يقال إنها ألف وتسعمائة جزيرة ويقال بين هذه الجزائر عنبر كسير وهذا العنبر ينبت في قعر البحر نباتا فإذا اشتد هيجان البحر قذفه من قعره فيرتفع مثل الرمل والحمأ وهو عنبر تسم وقرأت في كتاب الطيب الذي ألفه إبراهيم بن المهدي أن أحمد بن حفص العطار قال كنت في مجلس أبي إسحاق وهو يصفي عنبرا قد أزابه وقد أخرج ما كان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطير فسألني فقلت هذه مناقير الطير الذي يأكل العنبر إذ رأته دوابه فضحك أبي إسحاق وقال هذا قول تقوله العمّة ما خلق الله دابة تروس العنبر وما العنبر إلا شيء يكون في قعر البحر ولقد عني الرشيد بالمسألة على العنبر فأمر حمادا البدوي في البحث بالمسألة فاكتب إليه أن جماعة من أهل عدن أعلموه أنه شيء يخرج من عيون في قعر البحر تقزفه الريح بالأمواج كلما تخرج أرض حتبة القار وهي أرض الروم الزفت الرومي وآخر جزائر هذا البحر بسرنديب في بحر هركاند وهي رأس هذه الجرائر كلها وفي سرنديب أكثر مغابز اللؤلؤ ونبات الجوهر وببحر سرنديب طرق بين جبال وهي مسالك لمن أراد بلاد الصين وفي جبال هذا البحر معادن زهب فيه أيضا مغايص اللؤلؤ وفيها بقر وحشية وخلق مختلفة الصور ويسلق من هذا البحر إلى بلاد المهراج وربما أظلت السحاب هذا البحر يوما وليلة ولا ينقطع عنه المطر ولا تظهر حياته ودوابه وتخرج منه إلى بحر الصنف وفيه يكون شجر العود وليس فيه أحدا يعرفه ورأسه تخرج من قرب الظلمة الشمالية وتمر أيضا على بلاد الواق وفيه ملك الجرائر الذي يدعى المهراج وله من الجرائر والأعمال ما لا يحصى كثيرة ولو أراد مركب من مراكب البحران أن يطوف بجزائره في سنين كثيرة لم يقدر أن يطوفها ولملكه جميع قاويه الطيب والكافور والقرنفل والصندل والجوزي والبسباسي والقافلة والعود وليس لملك من الملوك ما لملك هذا البحر من أصناف الطيب ويقال أن فيه قصرا أبيض يصير على الماء ويتراء لأصحاب المراكب في السحر فيتباشرون به إزهم أبصره ويكون لهم دليل السلامة والربح والفائدة وفيه جزيرة برطايل فيها جبال مسكونة يسمع فيها بالليل والنهار العزف والطبول والأصوات المنكرة ووجوه أهلها مثل المجان المطرقة وهم مخروقو الآزان وأكثر البحرين مشجموعون على أن الدخان فيها ومنها يخرج إذا بلغ منتهى وفيها يباع القرنفل ويشترونه التجار من قوم لا يبصرونهم وفيه البراقية وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض براق يسمع فيها ضوضاء وأصوات ولا يرى بها ساكن وربما نزل إليها البحريون وأخذوا من مائها فوجدوه أبيض زلالا حل الطعم فيه روائح الكافور ومنه جزيرة بها مساكن وقباب بيض تلوح وتنزايا للناس فيطمعون فيها وكلما قربوا منها تباعدت منهم فلا يزالون كذلك حتى ييأسوا منها فيصرفوا عنها ويتصل هذا البحر بالواق ويقول البحريون أنهم لا يعرفون منتهاه غير أن أقصاه جبال تتوقف نارا ليلا ونهارا يسمع لها قواصف مثل قواصف الرعود من شدة الكهابة وربما سمعوا من تلك النار صوتا عرفوه يدل على موت ملك من ملوكهم أو كبير من كبرائهم وبحر هذا الموضع لا يدرق قعره وبعد بحر الصنف الذي ذكرناه بحر الصين وهو بحر خبيس بارد ليس في غيره من البحار مثل برده ويقال أن ريحه من قعره ويقال أنه بحر مسكون له أهل في بطن الأرض وأخبر السقة من أصحاب البحر أنهم يرونهم زهاج البحر في جوف الليل كهيئة الريح ويطلعون إلى المراكب وليس يكون ذلك إلا عنده يجان البحر وذكر البحريون أنهم لا يعرفون بعد بحر الصين بحرا يسلك وهو بحر يغلي كما تغلي القمائم وليس صفة ما به كسائر البحار وفي بحر الصين سمكة مثل الحراقة يرمى بها الماء إلى الساحل فإذا انحزر الماء بقيت على الطين فلا تزال تضرب مقدار نصف نهار ثم تسلخ في اضطرار هذلك فيخرج لها جناح فتستقل به فتطير وزعموا أن عرض بلاد الصين الذي تمر عليه المراكب 1500 فرسخ وفي هذا البحر يرى وجهه عظيم على صور الناس إلا أنه أعظم منه مستدير يشبه لون القمر يغطي ما بين جبلين وأبواب الصين في البحر بين كل جبلين فرجة وقيل أن بمدينة باكمولية وهي القسطنطينية الأولى كنيسة في جوف البحر وربما تنكشف يوما في السنة فيحج أهل النواحي إليها ويستعدون لها قبل ذلك فيقيمون فيها يومهم ويتفرقون ويهدون إليهم بدنهم فإذا كان العصر بدأ الماء في الزيادة فينصرفون ويبادرون الخروج عنها ولا يزال الماء يغطيها فتغيب إلى الرأس السنة أيضا ويقال أن في بحر الهند حيوانا يشبه السرطان فإذا خرج من الماء صار حجرا يتخذ منه كحل لبعض علا للعين وأما بحر المرجان فهو في بحر الأندلوس خاصة بنيت في قاره مثل الشجر فما بعد منه عن درك الغواصين يحتال في قلعه بأن يربط بالشرايط في كتان القنف ويسقل بالرصاص ويدلى حتى يصل إلى الشجرة ثم يحرك المركب بالجذب وتلك منوطة بها يمنة ويسرى حتى يعلم تشبكها في أخصان المرجان ثم تقلع الشرايط فيوجد المرجان قد اتخذ وله نفاق كثير بالحجار والهند والصين وفيه عنبر كثير وفيه سمك من أكل منه رأى كأنه ينكح وفيه سمك في صور الناس فقر بعنوان خبر تانيس أما خبر تانيس فكانت جنات وكرومات ومنتزهات وكانت مقصومة بين ملكين من ولد برايت بن مصر وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا فأنفق المؤمن ما له في وجوه البر حتى باع حصته منها من أخيه وفرق الذي أخذ بها في وجوه البر فأفلحها وزاد فيها عروشا كثيرا وأجرى فيها أنهارا وبنى فيها بنيانا وأحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمنعه ويفتخر عليه بماله من المال والجنة فخاطبه أخوه في بعض الأيام مبسطا عليه فقال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقال له أخو فما أراك شاكرا لله تعالى على ما أعطاك ويوشك أن ينزع ذلك منك ويقال أنه دعا عليه فغرق ماء البحر فغرق ماء البحر جميع ما كان له في ليلة واحدة حتى كأنه لم يكن قبل ذلك وقيل أن هذين الرجلين الذين ذكرهما الله تعالى في كتابه فقال واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى قوله أحدا وكانت تنيس عظيمة لها مئة باب وباقي ذكرها عند ذكر مدائن مصر إن شاء الله وقيل أن بحير التنيس تعذب وقت مجيء النيل وتقيم ستة أشهر حلوة ثم تملح بالقرب منها عين لا يخرج ماءها إلا عند أوقات الصلوات فيتوضع منها ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة وهي معروفة تسمى عين الأوقات ولأهل الهند نهر عظيم معهم عليه شجرة باسقة من حديد أو نحاس وتحتها عمود من نحاس أو حديد مسبة في الأرض مائل إلى الماء طوله على الأرض عشرة أزرع وعرضه نحو الزراع ويزيد قليلا في رأسه سلاس شعب غلاظ مستوية محدودة كالمنار وعنده رجل يقرأ كتابا ويقول للنهر يا عظيم البركة وسيل الجنة أنت الذي خرجت من عين الجنة ودللت للناس عليها فطوب لمن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذا العمود فينتدب الواحد لذلك والعدة ممن حوله ويصعدون على تلك الشجرة ويلقون أنفسهم على العمود فيقطعون قطعا ويقعون على الماء فيدعون لهم أصحابهم بالطوبة والمصير إلى الجنة واللزة ولهم نهر مكران الذي مدى النيل فيما ذكروه منه وقالوا أنه يخرج من الجنة وأنه لو لم ينجس بالزنوب لما كان يموت من شربه منه ولهم نهر آخر من سنتهم أن يحضره رجال بأيديهم سيوف قاطعة فإذا أراد الرجل من عبادهم أن يتطهر ويتقرب إلى الباري سبحانه أتى في جماعة يأخذون ما عليه من الحلي واللباس وأطواق الزهب والإسوار والفراطق لأن أبناء الملوك كثيرا ما يخرجون إلى هذا النهر ثم يطرحونه على لوح عظيم ويأخذون بأطواقه ويضربونه بسيوفهم ويقطعونه نصفين فيلقون أحد النصفين في هذا النهر والنصف الآخر في بحر كند ويزعمون أن هذين النهرين يخرجان من الجنة وفي جبال سرنديب وادي الماس وهو بعيد القعر وبه حيات عظام مؤزية فإذا أرادوا أخراج الماس طرحوا فيه ما أمكنهم لحما حارا طر السلخ فترى نصور تلك الجهة وهي به كثيرة ذلك اللحم فتنقض عليه وتأخذه وترفعه إلى حيث تأكله خوفا من حيات الوادي فيقصى الطالب ذلك إلى موضع المأكور فيجدون بها ما تعلق باللحم من ألماس على قدر العدسة والفولة والحمصة وأكثر ما يجدونه قدر الباقلة ويتخذ منه الملوك فصوصا لخواتيم يلبسونها وذكر صاحب المنطق أن من الماس حجارة كبار إلا أنه لا يوصل إليها لأجل الحيات التي في ذلك الوادي وبالهند وادي القرنفل ولم يدخل إليه من التجار ولا ممن سلك البحار ولا ذكروا أنهم رأوا شجرة وأنما تبيعه الجن فيما يقولون للناس يرسون بالمراكب في جزيرتهم ويجعلون بضاعتهم على الساحل ويعودون إلى مراكبهم فيكونون بها فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا إلى جانب كل بضاعة جزءا من القرنفل وربما ترك البضاعة والقرنفل إذا طلب الزيادة فربما يزداد فيه وذكر عن بعض الناس أنه طلع إلى الجزيرة وأمان فيها فرأ قوما صفرا بغير لحة في زي النساء ولهم الشعور فغابوا عنه وأن التجار أقاموا بعد ذلك مدة يترددون إلى ساحل تلك الجزيرة فلا يخرج إليهم بشيء من القرنفل فعلموا أن ذلك من أجل من كان نظر إليهم ثم عادوا بعد سنين إلى ما كانوا عليه ويقال إنه إذا كان رطبا كان حلو المطعم يأكلون منه فلا يمرضون ولا يهربون وذكر أن لباسهم من ورق شجر عندهم فهم يلتحفونها ولا يعرفها الناس وأما الجزائر فذكر بطليموس أن في البحر الأخضر 27 ألف جزيرة عامرة وغير عامرة منها جزيرة فيها أمة من بقايا النس ناس ولهم شجر يقال له اللوب يأكلون سمره ويلتحفون بورقه ويأكلون لحوم الدواب البحرية وجزيرة المرجان فيها شجر المرجان في ضخضاخ من الملوحة والعزوبة وقد اطلعت رؤوسا مش عبة فإذا سقطت إليها مراكب أخذوا من ذلك المرجان ما قدروا عليه وجزيرة في وسطها كالصنم العظيم من حجر أسود براق لا يدرى ما داخله وحوله أموات وعظام كثيرة وقد كان بعض الملوك سار إليها فلما نزل عليها وقع على أصحابه النعاس وخدر الأجسام وضعفت أنفسهم فلم يقدروا على الحركة فبادر من حضر منهم إلى المراكب وحلك من أخلد منهم إلى المقام والتخلف يقال أن ذا القرنين لما صار إلى الظلمة مر بالجزيرة فيها أمم رؤوسهم رؤوس الكلاب العظام بادية أنيابهم يخرج من أفواههم لهب النار يخرجون إلى المراكب حاربوه وحاربهم وتخلص منهم وسار فرأ نورا ساطعا فقصده فإذا هو قد بلغ جزيرة القصف وهذه الجزيرة في وسطها قصر المبني من البلور الصافي على شاطئ البحر فأراد النزول بها فمنعه من ذلك بهرام فيلسوف الهند وعرفه أن من نزر إليه وقع عليه النوم وغرب عنه عقله ولم يستطع الخروج منها حتى يهلو ويقال أنه ظهر بها قوم قد صار لباسهم ورق الشجر فسأل بهراما عن مقامهم فيها كيف أمكانهم على ما ذكره فأخبره بهرام أنه بها ثمرا إذا أكلوه ذال ذلك عنهم وذكروا أنه إذا كان الليل ظهر بشرفات ذلك القصر مثل المصابيح تسرج إلى الصبح ثم تخمد نارها إلى الليل ثم تسرج أيضا وفي هذا البحر جزيرة بيضاء واسعة وبها ماء وشجر وفيها قوم شقر وجوههم في مورائهم وهمارات وللواحد منهم ذكر وفرج أمرأ يتكلمون بمثل كلام الطير وطعامهم من نبات يشبه القطور والكمأة ويشربون من قدران هناك وجزيرة التنين فيها جبال وانهار وزروع وهي عامرة وعلى مدينتهم حصنا عالي وكان بها تنين عظيم قد سأم أهلها أقبح سوم فيقال أن الإسكندر وصلها وأن أهلها استغاسوا به وذكروا عنه أنه أتلف مواشيهم حتى جعلوا به ضريبة في كل يوم ثورين ينصبوهما فرسا من موضعه فيخرج فيبتلع الثورين ويعود إلى موضعه ثم يعود من غد فقال لهم أروني مكانه فلما أصبح أوقف الإسكندر في موضع يشرف عليه ونصب له الثورين فأقبل كأنه سحابة سوداء وعيناه كالبرق والنار تخرج من جوفه فابتلع الثورين وعاد إلى موضعه فأمر الإسكندر بسورين عظيمين فسلخهما ثم أمر فملأت جلود وهما زفتا وكبريتا وجبسا وزرنيخا ومزج تلك الأخلاط كالاليب حديد وأجسادا ثم نصبها في ذلك الموضع فأقبل التنين على عادته فابتلعها ومضى لوجهه فيما يلبس إلا قليلا فاضطربت تلك الأخلاط في حلقه فخر مستلقيا لا يملك من نفسه وفتح فاه ليستروح فأمر الإسكندر بقطع الحديد فأحميت وجعلت على إلواح من حديد فقزفت في حلقه فمات في الوقت واسترح أهل ذلك البلد منه وفرحوا لموته وأنكفأوا للإسكندر وحملوا إليه من طريف ما عندهم وكان فيما حملوا إليه دابة في خلق الأرنب وبره أصفر يبرق كما يبرق الزهب يسمونها بتراح وفي رأسها قرن واحد أسود فإذا الأسود والسباع والطيور والوحش هربوا منها وكذلك كل دابة تراها تهرب منها وتفر بين يديها وفي هذا البحر جزيرة تظهر ستة أشهر وتغيب ستة أشهر بكل من فيها وتعود إلى هيئتها وقيل أنها جزيرة مدبرة وجزيرة ملكان وملكان دابة عظيمة بحرية قد استوطت تلك الجزيرة ولهذه الدابة رؤوس كثيرة ووجوه مختلفة وأنياب معقفة وليس لها طعام إلا ما تصيده من دوائب البحر وقيل أنها مركب لبعض ملوك الجن من أهل البحر لأن لها جناحين إذا أقامتهما وجمعت بين رأسيها صار كأنهما رف يلتبس بظل من الشمس وذكرناها الأوائل وزعموا أنها بقدر الجبل وجزيرة ملكان فيها أمة مثل خلق الإنسان إلا أن رؤوسهم مثل رؤوس الدواب يغوصون في البحر ويخرجون بمقدروا على أخراجه من دواب البحر فيأكلونه وجزيرة صيدون وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شهر في مثله وكان بها عجائب كثيرة وأشجار وأنهار وكان في وسطها مجلس على عمد مرمر ملون وكان المجلس من زهب مفصل بأنواع الجوهر يشرف على هذه الجزيرة وقيل أن هذا الملك كان ساحرا وكانت الجن تطوف به وتعمل له العجائب فدل بعض الجن سليمان عليه السلام عليه فغزاه سليمان وخرب الجزيرة وقتل أكثر أهلها لأنهم كانوا يعبدونه وأسر منهم خلقا كثيرا وآمن به أكثرهم وأسر ابنه لصيدون لم يكن على وجه الأرض في زمانها أجمل منها ولا أكمل كمالا وظرفا وحلاوة فاصطفها سليمان عليه السلام لنفسه وتزوجها وكانت تديم المكاء والحزن لمفارقتها لملك أبيها وغضارت نعيمها وأنس حشمها وخدمها وأهلها فقال لها سليمان عليه السلام ما لي أراك بهذه المنزلة من الحزن وأنا خير لك من أبيك ملكي من أجل ملكه فقالت أجل لكن إذا ذكرت كوني مع أبي وأنسي به هاج لي ذلك وجدا فلو أمرت الشياطين أن يصوروا والي صورته فلعلي إذا رأيتها سلوته فأمر سليمان فصوروا لها صورة أبيها في مجلس يشبه المجلس الذي كان فيه ويقال أن الذي صوره شيطان كان يصحب أباها وقيل أنه هو كان أشار عليها بذلك حتى سألت سليمان عليه السلام ذلك فأمر الشيطان بعملها فكان في مقاصرها التي أسكنها سليمان عليه السلام في قصر بناه لها وقد غرس فيه بدائع الشجر وفجر الأنهار في قنوات زهب وفضة مطوفة بأصناف الجواهر على النعت الذي كان رآه لأبيها في مساكنه فعمدت إلى تلك الصورة فألبستها أصناف السياب الفاخرة المنسوجة بالزهب المزينة بأنواع الجواهر وجعلت على رأسه إكليلا من الجوهر النفيس وتوجته بتاج من زهب منظوم بالجوهر الملون وأجلسته في صدر المجلس وجعلت حوله مخاد الديباج وأوقدت بين أديه مجامرا من العود والعنبر ونسرت عليه سحيق المسك وفرشت بالبعد منه بحيث تحوزيه أصناف الأفاويه والريحان والزعفران وكانت تدخل عليه بكرة وعشية فتسجد له مع جميع وصائفها وخدمها لما كانت تصنع لأبيها وخرج الخبر واتصل بآصف بن برخية وكان من قراء سليمان عليه السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده علم من الكتاب وهو الذي أحضر عرش بلقيس كان عنده علم موضوع المرآة من قلب سليمان وحبه لها فلما بدر كيف يدخل إلى تعريفه بذلك إلى أن اتجه له الأمر أن ذلك فقال لسليمان يا ربي الله أني سألك شيئا قال سل قال أني قد كبرت ولست أمن أن يفجاني الموت وقد أردت أن أقوم مقاما أسكر فيه الأنبياء وأسني عليهم وأصف فضائلهم فلتعمر بإحضار الناس وتجمع وجوه بني إسرائيل فيجلسون في مراتبهم وتنصب لي منزلا أرقى عليه وأتكلم بما يمكن أن يحضرني من الكلام في النحو الذي أريد الكلام فيه ففعل سليمان عليه السلام ذلك فقام على المنبر خطيبا فعمد الله وأسنى عليه وأقبل يذكر الأنبياء واحدا بعد واحد فيسني على من ذكره منهم في صغره وكبره ومد أيامه إلى أن ذكر داود فأسنى عليه واستغفر له حتى مات ثم ذكر سليمان فأسنى عليه في صغره خاصة ولم يذكره بشيء في كبره ولا ذكر شيئا من أيامه بخير ولا بشر فأحفظ ذلك سليمان ودعاه لما فرغ فقال له سليمان أخبرني عنك يا أصف سمعتك ذكرت جميع الأنبياء فأسنيت عليهم في أيامهم وفي جميع أحوالهم فلما بلغت ذكري أثنيت علي صغيرا وتركتني كبيرا فلما فعلت هذا فقال به ذكرت ما علمت فلما لح عليه قال وبما استحققت أني أثني عليك في أيامك هذه فقال له وما الذي صنعت فيها قال لأن غير الله يعبت في دارك منذ أربعين يوما وما هذا جزاء نعمته عليك ولا شكر تمليكه لك ما ملكك وأباك من قبلك فاستغفر سليمان وقال صدقت ودخل فعقب المرأة وكسر الصنم وهرب شيطانه فظفر به بعد ذلك وحبسه ويقال أن ذلك الصنم كان يخاطب المرأة بلسان أبيها يقول لها قد أحسنت فيما فعلت وكان يغويها ذلك بالسجود فعنف الله سليمان لذلك وأخذت الجن خاتمه وخرج من ملكه وكان يطوف في بني إسرائيل فيسكرونه ثم سأل الله فرد ملكه وخاتمه بعد أربعين يوما وهي عدة الأيام التي سجدت المرأة فيها للصنم وقيل أن المرأة ماتت وكان ولد سليمان عليه السلام منها ومنها جزيرة الرود وهم من خلق لهم أجنحة وشعور وخراطيم ضيقة يمشون على الرجلين وعلى أربعة ويطيرون ويعودون إلى الجزيرة وقيل أنهم من الشياطين الأول ومنها جزيرة الفاس وهي دابة ململة ماك الكرة تصيح صياحا شديدا ولا يدرى من عين يخرج صياحه ويقال أنها تقيم ستة أشهر في البحر وستة أشهر يكون ظاهرا في تلك الجزيرة ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأكل ولا من أي موضع يأكل ومنها جزيرة مر بها قوم وقد ياج عليهم البحر وعظم فنظروا فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية وعليه سياب خضر مستلقي على وجه الماء وهو يقول سبحان مدبر الأمور وعالم ما في الصدور وألجم البحر بقدرته على أن لا يفور سيروا بين الشمال والشرق حتى تنتهوا إلى جبال الطوق فأسلكوا وسطها تسلموا من الغرق فعلموا ذلك فإذا هم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه معهم قطبان الزهب يعتمدون عليها ويحاربون بها وطعامهم الموز والقصد فأقاموا عندهم شهرا وأخذوا القطبان الزهب التي عندهم فلم يمنعوهم ثم ساروا على ذلك السمت فخلصوا ويقال أن الرجل الذي أرشدهم الخضر عليه السلام وأن هذه الجزيرة مكانه وهي وسط البحر الأعظم وذكر بطليموس أن في بحر الشرق والصين 13700 جزيرة وذكر بعضها منها جزيرة سارنديب يقال أنها 80 فرسخا في مثلها ونقول أهل الهند أن بها الجبل الذي أهبط الله تعالى عليه آدم عليه السلام تراخ أهل المواكب على أيام وتذكر البراهمة أن عليه قدم آدم عليه السلام مغموسة وهي 70 زراعا وأن على هذا الجبل مثل البرق ليلا ونهارا فلا يمكن أحد من النظر إليه وأن آدم عليه السلام خطى فيه إلى البحر خطوة واحدة وهي على مسيرة يومين وحوله ألوان اليقوت والأشياء كلها وعليه أصناف العطر والأفاوة ودواب المسك أرضه السنبادج وفي أوديته ألماس وفي أنهاره البلور وحوله في البحار غوص اللؤلؤ ويتصل بها جزيرة الرامي والرامي مدينة بالهند وهي الكركند وفيها البقم وعرقه دواء من السم لساعته وقد جربه البحريون من سم الأفاعي والحيات وبها جواميس لا أزناب لها وناس عرات في غياض لا يفهم كلامهم وهم متوحشون من الناس وطول الواحد منهم أربعة أشبار وللرجل منهم فرج صغير وكذلك المرأة وشعورهم زغب أحمر يتسلقون على الشجر من غير أن يستعينوا بأيديهم وهم يلحقون المراكب سباحة وهم في سرعة الريح يبيعون العنبر بالحديد ويحملونه في أفواههم ويقال من هؤلاء قوم سود وشعورهم مفلفلة يأكلون الناس أحياء إذا صغروا بهم يشرحونهم تشريحا ولهم فيها جبل طينة وفضة إذا أصابته النار زاب ويتصل بها أرض الكافور وهو شجر نبت بها تظل الشجر منها مئة سنة وأكثر تثقب الشجر فيسيل منها يملأ عدة جرار ثم يكون ذلك ماء الكافور والكافور صمغ يخرج من أغصانها قطعا وخشبها أبيض خفيف وفي هذه الجزيرة عجائب كثيرة بحريات وأطيار عجيبة وغير ذلك من العجائب وجزيرة كلها هي جزيرة كبيرة يسكنها الهند وفيها معدن الرصاص القلعي ومنابت الخيزران وهو عن يمينها على يومين منها وجزيرة مالو عن وأهلها يأكلون الناس وبها موز كثير وكافور ونارجين وقصب سكر وأرز وجزيرة خاقة وبها مدينة سلاهيط وبها ملك يسير أحسن سيرة لباسه السياب المزهبة وعلى رأسه قلنس ومن زهب وجزيرة ميمونة في طريق الصين فيها العود والكافور ومنها إلى قماري إلى الساحل أيام يسيرة وبقمار العود القماري والصندل وجزيرة الصندل على الساحل وبها العود الصنفي وهو عندهم أفضل من العود القماري لأنه يغرق في الماء لجودته وثقله وبها بقر وجواميس وبلاد الواق وجزائرها في مشارق الصين وهي كثيرة الزهب حتى أن مقاود ودوابهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم زهب ويعملون القصب المنسوجة بالزهب زاد التماثير العجيبة ومن هذه النواحي يجنى العود والمسك والأبنوس والدراسين وأصناف التجارات والعجائب وجزيرة الزنج وفيها أمم مختلفة الأشكال والأخلاط وملوك مختلفة المعاني والمذاهب وفيها أصناف من الدواب وفي بحر الزنج جزائر كثيرة يستخرجون منها الودع والحلزونات الملونة وهم يلبسونها مثل الحلي ويدفنون أنياب الفيلة فإذا عفنت أتى تجارها من الهند والسنت فاشتروها منهم وفي بحر هاركنت على ما ذكره بطليموس وجماعة من البحرينيين 1700 جزيرة عامرة سوى الخراب ويملك هذه الجزائر كلها امرأة ويقع إليها عنبر كثير وربما وقع إليها القطعة بقدر البيت أو نحوه وأن ما يخرج هذا العنبر إذا هاجت الريح من قعر البحر رمت من تحته فقفزت به إلى السواحد وهذه عامرة بالناس وتجارتهم الودع ويدخره ملوكهم في خزائنهم وهو أكبر عندهم ويقال أن هذا الودع يأتيهم على وجه الماء وفيه روح فيأخذون شقف النار جيل فيطرحونها على وجه البحر فيتعلق هذا الودع بها فيأخذونه منه ويجمعونها وملك المهروج عظيم مملكته ليس في البحر بالشرق أكثر من جزائره ولو شاء إنسان أن يركب مركبا ويطوف بها لم يدرها في سنين كثيرة وهو بحر لا تحصى عجائبه وعند ملوكه جميع الأفاويه من الكافور والقرنفل والجوزة والبسباسة والقافلة والكبابة والعود وليس لغيره من الملوك ما له من العطاء ولا يشاركه في ذلك أحد منهم ببلاد الصين يقال أن بلاد الصين سلاسمئة مدينة ونيف عمر كلها سوى القرى والأطراف والجزائر وأبواب الصين إثنى عشر بابا وهو جبل في البحر بين كل جبلين منها فرجة وبحر يصار منه إلى موضع مدينة من مدائن الصين المعروفة الكبار وهذه الجبال التي تمر بينها المراكب مسيرة سبعة أيام فإذا جاوزت السفينة هذه الأبواب صارت في بحر فسيح وماء عزب وصارت كذلك حتى تسير إلى الموضع الذي تريده من بلاد الصين وأول مرسى تنزله خانقوم وماءها عزب من أنهار عزبة وفي كلها أمن ومصالح وشجر وعمارة وزرع ودخول وتجارات تحط ومراكب تذهب وتجيء وجزيرة خلنجان فيما بين سرنديب وفلانتين ببلاد الهند فيها قوم سود عرات إذا وقع إليهم إنسان عربي من غير بلادهم علقوه من كسائه وقطعه قطعا وليس لهم ملك وغزاؤهم السمك والموز والنار جيل وقصب السكر وبها آجام تنبت الخيزرون وهم عرات لا يستطيرون بشيء وبقرب الصين موضع من البحر يقال له منجي وهو أخبس البحار وأكسرها رياحا وموجا ومضايقا وجبالا تتغير منه إلى المراكب صبيان مثل صبيان الزنج طول أحدهم نحو خمسة أشبار يخرجون من الماء ويتواسبون إلى المراكب ويدورون فيها ولا يؤذون أحدا ثم يعودون إلى البحر فإذا كان ذلك منهم وظهروا كان ذلك علامي لأخبس الرياح عندهم فيستعدون ويأخذون أهبتهم ويخففون المراكب ويلقون بعض ما فيها ويقطعون من الدنقل زراعا أو زراعين إن خافوا كسرها ويقولون أيضا إنهم إذا رأوا على دور المكان سمكة يقال لها البوليقة يكون منها ما طوله مئة زراع في عرض عشرين زراع وينبت على ظهرها الحجارة وربما تعرضت للمراكب فكسرتها وزعموا أنها ربما قربت من الساحل وهي لا تعلم فتندفع بقوتها تتبع لبعض السمك الهارب منها فلا تشعر إلا وقد حصلت في البر بحملتها فلا يمكنها الرجوع فتهلك فإذا كان كذلك قطع لحمها وذوب في القدور فيزوب لحمها كله ويصير دهنا ينتفع به في المراكب وغيرها وجزيرة بقرب الزنج فيها جبل يقال لها جبل النار يظهر منه بالنهار دخان وبالليل لهب نار فلا يقدر أحد على الدنوب منه وجزيرة المدر وهم سودان ولهم مدينة لها بارند وأهل هذا البلد يقطعون الطريق ويسبون ويقتلون فالمراكب الصينية يعد فيها التجار السلاح والنفط وربما كان في المراكب أربعمائة نفس من التجار وخمسمائة مقاتل فلا يطمع فيهم ويطمع في سواهم وتقتال سفينتهم وجزيرة الرنج وهي جزيرة عظيمة كثيرة لأهل والزرع والتجارات ويقال إنها لما فسد من بالصين بالخوارج والهرج صارت المراكب الصينية تقصد جزيرة الرنج هذه ويقاتلون أهلها وكذلك جزائرها كلها ومدائنها وأصبح أبواب الصين في التجارات الباب الذي يدخل منه إلى خانقه وهو أقرب ومن دخل من غيره يعد الطريق عليه وجزائر الزنج كثيرة منها جزيرة عرف بسديدة تكسيرها أربعمائة فرسخ وبها متاجر وطيب وجزيرة الرامي أيضا عامرة يقال أن تكسيرها سمانية فرسخ فيها منابت البقم وفيها الكافور الأفاويه وتكسيرها سمانون فرسخ وجزيرة كله يقال إنها النصف بين أرض الصين وأرض العرب وتكسيرها سمانون فرسخا ويكله مجتمع الأمتعة من العود والكافور والصندل والعاج والرصاص القلعي والأبانوس والبقم والجهاز إليها في هذا الوقت من عمين وجزيرة المهرج الذي هو ملك هذه الجزيرة وهي جزيرة كبيرة في غاية العمارة والخصب حكي عن بعض التجار الذي يوثق بقولهم أن الديكة إذا غردت بها في الأسحار تجاوبت من نحو مئة فرسخ لاتصال عمارتها وانتظام قراها لا مفارز فيها ولا خراب وأن المسافر يسافر فيها بلا زاد وينزل حيث أراد وفي جزيرة سرنديب موضع يجتمع إليه أهلها يتدارسون فيه سريانيتهم وقصص ملوكهم في الزمن السالف وبها صنم عظيم من زهب مبلغ وزنه وقدر الجواهر الذي عليه مئة رطل وهو في هيكل لهم وفيها مواضع أخرى يجتمع فيها اليهود وأهل الملك يتدارسون فيها علومهم ويتكلمون في أديانهم والملك يبيح لهم ذلك وفي هذه الجزيرة أعناب يقال لها أعناب سرنديب والعنب بوادي عظيم يجوز المشتاز في هذا العنب شهرين وأكثر في رياض وغياض وهواء معتدل والشيات عندهم بنصف ذرهم وأكثر عملهم القمار بالنرد والشطرنج ويستزير الرجل المرأة بعلم أهلها وجزيرة الرنج جزيرة كبيرة واسعة وكلما يزرع فيها منزرة وقصب وسائر النبات فهو أسود ولهم في جزائرهم قوم يعرفون بالمخرمين قد خرمت أنوفهم وقد أتموا أسلحتهم ويأخذ بطرف كل سلسلة يجره ويمنعه من التقدم حتى يسفر السفراء بينهم فإذا وقع الصلح وإلا شدت تلك السلاسل في أعناقهم وتركوا للحرب فلم تقم لهم قائمة ويأكلون ما وقعت عليه هشا ولا يزول أحدهم من مركزه دون أن يقتل وللعرب في قلوب الزنج هيب عظيمة فإذا عاينوا رجلا منهم سجدوا له وقالون هذا ابن مملكة تنبت في بلادهم شجر التمر لجلالة التمر في صدورهم ولأن العرب إنما يصرفون صبيانهم بالتمر وفيهم خطباء بلغاء بألسنتهم ومن يتعبد منهم يستطر بجلد نمر ويأخذ بيده عصى يجتمع إليه الناس ويقف على رجله من أول النهار إلى الليل يخطب ويذكرهم الله تعالى ويذكر لهم أمور من ملك من ملك منهم ومن مضى من الملوك وجزيرة سقرطة وبها منابط الصبر السقرطري وموضوعها بين بلاد الزند وبين بلاد العرب وأكثر أهلها نصارى والسبب في ذلك أن الإسكندر لما غلب على ملوك فارس وقتل فور الهندي وكان يكاتب أرستا طاليس بما يجري من أمره ويعرفه بما وقف عليه وغلبه عليه من الممالك كان أرستا طاليس يكتب إليه ويؤكد عليه في طلب جزيرة في البحر تعرف بسقرطة لأن بها منابط الصبر السقرطي وبها الدواء العظيم الذي لا تتم الإيارجات إلا به وأن الجزيرة إن وجدها لا ينتقل عنها حتى يصلح عمارتها ويسكنها قوما من اليونانيين ويطوف لهم بملكها والحفظ لها ففعل الإسكندر ذلك وتقدم إلى ملوك الطوائف بالاحتفاظ بها وكان ذلك حتى بعس السيد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وتنصرت الروم ودخل هؤلاء في الجملة وتنصروا مع الناس فبقاؤهم إلى هذا الوقت مع سائر من يسكنها من عندهم وفي البحر الكبير الذي عن يمين الخارج من عمان جزائر كثيرة وهي تحوز بلاد الشجر فيها منابط اللبان وما يتصل بذلك من أرض عود وجرهم والتبايع وفيها قوم من العرب وهم في هذه الجزيرة في قشعة وضيق عيش إلى أن تتصل بعمان وسواحل اليمن فيتسع أمرهم قليلا وعيش هؤلاء من السمك ومن نبات عندهم وربما وقع إليهم العنبر فباعوه من أصحاب المرافق وبحر اليمن متصل ببحر البحار والقلزن وينقطع هناك ومن عجائب الجزائر التي في هذا البحر جزيرة يقال لها سلطة منها قوم يسمع كلامهم وضجيجهم وتصرفهم في معاشهم ومن وصل إليهم يخاطبهم ويخاطبونه ولا يراهم وسئلوا عن أمرهم فذكروا إنهم من الإنس وإنهم كانوا بعث إليهم نبي يقال له سافر بن جردول فآمنوا به وهم على دينه وإذا نزل الغريب إليهم جعلوا له من الزاد في ليلة ما يكفيه سلاسة ليالي تمرا في نهاية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطيور مشوية على قدر اليمام أطيب مضغة من اليمام وإذا أراد من وقع عندهم الرجوع إلى أهله سيق له مركب وأكثرهم لا يتجي له المسير عنهم حتى يحمل وإن لم يجعلوه أقام على حاله ولم يسعر إلى بلاده غيرها لطيب الموضع وكسرة الخير وقد عرف ذلك البحريون وجزيرة فرش وهو شجر عرفت به الجزيرة يحمل سمرا في خلق اللوز إلا أنه أكبر منه يؤكل بقشره فيقوم مقام كل دواء ومن أكل منه لم يمرض إلى موته ولم يهرم وإن كان شعره أبيض عاد أسود ولهذه الجزيرة ملك يمنع فيها وذكر أن بعض ملوك أهل الهند جلبه وضرعه فأورق ولم يسمر وجزيرة الدلهان وهو شيطان في صورة الإنسان راكب على ظهر طائر يشبه النعامة وعلى قدرها يأكل لحوم الناس وإذا طرحهم البحر رفعهم إلى موضع لا خلاصة لهم منه وأكلهم واحدا بعد واحد عند إرادته ويأكلهم أحياء وحكي أن البحر حمل مركبا إلى تلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا به فلما أتاهم وقفوا على مركبهم ورموه وحاربوه وصبروا على قتاله فصاح بهم صيحة سقطوا منها مغشيين على وجوههم وجعل غيرهم إلى موضع عادته وكان فيهم رجل صالح فدع الله عليه فهلك من حينه وصار موضعه ذلك مطلبا لمن معه من أموال الناس وأمتعتهم وجزيرة الضريف وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب فيطلبونها حتى إذا ظنوا أنهم قد قربوا منها تباعدت عنهم وربما أقاموا كذلك أياما لا يقدرون على الوصول إليها ولا يقول أحد من أهل البحر أنه وصل إليها ولا دخلها وهم يرون فيها شخوصا ودوابا وعمارة وشجرا وجزيرة البيدج فيها صنم من زجاج أخضر يجري من عينيه دمع وعلى ممر الأيام يقول البحريون أنه يبكي على قومه لأنهم كانوا يعبدونه فغزاهم بعض الملوك فاستباحهم وقتلهم وأراد كسر الصنم فكانوا إذا ضربوه بشيء لم يعمل فيه وعاد الضرب إلى وجوههم فتركوه وإذا دخلت الريح إلى أذنيه صفر تصفيرا عجيبا وجزيرة سرهانة فيها عمارة وشجر وأكثر أهلها أوانيهم زهب وسيابهم منسوج بالزهب وسلاحهم أعمد زهب ولهم ملك متى وقع لهم من يريد الخروج بشيء منه دفعه عنه ومن الجزائر ببلاد الغرب سقالية وهي جزيرة كبيرة دورها أكثر من 15 يوما ومملكتها واسعة ولها جبال وأشجار وأنهار ومزارع وهي بإزاء أفريقية وبها جبل البركان ولا يزال يظهر دخانه بالنهار وناره بالليل ويطير منه في البحر شرارات وهي حجارة سود مسقبة مثل الإسفنج تطفو على الماء فيحملها الناس إلى البلاد يحكون بها في الحمامات أقدامهم وربما خرج من هذا البركان فيدخل في البحر فيحرق كل مصادف من دوابه وحياته فتلقيه الأمواج إلى الساحل فلا يقدر أحد على الدنو من هذا الموضع وجزيرة سردانية وهي جزيرة كبيرة مسيرة عشرين يوما وفيها شجر وعيون وزروع وجبال وتجارات وجزيرة أقريطش وهي في بحر الروم وبها جبال ومعدن زهب وأنهار وسمار وهي إثنى عشر يوما في ستة أيام وفي البحر الكبير جزيرة ترى على بعد في البحر فإذا قرب منها القاصد بعدت عنه وغابت فإذا رجع إلى الموضع الذي كان فيه رآها كما كان يراها قبل وقيل أن بها شجرا يطلع بطلوع الشمس ولا يزال طالعا إلى نصف النهار ثم يعود إلى الانحطاط حتى تغيب الشمس ويقول البحريون أن في ذلك البحر سمكة صغيرة يقال لها السائل إذا حملها الإنسان مع نفسه أبصر الجزيرة ولم تغب عنه ودخلها وهذا شيء عجيب ظريف وجزيرة طاوراق وهو ملك له أربعة آلاف إمرأة ومن لم يكن له ذلك فليس بملك ويتفاخرون بكسرة الأولاد وعندهم أشجار إذا أكلوا منها قو على الباح قوة عجيبة وجزيرة السيارة والبحريون مجتمعون عليها منهم من يسكر إنه رآها مرات كثيرة وليس بمسكون فيها وهي جزيرة فيها جبال وعمارة فإذا هبت الريح من الغرب صارت إلى الشرق وإذا هبت من الشرق صارت إلى الغرب هذا دأبها ويقال أن حجارتها خفيفة يكون الحجر العظيم الذي وزنه عندنا قناطير يزن عدة أرطال وأقل من ذلك ويحمل الإنسان القطع العظيمة من الجبل فذكر بعض اليهود لعنهم الله من أصحاب التجارات أن مركبهم انكسر وهم في بعض السنين وأن البحر طرحهم إلى جزيرة تراها وحجارتها وكل ما فيها ذهب فأقاموا فيها أياما لا يجدون غزاء غير السمك وهو مع كل ذلك قليل فلما خافوا على أنفسهم التف وكانوا مع ذلك ثلم لهم زورق للمركب فجروه عندهم فأوسقوه من ذلك الزهب وسقلوه بالطمع فوق ما يحمل ثم دخلوا به البحر واشتهدوا في طلب النجاة فلم يسيروا به إلا يسيرا حتى عطب عطب بهم الزورق وتلف الزهب ولم ينجي منهم إلا بعضهم من أهل السباحة نحو مهب الريح من إلى الساحل وذكروا أن في جزائر الكافور قوما يأكلون الناس ويأخذون رؤوسهم فيجعلون فيها الكافور والطيب ويعلقوها في بيوتهم ويعبدونها فإذا عزموا على عمر من الأمور أخذوا رأسا من تلك الرؤوس فكبروا به وسجدوا بين يديه واسألوه عما يريدونه فيخبرهم بكل ما سألوه عنه من خير وشر وجزيرة النساء هذه الجزيرة في تخوم من الصين وحكوا عنها أنه لم يسكنها إلا النساء وأنهن يلقحن الريح ويلدن نساء وقيل أنهن يلقحن من الريح وزعموا أن الزهب عروق عندهم مثل الخيزرون وتربتها زهب وأنه وقع عليهن مر رجل فهممنا بقتله فرحمته أمرأ منهن وحملته على خشبة وسلمته في البحر فحملته الأمواج والرياح حتى أتت به بلاد الصين فدخل إلى ملك الصين وعرفه حال الجزيرة فوجه المراكب في طلبها فطافت تطلبها سلاسة أشهر فما وقعوا لها على خبر ولا أسر وجزيرة ابن أسعلاق فيها شخص مشوه لا يدري ما هو ذكره قوم أنه شيطان تجسد بين الجن والإنس وزعم قوم أنه خلق بحري مشوه مقارب لصولة الإنسان وأنه يأكل من وقع إليه من الناس وفي خبر زلقرنين أن مراكبه وقعت إلى جزيرة بيضاء نقية ذات أنهار وأشجار وأسمار وفيهم خلق على خلق الإنسان في الانتصاب رؤوسهم مثل رؤوس السباع والكلاب فلما دنوا منهم غابوا عن أبصارهم وبوسط الجزيرة نحر شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فيها من كل سمرة طيبة لذيذة الطعم مشرقة بأنواع الألوان ورقها كالخلال كثير ولي وحسنا والشجرة تسير بسير الشمس من الغدوة إلى الزوال فإذا زالت الشمس تقلصت وانحطت بانحطاط الشمس وغابت بعد نبتها وثمرها أحلى من العسل وأليا من الزبد ورقها أطيب رائحة من المسك فجمعوا من ورقها كثيرا ليحملوه إلى الإسكندر فضربوا وزهرت عليهم آسار الضرب ولم يروا من يضربهم وصيح بهم ردوا ما قد أخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فتهلكوا فردوا ما كان أخذوه من ذلك وركبوا مركبهم وشاروا ودخل الإسكندر جزيرة العباد فوجدها قفارا غير حشيش فيها وغدران ووجد فيها قوما قد أنحكتهم العبادة وصاروا كالحمم من سود الألوان فوقف بهم وسلم عليهم فردوا عليه فقال لهم ما عيشكم في بلادكم هذه فقالوا ما يأتينا من رزق من أسماك البحر وضروب الحشيش وما نشربه من ماء هذه الغدران قال أفلا أنقلكم إلى موضع أخصب لكم من هذا المكان فقالوا وما نصنع به إن عندنا في جزيرتنا هذه ما نغني به عن جميع العالم ويكفيهم لو إنهم وصلوا إليه قال وما هو قال فانطلقوا به إلى واد لهم يسرج من ألوان الدر والياقود فوق ما تتوحم النفس وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فيها من أصناف السمرات ما لا يوجد مثله ببلد من البلدان فقالوا له اتصل بنا إلى أكثر من هذا قال والله ولا إلى بعضه فقالوا فهذا بين أيدينا فما نلتفت إلى شيء منه وإنا لنؤسر الحشيش على هذه الفواكه فذهب أصحابه ليأخذوا من ذلك الجوهر شيئاً فمنعهم وودع القوم وانصرف إلى مركبه متعجباً منهم وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخضر فيها قوم حكماء فصار إليهم فرأ قوماً سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الكهوف وعليهم السكينة فسألهم عن مسائل من الحكمة فأجابوه فقال لهم سلوني ما أحببتم فقالوا له إننا نسألك الخلط فقال أن لي به ولا أقدر على زيادة النفس واحدة في أنفاسي فقالوا فعرفنا بقية آجالنا فقال أنا لا أعرف بقية أجلي فكيف لي بمعرفة أجل غيري فقالوا فمنحنا منحة تبقى لنا ما بقينا فقال وهذا ما لا أبلغه لنفسي فكيف لغيري قالوا فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر إلى عساكر الإسكندر وكان على شاطئ البحر رجل حداد لا يرفع بصره إليه ولا إلى شيء من عساكره فعجب الإسكندر من ذلك فأقبل عليه وقال له ما منعك من النهوض لي والنظر إلى عسكري فقال له لا يعجبني ملكك فأنظر إليه وقال ولما قال إني عينت قبلك ملكا لا يبلغ ملكك ملكه وكان في جوار رجل المسكين لا يملك شيئا فمات الملك والمسكين في يوم واحد ودفنا في ناحية واحدة فكنت أتعاهدهما حتى بلية أكفانهما وبقيت رممهما ثم اختلطا فجهدت أن أعرف الملك والمسكين فلم أقدر على ذلك فهان علي كل ملك بعد ذلك قال فصناعتك تكفيق قال أنا أكسب بها سلاسة دراهب كل يوم أنفق درهما وأقضي درهما وأسلف درهما فالدرهم الذي أنفق هو مؤني ومؤنة عيالي والدرهم الذي أقضيه عما يلزمني في كراه بيتي وموضع عملي والدرهم الذي أسلفه هو الذي أنفقه على ولدي لينفقه علي إذا كبرت قال أفلا تنفق ذلك على أصحابك قال هم لا يحتاجون إلى ذلك وأنا لا أحتاج إليه وإنما يحتاج إلى ذلك من لا ينصف عن نفسه فأما من أنصف منها فلا يحتاج إلى شيء فعجب ذو القرنين من حكمهم وانصرف عنهم فقر بعنوان ذكر آدم عليه السلام ولده أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة لست خلون من نسيان وكساه الله لباثا من ظفره وأسجد له ملائكته فسجدوا إلا إبليس وكان ملكا على الأرض يصعد إلى السماء متى شاء فأبى من السجود لآدم وقال أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطاؤه وأنا من نار وهو من طين فلي عليه الفضل من كل جانب وأفضله وأتفضل عليه بالأجنهة التي أخشى بها أقطار الأرض في أقل من لمح البصر فلما امتنع من السجود إبليس أبلسه الله ولعنه وخلق حواء وألبسها لباسه وأسكنها الجنة لسلاس ساعات مضت من ذلك اليوم وأباحهما جميع ما في الجنة إلا الشجرة التي نهاهما عنها وهي على قول أكثر أهل العلم البر وكانت الحبة بقدر الإترجة فألقتهما الحية وكانت من أحسن دواب الجنة وكانت زاد قوائم ولما رأى آدم ما أعطيه من الكرامة اشتاق إلى الخلود فطمع فيه إبليس فاحتال حتى أدخله الجنة فخاطب حواء فيها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكم من الصالحين ولم يزل بحواء حتى أكلت من الشجرة وأطعمت منها لآدم فأكل فلما أكلا منها انكشف لباسهما إلى أطراف أصابعهما وبدأت لهما سوآتهما وهرب آدم في الجنة يمينا وشمالا لا يدري ما يصنع فتعلقت به شجرة الأترج وحسبته بناصيته ومعه حواء فتفقوا يخوزان من ورق الجنة ويستطيران بها فقال الله عز وجل قد جعلت هذه الشجرة غزاء لكما ولذريتكما يعني الشجرة التي أكلان منها عاصين فأهبطوا جميعا أنتما وأبليس والحية فإن بعضكم لبعض عدو ونزع الله من الحية قوائمها فهبطوا فكان مقام آدم في الجنة محواء ثلاث ساعات مقدار 250 سنة من أيام الدنيا وهو ربع يوم من أيام الآخرة الذي هو ألف سنة فأهبط آدم على جبل سرنديب وعليه الورق المقصوف من الجنة فلما جف الورق وذهبت رطوبته تقطع وسقط فنسفته الريح وطرحته إلى كل جهة فنبتت منه بأرض الهند أنواع الطيب الأفاويه والتمر الذي لا يوجد إلا هناك وفيه العود ودواب المسك وحوله أصناف اليواقيت والماس وفي بحره معايض اللؤلؤ وسمى الله آدم عبد الله وكناه أبا محمد وكان طويلا جايد الشعر أحسن من خلق الله تعالى فلما نزر إلى الأرض نقص من لونه وحسنه وطوله وكان يتكلم بالعربية فحول الله عز وجل لسانه إلى السريانية وانتزع منه ما علمه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد توبته إليه وأهبط حواء على جدة وبيدها قبض من جوهر الجنة فتناسر منه من يدها شيء فكانت الجواهر منه ونقص أيضا من حسنها وبهائها وأهبط أبليس ومعه قبضة من النار وعص من بعض شجر الجنة يقال إنه العوسج ويقال إنها كانت من آس الجنة وهي التي صارت إلى موسى عليه السلام وأنزل معه ثلاثين قضيبا من سمار الجنة وجعلها إكليلا على رأسه منها عشرة ظاهرة القشور وهي الجوز واللوز والبندق والفستق والخشخاش والبلوت والقسطل وجوز الهند والرمان والموز وعشرة لها نوى وهي الخوخ والمشمش والأجاص والتمر والزعرور والغبيرة والقراسية والشاه باللوت والنبق والمقل وعشرة لا قشور لها ولا نوى وهي التفاح والسفرجل والكمثري والعنب والتوت والأترج والخرنوب والخيار والبطيخ والبر وكان أول ما خلق الله تعالى في الأرض الكامثري وتاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام بعد مائة سنة أتاه جبريل عليه السلام وعلمه الكلمات وهي لا إله إلا أنت عملت سوء فاغفر لي وأنت خير الغاثرين وقيل في طوله أنه كان يبلغ السماء فلما أهبط إلى الأرض جعل طوله مائتين وسبعين زراعا وعلم استخراج الحديد وسبكه وعمل الزبدة المطرقة والكلاليب والمدية وآلات الأرض وما تحتاج إليه من جميع الآلات وعلم ما يأكله من دواب الأرض وما يشتنبه وأمر بالمسير إلى مكة وكان موضع قدمه عمرانا وما بينهما مفاوز وأتى جدى فوجد بها حواء تبكي فقال لها هذا عملك وقيل له أيث الكعبة فطف بها فمشى إليها فتلقته الملائكة بالأبطح فقال له حياك الله يا آدم لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفين عام ولسنا بأول من حجه وعلمه جبريل عليه السلام المناسك وأنزلت عليه إحدى وعشرون صحيفة وفرض عليه الصلاة والزكاة والاختسال من الجنابة والمضوء والزرع وحصد وخبز ثم قيل هذا دأبك أنت وذريتك فقال يا رب ما بلقت هذا إلا بشق الأنفس فقيل له هذا بخطيئتك وعقبت حواء بعشر خصال وجع العذرة ووجع الولادة وطول الحمل والحيد وحزن الموت وقناع الرأس وملكة الرجال للنساء وأن تكون تحت الرجل عند الجماع والولول عند المصيبة ورقة القلب عند الحزن وجمع بين آدم وحواء بجمع وتعارفاه وعقب آدم بنقصان طوله وتغير حسنه وخوفه من السباع وكانت تخافه وحتم عليه وعلى ذريته بالموت وحفظت عليه أعماله وكلف النظر في رزقه والتعب فيه وعقبت الحية بقص جناحيها وعد أم يديها ورجليها ومشيها على بطنها وشق لسانها وخوفها من الناس وعداوتهم لها وجعل من الطراب غذاؤها وانطلبت أن تقتل أخرجت للناس لسانها وأن آدم غشي حواء فولدت له قابيل وتوأمته قليمة وكان كذلك يولد له توأمين في كل بطن ثم ولدت له قابيل وتوأمته ليوذا فشغل قابيل بالحرس وشغل هابيل برعي الغنم ثم أمره أن يزوج هابيل من أخت قابيل فضربها وقال أنا أحق بأختي منه فأمرهما أبوهما أن يقربا قربانا فأيهما تقبل قربانه كان أحق بأخت قابيل فرضيا بذلك وقرب هابيل أسما كبش كان عنده وقرب قابيل من أرزل ما كان عنده من الغنم وكان ذلك بينهما يوم الجمعة وجاءت النار إلى القربان وأخذت الكبش الذي كان لهابيل وحملته ولم تتقبل قربانا قابيل فأغضبه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد من صرفهما من مناه فيما يدري كيف يقتله فتصور له إبليس لعنه الله في صورة إنسان وأخذ طائرا ففشخ رأسه بحجر فقتله وحمله معه حتى غاب عن عينه فاختفل قابيل هابيل حتى نام عند غنمه وهي ترعى فحمل حجرا فطرحه على رأسه فقتله فأصبح من النادمين وطال تحسر آدم عليه السلام على ابنه هابيل وعلى الجنة فأنزل الله تعالى له خيمة من خيام الجنة من ياقوتة حمراء وضعت مكان الكعبة ولمائتين وثلاثين ثنى من مهبط آدم ولد له شيث وهو هبة الله وتوأمته فتقول أصحاب التواريخ أنه ولد له مائة وعشرون بطن وأمر آدم عليه السلام يكتب الصحف وعلم اللغات كلها وعلم الأسماء التي قهر بها الجان والشياطين وعلم حساب الأزمنة وسير الكواكب وسأل ربه أن يريه الدنيا وما يكون فيها من خير وشر فمسلت له برا وبحرا فنظر إليها وإلى ملوكها وسكانها من ولده وصور الأنبياء وما يكون في العالم ويدور فيه من خير وشر إلى انقضائه ولما كثر ولده وولد ولده بعثه الله إليهم وأمره أن يأمرهم بما أمره الله به وينهاهم عما نهاه عنه ويقال أنه أرسل وهو ابن تسعمائة سنة وسبعين سنة ولما أراد سبحانه وتعالى أن يتوفاه أمره أن يسند وصيته إلى ابنه شيث ويعلمه جميع العلوم التي علم بها ففعل وكان سبب وفاته عليه السلام أنه انصرف من الفلاحة موعوكا فحم ومرض 21 يوما والملائكة تختلف إليه ويقال أنه اشتهى قطفا من عنب الجنة فوجه بعض ولده يسأل له ذلك ممن لقيه من الملائكة فلقيه جبريل عليه السلام فعرا في أبيه وقال أرجع فأن أباك قد مات وكان سنت يوم إس تسعمائة وثلاثين سنة وقالوا تسعمائة وخمسين سنة بعدما وهب لداود منها خمسين سنة وأتاه جبريل عليه السلام بكفا وخنوط من الجنة وعلم شيث كيف يغسله ويكفنه وقيل هذا سن لكم في موتاكم بعدين وحمر إلى غار الكنس في جبل أبي قبيس فدفن فيه وكانت وفاته عليه السلام يوم الجمعة ومات ولده وولده وولده أربعين ألف بيت ورفعت مع موته الخيمة اليقوت التي كانت بموضع الكعبة وحزنت عليه حواء حزنا شديدا وبقيت بعده سنة ثم ماتت عليه السلام والرحمة وصلى عليها شيث ودفنها إلى جانب آدم صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين فقر بعنوان ذكر شيء من أخبار ولده كان قبيل ولد آدم عليه السلام وأول من عصى وقتل وكفر ولما قتل أخاه هرب عن ذلك الجبل بأخته وبن قرية يقال لها خلوا وسكنها وقابيل أول من عبد النار وقيل أنه أشقى البرية وأنه عليه نصف عذاب الخلق وقيل أنه متى سفك ذنب غير وجه كان شريكا لصاحبه فيه شيث بن آدم بعثه الله إلى ولد أبيه وأنزل عليه سبع وعشرين صحيفة عليه وعلى أبيه وأمره ببناء البيت هو وولده بالحجاز وأمره بالحج والعمرة وكان أول من اعتمر وأمر بالجهاد بجهاد ولد قابيل إن أنه لا يتبرج بين تهامة ومكة وولد الأنوش بن شيس عليها السلام وهو بكره ووصيه ومن ولد أتركين بن شيس يعغوس ويعوق ونسر وسواع وود فكان هؤلاء النفر قوما صالحين فلما ماتوا حزن عليهم أبناءهم حزنا شديدا فتمثل لهم إبليس وصور لهم صورهم من المرمر واجعلها في بيوتهم ليتذكروا بها ويتآنسوا ويخف حزنهم عليهم فلما ملكوا ونشأ غيرهم صور عندهم إبليس أنه آلهة وأن آباءهم كانوا يعبدونها واستهواهم فعبدوها وكان عمر شيس سبعمائة سنة واثنى عشر سنة وولد له وهو ابن مائة وخمسين سنة وأوصى إلى ابنه قينان وقد كان علمه الصحف وبيّن له قسمة الأرض وما يكون فيها وأمره بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة والحج وبجهاد ولد قابيل ففعل ما أمره به أبوه ومات قينان وله سبعمائة سنة وعشرون سنة وأوصى إلى ابنه مهلائيل ووصاه بما أوصاه به وكان عمر مهلائيل سمامائة سنة وخمسا وسبعون سنة وأوصى إلى ابنه بوارد وعلمه الصحف وعلمه قسمة الأرض وما يحدث في العالم ودفع إليه كتاب سر الملكوت الذي علمه مهلائيل الملك لآدم عليهما السلام وكانوا يتوارسونه مختوما لا ينظرون فيه وولد لبوادر وهو أبن مئة سنة ابنه خنوخ ويقول بعض أهل التاريخ إنه تم للعالم في وقته 2600 سنة وأربع سنين خنوخ هو إدريس النبي عليه السلام ونبه الله تعالى وسمي إدريس لكسر درسه لكتاب الله عز وجل وسنن الدين وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه سلاسين صحيفة فكملت الصحف المنزلة يوم إذن سلاسين صحيفة وعهد بوارد إلى خنوخ ورفع إليه وصية أبيه وعلمه العلوم التي كانت عنده ودفع إليه مصحف السر فلم يدفعه بعد شيء صغير إدريس عليهما السلام وفي بعض الأخبار أنها أول من كتب من ولد آدم عليه السلام وقال آخرون أنه لم يخل قط جيل ولا أمة من الكتابة لأن إدريس بدت فيه النبوة وعلم عدة خطوط وأمر جميع المصاحف وتركها في الهيكل وأمر بني آدم وغيرهم بدرسها وفي بعض الأخبار أنهم كانوا يلبسون القمص من فاخر الحرير والخز وغيرهما من الملونات والمنسوجات بالزهب والمنظومات بالجوهر ويلبسون التيجان وقد كانت حواء أمرت بالنسج والغزل فغزلت القطن والكتان والوبر ونسجت وكست أولادها وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء ويقال أنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصنام من أولاد قابيل وسقط عظيم من أصنامهم الذين كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه ويزبحون وكان ملكهم يومئذ يمحويل اجتمعوا إليه ليتداولوا فيما ظهر لهم فجاءهم إبليس في صورة شيخ كبكثر شيبه وكان الشيب عندهم عجيبا لأنهم لم يكونوا رؤوه إذ لم يكن قبل ذلك شيب ولا ظهر لهم إلا بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان وقيل أول من شاب إبراهيم عليه السلام فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار قال اللهم زدني وقارا ويقال أنه أتاهم إبليس في صورة روحاني له جناحان فقال لملكهم يا محويل أنه قد ولد الآن لمحليائيل ولد يكون عدوا للآلهة وعدوا للملك وسبب فسادها ولذلك أصابكم ما أنتم به مشغولون فقال يا محويل فهل تقدر على هلاكه؟ قال سأحرص على ذلك فوكل الله بإدريس ملائكة يحفظونه فإذا أتاهم إبليس ومن معه من جنوده منعوهم منه وظهر في وقته كوكب من كواكب الدوائب أقام ظاهرا نيفا وسلاسين يوما فجعله أبوه سالما الهيكل وعلمه الصحف وكان حريصا على دراستها وعلى الصوم والصلاة حتى شاب فنبأه الله عز وجل على رأس أربعين سنة فأتاه ورايل الملك يعلمه الفلك والكواكب وسعودها ونحوسها وصور الدراج والبروج وقيل أنه أول من نظر في النجوم بعد آدم عليه السلام وفي التوراة أن إدريس عليه السلام أحسن خدمة الله فرفعه الله تعالى إليه ولما رأى إدريس بني قابيل في المعاصي وعبادة الأصنام سأل الله أن يرفعه إليه وأن يطهره من خطاياه فأجابه إلى ذلك وأوحى الله إليه أن يلازم الهيكل هو وشيعته أربعين يوما وأوصى إدريس إلى ابنه متشولخ لأن الله أوحى إليه أن أجعل الوصية في ابنك متشولخ فأني سأخرج من ظهره نبيا يرتضي فعله فقيل إنه رفع إلى السماء السابعة وقيل إنه كانت له قصة مع ملك الموت وقد سأل الله أن يزيقه طعم الموت ثم سأل الله أن يريه رضوانا ويدخله الجنة ففعل ولم يخرج من الجنة ورفعه الله وهو ابن 150 سنة وأما متشولخ فأقام أخوته وبني أخيه أمام الهيكل يعبدون الله تعالى والنقباء السبعون معهم ولما رفع الله تعالى إدريس عليه السلام كسر الاختلاف بعده والتنازع وأشاع عليه إبليس أنه هلك وأنه كان كاهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق وحزن عليه ولد آدم المتمسكون بدينه حزنا شديدا وأظهر عن صنمهم الأكبر أحلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والزبائح لها وعملوا عيدا لم يبقى أحد إلا حضره وكانت لهم يومئذ سبعة أصنام يغوس ويعوق ونسر وود وسواع ومزية وضمر وسنذكرها عند ذكر المتعبدات وانقطع الوحي بعد إدريس عليه السلام ومات أولئك النقباء فكلما مات واحدا منهم صور بنوه وأهله صورته في بيت لهم ليذكروه ويستغفر له وكان متشولخ أراد فساد تلك الصور فامتنعوا عليه فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه لمك ومعنى لمك الجامع وعهد إليه أبوه ودفع إليه الصحف في الكتب المختومة التي كانت لإدريس عليه السلام وكان عمر متشولخ تسعمائة سنة وانتقلت الوصية إلى لمك وهو أبو نوح عليهما السلام وقد كان رأى أن نارا أخرجت من فيه فأحرقت العالم ورأى وقتا آخر كأنه على شجرة في وسط بحر لا غير ولما ولد له نوح عليه السلام ذكر العلماء والكهان ذلك ليمحويل الملك وعرفوه أن العالم يهلك في زمانه وأنه يكون طويل العمر وقد كانوا رأوا أنه طوفان يغرق الأرض فأمر يمحويل أن يبنى له المعاقل على رؤوس الجبال بنيانا عاليا ليحصنوا بها فعملوا منها سبعة معاقل بعدة الأصنام التي كانت لهم وعلى أسمائها وزبروا عليها شيئا من علومهم ويقال أن الملك عملها لنفسه خاصة وكبر نوح عليه السلام فنبهه الله عز وجل وهو ابن خمسين سنة وأرسله إلى قومه وكان من نعته أن آدم رقيق البشرة وفي رأسه طول عظيم العينين رقيق الساعدين والساقين كثير لحم الفخزين طويل اللحية عريضها طويل جسيم وكان حيا بعد إدريس عليهما السلام وهو من أهل العزم من الرسل وفي بعض الأخبار أن عمره ألف ومائتين وخمسين سنة وأنه لبس في قومه يدعوهم إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاما كما قال الله تعالى وقال من ينكر طول الأعمار على مذهب الفلاسفة أن حياته لبنية وكانت شريعته التوحيد والصلاة والصيام والحج ومجهدة أعداء الله من ولد قابل وأمر بالحلال ونهى عن الحرام ولم يكن فرضت عليه أحكام ولا مواريس ولا حدود وأمر أن يدعو الله تعالى ويحذرهم عذابه ويذكرهم آلائه وعلى رأس مائتي سنة من عمره من عمره هلك يا محويل ملك الكفرة الكفرة وملك بعده ابنه الدرمشيل فشدت في عبادة الأصنام وأعلى أمرها وجمع الناس إليها وأخذهم بالتعبد لها فأظهر نوح عليه السلام دين الله عز وجل وكان يدور في محالهم وأسواقهم وحياكلهم يدعوه من الله تعالى كانوا يطون ذلك عن مليكهم ويسجرون مع ذلك نوحا ويهددونه ويهولون عليه إلى أن حلت قصته وعظم أمره وتحاماه الناس وتخاطبوا في أمره إلى أن اتصل ذلك بمليكهم فأخضره وانتهره تقدم إليه أن لا يعود ويقال أن الذي فعل ذلك يا محويل وأنه حبسه وبعد ثلاث سنين من حبسه هلك يا محويل وولي يا الدرمشيل فأخرجه من الحبس وتقدم إليه أن ينتهي عن إفساد الدين وسب الآلهة فكان لكل سنة من أصنامهم الكبار عيد في وقت من أوقات السنة يحضرون وينحرون له ويطوفون به فحضر عبد يغوس فاجتمع الناس إليه من كل مكان فأتاهم نوح عليه السلام فقال في وسطهم وناداهم أن قولوا لا إله إلا الله فوضعوا أصابعهم في أزانهم وأدخلوا رؤوسهم تحت سيابهم وسقطت الأصنام عند ندائه عن كراسيها ووسبوا عليه فضربوه وشجوه حتى سقط على وجهه وسحبوه إلى قصر الملك حتى أدخلوه إليه وكان في مجلس مزخرة في أنواع الألوان وبدائع التصاوير والأسباغ مفروش برفيع الخرير وعلى سرير مصفح بالزهب منظوم بالجوخر فلما مسأل بين يديه قال له ألم أهدي إليك وأنحك عن التعرض لشيء من أمور الآلهة وأن تدعوهم إلى ما لا يعرفونه وزاد أمرك حتى سجدت الآلهة وألقيتها عن كراسيها ومواضع شرفها وعزها من علمك ذلك ومن أين وصل إليك فقال له نوح عليه السلام وهو مخطوب بدمائه لو كانت آلهة لما سقطت فاتق الله يا درماشيل ولا تشرك بالله فإنه ياروك فقال له الملك فكيف قدرت أن تخاطبني هذا الخطاب فأمر بحبسه إلى أن يحضر عيد الصنم الآخر فيزباح له تقربا به إليه وأمر أن يرد الأصنام على كراسيها وأن الدرماشيل رأى رؤية هالته في أمر نوح عليه السلام فأمر بإخراجه وتخلية سبيله وأخبرهم أنه مجنون لا حرج عليه وكان في زمانه سويديين الكاهن فعرفهم بأمر الطوفان وقرب زمانه وكان يأمر بقتل نوح عليه السلام والله يعصمه منهم فولد لنوح بعد خمسمائة سنة من عمره سام وبعده حام وبعده يام وبعده يافس وطال أمر نوح معهم فلم يؤمن به إلا نفر يسير من العالم وقيل له أن أؤمن بك واتبعك الأرذالون وقيل كانوا من أهل صناته وكان صلى الله عليه وسلم نجارا ومضت لهم سلاسة قرون قرن بعد قرن ونوح عليه السلام يذكرهم ويدعوهم إلى الله تعالى فلا يزدادون إلا طغيانا وعتوا وتجبرا واستكبارا وقتل من كان اتبعه فكان يدعوهم إلى الله سبحانه فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فحين إز يأس منهم ودع عليهم فقال ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ذيارة وأمر نوح عليه السلام بعمل السفينة وقد قطع الله عن قومه النسل وكثر عليهم القحط وقلت عمارتهم وكانوا يستعينون على عبادتهم بأصنامهم ولا تنفعهم وابتدأ نوح بعمل السفينة وأقام في قطع خشبها من الساج وفي عملها سلاس سنين ثم صنع المسامير وأخذ كل ما يحتاج إليه ونصبها في رجب وأمر أن يجعل طولها سلاسمائة زراع وعرضها خمسون زراعا وعمقها سبعين زراعا ويقال إنه لم يدر كيف يعملها فأتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يعملها على صورة الدجاجة وكانوا يهزأون منه وهو يصنعها فيضحكون منه ويرمونه بالحجارة وجعل بابها في جنبها فأقامت بعد أن فرغ منها في البر سبعة أشهر إلى أن أخذا من أصحاب نوح الذين كانوا معه سلاسة رجال فزبحوا الأصنام تقربا ليندفع عنهم القحط فيما زعموا حق عليهم العذاب وأمر نوح عليه السلام أن يحمل فيها من كل ذوجين إثنين من جميع الحيوان وكانت الطبقة السفلة للدواب والأنعام والوحوش والثانية للطعام والشراب والثالثة لهم وكانوا ثمانين نفسا نوح وبنوح عليه السلام سام وحام ويافس وأهله وناسه وحملت وحملت الملائكة تابوت آدم عليه السلام من خشب فيه جسده وكان معهم في السفينة وكان التابوت بتهامه وكان معه في السفينة وركب معه المؤمنون من ولد أبيه وجده إدريس عليه السلام فلما نزلوا من السفينة بنوا قرية وسموها سوق سمانين فهي اليوم تعرف بذلك هناك ويقال إنه لما اتصل الخبر بدرمشيل أن نوحا قد ركب السفينة وحمل زاده قال وأين الماء الذي يحملهم فركب في عدة من أصحابه وسار إلى السفينة وقد أجمع على إحراقها فنادى نوحا عليه السلام فاستجاب له فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك قال هو يأتيك في مقامك هذا فقال وهذا أعجب إنك تقول إنه يكون في أرض يبس ماء غمر يحمل مثل هذه السفينة انزل منها أنت ومن معك وإلا أحرقتكم أجمعين فقال له نوح عليه السلام ما أكثر اخترارك بالله عز وجل فعجر الإيمان واخلع أنداد الله تعالى تسلم وترشد وإلا فالعذاب بين يديك فهو في محاورته إذ أتاه من أخبره أن امرأة كانت تخبص في تنور لها فنبع الماء منه فقال وما عسى أن يكون من ماء نبع من تنور فقال له نوح عليه السلام ويحق إنه علامة الصحت وكذلك أوحي إلي ربي وآية ذلك أن الأرض تتخلخل من جميعها فأزل فرسك من موضعه فأن الماء ينبع من تحت قوائمه فأزال الملك فرسه من موضعه فإذا الماء ينبع من تحت قوائمه فسار إلى موضع آخر فكذلك وعادت رسله تخبره أن الماء كثر وفار فرجع إلى داره ليأخذ أهله وولده ويمضي إلى المعاقل التي كان عملها لنفسه وقيل إنه علم الطوفان كان عندهم إلا أنه لم يأتي وقته لما أراد الله تعالى وكان قد جعل في تلك المعاقل طعاما فأراد الصعود إلى الجبال فإذا الصحور تنحط على رؤوسهم من أعلى الجبل وانفتحت أبواب السماء بما لا يعلم قدره إلا الله تعالى من الماء فساروا ولا يدرون أين يتوجهون ويقال أنه كان الماء حارا منتنا ويقال أنه يا بن نوح ممن سار إلى السفينة مع عبد الرمشيل فناداه أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء مع الملك وأصحابه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وقد كان رأى التنور يفور وقيل أن السفينة أقامت في الماء خمسين ومئة يوم وقال قوم من أهل الأثر أنها أقامت أحد عشر شهرا وقال آخرون كان الطوفان في رجب ووقفت على الجودي في المحرم وفي التوراة أن الله تعالى وفي التوراة أن الله تعالى آل على نفسه أن لا يعزب أمة بعدها بالغرق وكان بين مهبط آدم عليه السلام وبين الطوفان وفور الماء أربعون يوما فأمر نوح أن تفتح أبواب السفينة ثم أرسل الغراب لينظر له فمضى ولم يعد إليه فدع عليه أن يكون مباعدا وأن يكون رزقه في الخوف ثم أرسل الحمامة فرجعت وقد انسبقت رجلاها بالطين فدع لها أن تكون إلفا لبني آدم ومنقارها ورجلاها مصبوغة من يومئز ولم تكن كذلك ثم أرسلها بعد أيام فرجعت وفي مناقرها ورق خضراء من الزيتون وقيل كانت من عشب الأرض وفي التوراة أن الأرض جفت في سبعين وعشرين من الشهر الحادي عشر ولما تغيب الماء ووقفت السفينة على الجودي أوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يخرج من السفينة هو ومن معه فأخرج البهائم والهوان وقالوا هم الأسد أن يعبس في السفينة وقالوا هم الأسد أن يعبس في السفينة فصاح به نوح عليه السلام فألقى الله الحم في جسده وأن النجو آذانهم فلطم الفيل فعطس خنزيرا فالتقط ذلك الخنزير فهو يعيش منه وأن الفأر آذانهم فلطم الأسد فعطس هر ونزل نوح عليه السلام من السفينة وبنوه سام وحام ويافس ويحطون وهو الذي ولد له في السفينة ولما خرجوا ليستقروا على الأرض بنوا قرية سموها سوق سمانين فسكنوها فقال لهم الله أكثروا واملعوا الأرض وعمروها فقد باركت فيكم ورفعت اللعنة على الأرض وآذنت بركاتها وأخرج سمرها وكلوا مما رضقناكم حلالا طيبة واشتنبوا الأوثان والميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ووجه نوح التابوت الذي فيه جسد آدم عليه السلام إلى غار الكنز بمكة فدفن فيه ولما كثر ولد نوح عليه السلام قسم الأرض بينهم فدب إبليس إليهم ليرمي بينهم العداوة والبغضاء فقال لبني حام ويافس إن أباكم أعطى سام وولده خير الأرض ومنعكم منها وأعلاهم عليكم ولم يذل بذلك فيهم حتى قتل بعضهم بعضا فالآن نبدأ بذكر نبي بني نوح عليه السلام وأنسابهم وتفرقهم في البلدان وما ولد كل واحدا منهم من الأمم فنبدأ بالذكر حام وبعده بالذكر يافس وبعده بالذكر يحطون وبعده بالذكر سام واتصلا بالعرب والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فقر بعنوان حام بن نوح عليه السلام يقول أهل الأسر أن نوح عليه السلام دعوا عليه بتشويه الوجه وسواده وأن يكون ولده عبيدا لولد سام فولد له بعد كنعان كوش فكان أسود فهم أن يقتل امرأته فمنعه سام وذكره دعاء أبيه عليه فغضب ونزغ الشيطان بين الأخوة وحمل بعضهم على بعض وكان آخر أمر حام أنهرب إلى مصر وتفرق بن نوح ومضى على وجهه يا أم المغرب حتى انتهى إلى الأقصى إلى موضع يعرف اليوم بأصيلة وهو آخر مرسى تبلغه مراكب البحر من نحو الأندلس إلى ناحية القبلة وليس بعده للمراكب مزهد فيقال أن بنيه اقتموا لمكانه وندموا على تركه فخرجوا على أثره يطلبونه في النواحي التي قصدها فيقال أن منهم طوائف وقعت عليه فكانوا معه إلى أن مات وقطنوا ذلك البلد وسكنوا به وهم أصناف السودان فكل طائفة من ولده بلغت موضعا فيطلبه فانقطع خبره عنهم أقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه ولم يصل إليه إلا بنوه فقط ولما مات حام خرج بعضهم من ذلك الموضع فأقاموا بمكان البربر وكان عمر حام أربعمائة سنة وأحد وأربعين سنة ولما مات دفنه بنوه في صخرة منقوبة في جبل أصيلة فقر بأنوان ذكر كنعان ابن حام هو أكبر ولد حام وهو أول من غير دين نوح عليه السلام وألقى العداوة بينه وبين جده من الجبابر والكنعانيين الذين كانوا بالشام ويقال فرعنت مصر منهم وجالوت منهم الذي قتله داود عليه السلام فهؤلاء العمالقة لأن العمالقة هم من ولد حام ومن هؤلاء الكنعانيون الذين قتلهم موسى عليه السلام ويوشع بن النون من بعده وهم الذين عن الله عز وجل بقوله إن فيها قوما جبارين وكانت خلقهم عظيمة وفيما يقال أن كنعان الأصغر رتبهم في نحية الشام والجزيرة ومن ولده فوسطان وصبرا ونهما وسماوس ومن ولده نبيط والنبيط هم السواد وقيل سموا بذلك لأنهم استنبطوا الأرض وعمروها وكانوا أصحاب عمارة وتدبير ومن ولد سودان بن كنعان أمم منهم الأشبان والزنج وأجناس كثيرة تناسلت بالمغرب نحو سبعين جنسا وهم مختلفون في أفعالهم ولهم ملوك ومنهم أجناس يلبسون الجلود وهم عرات ومنهم من يأذر بالحشيش ومنهم قوم يعملون لرؤوسهم قرونا من عظام الدواب وعندهم فأر أبيض يأكلونه ويسمونه من السماء ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة يبيت كل ليلة عند إثنتين منهن فإن جامعهن على ما تحب وإلا طلقهن الملك بعد ثالثة وبينما أجدبوا فإذا أرادوا أن يستسقوا جمعوا عظاما فكوموها كالتل ثم أضربوا بالنار وداروا حولها ورفعوا أيديهم إلى السماء وتكلموا بكلام فينزل المطر ويسقوا فإذا أعرس أحدهم لطخوا وجهه بشيء يشبه الحبر ثم أجلسوه على التل وجلسوا على التل وأجلسوا المرأة بين يديه وجعلوا قصبا مثل القبة وستروها بشيء من الحشيش وأقاموا حولها سلاسة أيام يشربون نبيز الزرة ويلعبون ثم ينصرفون ويأخذ الزوج امرأته ويسير بها إلى موضع سكنه ويلبسون حلق النحاس في أيديهم وآذان نسائهم ويحمل إليهم الكردوانية التي تسبق بالحمرة يلبسونها ولا يلبسها منهم إلا الملك ولهم شجرة عظيمة يعملون لها عيدا في كل سنة يجتمعون عندها يلعبون حولها حتى يسقط عليهم ورقها فيتبركون به ويزينون المرأة بحلق النحاس والودع في شعرها ومن ولد سودان الكركر وهم سميت المملكة التي هي أعظم ممالك السودان وأجلها قدرا وكل ملك لهم يعطي ملك الكركر حق الطاعة وتنسب إلى الكركر ممالك كثيرة ومملكة عانى وملكها أيضا عظيم الشأن ويتصل ببلاد معادن الزهب وبها منهم أمم عظيمة ولهم خط لا يجاوزونه من صدر إليهم فإذا وصلوا إلى ذلك الخط جعلوا الأمتع والأكسي عليه وانصرفوا فيأتون أولئك السودان ومعهم الزهب فيتركونه عند الأمتع وينصرفون ويأتي أصحاب الأمتع فإذا أرضاهم وإلا عادوا ورجعوا فيعود من السودان فيزيدوهم حتى تتم المبايع كما يفعل التجار الذين يبتاعون التقرنفل من أهله سواء بسواء وربما رجع التجار بعد ذوالهم مختفين فوضعوا النيران في الأرض فيسيل الزهب فتسرقه التجار ثم يهربون لأن الأرض كلها ذهب عندهم ومعدا ظاهر وربما فظنوا لهم فيخرجون في آسارهم فإذا أدركوهم قتلوهم وفي صحاريهم معادن الأشفار سم ويكبر حتى يظهر مثل الحصى الظاهر في الرمل وكل ما يحصل للتجار من الزهب يضربونه بمدينة سجل ماسة وهي مدينة كبيرة فيها أربع جوامع وشارع يسير منه نصف يوم وفيها نخيل كثير وفيها يضربون الدنانير وتحت يد ملك عاني عدة ملوك وممالك كلها فيها الزهب ظاهر على الأرض يستخرجه أهلها ويعملونه مثل اللبن ومن الأجناس المشهورة منهم ملك الدهدم يسار إليها من كركر على شاطئ البحر مغربا منها أبلاء ويحارب بعضهم بعضا ويأكلون الناس ولهم ملك كبير تحت يده ملوك وفي بلده قلعة عظيمة في صورة أمرأة يتأحبون لها ويحجون إليها ومملكة الزغاوة واسعة كبيرة منها على النيل مما يحازي النوبة ويحاربون النوبة ومملكة توان وهي كبيرة ويسار فيها يوما واحدا فيوجد فيها مومياء في أبيار غير أنها تتحرق مثل الزئبق وهذه الآبار في بقعة واحدة مقدارها نصف ميل بنوا عليها حصنا وهم يستعملون المومياء ويقال البقعة بمغرى من الصحراء وممالك النوبة وهم من ولد نوبة بن قوت بن مصر بن حام لأنهم لما صار جدهم إلى مصر مع مصر مات مصر وبقي بنوه فتولى أمره بعده قبطم وثبت القبط بمصر وهو من أولاد قبطم بن مصر ووجهه قبطم أخوته يسعون في البلاد لطلب ممالك وعيش فخرج نوب بن قوت بأهله وولده وسار على عبر النيل فملكه نالك ويقال لمدينتهم العظمة دنقلة وبلادهم بلاد نخل وزروع ومقدر اتساعها شهران وهم نصار على دين اليعقوبية ويكون هؤلاء مملكة النوبة من ناحية الصعيد وهم أوسع ملكا وأعظم خطرا وأصفل لونا ومسيرة ملكهم ثلاثة أشهر ومدينتهم العظمة يقال لها دخلولة وهم أيضا نصارى وملكهم جليل ولهم لباس وأساورة والزهب أيضا عندهم يظهر على الأرض ولهم أيضا نخل وكرم وهم أجناس كثيرة ولهم ملوك وبلدهم واسع مملكة البجة وهي تل النوبة وهي أيضا ممالك عديدة وهم بين النيل والبحر وفي كل مملكة ملك فأول ممالك البجة من حد السودان وهي آخر عمل المسلمين والمسلمون يعملون عندهم في المعادن وراء ذلك ممالك ومدن وتتصل بهم الحبشة وهم من ولد حبش بن كوش بن حام وأكبر ممالكهم مملكة النجاشي وهو على دين النصرانية واسم مدينتهم الكبرى كفر ولم تزر العرب على قديم الأيام تأثي هذه المملكة للتجارات وتتصل بمملكة الحبشة مملكة الزنج وهم على طول البحر المالح ولهم ممالك واسعة وهم من ولد سودان بن كنعون ولهم أيضا ملوك عدة وممالك واسم ملكهم الأكبر كوخة يكون بموضع يقال له نكد وهو على البحر يجدون أسنانهم حتى ترق وهم كبار الأفواه نظاف السغور على كثرة أكلهم للسمك ولهم أفيلة يبيعون أنيابها من بحار البلدان التي تقرب منهم ولهم الجزائر التي يخرج منها الودع ويتحلون به ويبيعينه وهم أجناس كثيرة ولهم ممالك أما الكوكة فهم أمة لهم أربعة أملاك ملكوا لآلة الحجاز وبنى كل واحد منهم مدينة سماها باسمه وجعلوا سائر الأرض خيما وقسموها على سلاسين كرة مقصومة على أربعة أعمال لكل عمل سمانون كرة ولكل عمل ملك يجلس في مدينة على منبر من زهب وفي كل عمل برية وهو بيت الحكمة وهيكل لأحد الكواكب وفيه أصنام زهب مرتبة له وكانت الإسكندرية لهم واسمها راقودة وجعلوا لها خمسة عشرة كرة وجعلوا فيها كبار الكهنة ونصبوا فيها ياكلها من أصناف الزهب أكثر مما في غيرها وقسموا الصعيد سمانين كرة على أربعة أقسام وكل عدد مدر مصر الداخل في كورها سلاسين مدينة فيها جميع العجائب والكوز مثل أخميم وفقط وفرص وأثيوم فقرأ بعنوان ذكر يافس بالنوح أما ولد يافس بالنوح فقال أصحاب التاريخ أن جميع اللغات 72 لغة منها 37 في ولد يافس و23 في ولد حام و12 في ولد سام فذكروا أن ولد يافس من ظهره 37 لكل واحد منهم لغة يتكلم بها هو ونسله وكان في قسم ولد يافس أرمينية وما جورها إلى الإبواء فمنهم الأشبان والروس والبرمجان والخرز والترك والسقالية ويأجوج ومأجوج وفارس ومزنان وأصحاب جزائر البحر والصين والبلغار وأمم لا تحصى فقرأ بعنوان ذكر يأجوج ومأجوج فأما يأجوج ومأجوج فأنه لا يقدر على استقصاء ذكرهم لكثرة عددهم وقد زعم أن مقدار ربع الأرض مسيرة 120 سنة فذكروا أن التسعين منها ليأجوج ومأجوج واثنتين عشر للسودان والثمانية للروم وسلاسة للعرب وسبعة لبقية الأمم وسمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج أربعين أمة مختلفين الخلق والقدود في كل أمة منها ملك ولهم زي ولغة فمنهم من طوله الشبر والشبران وأطول من ذلك ومنهم المشوهون ومن يفترش إحدى الذنيه ويتغطى بالأخرى ومن له ذنب وقرن وأنياب بارزة ومنهم من مشيه وثب ويأكلون الحيتان والناس والخشخاش والطير كله والرخم والحد أتى وبعضهم يغير على بعض ومنهم من لا يتكلم إلا همهما وفيهم شدة وبأس وأكثر طعامهم الصيد وكانوا يغيرون على الأمم التي تليهم ويخربون بلدانهم حتى عمل ذو القرنين السد وهم يستفتحونه آخر الزمان كما قال الله عز وجل وربما أكل بعضهم بعضا والذلازل عندهم كثيرة وذكر أن عندهم أمم تعرف المناسك وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج هل بلقتهم دعوتك فقال جست ليلة أسر يبي عليهم فدعوتهم فلم يستجيبوا فقر بأنوان ذكر السقالبة وأما السقالبة فهم عدة أمم فمنهم النصارى ومن يقولون بالمجوسية ويعبدون الشمس ولهم بحر حلو يجري من ناحية الشمال إلى الجنوب ولهم أيضا بحر يجري من المشرق إلى المغرب حتى يتصل ببحر آخر يجيء من ناحية البلغر ولهم أنهار كثيرة وهم كلهم في ناحية الشمال وليس لهم بحر مالح لأن بلدهم بعيد عن الشمس فماءهم حلو وما قرب من الشمس مالح وما جاوزهم من الشمال لا يسكن لبرده وكسرة زلازله وأكثر قبائلهم مجوس يحرقون أنفسهم بالنار ويتعبدون لها ولهم مدن كثيرة وبلاد ولهم كنائس فيها أجراس معلقة يضربونها كالنواقيس ومنهم أمة بين السقالبة والإفرنج على دين الصابئين يقولون بعبادة الكواكب ولهم عقول وصناعات لطيفة من كل فن وهم يحاربون السقالبة وبرجان والترك ولهم سبعة أعياد في السماء بأسماء الكواكب وأجلها عندهم عيد الشمس فقرأ بعنوان ذكر اليونانيين وأما اليونانيون فهم الروم الأولى من ولد يونان بن يافس بن نوح وهن حكماء الأمم ولهم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعات المنطق والصناعات اللطيفة وكل حكم مذكور وكانت الأندلس والإسكندرية ومن جاورهم من الأمم يدينون بطاعتهم إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقيطون من ولد عيسو بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام لأن عيسو لما فارق أخاه يعقوب سار إلى العدوة القريبة وهي مساكن الروم اليوم فغلب عليها وهم الذين بنوا رومية وإليها تنسب وهم بنوا الأصفر وكان آخر ملوك اليونانيين آيلة وبطرح بنت بطليموس صاحب كتاب الحكم والطلسمات ثم راجع الملك إلى الروم وقد كان ملك قبلهما منهم كثير ومنهم الحكماء الذين تكلموا في علم الفلك والهندسة والطب والحساب والموسيقى والمراء العجيبة والطلسمات والحيال الروحانية والزيجات وكل حكمة وكان أبقراط منهم وأبقراط الثاني وهرموس وسقراط وأفلاطون وأرستاطاليس وأقليديس وجالينوس وجماعة يطول الكتاب بالذكرهم فقر بعنوان ذكر الصين وقطع القوم من بني عامر بن يافس إلى ناحية الصين وكان زعيمهم قد عمد إلى مراكب على حكاية سفينة جده نوح عليه السلام فركب هو وأهله وولده فيها وقطع البحر إلى الصين فعمروه وبنوا البدن وعملوا الحكم ودقات الصناعات ولطيفها وأناروا معدن الزهب فيها وملكوا ثلاثمائة سنة وملك بعده ابنه صاني مائتي سنة وبهي سمي الصين فجعل جسد أبيه في تمثال زهب وأقاموا يطفون به وهو على سرير من زهب فصار ذلك رسم كل ملك يملكهم وصوروا صورهم في هياكلهم وهم على دين الصابئين ثم عبدوا الذرة بعد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا ملوكهم وكانوا يجعلون اجسادهم في تماثيل زهب ويسجدون لها ومنهم حكماء تكلموا في الفلك والطب والصنع وكثير من علوم الهند وبلد الصين واسع يقال أن فيه سلاسمائة مدينة ونيفا عامرة سوى القرى والسراتيق وبها عجائب كثيرة ومن خرج في البحر قطع سبعة بحار لكل بحر منها ريح ولون سمك ليس لما يليه أولهما بحر فارس وملكهم اليوم اليعقوفر وهو في مدينتهم العظمى التي يقال لها أنصو وبينها وبين خانقو التي تتراء لها مراكب التجار سلاسون يوما ومن سيرتهم أن عمار الملك وأصحاب خراجه وجيوشه خدم وذلك أن المرأة إذا لم تلت محصنة وأرادت الفجور رفعت أمرها إلى الملك تذكر حالها فيدفع إليها خاتم نحاس من خواتم الملك فجعلته في عنقها ولبست المصبغات وعملت ما شاءت علانية وإذا ولت الذكور خصوا واستعملهم الملك في داره وأعماله وإن ولدت أنثى كانت على رسم أمها وأهل الصين بيض إلى الصفرة فطس ومن سنتهم أن أحدهم إذا تظلم إلى الملك من بعض عماله كشف عن أمره فإن كان صادقا أنصفه وعاتب ظالمه وإن كان كاذبا ضرب بالخشب ضربا شديدا لاشترائه على عمال الملك بالكذب ومن سنتهم أنه إذا أراد خادم من خدم الملك شيئا ضرب جرس كبير يدخل الناس دورهم ويخلون له الطرقات لألا يرونه ومن سنتهم أن تقسم المدينة قسمين فيكون الملك وأهل بيته وعماله وحشمه في القسم الأواد والعامة والرعية وأسواقهم في النصف الآخر لا يدخل أحد منهم إلى ناحية الملك ومن سنتهم أن يرثوا الأنسة أكثر من الزكر ولهم عند حلول الشمس الحمل عيد كبير يأكلون فيه ويشربون سبعة أيام وأشرف حليهم من قرون القرنكند وهو الموشان لأنها إذا استوت ظهر فيها صور عجيبة مختلفة فيتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة أربعة آلاف مسقال من الذهب والذهب عندهم كثير حتى يتخذون منه لجم دوابهم وسلاسل كلابهم ولهم سياب الحرير المنسوجة بالذهب فقر بعنوان ذكر الأحتردة وأما الأحتردة فهم من ولد عامر بن يافس نذلوا بين الروم والإفرنج ومملكتهم واسعة وملكهم جليل القدر ولهم مدن كثيرة وأكثرهم اليوم نصارة ومنهم من الذين له وهم يحاربون الأفرنج والسقالبة الذين يجاورونهم ويطردونهم وذيهم ذي الروم ومنهم صنف يحرقون أنفسهم فقر بعنوان ذكر الأفرنج وأما الأفرنج أيضا من ولد يافس ومملكتهم واسعة كبيرة ولهم ممالك يجمعها ملك واحد ومدينتهم الكبرى يقال لها دريوة وهم أيضا نصارة وهم اليوم أربعة عشر تقابيلة وورائهم أجناس أخرى وأكثر اعتدائهم إلى التقالبة ولهم اتساع مملكة وهم يحاربون الروم والأحتردة ومنهم متجر وفيهم نصارى ومجوس وزنادقا ومنهم من يحرق نفسه فقر بعنوان مملكة الأندلس الأندلس أربعة وعشرون مدينة يملكهم ملك واحد لأن دينهم دين الصابئة ولهم في ممالكهم أصنام للكواكب ثم انصرفوا عن ذلك وتنصروا وكانت لهم معرفة وحكم وكان في دار مملكتهم بيت إذا ولي منهم ملك أقفل على بابه قفلا إلى أن ولي ملكهم لذريق ولم يكن من أهل الملك فطلب أن يفتح أقفال ذلك البيت وكانت عدتها أربعة وعشرون قفلا فاجتمعوا إليه وسألوه أن لا يفعد وبذلوا له على ذلك جميع ما في أيديهم من الأموال فأبى إلا فتحها فلما رأوا منه الجد تشاءموا به وتركوه ففتح الأقفال ودخل البيت فوجد فيه صور العرب على الخيل والجمال وعليهم العمائم الحمر وبأيديهم الرماح الطوال والقص وكتاب فيه إذا فتح هذا البيت غلب على هذه البلاد قوما على صور هؤلاء ففتحت الأندلس في تلك السنة والتي بعدها تولى فتحها طارق بن زياد مولى موسى بن نصير في سنة 92 أيام الوليد بن عبد الملك وقتل ملكهم للذريق وسباهم وغنم ووجد في ذلك البيت مائدة سليمان عليه السلام وكانت من زهب عليها أطواق جواهر مفصلة ووجد المرآة العجيبة الغريبة التي ينظر فيها إلى الأقاليم السبعة وهي مدبرة من أخلاط ووجد فيها آنية سليمان من الزهب والزبور منسوخا بخط يوناني جليل بين ورقات زهب مفصلا بجوهر ووجد فيه 22 مصحفا محلات كلة بالزهب منها التورات ومصحفا آخر محلة بفضة فيه منافع الأحجار والأشجار وعمل الطلسمات وكان مصحف فيه عمل الصبغة وأصباق اليواقيت ووجد فيه فقاعة كبيرة من حجر مملوء أكسيد الكيمياء مختوم بالزهب فحمل ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك لما فتحت الأندلس نزلها المسلمون وتفرقوا في مدنها وتملكوا أكثرها إلى أن صار إليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في سن 38 ومئة فغلب عليها ومملكها فذريته إلى اليوم فيها فقرى بعنوان ذكر مملكة البرجان وأما البرجان فهم من ولد يونان بن يافس وهي مملكة كبيرة واسعة وهم يحاربون الروم والسقالبة والخرز والترك وأشد الأمم خربا لهم الروم وبين القسطنطينية وبلاد برجان 15 يومه ومملكة برجان مسيرة 20 يوما في 30 يوما وعلى عمل برجان كله سياج وعليه شبه الشباك من الخشب فهو كالسور على الخندق والقرى دون السياج وأهل برجان مجوس وليس لهم كتاب ودوابهم التي للحرب رائعة أبدا في مارج لا يركبها أحد منهم إلا في وقت الحرب وإن وجدوا رجلا قد ركب دابة حربية في غير وقت قتلوه وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا فجعلوا أصحاب النشاب أمامهم وجعلوا خلفهم جميع العيال والذرية وليس لبرجان دنانير ولا دراهم إنما تبايعهم وترويجهم بالبقر والغنم وإذا وقع بينهم وبين الروم الصلح أدت برجان إلى الروم حواري وغلمانا من بني السقالبة ومن شبههم وإذا مات لأهل برجان ميت أمدوا إلى ترك من خدم وحاشية فجمعوهم وأوصوهم بوصايا وأحرقوهم مع الميت فيقولون نحرقهم نحن في الدنيا فلا يحرقون في الآخرة ولهم ناووس عظيم إذا مات الميت أنزلوه فيه وأنزلوا معه مرأته وحشمه فيبقون هناك حتى يموتوا ومن سنتهم إذا أذنب عبد أو أخطأ وعراد مولاه أن يضربه انبطح من قبل نفسه ولم يمسكه أحد فيضربه مولاه ما أحد فإن قام من غير أن يؤذن له مولاه وجب عليه القتل ومن سنتهم أن يورث للنساء أكثر من الرجال فقر بأنوان ذكر مملكة الترك وأما الترك فهم من ولد يافس بن نوح عليه السلام وهم أجناس كثيرة وهم أصحاب مدن وحصون ومنهم قوم في رؤوس الجبال والبراري في خيم اللبود وليس لهم عمل غير الصيد ومن لم يصد شيئا ذبح دابته وأخذ دمها وشواه وهم يأكلون الرخم والغربان وغيرها وليس لهم دين ومنهم من هو على دين المجوسية ومنهم من يتهود وملكهم الأكبر خاقون وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب ولباسهم الحرير وقيل أن ملكهم الأعظم لا يكاد يظهر وأن ظهر لم يقم بين يديه أحد وفيهم مكر وفيهم حقد وشدة وبأس وللملك عندهم يوم توقد لهم فيه نار عظيمة ويأتي ويقف وهو مطل عليها ويتكلم همهما فيرتفع منها وهج عظيم فإذا كان إلى الخضرة كان الغيس والخصب وإذا كان إلى البياط كانت جذب وإذا كان إلى الحمراء كانت راقة الدماء وإذا كان إلى الصفرة كان على الووباء وإن كان إلى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعيد فإن كان ذلك عجل بالسفر والعودة فقر بعنوان ذكر مملكة الروم وأما الروم فهم من بني عيصو والروم لقب لهم فلما صار الأمر إلى قسطنطين قال بالنصرانية وجمع الأساقف على المعمودية ثم تفرقت النصارى بعده على طبقات البطريق والأسقف والقسيس والشماس والمطران والدمستق صاحب الفرق وهم يفطرون يوم الأحد إذا صاموا ويفطرون السبت من الظهر ولا يتزوج الرجل عندهم إلا واحدة ولا يتسر عليها ولا يشرب من الخمر حتى يسكر والسكر عندهم حرام وتعظيم الأحد عندهم لأن المسيح قام من قبره ليلة يوم الأحد وارتفع إلى السماء يوم الأحد بعد اجتماعه مع الحواريين ولا يرون الاغتسال من الجنابة ولا الوضوء وإنما عبادتهم بالنية ولا يأخذون القربان ويقولون هذا لحمك ودمك يعنون المسيح عيسى عليه السلام ويعتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تفرقوا بعد أخذه قتل بعضهم بعضهم ولا يتكلم إذا أخذ القربان حتى يخسل فمه ويورثون النساء جزئين والرجال جزء وليس لهم طلوق ومن سيرتهم أن لا يلبس أحد منهم خفين أحمرين إلا الملك فإن كان ولي عهد ليس فردا أحمر وفردا أسود ولا يأكل ملكهم إلا على الموسيقى والألحان والغناء وأكثر طعامهم الكرديانات والمرفقات والاستبنجانات والسبكاجات ولهم الألغن وفيها الطب والحكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حتى أنهم ليصورون صورا يظهر عليها الحزن ويصورون أخرى يظهر عليها الفرح والسرور ويسمى ملكهم الرحيم ويظهر العدل والإنصاف وهو ينوح ذكر مملكة الفرس وأما الفرس فهم من ولد يافس بالنوح والفرس تدفع ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون نوحا ولا الطوفان ولا ولد نوح ويحسبون ملوكهم من كيومرت الأول وهو آدم وزعموا أن الفرس كلها من ولد أفريدون الملك وزعم قومهم أن أول ملك في العالم بعد الطوفان أو سبه هيد بن نوح بن عامر بن يافس وأن ملكهم ألف سنة وطلع إلى الفلك وبعده منه شهر وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الإسكندر دار بن دارة ورتب ملوك الطواف ثم هلكت الأكاسرة من آل أرتشير بن بابك إلى انقضاء ملكهم وقد نسبهم قوم إلى سام وبذلك جاءت الآثار وكاننا دينهم دين الصابقة ثم تمجسوا وبنوا بيوت النيران ويقال إنه كان يكسي ملكهم بيوت النيران وبذر فيها كبريتا وزرنيخا فاستوقض من نفسه لا يستعملون الحطب لتلك النار إلا أوقية بسلسين فضة ويقال أن من كان يريد التعبت في تلك البيوت يقعد على كرسي وبين يديه هاو حجر كبير قد جعل فيه ماء وبيده دستج خشب يضرب به الملك أبدا ويحركه بعنف شديد وقوة واشتهاد كأنه يعذبه لعبادته النور وجميع أهل الممالك يعترفون للفرس ويقرون لهم بالرئاسة وحسن التملك وتدبير الحروب ودقيق الألوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب الأعمال ووضع الأشياء مواضيعها والترتيل والخطابة ووفور العقل وتمام النظافة والشكل وهيبة الملوك هذا كله لهم فيه السبق ومن كتب سيرتهم استعمال من جاء من بعضهم من رسوم الملك وتتابير الرئاسة وأمرهم أشهر من أن يستسقى في هذا المكان فقرى بعنوان ذكر مملكة خرسان فأما ملوك خرسان مثل الصغض وغيرهم من قد غلبه والأشرسونية والبرجان وهو أهل الديلم والجبل واللد والأكراد والشماس وما وراء النهر فقد كانت لهم ملوك عدة بطارقة أكثرهم كان يعبد النار ويتمجس ويقال أن أردشير رأى شيطانه فقال له علمني علما أن تفع به فقال له أن تنكح أمك فهي أقرب أهلك ففعل وصار دين المجوسية والفرس تزعم أن نكاح الأخوات من وقت آدم ثم أطلق لهم بعد ذلك لذنادقتهم نكاح الأم وقال لهم هي أحق إليه من الأخت ففعلوا وخلف جزيرة الصين أمم عرات ينسق لون شعورهم وأمم لا شعور لهم وأمم حمر الوجوه شفر الشعور وأمم إذا طلعت الشمس حربوا إلى مغارات يأوون إليها من حر الشمس ولا يخرجون منها حتى تدور الشمس إلى الوجه الغربي وأكثر ما يتغذون نباتا يشبه الكمأة وسمك وخشخاش الأرض وتجاذبهم من ناحية الشمال أمم بيط شقر عرات يتناكحون كما تتناكح البهائم ويجتمع على الواحد الجماعة ولا يمنع أحد من أنسى لينالها فقر بعنوان ذكر سام بن نوح وأما سام بن نوح عليه السلام فأن الله جعل له الرئاسة والكتب المنزلة والأنبياء ووصية نوح في ولده سام خاصة دون أخوه ولد سام أرفخشد وكان عمره أربعمائة سنة وخمس وستين سنة وولد أرفخشد شالخ وولد شالخ عابر وعاش عابر أربعمائة سنة وثلاثين سنة وولد عابر قحطان وولد قحطان فالغ وولد فالغ يعرب وقيل إنه أول من تكلم بالعربية وكانت لغاتهم السريانية وولد يعرب سبأ وولد سبأ حمير وسمي بذلك لأنه كان له تاج وكان له جوهر أحمر فإذا جلس أضاء على بعد منه فكان يقال له الملك الأحمر ثم غير اللفظ فقيل له حمير وكهلان بعد حمير بن سبأ ومن كهلان كانت ملوك اليمن من التباعية والآذوين ومنهم كان أبرهة والآحايش والمغاربة والأنجاد والأذواء جماعة غذوا الأمم وتعجولوا في البلاد ومنهم الفريقس الذي بلغ آخر المغرب فقر بعنوان ذكر إبراهيم عليه السلام وأما إبراهيم عليه السلام فولد له سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة بنت هارون وهو من بني حران وكانت حياة إبراهيم عليه السلام مائة وخمس وسبعون سنة وكان ملك بابل في وقته أن مروز من ولد كوش بن حام فلما إنحاجه إبراهيم عليه السلام وكسر الأصنام أضرم الملك له نارا عظيمة وألقاه فيها فجعلها الله تعالى عليه بردا وسلامه وأتت الريح فنسفت النار في وجوه الواقفين مع الملك كذلك وخرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بنت عمه وكان خروجه وهو ابن ثبع وثلاسين سنة وتزوج سارة بوحي أتاه وخرج معه سلاسة صحف بالعبرانية وكانت لغته سريانية وكان في الصحف أمثال وتسبيح وتهليل وتحميل وأمر بالمسير فعبر الفرات وسار إلى مصر وسنسكر قصته في أخبار مصر فقر بعنوان ذكر إسماعيل عليه السلام وأما إسماعيل عليه السلام فقطن الحرم ونبع له زمزم بأمر الله تعالى ونبأه الله وأرسله إلى العماليق وجرهم وقبائل اليمن فنهاهم عن عبادة الأوسان فآمنت به طائفة منهم وكفر أكثرهم وغلب على الحرم وتزوج في خيرهم وولد له إثنى عشر ولدا ومات وهو ابن مئة وسبع وستين سنة وأوصى إلى ابنه عدنان بأمر البيت فدبر أمر البيت فمن عدنان ولد محمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجميع العرب العاربة من ولده وذكر آخرون أنه من ولد في دارين إسماعيل واختلفوا في ولد إسماعيل اختلافا كبيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغا بالنسب إلى معد بن عدنان قال عدنان بن أعرق الثري ومن إسماعيل وعدنان أمم كثيرة فقر بعنوان حدث البلبلة كان الناس بعد الطوفان مجتمعين بمكان واحد بأرض بابل ولغاتهم السريانية ثم تفرقوا فسلك قحطان وعاد وسمود وعملاق والتصم وجديس طريقا وألحمهم الله تعالى هذا اللسان العربي فساقتهم الأقدار إلى اليمن فسارت عاد إلى الأحقاف ونزل سمود ناحية الحجر ونزل جديس اليمامة ثم شخص تصم فنزل اليمامة مع جديس ثم شخص عملاق فنزل أرض الحرم وسار ضخم أرض فنزل الطائف وسار جرهم فنزل مكة فهؤلاء ولدهم ونسلهم يسمون العرب العاربة وولد إسماعيل يسمون العرب المستعربة لأنهم تعلموا منهم وتكلموا بلغتهم فقر بعنوان ذكر عود وأرسل الله هودا إلى عود وهم بأحقاف الرمل وملكهم الخلجان من الوهم وكانوا يعبدون سلاسة أصنام وكذبوه فدعوا عليهم فأمسك الله عنهم المطر سلاس سنين فأجهدهم ذلك فوجهوا إلى مكة رجالا يستسقون لهم في الحرام ولم تزل العرب تعظم موضع البيت وكان موضعه بعد الطوفان روبة حمراء وأهله العماليق وسيدهم معاوية بن بكر فقدم عليه وفد عود للاستسقاء وفيهم قيل بن عمرو ويزيد بن ربيعة ونعيم بن هذال ولقمان بن عود فقدموا ونزلوا على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهرا يأكلون ويشربون وتغنيهم الجرادتان وهما قبيلتان كانتان لمعاوية بن بكر فلما طال أمرهم أشفق عليهم معاوية بن بكر لأن أحواله وخاف عليهم فصنع شعرا ينبههم به ويحثهم على ما قدموا له وأمر الجاريتين فغنتاه ألا يقيل ويحق قم فهينم لعل الله يمطرنا قمامة فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمس لا يبيتون الكلامة وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم التمامة فقبح وفدكم من وفد قوم لا لق التحية ولا السلامة فانتبه القوم لما سمعوا الشعر ونهضوا يستسقون فلما استسقوا نشأت لهم سلاس سحاب بيضاء وسوداء وحمراء ونودي قيل منها اختر لقومك قال البيضاء جهام قد فرغت ماؤها والحمراء ريح والسوداء غيس فاختارها فقيل قد اخترت رمادا رمددا لا يبقي من عاد أحده لا والدا ولا ولدا فدخلت الريح على عاد من واضيهم فأقامت سبع ليال وسمانية أيام حسومة والحسوم الدائمة حتى هلكوا عن آخرهم وتهدمت ديارهم ولم يمنعهم جدار ولا جبل حتى هلكوا عن آخرهم ولم يبقوا إلا رسمهم وروي أنه لما استسقوا وفدهم بمكة ساروا في طريقهم فنودوا في طريقهم أن عادا قد هلكوا عن آخرهم فاختاروا لأنفسكم فاختار قيل أن يلحق بقومه فسار نحوهم فلقيته الريح فأهلكته واختار مزيد برا وصدقا وكان مؤمنا بهود عليه السلام فأعطي ما سأل واختار نعيم حياة ألف سنة لا يمرض ولا يهرم ولا تصيبه حاجة فأعطي ما أختار واختار لقمان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار وكان يأخذ النسر فرخا يربيه حتى يهلك ثم يأخذ عنه هلاك ذلك فرخا آخر فيفعل به كذلك حتى بلغ سبعة 88 نصف وكان آخرها ليد وقد ضربت العرب به الأمثال في أشعرهم ولما قص منوح عليه السلام الأرض بين بنيه جعل الإسام وسط الأرض والحرم وما حوله واليمن إلى خضر موت إلى عمان والبحرين إلى عالج إلى الطرف بلاد الهند وكان هذا كله مدنا وقرى وحصونا وقصورا ومصانع وبساتين يتصل بعضها ببعض إلى أن سخط الله على قوم هود فأفسد كثيرا منها وجعل الله في ولد سام النبوة والبركة وجعل لحام بعض الشام ومصر إلى أعالي النيل وبلاد النوبة والبجة وأصناف السودان مع البحر إلى بلد الحبشة والهند والقوت والسند وقسم ليافس بلاد الترك والصين ويأجوج ومأجوج والسقالبة والروم وأثرنجا والأعبورة والأندلوس إلى البحر المظلم وسواحله وجعل ليحطون صين الصين إلى بلاد الشجر إلى ناحية اليمن فكثروا من كل جانب وانبسطوا إلى جهة بابل وبوروا كافيهم فصاروا نيفا من سبعين ألف بيت على خلق عظيم إلى أن ضرب بينهم إبليس وكانت البلبلة فافترقوا وكان أول ملك منهم أن مرود الأول بن كوش بن حام وكان أسود أحمر العينين مشوها في جبهته كالقرن وكان أول أسود يرى بعض الطوفان فكان من ولده لدعاء نوح عليه السلام على ابنه حام وذلك أن نوح عليه السلام نام فانكشفت عورته فرآها حام فضحك ولم يغطي وسكت يافس ولم ينكر عليه فصاح سام عليهما وعلم ذلك نوح فدع على حام أن يكون ولده سودا مشوهين عبيدا لولد سام ودع على يافس أن يكون ولده عبيدا لبني سام وأن يكون أشرار الناس وكان حام من أجمل البرية وأتمهم كمالا وأطيبهم ريحا فاشتنب امرأته أن يطأها خوفا من دعوة أبيه فلما مات أبوه غلبه ذلك على اعتقاده فقرب منها فحملت في كوش بن حام وأخته فلما رآهما حام فزع منهما وأتى أخوته فأخبرهما وقال لهما قلت لمرأتي هل شيطان أواحد غيري أتاكي فقال لأخوته هذه دعوة أبيك فاختم لذلك وترك امرأته دهرا ثم غشيها فولدت قوطا وتوأمته فلما رأى ذلك هرب في البلاد وغاب فلم يدرأين ذهب ولم يكن أشد تجبرا وتكبرا وعتوا من النمرود الأسود وكان له بعض كهان فأتاه إبليس فقال له أنا كاهن من الكهان ولم أرى أحدا يعادلك في الكهانة أنا معينك ومتمم أمرك وجعلك ملك الملوك على أن تزبح لي ولدك قربانا وتصلي لي صلوات فأقلدك وأكون معك وأجعلك كاهنا كاملا تاما وأقيمك مقامي ففعل ما أمر به فأمر إبليس الشياطين بطاعته وليكونوا معه ثم أتوه بولد سامب حاربهم وعاونه إبليس فقهرهم واستعبدهم فانقادوا له وأطاعوه فبنى له إبليس قصرا وصفحه بالزهب المكللة بالجواهر تضيء ما حوله ودفع إليه سيفا يتألق نورا في رأسه صعبان يمتد إلى من يؤمئ إليه فيقتله فلما رأى الناس ذلك أذعنوا له بالطاعة ثم دعاهم إلى عبادته فأمر أن يبنى له صرح من الحجارة ومن الكلس فلم يبقى أحدا إلا عمل فيه وقال يكون حصنا لكم وعوانته الأبالس فبنى صرحا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعمائة زراء ثم هندم أعلاه بأغرب بنيان وبنى فيه مجالس على أساطين غريبة وكان عرض كل حائط من حيطان الأربعة ألف زراء وما بين ذلك من الطبقات جعلها كلها مخازن وملأ جميعها من الماء والطعام والشراب وجميع الآلات وكل ما يخاف أن يحتاج إليه يوما من الدهر بما يقوم به هو وأهله مدة من الدهر طويلة وجعل مجلسه أعلاه وأمر الناس أن يعبدوه واتخذ صاحب خبره جنيا بينه وبين الناس فإذا رفع إليه أن أحدا انتنع عن عبادته أمر به فطرح من أعلى الصرح إلى أسفله ودعم قوم أنه يكون على السحاب ويصعد إلى الفلك وكان يركب عجلة منصوبة على ظهر الشياطين وينحذر منها إلى الأرض ففرق الناس منه وافتتنوا به وعبدوه كثيرا منهم وعظم أمره واتصل بسام أنه يريد قتله وقد عظم عليه فأخرج سام الأسماء التي علمه نوح عليه السلام إياها وقال له لا تدعي بها إلا في مهم عظيم ففيها اسم الله الأعظم وقال اللهم أنت ادعي لعبادك وبعينك ما هم فيه وما خرجوا من الفتنة إليه بغلبة هذا الجبار الذي قد استهوته الشياطين وانقياده لهم وأن لم تغنهم ضلوا وهلكوا وأنت أعلم بما يصلحهم فحقا دماءهم وامنع هذا الجبار منهم وخزه بجريرته وقفنا أمره فأمر الله عز وجل الرياح الأربع فأقبلت على ذلك الصرح من جوانبه فجعلته دكة واتبع ذلك ظلمة شديدة ورجفة عظيمة تزعزعت لها الجبال فنهض العالم على وجوههم لا يرى بعضهم بعضه ولا يدرون أين يتوجهون وضعفت ألسنتهم عن الكلام وهلك اللعين عدو الله النمرود وهلك من كان يعبده ومشى الناس في الظلمة هاربين سلاسة أيام ثم لاحت لهم شعوب فيها نور يسير فتشعب كل شعب فرقة هربت نحوه طلبا للنجاة وتبع كل فرقة قوما يحثونهم وهذه بلغة غير لغة الفرقة الأولى حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الأرض وقد تبلبلت ألسنتهم وكثرت لغاتهم فإذا وصلت فرقة منهم إلى موضع ناداهم منادي هذا موضعكم الذي تكونون فيه فاعتمروا فيه وأثمروا فخرج بن سام لناحية الجمن إلى الشجر وحضر موت إلى آخر خط الاستواء فمنهم العرب العاربة وخرج بن حام إلى السند والهند وبلاد أسوان وخرج بن يافس إلى الشمال فمنهم الروم والخرز والترك والسقالبة والإفرانج ويأجوج ومأجوج وخرج بن يحطون إلى الصين الأقصى وأقاصي الشرق فنذر كل قوم في موضعهم وعمروا وتوالدوا فيه إلى اليوم وتذكر ونذكر من أخبار آدم عليه السلام ما وقع إلينا في نقله بعض الخلاف وفي ذكره فائدة آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته على ما تقدم ذكره وأثكنه جنته بفضله وأهبطه بزنبه إلى الأرض وتاب عليه وعلمه جميع العلوم وملكه على الأرض وكثر في جميع العالم منه أفاضلهم وإشرارهم وهو أول من صام وصلى وقرأ وكتب وكان من أحسن المخلوقين وجها وكان أمرض أجرد وأنزل الله تعالى عليه 21 صحيفة وتوفاه الله هو واب سبعمائة سنة وخمسون سنة وكان عمره ألف سنة فوهب لداود منها خمسين سنة لما عرضت عليه عمارهم وصورهم فرأى عمر داود قصيرا وأوصى بعده إلى ابنه شيس وكان فيه في بنيه النبوة والدين والعبادة والقيام بحقوق الله تعالى وشرائعه وأنزل الله تعالى على شيس 29 صحيفة وكان مسكنه فوق الجبل وسكن ولد قابيل أسفل الوادي وكان عمره تسعمائة سنة واثنائة عشر سنة واستخلف ابنه أنوشا وكان عمره تسعمائة وخمسين سنة واستخلف ابنه فينان وهو الذي كانت الوصية إليه وقسم الأرض بين بني أبيه فطاف وهو ابن تسعمائة وعشرين سنة ودفع الوصية إلى ابنه هطيل وفي وقته بنيت الكعبة وكان عمره ثمانمائة سنة وخمسون وتسعون سنة وأوصى لابنه يارد وعلمه وضع العلوم وأخبره بما يجري في العالم ويحدث في نظره في النجوم وفي كتاب سر الملوك الذي أنزل على آدم عليه السلام وولد لبرد خنوك وهو إدريس عليه السلام وقد تقدم خبره مع يمحويل الملك ويقال أن يمحويل الملك بعث إلى أبيه أن يبعث إليه إدريس فامتنع ووجه إليه جيشا فمنعه منه أعمامه وجميع ولد شيس فلم يصل إليه ولم يكن بعد شيس وحي حتى نبأ الله تعالى إدريس عليه السلام وكان عمر يارد 750 سنة ويقال أنه أول من استوقد واستعبد وغزى بني قابيل ونظر في علم الفلك ووضع المكيال والميزان وأوتي علم الطب والنجوم وعلم الزيجات في حساب غير حساب الهند وسأل ربه فأراه الصور الفلكية العالية وكانت الأرواح تخاطبه وعلم أسماء الصعود والهبوط فصعد وهبط ودار حول الفلك وعرف أشكال النجوم ووقف على مسير الكواقب وعرف كل ما يحتس في العالم فزبره على الحجارة وعلى الطين وزيد مع ذلك كل العلوم والصناعات وكانت له قصص تطول مع ملك الموت ومات سمع عوش ونظر إلى النار ودخل إلى الجنة لم يخرج من عنها ورفع على رأس سلاسمائة سنة من عمره وكان يقال له هرمس باسم عطارك وعلم ابنه صبابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده صابياً وهو الذي أخبر بالطوفان وما يحدث في العالم ودفع الوصية والصحف إلى ابنه متشولخ وأمر صابياً بمعونته وكان صابياً قد بلغ مبلغاً جليلاً وعاش متشولخ تسعمائة سنة واثنين وسلاسين سنة وانتقلت الوصية إلى ابنه لمك فأخذ في البحث وجمع العلوم وأقبل على بني أبيه فجمعهم وأمرهم ونهاهم وحصنهم على الجور لولد قابيل ونهاهم عن قربهم وعن الاختلاط بهم وهو الذي رأى ناراً خرجت من فيه فأحرقت العالم ولما ولد له نوح عليه السلام والملك يوم إزدر مشيل بن يمحويل بن خنوخ بن يحمور بن قابيل بن آدم عليه السلام وكان قد تجبر وقهر الملوك على ما تقدم لكننا نعيد ذكره هنا لما ورد في هذا الخبر من الزيادة والاستسقاء وكان إبليس قد استمال الملك ودعاه إلى عبادة الكواكب ودين الصابقة وقال له هو دين أجدادك فأجابه وعمل له الشيطان هياكل وأصنا من عبدوها ويقال أنه لم يستخرج أحد من المعادن والجواهر واللؤلؤ والمرجان أكثر مما كان في وقت الدرمشيل وكان شديداً على نوح والله تعالى يحفظه منه وعاش الملك سلاسمائة سنة ونبأ الله تعالى نوحاً عليه السلام وهو أبن مئة وخمسون سنة وأرسله إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان مئة سنة وكان أول نبي بعد إدريس عليهما السلام وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وجهاد الأعداء فدع قومه إلى الله تعالى وحذرهم عذابه وكلما قام فيهم دعاهم ودعاهم معنفوه وحذروه وأخفوا أمره عن الملك وكان يحضر هيكلهم وبيوت أصنامهم فأذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله وإني عبد الله ورسوله جعلوا أصابعهم في آذانهم وأدخلوا رؤوسهم في سيابهم تبرؤاً مما يقول ولما قال لهم يوماً قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وجوهها فقاموا إليه فضربوه حتى سقط على وجهه وعرف الملك خبره فأخضره وقال به ما هذا الذي بلغني عنك من مخالفتك لديني وما عليه بنو أبيك وسبك آلهتنا وما هذا السحر الذي أسقط به الأصنام عن كراسيها ومن الذي علمك ذلك فقال له نوح عليه السلام لو كانت آلها كما تزعم ما سقطت وأنا عبد الله ورسوله فاتق الله تعالى ولا تشريخ به شيئاً فأنه يراك فأمر بحبسه إلى أن يحضر عيد الأصنام فيذبعه تقرباً إليه وأمر برد الأصنام على كراسيها وأصلاح ما تغير منها وحان العيد وقرب فنادف الناس أن يجتمعوا ليروا ما يصنع به فدع عليه نوح عليه السلام فأصابه صداع في دماغ رأسه أذهب عقله فأقام أسبوعاً ثم هلك فحمل على سرير زهب وطيف به في هياكل الأصنام وهم يبكون عليه ثم دفنوه وشتموا نوحاً ونالوا منه بألسنتهم كل قبيح وولي الملك ابن الدرمش مشيل فأخرج نوحاً من حبسه رغم أنه مجنون وتقدم إليه ونهاه أن لا يعود إلى ذلك الفعل فأقام إلى أن اجتمعوا في بعض أعيادهم عكفوا على أصنامهم خرجوا حتى أتى جمعهم فقال قولوا لا إله إلا الله وإني عبد الله ورسوله فتساقطت الأصنام وقاموا إلى نوح عليه السلام فضربوه وشجوه وسحبوه على وجهه ثم أت به الملك فقال له الملك ألم أصفح عنك وأسرحك من حبس أبي على أن لا تعود فقال له إني عبد مأمور بما أفعله قال ومن أمرك قال إلهي قال ومن إلهك قال إنه السماوات والأرض وما فيها وخالق الخلائق أجمعين قال وبماذا أمرك قال أدعو الناس إلى عبادته وحده واخلع الأصنام وعمل بمفرضه الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام قال فإن لم نفعل ما تقول قال الأمر إليه إن شاءه لككم وإن شاءه أم هلكم قال فاترك إلهك وما يريده وكف أن تعنى بنفسك قال ما ينبغي لي أن أكف ولا أقدر لأني عبد مأمور فأمر بحبسه إلى أن يتقرب به إلى الأصنام فخرج على الملك سرنديب الكاهن الجبار وكان بينه وبينه حروب وشغل شغل بها عن أمر نوح عليه السلام وتشاء بحبسه فأمر بتسريحه حتى يحل له وجهه ثم صالح الكاهن على ناحية تركها له من عمله وعاد إلى ما كان فيه من ملكه وكان إبليس حرضه على قتل نوح عليه السلام ويزينه له فيمنعه الله تعالى منه وزاد أمر نوح عليه السلام فوجه الملك إلى جميع ممالك الأرض ليواجه له كل كاهن وكل عراف لمناظرة نوح عليه السلام فشخصوا إليه من الآفاق فناظروه فغلبهم نوح عليه السلام بالحج والبرهان فآمن منهم الكهان فيملون المصر واتبعه حتى دخل معه في السفينة وأوحى الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن أصنع الفلك بأعيننا فقال كيف أصنعه فأهبط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إياها وأمره أن ينهيها على مثل صدر البطة فأقام في عملها عشر سنين وعملها من خشب الساج وجعل طولها ثلاثمائة زراء وقيل دون ذلك وجعل ارتفاعها من الأرض خمسين زراء وجعلها سلاس طبقات كما آمن وكانوا يهزؤون منه ويضحكون وكان الرجل منهم يأتي إليه بابنه الصغير فيحذره منه وربما رماه الصبيان بالحجارة فآزوه ولما فرغ من عمل السفينة جعل بابها في جنبها وأقامت موضوعها على الأرض تسعة أشهر حتى حضر عيد لتلك الأصنام فاجتمعوا إليه وقربوا إليه سلاسمائة رجل ممن آمن بنوح عليه السلام زباحوهم بين أيديهم حق عليهم العذاب وأمر الله تعالى نوح عليه السلام أن يدخل في السفينة من كل زوجين إثنين فقال يا رب من أين لي أن أجمع ذلك فأمر الله تعالى الرياح فحشرت إليه كل ما أراد وأمر به فأدخل فيها من كل زوجين إثنين وكانت السفينة سلاس طبقات فجعل الطبق السفلى للبهائم والدواب والطير وجعل الوسطى لطعامهم وجعل جسد آدم في تابوت فيها وجعل العليا له ولمن دخل معه وركب الملك إلى هيكل الأصنام فأقام فيها حينا ثم مشى إلى السفينة وقد علم بما شحنت فيه وعزم على حرقها فلما وقف عليها قال يا نوح وأين الماء الذي يحملها قال هو يأتيك في مكانك هذا وأمر الملك فرميت السفينة بالنار فرجعت عليه وعلى أصحابه فأحرقت بعضهم وفار الماء على ما اتقدم ذكره وفتحت أبواب السماء بالمطر وحيل بينهم وبين صعود الجبال ولم يدروا أين يتوجهون وكانت المرأة تحمل ولدها على عنقها فإذا لججها الغرق طرحته فقيل لو رحم الله الكافر لرحم الصبي وأمه وقال أصحاب النظر في الكواكب سلمت سلاسة مواضع لم يدخلها الطوفان ونحن لا نقول بذلك والفرس لعنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا بنبوة نوح عليه السلام ونحن لا نقول بقولهم والهند يزعمون إنه لم يكن ببلدهم من الطوفان شيء وكذلك أكثر سكان الجزائر والبحار يزعمون ذلك وقيل أن السفينة أقامت في الماء ستة أشهر ويقال إنه سارت شرقا وغربا وأتت موضع الكعبة وكانت معهم خرزة يعرفون بها الليل ومواقيت الصلوات ولما نزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمره منوح عليه السلام بالزراعة وغرس الشجر وتفقد الكرمة فلم يجدها وسأل عنها فعرفه جبريل عليه السلام أن إبليس سرقها لأن فيها الشركة فاقتسمها معه فقال نوح أعطه منها الربع قال لا يكفيه فرده قال فأعطه النصف قال لا يكفيه ولكن يكون له الثلثان ولك الثلث قال فنعم إذن قال فما طبخ من عصير الكرم بالنار حتى يذهب سلساه كان حلالا لك ولذريتك وما نقف من ذلك كان له ولمن كان من أتباعه وقال إبليس لنوح عليه السلام أن لك عندي يدا أرعاها لك وما مكافأتك قال وصي أصيك بها قال وما هي قال إياك والحسد والحرص والعجلة فأن الحسد حملني على أن عصيت ربي وغويت آدم حتى خرج من الجنة والحرص حمل آدم وحواء حتى أكلا من الشجرة فغضب الله عليهما والعجلة التي حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتهم جميعا فقر بعنوان ذكر عناق بنت آدم عليه السلام نرجع الآن إلى ما يجب ذكره من بقية أخبار آدم عليه السلام ولدت عناق بنت آدم مفردة بغير أخ وكانت مشوحة الخلق لها رأسان وكان لها في كل يد عشر أصابع لكل أصبع زفران كالمنجلين الحادين ذكرها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال هي أول من بغى في الأرض وعمل الفجور وجاهر بالمعاصي واستخدم الشياطين وصرفهم في وجوه السحر وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيعها الشياطين وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسها فتكون حرزا لها ففعل ذلك وكانت حواء تصونها وتحتفظ بها فاقتفلتها عناق وهي نائمة فأخذتها واستجلبت الشياطين بتلك الأسماء وعملت السحر وتكلمت بشيء من الكهانة وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلقا كثيرا من ولد آدم عليه السلام فدع عليها آدم عليه السلام وأمنت حواء فأرسل الله إليها في طريقها أسدا أعظم من الفيل فهجم عليها ببعض المغاور فقتلها ومزق أعضاءها وأراح الله آدم حواء منها ويقول أهل الأسر أن عوى جاءت جبار من والدها وأن الطوفان لم يغرقه ولا بلغ مأواه إلا بعد بعض جسده وأنه طلب السفينة ليغرقها فأعماه الله عنها وعمر إلى زمان فرعون وقطع صخرة على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان في أكثر من ستمائة ألف وحملها على رأسه ليطرحها عليهم فأرسل الله في طريقه ذلك عليه طيرا نقر ذلك الحجر حتى ثقبه ونزل على رأسه إلى كتفيه فصار رأسه مضغوطا في الحجر فمنعه الرؤية وتعزر عليه الحركة وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بقتله وكان لموسى أيدي قوية وكانت وسبته عشرة أزرع وطول عصا مثلها وطوله كثيرا فوسب إليه فلم يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه فسقط لثقل الحجر فقتله ووافق سقوطه عرض النيل فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طويلة وفي حديث آخر إنهم جرواه في خمسة أشهر في كل يوم ألف ثور مقرنين بعجلات مع تعاونهم عليه في كل يوم نصف زراء حتى طرحوه في بحر القلزة وقيل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر وقيل أن سقوطه كان في صحراء مصر فترك في موضعه واردم عليه بالصخور وردم عليه بالصخور والرمل حتى صار كالجبل العظيم فقر بعنوان ذكر أخبار الكهان من العرب بلغ سطيح من الكهانة ما لم يبلغه أحد وكان يسمى كاهن الكهان وكان يخبر بالغيوب والعجائب فقيل أن ربيع بن نصر اللخمي رأى رؤية هالته فأمر بجمع الكهان وأصحاب القيامفة والذجر فلما حضروا عنده قال لهم أني رأيت رؤية هالتني فأخبروني بها فقالوا له قصها علينا نخبرك بتأويلها فقالوا له قصها علينا نخبرك بتأويلها فقال ما أطمئن إلى تأويلها إذا قصصها عليكم ولا أصدق في تأويلها إلا من عرفها قبل أن أقصها عليه فقال له رجل منهم لا يفعل ذلك ويوسق بقوله إلا سطيح الذئب والشق اليشكر فهما أعلم فأرسل إليهما ليقدما عليه فقدم سطيح قبل شق وكان اسم سطيح ربيع بن ربيع بن بني ذئب بن عدي فأكرمه ربيع بن نصر وقال له أني رأيت رؤية هالتني وأريد أن تخبرني بها وبتأويلها فقال سطيح أقسم بالشفق والليل إذا غسق والطارق إذا طرق لقد رأيت حمحة ما خرجت من ظلمة فوقعت في أرض تهمة فأكلت كل ذات جمع قال صدقت فما تأويلها قال أحلف بما بين الحرتين من حنش ليطأن أرضكم الحبش واليملكن ما بين أبين إلى جرش قال ربيع أن هذا لغائط موجع فهل في زماننا؟ قال لا بل بعده بحين أكثر من سنين أو سبعين يمضين من السنين ثم تقتلون بها أجمعين وتخرجون منها هاربين قال فمن يلي ذلك منهم؟ قال غلام رحب الفطرة من آل ذي يذن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن قال فما تصنع اليمن؟ قال يملكهم بعدهم قوم ذو أخطار من رجال أحرار قال أفي دوم ذلك أو ينقطع؟ قال بل ينقطع قال ومن يقطعه؟ قال نبي ذكي أمين قوي يأتيه الوحي من قبل الواحد العلي قال وممن هذا النبي؟ قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن مضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر قال وهل الدهر من آخر؟ قال نعم يوما فطار السماء والوقوف للجزاء بالسعادة والشقاء قال وأي يوم هو؟ قال يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ويسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون قال أحق ما تخبرون به يا سطيح؟ قال نعم والشفق والغسق والقمر إذا اتسق إنما أنبأتك به لحق ومن أخباره أيضا إنه كان لعبد المطلب بن هاشم ماء بالطائف يقال له ذو الهدم فادعته سقيف فجاءوه فاحتقروه فمنعهم عبد المطلب فعظم خصامهم فنافرهم عبد المطلب إلى سطيح فخرج عبد المطلب ومعه ابنه الحارس وخرج معه جماعة من قومه وخرج خصمه جند ابن الحارس في جماعة من سقيف فلم كان في بعض الطريق نفز ماءهم فطلبوا إلى الثقافيين أن يسقوهم فلم يفعلوا فنزل عبد المطلب وأصحابه وهم لا يشكون أنه الموت ففجر الله عين ماء عزب من تحت جرات بعير عبد المطلب فشربوا واستقوا وحمد الله عز وجل عبد المطلب وشكره وساروا في طريقهم فنفز ماء الثقافيين فسألوا عبد المطلب أن يسقيهم ففعل ذلك له الحارس لأن أدخل سيفي في بطني أخف علي من أن أفعل ذلك قال له يا بني إسقهم فإن الكرم ثقير الحمل فسقاهم فساروا فقطعوا رأس جرادة فجعلوه في خرز مزادة وعلقوه في جلد في عنق كلب لهم اسمه سوار وكانت في عنقه قلادة لا تفارقه فأتوا سطيحا فلما دخلوا عليه قالوا أن أتيناك سائلين قال فماذا تسألون قالوا نسأل عن شيء قد خبأناه ونحتكم عندك في شيء وقع التخاصم بيننا فيه فقال خبأتم رأس جرادة في خرز مزادة في عنق سوار زل قلادة قالوا صدقت فأخبرنا عما اختصمنا فيه إليك قال أحلف بالضوء والظلم والبيت زل حرم أن الدفين زل هدم لهذا العربي زل كرم فانصرفه وقد قضي لعبد المطلب ومن أخباره أن كسرة إيرويز لما رأى في نومه كأنه سقط من قصره ستة عشر شرفة ارتعى لذلك فوجه إلى المبذان فعرفه بذلك وقال أن ذلك قد هالني وأفزعني قال المبذان أيها الملك عسى أن يكون خيرا وإني أيها الملك كنت أرى البارح أن النيران كد خمدت وقلعت بيوتها وهلك سذنتها وقد أغمني ذلك وكنت عزمت على أن لا أخبر الملك حتى يوجه إلي فأتيه قال كسرة فما الداعي قال المبذان قد بلغني بأرض العرب كاهنا يقال له سطيح يخبر بما يكون قبل كونه فلو أرسل إليه الملك رسولا يسأله عن ذلك فلعله أن يخبره بالجواب فيه قال كسرة ومن لنبي حصيف ينفذ في ذلك وكان على باب الملك في من وفد عليه من العرب رجل يقال له عبد المسيح من وهد سطيح فأشار به المبذان على كسرة فأحضره ولم يخبره بما رأاه وقال انطلق إلى سطيح فاسأله عن رؤية رأيتها فإذا أخبرك بها فاسأله أن يخبرك بتأويلها فإذا أخبرك فارجع مسرعا ولا تتخلف قال أفعل أيها الملك فأمر له بمال وجائزة وحمله جائزة إلى سطيح فركب عبد المسيح راحلته ومضى مبادرا يقطع المفاوز والفيافي حتى لحق مكان سطيح بعد أيام فلما بلغ بيته وجده عليلا لما به فوقف عليه وسلم وجعل يرتجز ويقول ليسمعه أصم أم يسمع عطري في اليمن يا فاصل الخطة أعيت من ومن قال سطيح مجيبا له عبد المسيح على جمل فسيح أوفى على سطيح وقد أشفى على الضريح يسأل عن ارتجاج الإيوان ورؤية المبذان وخمود النيران قال فالتأويل يا سطيح قال تنقض أيامهم وتنقطع آثارهم وتملك العرب ديارهم عند ظهور صاحب التلاوة والقضيب والهراوة قال ومتى ذلك يا سطيح قال إلى أن يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وقيل ذلك ينقضي أمر سطيح ويواريه الضريح ولا يصلح له فيها قرار وقد روي هنا الكلام على غير هذا النوع وأكثر منه كلاما فرجع عبد المسيح إلى كسرة وقد دعا كلامه فعجب كسرة وسره وقال إلى أن يلي مننا ستة عشر ملكا يكون ساعة لدفع الهم ولعل ذلك لا يكون فرأى الملك منهم تلك العدة في سنين قليلة حتى انقضى ملكهم في خلافة عثمان رضي الله عنه وقيل أن الرؤية كانت ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال أن سطيحا عاش أربعمائة سنة وأما شق الأول وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام فهو أول كاهن في العرب العاربة وإرم أبو الجبابر من عود وثمود وتصم وجديس وغيرهم ويقال أنه كانت له عين واحدة في جبهته ويقال أنه كان يشق وجهه نار ويقال أن الدجال من ولده ويقال أنه هو الدجال بعينه أنظره الله إلى وقته وهو محبوس في بعض جزائر البحر وفي حديث تميم الداري أنه خرج في بعض الأسفار فوقع إلى جزيرة فرآه وخاطبه وسأله عن ظهوره وأنه وجده مغلولا مجدودا إلى صخرة وأن الشياطين تأتيه بما يأكله على ما يقول وفي خبر آخر أنه لا يحتاج إلى الغذاء ورآه تميم الداري وله عين واحدة وحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويه عنه فيقول حدثني تميم الداري ويذكر طرفا من خبر الدجال ويقال أن أمه أمرأة من الجن عشقت أباه حويلة فتزوجته فأولدها الدجال وهو خوص بن حويل وكان مشوها مبدلا وكان إبليس يعمل له العجائب فلما كان وقت سليمان عليه السلام دعاه فلم يجبه فحبسه في جزيرة في البحر وقيل أن أباه استهوته الشياطين لما كانت أمه منهم وأنه من مدينة ماريول التي غلبت عليها الجن وهي من مدائن المغرب وأن الجن في ضاعته ويقال أن خوصا هذا كان يحضر السارق فيأمره برد ما سرق فأنفعل وإلا صار حيا فيلتوي في عنقه فيقتله وقيل أنه ربما خاطبهم ولا يرونه وكان إذا حكم على أحد فلم يرضى حكمه بص بص أحزقته في إحدى عينيه فرده أعور وقيل أن مجلسه كان في قبة بوادي برهوت في اليمن وكانوا يحجون إليه وقيل أنه لم ينم قط وأنهم كانوا يرون فوق عينيه نارا بيضاء وكذلك عن الموضع الذي هو فيه مسجون أنه يعلوه بالليل نار مضيئة وبالنهار دخان وأما شق البشكري وكان حكيم العرب في الجاهلية وقد كان ربيع بن نصر لما رأى رؤياه وجهه إلى شق وستيح فأتاه سطيح قبل شق وكان من جوابه ما قدمنا ذكره في أخبار سطيح فلما قدم عليه شق قال له يا شق إني رأيت رؤية هالتني فما هي وكتمه قبل سطيح فقال له شق رأيت حمحمة خرجت من ظلمة فوقعت بين رود وأكمة فأكلت كل ذات نسمة قال صدقت فما تعويلها قال أحلف بما بين الحرتين من إنسان ليطان أرضكم السودان وليغلبن على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران قال يكون في زماننا هذا قال بل بعده بذمان ثم يستنقذكم عظيم ذو شأن قال وممن هو هذا العظيم قال غلام من بني ذي ذان فلا يترك أحدا منهم باليمن قال فهل يدوم ذلك قال بل ينقطع برسول يرسل يأتي بالعدل بين أهل الدين والفضل يكون الملك فيهم إلى يوم الفصل قال وما يوم الفصل قال يوم يدعى من السماء بدعوات يسمع بها الأحياء والأموات ويجمع الخلق فيه للميقات ويكون فيه لمن آمن الخير والخيرات ولمن كفر الويل والترحات قال أحق ما تقول يا شق قال أي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفت إنما أنباتك به لحق محت ما فيه كذب ولا نقط فأجازه ربيع بجائزة سنية ووصله وصرفه فقر بعنوان خبر اليمامة الزرقاء وهي صاحبة جو واليمامة وسميت بها وصاحبة البحرين وقيل أن أمها كانت كاهنة وكان لها رأي من الجن وهي من جديس وكانت جديس وتصم بمكان فغلبت تصم على جديس وملك الجميع عملوا بن التصم وكان يفترع النساء قبل زواجهن فاحتالت جديس عليه فقتلوه وقتلوا كثيرا من تصم فاستنصرت فقايا تصم بحسان بن تبع الحميري فغزى جسيدا طالبا بثأر تصم وكانت اليمامة الزرقاء وعينها الواحدة أكبر من الأخرى فإذا أقلقت الكبرى وأبصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والأمد البعيد وقيل أنه كانت ترى فلك القمر فتخبر عنه بأشياء عجيبة وقد كانت تصل بجديس استنصار تصم بحسان بن تبع الحميري فقطنوا وقالوا لليمامة أنظري فنظرت وقالت أقسم بمحب الرياح والآكام والبطاح والمساء والصباح ليأتين من حمير الجيش الرداح والخيل والسلاح فلا ترون من بعدها فلاح فلما أصبحوا في اليوم التاني قالوا لها انظري فنظرت وكان حسان لما قرب من جو بأربعة أيام قال لأصحابه أن اليمامة ستراكم على البعد الكثير فتنذر بكم فليحمل كل واحد منكم غصنا من شجرة أعظم ما يقدر عليه ليسدل أقصانه عليه وجوانبه ففعلوا ذلك فقالت اليمامة لما رأت ذلك يا جديس قد أتتكم الشجر تخبط المدر فاستعملوا منها الحذر فكذبوها وقالوا لها أتسير الشجر فلما كان في اليوم الثالث قالوا لها انظري فنظرت فقالت أرى رجلا في كتفه كتف أو نعل يخصفه فكذبوها وقالوا قد تغير نظرها وكيف ترى على هذا البعد ما لم يتصل بنا خبره فكان حسان يسير بالليل ويقمن بالنهار إلى أن صباحهم فقتلهم أبرح قتل وهدم مناذلهم واستباح نساءهم وأخذ اليمامة وقال لها ألا عرفتهم بمسيري قالت قد فعلت لو قبلوا ونظر فرأ في عينها عرقا سوداء فقال لها بما كنت تكتحلين فقالت له بحجر الأمد مربى بماء المطر فقيل أنه قطع يدها ورجلها وقلع عينها وصلبها فيقال أن رأيها من الجن لطمه فأعوره ومنعه النوم فلم يكن ينام وقد ذكرت الشعراء اليمامة فأكسروا قال الأعشى يذكرها في القصيدة التي أولها بانت سعود فأمس حبلها انقطعة فقر بعنوان ذكر عجائب مصر وأخبار ملوكها وكهانها لما ذكرنا الكهان وجب علينا أن نذكر كهنة مصر لأنهم كانوا أعظم الكهان قدرا وأجلهم بالكهانة علما وكان حكماء اليونانيين يصفونهم بذلك ويقولون أخبرنا حكماء مصر بكذا واستفدنا منهم كذا وكذا وكان هؤلاء ينحون في كهانتهم نحو الكواكب ويزعمون أنها هي التي تفيض عليهم العلوم وتخبر بالغيوب وهي التي علمتهم أسرار الطبائع ودلتهم على العلوم المكتومة فعملوا الطلصمات المشهورة والنواميس الجليلة وولدوا الأشكال الناطقة وصوروا الصور المتحركة وبن العالي من البنيان وزبروا علومهم من الطب في الحجارة وانفردوا بعمل البرابي وعملوا من الطلاسم ما نفو به الأعداء عن بلادهم وعجائبهم ظاهرة وحكمتهم واضحة وكانت مصر 85 كرة منها بأسفل الأرض 45 ومنها بالصعيد 40 وكانوا في كل كرة رئيس من الكهنة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قصة فرعون لما أشار عليه أصحابه وقالوا ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم يريد هؤلاء الرؤساء وكان الذي يتعبد منهم لكوكب من الكواكب السبعة المدبر سبع سنين يسمونه ماهرا والذي يتعبد منهم للكواكب السبعة لكل واحد منهم سبع سنين فمن بلغ هذه المرتبة منهم سمي قاطر وصار يجلس مع الملك ويصدر الملك عن رأيه وإذا رأاه قام أجلانا له وكان زيهم أن يدخل كل يوم إلى الملك فيجلس إلى جانبه فتدخل الكهنة ومعهم أصحاب الصناعات فيقفون حزاء القاطر وكل واحد من الكهنة منفرد بكوكب يخدمه لا يتعداه إلى سواه ويسمى بعبد كوكب كذا كما كانت العرب تسمي عبد الشمس فيقول القاطر لأحد الماهيرين أين صاحبك فيقول في البرج الفلاني في الدرجة الفلانية في دقيقة كذا ويسأل الآخر في حذائه حتى إذا عرف مستقر الكواكب قال للملك ينبغي أن يعمل الملك اليوم كذا وكذا ويأكل كذا ويجامع في وقت كذا ويقول له جميع ما يراه صلاحا والكاتب قائم بين يديه يكتب جميع ما يقول ثم يلتفت إلى أهل الصناعات فيقول أنقش أنت صورت كذا على حجر كذا فمتى رسم على أهل الصناعات فيخرجون إلى دار الحكمة فيضعون أيديهم في الأعمال التي يصلح عملها في ذلك اليوم ويستعمل الملك جميع ما قاله القاطر ويؤرخ جميع ما جرى من هذا وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة وتطوى وتوضع في خزائن الملك فعلى ذلك جرت أمورهم وكان الملك إذا حزبه أمر يجمعهم بخارج مصر ويصطف لهم الناس بخارج المدينة ثم يقدمون ركبانا يتقدم بعضا ويضرب بين أيديهم بطبل الاجتماع فيدخل كل واحد منهم بأعجوبة فمنهم من يعلو وجهه نور مثل الشمس فلا يقدر أحدهم أن نظر إليه ومنهم من يكون على يديه جوهر أخضر وأحمر على سوب من سهب منسوج ومنهم من يكون راكبا على أسد متوحشا متوشخا بحيات عزام ومنهم من تكون عليه قبة من نور أو جوهر في صنوف من العجائب الكثيرة إلا أن كل واحد إنما يصنع ما يدل عليه كوكبه الذي يعبده فإذا دخلوا على الملك قالوا أرادنا الملك لأمر كذا وأضمر الملك كذا والصواب فيه كذا وكان بمصر القديمة واسمها أمسوس ملك كاهن يقال له عيقام من ولد عرباق ابن آدم فتحكي أحلى مصر عنه حكايات كثيرة تخرج عن العقل وكان قبل الطوفان وقد رأى في علمه كون الطوفان فأمر الشياطين الذين تطيعه أن يبن له مكانا خلف خط الاستواء بحيث لا يلحقه شيء من الآفات فبن له القصر الذي على سفح جبل القمر وهو قصر النحاس الذي فيه التماثيل من النحاس وايا خمس وسمانونة مثالا يخرج ماء النيل من حلوقها وينصب إلى ضحط بطحاء مصر فلما عمل له ذلك القصر أحب أن يراه قبل أن يسكنه فجلس في قبة وحملته الشياطين على أعناقها إليه فلما رأاه ورأى حكمة بنائه وزخرفة حيطانه وما فيها من النقوش وصور الأفلاك وغير ذلك من العجائب وكانت المصابيح تسرج فيه وتنصب فيه موائد يوجد عليها من كل الأطعمة ولا يرون من يعملها وكذلك لا إنس به وفي وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر ترى حركته من وراء ما جمد منه وأشياء كثيرة من هذا المعنى وإن كانت تنبو عنها العقول فأعجبه ما رأى ورجع إلى مصر فاستخلف ابنه عرباق وأوصاه بما يوجب له الملك وولده على مكانه ورجع هو إلى ذلك القصر وأقام به حتى هلك هناك وإليه تعزع مصاحف القبط التي فيها تواريخه فقر بعنوان قونية الكاهنة وفي مصاحف القبط إنها كانت تجلس على عرش من نار فإذا ما احتكم إليها الرجل وكان صادقا شق على النار حتى وصل إليها ولم تضره وكانت تتصور عليهم في أشكال كثيرة من الصور إذا شاءت ثم بنت لنفسها قصرا واحتجبت فيه عن الناس وجعلت حيطانه من نحاس مجوفة وكتبت على كل أبواب فيها من الفنون التي يتحاكم إليها فيه فكان الذي يتحاكم إليها يأتي إلى الأنبوب الذي كتب عليه ذلك الفن فيتكلم بما يريده ويثأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال فإذا فرغ من كلامه جعل هو إذنه على ذلك الأنبوب فيأتيه الجواب منه بكل ما يريده فلم يزالوا مستعملين ذلك إلى أن خرب بخت نصر البلد وكان عرباق بن عيقام الملك قد تكهن بعد أبيه وعمل عجائب كثيرة منها شجرة من صفر لها أقصان حديد بخطاطيف حادة إذا تقرب الظالم إلى الملك تقدمت إليه تلك الخطاطيف فتعلقت به وشبكت يديه ولم تفارقه حتى يحدث عن نفسه بالصدف ويعترف بظلمه ويخرج من ظلامة خصمه ومنهم صنم من صوان أسود سماه عبد فرويس أي عبد زحد وكانوا يختصمون إليه فمن زغ عن الحق ثبت مكانه ولم يقدر على القيام حتى ينصف من نفسه ولو أقام سنة أو أكثر ومن كانت له حاجة منهم أو طلب شيئا عند ذلك الصنم قام ليلا ونظر إلى الكواكب فذكر اسم عرباق وتضرع فيصبح وقد وجد حاجته على باب منزله وكان ربما حملته أطيار عظام وهو في مرتبته فيمر بهم وهم يرونه في الهواء فيزدادون له عبادة وهيبة وربما على على ناس منهم فملأ ماءهم من الأقذار وصلت عليهم وحوش الأرض سباعها وحوامها وكان من كهانهم فيلمون وقد ذكرنا خبره مع نوح عليه السلام وكان منهم شيمون وهو الذي كان يوقد النار ويتكلم عليها فتطلع منها صورة نارية وكانت الكهانة عندهم عمل المعجزات ولم يزل هذا كاهنا إلى وقت فرعون ملك مصر الذي كان الطفان في أيامه وكان يسكن الهرم المجوسي وكان هيكل الكواكب وكانت فيه صورتاء الشمس والقمر تنطقان وكان الهرم الثاني ناووسا لأجساد الملوك التي نقلها إليه سورند وفيه العجائب والتماثيل والمصاحف وكان فيه التمثال الذي يضحك وكان من جهر أخضر وخزن ذلك فيه خوفا من تلفه في الغرق فقر بأنوان خبر الكهان بعد الطوفان وأما الكهان بعد الطوفان إلى خراب مصر فكثير وأول من تكهن بمصر بعد الطوفان ابن فيلمون كان قد ركب السفينة مع أبيه وأخيه وأخته وهي التي زوجها من يانسو بن حام وهم الذين خرجوا إلى مصر وكانوا موحدين على دين نوح عليه السلام ولم يكن اسم الكهان عندهم عيبا بل كان الكاهن كالحاكم الذي لا يعصى له أمر وأول من تحقق بالكهانة وغير الدين وتعبد الكواكب البوتشير بن قفطويم بن يانسو بن حام وكان ملكا بعد أبيه وذكره جميع الكهنة في مصاحفهم فأنه كان من أجل كهانهم وممن عمل النواميس العظام وأقام أصنام الكواكب وبنى هياكلها وتزعم القبط أن الكواكب خاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة منها أنه استتر عن الناس بعد سنين من ملكه وكان يظهر لهم وقتا بعد وقت مرة في كل سنة وهو وقت نزول الشمس في برج الحمل ويدخل الناس إليه فيخاطبهم ويرونه ويأمرهم بما يعملونه وينهاهم ويحذرهم مخالفة أمره وكان يجلس بهم في بعض أوقات السنة فيخاطبهم عند دخولهم عليه وينهاهم وهم لا يرونه والمكان الذي يكلمهم منه غير حقفيا عنهم ولا يبعد منهم ثم بنيت له قبة من فضة مموهة بالذهب وزخرف ما حولها وكان يجلس لهم في أعلى القبة في صورة الوجه العظيم فيخاطبهم بمثل ما كان يخاطبهم وكان يجلس لهم في أعلى السحاب بوجه في صورة إنسان عظيم فأقام كذلك مدة ثم غاب عنهم فلم يروه وأقاموا برهة ليس لهم ملك إلى أن رأوا صورته في هيكل الشمس عند دخول الشمس الحمل وأمرهم أن يقلدوا الملك لعديم بن قفطويم وعلمهم أنه لا يعود إليهم ففعلوا ذلك وأما بديرة بوديرة الكاهنة فإنها أمرأة من أهل بيت الملك يقال أنها أخت البوتشير وأنه إلقي إليها الكهنة فهي التي عملت أكثر الطلصمات والبرابي وهي التي عملت القطية الناطقة بمناف وكانت الكهنة في أهلها وولدها يأخذها كابرا عن كابر وهي التي حكى المصريون عنها إنها عملت طلصمات منعت الوحوش والطيور أن تشرب من النيل فمات أكثرها عطشا وأن الله تعالى أرسل إليها ملكا فصاحبها صيحة ارتجت بها الأرض وتشققت جبالها فماتت من تلك الصيحة ويقال إنها كانت تطير في الهواء والملائكة تضربها بأجنحتها إلى أن سقطت في البحر وأما شؤون الأشموني فيقال أنه هرموس الأول الذي بنى بيت التماثيل الذي بنى بيت التماثيل الذي يعرف بها مقدار النيل الذي عند جبل القمار وعمل للشمس هناك هيكلين وتحكي القبط عنه حكايات كثيرة تخرج عن العودة وتنكرها العقول فكان يخفى عن الإنسان فلا يرونه وهو معهم وهو الذي بنى الأشمون ويقال أنها مدينة في شرق مصر كان طولها 12 ميلا وجعل عليها حصنا بنى فيه قصرا عظيما يقال أنه بنى واتخذ فيها الأعلام والملاعب واتخذ في ثفح الجبل مدينة يقال لها طهرطيس وجعل فيها من العجائب شيئا كثيرا وجعل لها أربعة أبواب من كل جهة باب واحد وجعل على الباب الشرقي صورة عقاب وعلى الباب الغربي صورة نسر وعلى الباب الجنوبي صورة أسد وعلى الباب الشمالي صورة كلب وملك فيها الروحانيات وكانت تنطق إذا قصد إليها القاصي ولا يصل أحد إلى الدخول فيها دون استئزان الموكلين بها وغرس فيها شجرة تحمل كل صنف من الفواكه وبنى منارا طوله سمانين ذرعا وعلى رأسه قبة تتلون في كل يوم اللونا حتى تنقضي سبعة أيام بسبعة ألوان ثم تعود إلى اللون الأول وتكسي المدينة ذلك اللون وجعل حول ذلك موضع ماء فيه سمك كثير وجعل حول المدينة طلسمات من كل صنف تدافع عن أهلها المضار وكانت أيضا تسمى مدينة البوسق باسم السجرة المنصوبة فيها فقرأ بعنوان أول من بني الأهرام كان سوريد بن فيلمون وكان ملكا على مصر قبل الطوفان بسلسمائة سنة فرأى في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها وكأن الناس يهربون على وجوههم وكأن الكواكب تتساقط ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة مفزعة فرجف قلبه وأزعجه ذلك وأرعبه ولم يذكره لأحد وعلم أنه سيحدث في العالم أمر عظيم ثم رأى بعد ذلك كأن الكواكب الثابتة نزلت إلى الأرض في صورة طيور بيض كأنها تخطف الناس وتلقيهم بين جبلين عظيمين وكأن الجبلين قد انطبقا عليهم وكأن الكواكب النيرة مظلمة كاسفة فانتبه أيضا مزعورا فزعا فدخل إلى هيكل الشمس وجعل يتضرع فيه ويمرخ خديه في التراب ويبكي فلما أصبح أمر رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر وكانوا 130 فقال بهم وحكى لهم جميع ما رأاه فأعظموه وأكبروه وتأولوه على أمر عظيم يحدث في العالم فقال فيلمون عظيم الكهان وكان فيلمون إن إذاك كبيرهم وكان لا يبرح من حضرة الملك لأنه رأس الكهنة كهنة أشمون وهي مدينة مصر الأولى قال إن في رؤية الملك عجبا وأمرا كبيرا وأحلام وأحلام أهل الملك لا تجري على محال ولا كذب لعظم أقدارهم وكبير أخطارهم وأنا أخبر الملك برؤية رأيتها منذ سنة لم أذكرها لأحد من الناس فقال له الملك قصها علي يا فيلمون قال رأيت كأنني قاعد مع الملك على رأس المغار الذي في أشمون وكأن الفلك قد انحط من موضعه حتى قارب رؤوسنا وكأن علينا كالقبة المحيطة بنا وكأن الملك رافع يديه إلى السماء وكواكبا قد خالطتنا في صور شتى مختلفة وكأن الناس يستغيسون بالملك وقد انجفلوا إلى قصره وكان الملك رافع يديه إلى أن يبلغ رأسه وأمرني أن أفعل مثل فعله ونحن على وجل شديد إذ رأينا منه موضعا قد انفتح وخرج منه ضياء يضيء ثم طلعت علينا منه الشمس فكأن استغسنا بها فخاطبتنا بأن الفلك سيعود إلى موضعه إذا مضت له ثلاث وثتون دورة وهبط الفلك حتى كاد أن يلسق بالأرض ثم عاد إلى موضعه فانتبهت فزعا فقال له الملك خذوا ارتفاع الكواكب وانظروا هل من حادث فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك فأخبروه بأمر الطوفان وبعده بالنار التي تحرق العالم فأمر الملك ببناء الأهرام فلما تمت على ما دبروا حكمه نقل إليها ما أحب من عجائبهم وأموالهم وأجساد ملوكهم وأمر الكهان فزبروا فيها علومهم وحكمهم وأشرف ولد حام القبط والهند هم الحكماء فقرأ بعنوان ذكر ملوك مصر قبل الطوفان وكان أول من ملك مصر قبل الطوفان بقراويس وذلك أن بني آدم لما بغى بعضهم على بعض وتحاسدوا وتغلب عليهم بني قابيل بن آدم تحول بقراويس الجبار بن مصرايم بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عليه السلام في نيف وسبعين راكبا من بني عرباق جبابرة كلهم يطلبون موضعا ينقطعون فيه عن بني آدم فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيل فأطالوا المشي عليه فلما رأوا سعة البلد وحسنه أعجبهم وقالوا هذا بلد زرع وعمارة فأقاموا فيه واستوطنوه وبنوا الأبنية والمصانع المحكمة وبن بقراويس مصر وسمها باسم أبيه مصرايم تبركا به وكان بقراويس جبارا له قوة زائدة وبطش وكان مع ذلك عالما له رأي من الجن فملك بني أبيه ولم يزل مطاعن في أمره وقد كان وقع إليه من العلوم التي علمها درابيل لآدم عليه السلام فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه وهم الملوك الذين بنوا الأعلام وأقاموا الأساطين العظام وبنوا المصانع الغريبة ووضعوا الطلصمات العجيبة واستخرجوا المعادن وقهروا من نواهم من ملوك الأرض ولم يطمع فيهم طامع وكل علم جليل هو في أيدي المصريين إنما كان من علوم أولئك كانت مزبورة على الحجارة فيقال أن فيلمون الكاهن الذي رقب معنوح عليه السلام في السفينة هو الذي فسرها لهم وعلمهم كتبها وسنذكر خبرها في موضعه إن شاء الله عز وجل ثم أمرهم بقراويس حين ملكه ببناء سموها أمسوسة وأقاموا لها أعلاما طوالا طول كل علم منها مئة زراء وضرعوا وعمروا الأرض وأمرهم ببناء المدائن والقرى وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر وهم الذين حفروا النيل حتى أجروه ماءه إليهم ولم يكن قبل ذلك معتدل الجري وأنما كان ينبطح ويتفرق في الأرض فوجه إلى النوبة جماعة حتى هندسوه وشقوا منه أنهارا إلى مواضع كثيرة من مدنهم التي بنوها وشقوا منها نهرا إلى مدينة أمسوس يجري في وسطها وغرسه فيها عليه الغروس وكثر خيرهم وعمرت أرضهم وتجبر بقراويس لما ملك قومه وكان عظيمهم وبعد عشرين ومئة سنة خلت من ملكه أمر بإقامة الأساطين وزبروا عليها علومهم فقر بعنوان ذكر دخولهم البلدة وكيف خرجوا إليها ونذلوا بها وحروبهم لمن حاربهم من الملوك ثم أمر ببناء قبة على أساطين مسبة بالرصاص وطولها مئة زراء وجعل عليها مرآة زبر جد أخضر قدرها سبعة أشبار ترى حضرتها على أمد بعيد وفي مصاحف المصريين إنه سأل الربا الذي كان معه أن يعرفه فخرج إلى شاطئ النيل فحمله حتى جلسه على خلف خط الاستواء على البحر الأسود الزفتي والنيل يخرج مثل الخيوط حتى يدخل تحت جبل القمر ثم يخرج إلى بطائح هناك ويقال أنه بنى بيت التماثيل هناك وعمل هيكل الشمس ورجع إلى أمسوس وقسم البلد بين بنيه فجعل لبقرانس الجانب الغربي ولسوريد الجانب الشرقي ولابنه الأصغر وهو مصرام مدينة سماها بريبان وأسكنه فيها وأقام أساطين كثيرة وشق إليها نهرا وغرس فيها غروسا وعمل بأمسوس عجائب كثيرة منها طائر يصفر كل يوم عند طلوع الشمس مرتين وعند غروبها مرتين تصفيرا مختلفا يستدلون به على ما يكون من الحوادث فيتأهبون لذلك وأجر لهم الماء على مجرى ينقسم منه على 28 قسما وعمل في وسط المدينة صنمين حجرا أسود إذا قدم المدينة سارق لم يمكنه أن يذول عنها حتى يهلك حتى يهلك بينهما فإذا دخل بينهما انطبقا عليه ولهذين الصنمين أعمال عجيبة غير هذا وعمل على حدود بلدهم أصناما من نحاس مجوفة وملأها كبريتا ووكل بها روحانية النار إذا قصدهم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهها نارا فأحرقت وكان حد بلدهم إلى ناحية الغرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور والبساتين وكذلك في البحر ومن الصعيد إلى بلاد علوة وعمل فوق جبل بطرس منارا يفور بالماء ويسقم حوله وما تحته من المزارع وملكهم 180 ثنة فلما مات لطخوا جسده بالأدوية الممسكة وجعلوه في تابوتا من زهب وعملوا له ناووسا مصفحا بالزهب وجعلوه فيه وجعلوا معه كنوزا لا تحصى ولا تنحصر قيمتها ومن الألوان نفيسة من الجواهر والتماثيل الزبرجد وكثيرا من اكسير الصنع المعمول المفروغ منه ومن الزهب والأواني المعمولة من الزهب ما لا يحصى كثره ولا تعلم قيمته وزبروا على البيوت تاريخ الوقت الذي مات فيه ملكهم ثم جعلوا على ذلك كله طلصمات تدفع عنه الهوام والحشرات المفسدة وصور كل طالب من الإنس والجن ثم ملك بعضه ابنه براوس الملك فتجبر وعات أمره وعلى وبنى مدينة يقال لها جلجلة وجعل فيها جنة وصفح حيطانها بصفائح الزهب والحجارة الملونة وغرس فيها أصناف الفواكه والغروس تحفها الأنهار وأمر بإقامة أساطين جعلها معالم وكتب عليها جميع العلوم وصور أصناف العقاقير بها وزبروا عليها أسمائها ومنافعها وكان له شيطان يعمل له التماثير العجيبة فهو أول من عمل بمصر هيكلا وصور فيه صور الكواكب السبعة وكتب على رأسه تجاربها وما عملت من المنافع والمضار وألبسها السياب وأقام للهيكل كاهنا وسدنا وخرج مغربا حتى بلغ البحر المحيط وعمل عليه أعمالا وبنى أساطين جعل على رؤوسها أصناما تسرج عيونها كالمصابيح الليل ورجع على بلاد السودان إلى النيل وأمر ببناء حائط على جانب النيل وجعل على شرفها حجارة ملونة شفافة وجعل في مدينة منها خزاء للحكمة وهي أول عجائب الأرض وأغربها ففي إحدى هذه المدن صنم للشمس الذي هو أعظم أصنامهم وهي معلقة عليه في بيت شرفها وهو صورة إنسان جسده جسد طائر من زهب أزرق مدبر وعيناه جوهرتان صفراوان وهو جالس على سرير المغناطيس وفي يده مصحف من العلوم وفيها صنم آخر رأسه رأس إنسان وجسده جسد طائر ومعه صورة أمرأة جالسة من زئبق معقود لها ذعوبتان وفي يدها مرآة وعلى رأسها صورة كوكب وهي رافعة يدها بالمرآة إلى وجهها ومظهرة فيها سبعة ألوان من الماء السائل لا تختلط ولا يؤذي بعضها لون بعض ولا يغيره وفيها شيخ جالس من الفيروز بين يديه صبية جلوس كلهم من أصناف العقيقي والجوهر وفي الخزانة الثانية صورة هرموس وهو مكب ينظر إلى مائدة بين يديه من نشادر على قوائم كبريت أحمر وفي وسطها مثل الصحفة من جوهر أحمر فيها شيء من الصنع وفيها صورة عقاب من زمرد أخضر عيناه من يقوت أحمر وبين يديه حية زرقاء من فضة قد لوت ذنبها على رجليها ورفعت رأسها كأنها تريد أن تنفخ عليه وفي ناحية منها صفت المريخ راكب على فرسه بيده سيف مسلول من حديد أخضر وفيها عمود من جوهر أخضر عليه قبة من زهب فيها صورة المشتري وفيها قبة من الذرد على أربعة أعمدة من جزع أزرق وفي سقفها صورة الشمس والقمر يتحدثان في صورتي رجل وامرأة وقبة من كبريت أحمر فيها صورة الزهرة على صورة أمرأة ممسكة بضفرتيها وتحتها رجل من زبرجد أخضر وفي يده كتاب فيه علم من علومهم كأنه يقرأه عليها وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من الأموال والجواهر والكنوز والحلي ما لا يعد ولا يقدر قدره وجعل على باب كل مدينة طلسما يمنع دخولها في صور مختلفة لا يشبع بعضها بعضا وملأ كل مدينة بالجهر النفيس والزبرجد الخطير والزهب والفضة والكبريت الأحمر وأكسير الصنع وصنوف الأدوية المؤلفة والسموم الفتاكة وعلم كل باب منها بعلامتين تعرف بها وأنفز إليها خازنا تحت الأرض وجعلها من تحت جلجلة وهي مدينته التي عمل فيها الجنة وبين كل مدينة من تلك المدن الثلاثة عشرون ميلا وبين الثلاث سبعة أميال وكان له من مدينته لهذه المدائن أسراب تحت الأرض يصل منها إليها وكذلك من بعضها إلى بعض وصفات هذه المدائن وعجائبها في كل قرية بمصر على تلك الحجارة وفي جميع مصاحفهم القديمة وأكثر ذكرها في هياكل الكواكب خاصة وقريء في مصحف لبعض الكهان القدماء ذكر بقراوش الملك بكل ما ذكرناه وأنه عمل مع ما ذكرناه عجائب كثيرة أذالتها الطوفان وركب هذه الرمال لزوال طلسماتها فأقام بقراوش ملكا مئة سنة وسبع سنين ثم مات فعمل له ناووس وجعل معه من العجائب ما يطول ذكره وولي بعده ابنه مصرام الملك بن بقراوش فبنى للشمس هيكلا من المرمر وموجه بالذهب وجعل في وسطه الهيكل كالفرس من جوهر أزرق عليه صورة الشمس من زهب أحمر وأرخي عليه وعليها حلل الحرير الملون وأمر أن يقض عليها بطيب الريحان وجعل في الهيكل قنديلا من الذجاج الصافي وجعل فيها حجرا مدبرا يضيء أكثر مما يضيء السراج وأقام له سدنة وعمل أربعة أعيات في السنة وقيل أن مصر سميت به وسمى به مصريم بن حان بعض الطوفان لأنه وجد اسمه مزبورا على الحجارة وكان أفليمون الكاهن يخبرهم بأخبار هؤلاء الملوك وكان مصرام هذا قد ذل الأسد في وقته وكان يركبه وصحبه الجن الذي كان مأبيه لما رأى من حرصه على لذوم الهياكل والقيام بأمر الكواكب وأمره أن يحتجب عن الناس وألقى على وجهه من سحره نورا شديدا لا يقتر أحد على النظر إليه وأدعاه إلها واحتجب عن الناس ثلاثين سنة واستخلف عليهم رجلا من ولد عرباق وكان كاهنا ويقال أن مصرام لما ركب في عرشه وحملته الشياطير حتى انتهى إلى وسط البحر فجعل له قبة القلعة البيضاء وجعل عليها صنما للشمس وزبر عليه اسمه وصفة ملكه وعمل صنما من نحاس وزبر عليه أنا مصرام الجبار كاشف الأسرار الغالب القهار وضعت التلصمات الصادقة وأقمت الصور الناطقة ونصبت الأعلام الهائلة على البحار السائلة ليعلم من بعد أنه لا يملك أحد ملكي وكل ذلك في أوقات السعودة وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة تأكل كل منها جميع الثمار وعمل فيها قبة من زجاج أحمر على رأسها صنم يدور مع الشمس ووكل بها الشياطين إذا اختلط الظلام أن لا يخرج أحد من ملكه إلا هلك وهو أول من عمل الحمام وأحب أهل مصر أن يروه فسألوه خليفته ذلك فأمرهم أن يجتمعوا في مجلس عال كان له فاجتمعوا وجلسوا عنده فظهر لهم في صورة هالتهم ملأت قلوبهم رعبا فقروا له على وجوههم ودعوا له فأمر بإحضار الطعام والشراب فأكلوا وشربوا ورجعوا إلى مواضيعهم ثم لم يروه بعد ذلك وبلغ في كهانته إلى ما لم يبلغه أحد من آبائه وأجداده وملك بعده عيقام الكاهن فعدل فيه معامل مدينة عجيبة قرب العريش وجعلها لهم حرما وعمل لهم طلاسم عجيبة وعجائب كثيرة وقيل أن إدريس عليه السلام رفع في وقته ولم يطل أمره وملك بعده ابنه عرباق بن عيقام فتجبر وأقبل على صيد السباع والوحش وعمل عجائب منها أنه عمل شجرة من حديد زاد أقصان ولطخها بدواء مدبر فكانت تجلب كل صنف من السباع والوحش إليها فيتمكن من صيدها كيف شاء وفي كتب المصريين أن هاروت وماروت كان في وقته بمصر فعلم أهل مصر أصنافا من السحر فنقلا بعض الطوفان إلى أرض بابل وتعلم عرباق من علمها ماه فاحتالت عليه أمرأة من المقصوبات فسممته فهلكة وبقي مدة لا يعرف خبره وكان رسمه إذا خلب النساء لا يقلبه أحد فلما تأخر خبره عن الناس هجم عليه فتى من بني بقراوس وقال له لوحيم ومعه نفر من أهله فوجده ملق على فراشه جيفة فأمر أن تقد له نار يحرق فيها فأحرقه ثم جمع النسوة التي كنا في الجنة فمن كانت من نسائه أحرقها معه ومن كانت من المقصوبات صرحها إلى أهلها ففرح الناس لما نزل بهم وملكهم لوحيم الملك فخرج وليس تاج أبي ولبس تاج أبي وجلس على سرير الملك وأمر بجمع الناس فلما اجتمعوا قام فيهم خطيبا وذكر ما كان عليه عرباق الأثيم من سوء السيرة واختصاب النساء وسفك الدماء ورفض الهياكل والاستخفاف بالكهنة وأنه لم يراس أبيه وجده وأحق به من غيره وضمن للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم ودفع كل أذى عنهم فرضي الناس منه بذلك وقال له أنت أحق بالملك فلازلت دائم السعادة طويل العمر وانصرفوا مسرورين فأمر بتحديد الهياكل وتعظيمها وقرب كثيرا من الكهان وأكرمهم جميعهم وسارف الناس بالعدل وكانت الغربان والغرانيق قد كثرت في وقته فأهلكت الزرع فعمل أربع منارات من نحاس في جوانب أمسوس وجعل في كل منارة صورة غراب فيه حية قد التوت عليه فلم يقربهم شيء من تلك الطيور إلى أن كان الطوفان فأذال تلك المنارة ومن ملوكهم حصلين وكانت له أخت حكيمة وكانت في جواريها جارية فإقت العقل والجمال فعشقها الملك وسأل أخته أن تهبها له فأبت فألح عليها في طلبها فغضبت وعذلت وبنت حيكلا وتعبدت فيه للزهرة مدة ثم أنها رأت الزهرة تناجيها وتكلمها وتأمرها أن تسلم الجارية إلى أخيها وتنهاها أن تمنعه من ذلك ففعلت ذلك ولما صارت الجارية عند الملك حظيت عنده وفضلها على سائر نسائه فحسدتها وولدت من الملك ولدا ذكرا لم يكن له ولد غيره فزاد حسدهن لها وجعلنا يطلبنا آذاها ويطلبنا العوقوائل لها وكان أجل وزراء الملك لما يعلم من محبة الملك لها يأتيها في كل يوم فيقضي ما عرض لها من حوائجها إجلالا لها فلما قصدنا ضراتها أذيتها ولم يجدنا أنجع من أن يرمينها بذلك الوزير وكان ذلك حسدا وبغيا حققنا الأمر عند الملك بما أمكنهن من الحيال فلما وقف الملك على ذلك أمر بقتلها وقتل الوزير ولم يشاور في ذلك أخته ولا أحدا من الحكماء فلما نفذ أمره بذلك بادر من وقف على ذلك لأخته فأعلمها فأسرعت إلى الذي أمر بقتلهما تأمر باستبقائهما حتى يرى الملك في أمرهما ودخلت على الملك فقالت له ما هذا الذي أمرت به في وزيرك وجاريتك فقال اتصل بي عنهما كذا وكذا فقالت أتحدث حدثا عظيما من القتل على ما لم تتحققه وعن غير مشورة لأهل الحكمة والسقاط من أهل المملكة قال لم أملك صبري قالت أن الملوك ليس لها أن تعجل حتى يتبين لهم الأمر فأمر باستبقائهما وبحث عن أمرهما فوقف على الكذب فيه فأمر بكل من سعى فيه من ضرائرها فأخرجهن من القصر وحصليم هذا هو أول من عمل مقياسا لزيادة النيل وذلك أنه جمع أصحاب العلوم والهندسة وعملوا بيتا من زجاج على حافة النيل وجعل في وسطه بركة من نحاض صغيرة فيها ماء موزون وعلى حافة البركة عقابان من نحاض ذكر وأنسى فإذا كان في أول الشهر الذي يزيد فيه الماء وفتح البيت وحضر الكهان بين يدي الملك وتكلم أمير الكهان بكلام حتى يصفر أحد العقابان فإذا صفر الذكر كان الماء تاما زائدا وإذا صفرت الأنسى كان الماء ناقصا ثم يعبرون الماء وكل أصبع تزيد في تلك البركة فهو زيادة زراع في النيل فإذا عملوا ذلك حفروا الزرع وأصلحوا الجسور وعملوا على النيل القنطرة التي ببلاد النوبة اليوم وكان يسمى ابنه هوصال أي خادم الزهرة للرؤية التي رأتها أخته وكفلت الغلام عمته وأدبته أحسن التأديب وزوجته عشرين أمرأة من بنات الملوك العظام وبنت له مدينة وجعلت فيها عجائب كثيرة اختفلت فيها وزينتها بأحسن النقش والزينة والعمارة وعملت فيها حماما على أساطين يرتفع الماء فيها إليه حارا من غير موقد وهلك حصليم فدفن في نووسه وملك بعده ابنه هوصال الملك وتحول هوصال إلى السرب فسكنه وبنى بندينة هي أحدى المدائن زوات العجائب وعمل في وسطها صنما للشمس يدور معها ويبيت مغربا ويصبح مشرقا ويقال إنه أول من اتخذ نحت النيل سربان وهو أول من عمل ذلك وخرج منه متنكرا لشق الأرض والأمم إلى أن بلغ بابل ورأى ما عمله الملوك من الأعاجيب وعلم حوال ملكها في الوقت وسيرته ومجار أموره ويقال أن نوح عليه السلام ولد في وقته وولد لهصال عشرون ولدا وجعل مع كل واحد منهم قاطرا وهو رأس الكهنة وتقول القبط أنه من بعد مئة وسبع وعشرون سنة من ملكهم لزم الهيكل الذي كان أقطعه أبوه لا يشرك فيه غيره وأمور الناس جارية على سداد فأقاموا كذلك سبع سنين ثم وقع بين الأخوة تشاجر واختلاف فأجمع رؤوس الكهنة على أن يجعلوا أحدهم ملكا ويقيم كل واحد منهم في قسمته واجتمعوا لذلك في دار المملكة وقام رأس الكهان فتكلم وذكر هوصال وفضائله وسعادتهم في أيامه وما شملهم معه من الخير وأخبر بما رأته الجماعة من تقليد أحدهم فإن كانه صالحيا ورجع إليهم لم ينكر ما فعلوه لأنهم لم يريدوا إلا حفظ ملكه ورفع المكاره عنه وإن لم يرجع كان الأمر على ما سلف ملك بعد ملك فاستحسن الناس ذلك القول ورضوا به رأيا وعملوا به فعقدوا الملك على أكبر ولده سنا وهو فدرشان الملك فسار سيرة أبيه فحمد الناس أمره فعمل في أيامه قصرا من خشب ونقشه بأحسن النقوش وصور فيه الكواكب وبجله بالفروش وحمله على الماء وكان يتنزه فيه فبينما هو ذات يوم اذهبت ريح عظيمة وزاد النيل زيادة كبيرة فانكسر القصر وغرق الملك وهلك وقد كان نفي إخوته إلى المدائن الداخلة واقتصر على أمرأة واحدة من بنات عمه فولدت ولدا ولم يكن له ولد غيره وكانت ساحرة فسحرته حتى هام بها وانفرد بحبها واستخلف بعض ذرائه على الملك وأقبل على لذاته ولهه معها فلما كان من أمره ما كان من هلاكه كتمته امرأته وكان أمره ونهيه يخرج للوزير عنه فأقام الناس على طاعته تسع سنين لا يعلمون بأمره فلما رأى أخوته طول غيبته جمعوا عليها جموعا عظيمة وقدموا على أنفسهم أحدهم وهو نمرود الجبار وساروا إلى أمسوس وبلغ ذلك الثاحرة امرأة قدرشان فأمرت الوزير على أمر الملك على عادتها بالخروج إليهم وبمحاربتهم ففعل فهدموه وقتلوه وقتلوا كثيرا مما كان معه ودخلوا مدينة أمسوس وآتوا دار الملك فلم يروا له خبرا فأيقنوا بموته وكانت الحيلة وقعت من أمرأته الساحرة فجلس على سرير الملك نمرود بن هوصال أخوه وملك الناس ووعدهم بحسن السيرة فيهم وتقييد ما كانوا ينكرونه من أفعال أخيه واستول على أمواله وخزائنه ففرقها على أخوته وأقطعهم جميع ما كان أخوه وأدخره لنفسه وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلهما فلم يقع لهما على خبر لأن أمه زهبت به إلى مدينة أهلها بالصعيد وكانوا كلهم سحر وكهانا فانتنعت بهم وداخلت الناس وعلمتهم أن أبنها هو الملك بعد أبيه لأن أباها قلده الملك وأمرها أن تدبر الناس وعلمتهم فصدقوها وأجابوها وقالوا أن الغلام مغلوبا على ملكه وأن النمرود متغلب غاصب فاجتمع من حمايتها ونصرتها بشر كثير وزحف أبن الساحرة إلى نمرود بمجموع كثير وقد عمل له السحرة أصنافا من التماثيل المهلكة والنيران المحرقة فخرج إليه نمرود وأخوته في من معهم من الأجناد والأتباع فانهزم الملك وأخوته وتعلقوا ببعض الجبال ونزل أبن الساحرة بدار الملك وجلس على سريره ولبس تاج أبيه وطافت به بطارقته وكان اسمه توسدون ملك وهو حدث وكانت أمه تدبر أمره فقتل كل من كان صاحبا نمرود وجد في طلبه ومحاربته حتى زفر به وسيق إليه أسيرا واجتمع الناس لينظروا إليه فشدت رأسه برأس إسطوانة قائمة وشدت رجله بإسطوانة أخرى وكان طوله فيما تذكره القبط عشرين ذراعا وأبدعته بيتا ووكلت به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان قويا فصاح في الليل صيحة مات منها بعض الحرس وهرب الباقون فلما بلغها ذلك أمرت بإنزاله وأحضرته وأمرت بنار توقد فأوقدت وجعلت تأمر فيقطع منه عضو بعض عضو فيلقى في النار حتى فرغ منه وكبر ابنها فخرج كاهنا منجما ساحرا فعملت له الشياطين قبة من زجاج كرية مدبرة دائرة على دوران الفلك وصوروا عليها صور الكواكب وكانوا يعرفون بها أسجار الطبائع وعلوم العالم بطلوعها وأفوالها وبعد ستين سنة من ملكه ماتت أمه الساحرة وأوسط أن يجعل جسدها تحت صنم القمر بعد أن يطلع بما يدفع عنه النتن وكانت وهي ميتة تخبرهم بالعجائب وتجاوبهم من كل ما يسألون فهاب الناس لابنها وفزعوا له وكان يتصور لهم في صور كثيرة وملكهم مئة سنة ولما حضرته الوفاة أمر أن يعمل له شكل صنم في زجاج يكون شفافا ويطلع جسده بالأدوية الممسكة له ويدخل في تلك الصورة التي من الزجاج ويلحد ما بين الشفتين وينام في هيكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عيد تقرب فيه القرابين وتدفن تحته كنوزه ففعل ذلك كما أمر وملك بعده ابنه سرياق الملك بسيرة أبيه وجدته واجتمع عليه وزحف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب على الشام وأراد أن يصحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إليها لسحر أهلها فأراد أن يدخلها متنكرا ليعرف أهلها ويقف على سحر بعض أهلها فخرج وماه نفر حتى وصلوا إلى حصر من أول حدود مصر فسألهم الموكلون به عن أمورهم فعرفوهم أنهم تجار يقصدون بلدا يسكنونها ومعهم أموالهم ليحترفوا كيف ظهر لهم بها فحبسوهم وأرسلوا إلى الملك بخبرهم وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قائما على منار لهم عول وكأن طائرا عظيما قد انقض عليه ليخطفه فحاد عنه حتى كاد أن يسقط عن المنار فجوزه الطائر ولم يضره فانتبه مزعورا وبعث إلى رأس الكهنة فقص عليه رؤياه فعرفه أن ملكا يطلب ملكه فلا يصل إليه فنظر في علمه فرأى ذلك الملك الذي يطلب ملكه قد دخل بلده ووافق ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذكر القوم فعلم الملك أن فيهم فوجه بجماع من أصحابه معه فاستوسقوا منهم وحملوهم وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على أعمال مصر كلها ليروا ما فيها من الطلصمات والأصنام والعجائب والمعجزات فبلغوا بهم إلى الإسكندرية ثم ساروا بهم إلى أمسوس فأوقفوهم على عجائبها ثم ساروا بهم إلى الجنة التي عملها مصرام وأمر السحرة بإظهار التماثيل فجعلوا يتعجبون مما يرون حتى وصلوا إلى سرياق الملك والكهنة حوله قد أظهروا صنوف العجائب وجعلوا بين يديه نارا لا يصل إليها إلا من كان من خاصته ولا تضر إلا من أضمر للملك غائلا وأمر فشقوها واحدا بعد واحد فلم تضر منهم أحدا وكان ذلك الملك آخر من دخلها منهم فلما دن من النار أخذته فولى هاربا فأتى به سرياق فسأله عن أمره وتوعده فأقر فأمر بقتله وحمله إلى الحصن الذي أخذ به فصلب هناك من جهة الشام على أسطوانة عظيمة من حجر وذبر عليها هذا فلان بن فلان المتغلب على الشام أضمر غائلا للملك وطلب ما لم يصل إليه تعديا منه عليه وظلما له فعوقب بهذا وأمر بإطلاق الباقين وقيل لهم قد وجب عليكم القتل لصحبتكم لمن أراد الفساد في الأرض ولكن الملك بفضله عفى عنكم وأمر أن تخرجوا من بلاده ولا تعودوا إليها أبدا فخرجوا هاربين مسرورين بالسلامة فكانوا لا يمرون بأحدين إلا حدسوه بما رأوا من العجائب فانقطعت أطماع الملوك في الوصول إلى مصر والتعرض لها وعملت في وقت سرياق عجائب كثيرة منها أنه عمل عرباق في مدينته بطم النحاس قائمة على أسطوانة فإذا دخل الغريب بالناحية من النواحي أو باب من الأبواب صفقت في جناحيها وصرخت فيأخذ الداخل ويكشف عن أمره ومقصده وشق إلى مدائن الغرب نهرا من النيل وبنى على عبريه منازل وأعلاما وغرس فيها غروسا وملكهم مئة سنة وسلاسين سنة وملكهم بعده ابنه سهلون بن سرياق وكان سهلون عالما منجما كاهنا فأفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا وصرف إلى كل ناحية قسطا ورتب الدولة وجعلها على سبع طبقات الطبقة الأولى الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله ورأس الكهان والوزير الأكبر وصاحب خاتم الملك وصاحب خزائنه الطبقة الثانية مراتب العمال والمتولين لجباية الأموال والإشراف على النفقات في أمر المملكة ومصالح البلاد والعمارات وقسمة المياه الطبقة الثالثة الكهان وأصحاب الهياكل وخدمتها ومتولي الفراش والمشرف على ما يقرب من بوادر الفاكهة والرياحين وصغار البقر والغنم والفراريج الزكور وما يعرف من مثل ذلك في طعام الملك وخواب الشراب وغير ذلك مما يشبهه والطبقة الرابعة المنجمون والأطباء والفلاسفة ونحوهم والطبقة الخامسة أصحاب عمارة الأرض والمتولون أمر الزراعة والغرس والطبقة السادسة أصحاب الصناعات والمؤن والمشيدون في كل سنة في كل فن والمشرفون على أعمالهم ونقل ما يستحسن من أعمالهم إلى خزائن الملك الطبقة السابعة أصحاب الصيد من السباع والوحش والطير والهوام والمشرفون على أحد دمائها ومررتها وشحومها وحملها إلى الأطباء لإصلاح العقاقير وتأليف الأدوية وتقدم إليهم أن لا يدخل أهل صناعة في دلسة ولا مهنة في غير ما هو فيه ومن قصر في عمله عقب ومن أحسن في عمله جوزي وكانت رتبة أهل الملاه والألحان في قسمة الملك وتقدم في بلاء المدائن ونصف الإعلام المنارات وابتدع ما يستغرب من الصناعات وإجراء المياه وتوليد غرائب الأشجار وأقام على أعالي الجبال سحر يقسمون الريح ويمنعون من أراد بلدهم بأزاة وكذلك يمنعون كل طائر وسبع ووحش وهوام وجرف الناس على السداد والاعتدال وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الكهنة يعلمونهم الدين ودينهم يوم إذن الصابية الأولى ويرفع كل صنف منهم ما يجري من جميع ما يقولونه إلى الملك في كل يوم وعمل البيت ذي القباب النورية وأوقد فيها النار الدائمة تعظيما للنور والقبط تزعم أنه أول من عمل بيتا لتعظيم النار وقيل أن حمير الفارسي بنى بيتا للنار وهو أول من عمل ذلك للفرس اقتداءا بسهلون الملك بمصر وكان السبب لعمل سهلون أنه رأى في منامه كأن أباه أتاه فقال له انطلق إلى جبل كذا من جبال مصر فأن فيه كوة من صفتها كذا فأنك واجد على باب الكوة أفعى لها رأسان فأنها إذا رأت كشرت في وجهك فليكن معك طائران صغيران ذكرا وأنسا فلما رأيت الأفعى فازبح لها الطائرين وألقيهما إليها فأنها تأخذ برأسيهما وتنحاش بهما إلى سرب قريب من الكوة فتدخل فإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتهي في آخرها امرأة عظيمة من نور حار يابس فسوف يستعلك وجهها وتحمي بحرارتها فلا تدن إليها فتحرق وقف حزائها وسلم عليها فأنها تخاطبك واسكن إلى خطابها وانظر ما تقوله لك فعمل به فأنك تتشرف به وهي حافظة كنوز جد كمصرام التي رفعها تحت مدائن العجائب المعلقة وهي تدلك عليها وتنال من ذلك شرفا وطاع من قومك ورعيتك ثم مضى وتركه فانتبه سهلون وجعل يتفكر في مرأة وتعجب منه وعزم أن ينفذ ما أمره به فمشى إلى الجبل وحمل الطائرين معه وامتسل ما أمره به أبوه إلى أن وقف حذاء المرأة فسلم عليها فقالت له أتعرفني؟ قال لا لأني ما رأيتك قبل وقت هذا قالت له أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية وقد أردت أن تحيي ذكري وتتخذ لي بيتا وتوقض لي فيه نارا دائما بقدر واحدة وتتخذ لي عيدا في كل سنة تهضره أنت وقومك فإنك تتخذ بذلك عندي أنلك بها شرفا إلى شرفك وملكا إلى ملكك وأمنع عنك وعن قومك من يطلبك بعمل الحيلة عليك وأدلك على كنوز جدك مصرام فضمن لها أن يفعل ذلك فدلته على الكنوز التي كنزه جده تحت المدائن المعلقة وكيف يصير إليها وكيف يمتنع من الأرواح الموكلة بها وما ينجيه منها فلما فرغ مما أراد من ذلك قال لها فكيف لي بأن أراك في الأوقات التي أريد وأحتاج أن أسألك عما يطرأ من الأمور فأسير إليك قالت له أما هذا المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا ولكن إذا أحببت عن تراني فدخن في الوقت الذي علمته لك بكذا وكذا أشياء ذكرتها له منها عظام ما يقربه من القرابين والزبائح وسموق الأشجار فأني أتخيل لك وأخبرك بكل حق وباطل يكون في بلدك فلما سمع ذلك منها سر به سرورا عظيما وغابت الصور وظهرت الأفع وخرج هاربا فلما نجى جعل على الكو سدا ولم يؤخر ما فعلته به وأخرج كنوز جده وعمل بأمسوس وغيرها من العجائب ما يطول به الذكر فمنها القبة المركبة على سبعة أركان وفي بعض مصاحف القبط أن هذه القبة يقال لها قبة الفضاء وكان السبب في بنيانها أن بعض الكهنة جار في قضية قضاها وذلك أن بعض العام ما أتوه يشكو أمرأته ويذكر أنها تأباه وهو يحبها وتبغضه وسأل أن يقومها له بالإظهار وكانت المرأة من أهل بيت الكاهن فأمهلها عن زوجها وأمره بتخليتها فلم يفعل وحبسه وشدد عليه وكان من أهل الصناعات فاجتمع من أهل صناعته من كان قد عرف حاله وحال المرأة معه وأنها ظالم له وهو لها منصف وعلموا ظلم الكاهن له فاستعدوا عليه عند خليفة الملك فأحضره وسأله عما ذكره فذكر أنه لم يحكم إلا بواجب فأحضر بعض رؤساء الكاهنة وأظهر القوم الذين شهدوا للرجل فوقف على ظلم الكاهن فأخرج الرجل من الحبس وحبس الكاهن مكانه وأمر بالمرأة أن تعاقب وترد عليه ورفع ذلك إلى الملك فأمر أن يخرج ذلك الكاهن من رسم الكهان وأن يحبس إلى أن يرى رأيه فيه واهتم الملك لذلك وخاف أن يجري من غير ذلك الكاهن مثل ما جرى منه وأن يكون ما قد أمره من أمر المملكة وأهلها لا يتحكم له حسب ما أحب وبات مهموما مفكرا فلما أصبح اصطبح وتطيب وتكلم ودخن بالدخنة التي أمر بها فتجلت له تلك الصورة وخاضبته فسألها أن تعمل له عملا يقف به على حقيقة الظلم وخفيف ويعرف المظلوم من الظالم فأمرته أن يبني بيتا مركبا على سبعة أركان ويجعل له سبعة أبواب على كل ركن بابا ويعمل في وسطه قبة من صفر ويصفر في أعلاها صور الكواكب السبعة ويعمل على الباب الأول من القبة مثال أسد رابط وحزاءه من الجانب الآخر لبوة رابصة من صفر ويقرب لهما جرو أسد ويبخرهما بشعره وعلى الباب الثاني تمثال سور وبقرة ويزبح لهما عجلا ويبخرهما بشعره وعلى الباب الثالث صورة خنزير وأنساه ويزبح لهما خنوصا ويبخرهما بشعره وعلى الباب الرابع صورة حمل وشات ويزبح لهما سخلة ويبخرهما بشعرها وعلى الباب الخامس صورة سعلب وحدأ وأنثاه ويزبح لهما فرخ عقوب ويبخرهما بريشه ويلطخ وجوه جميعهم بدم القربان ثم يحرق بقية القرابين ويجعل رمادها تحت عثبت أبواب القبة ويجعل لها سدة يوقدون فيها المصابيح ليلا ونهارا سبعة أيام فإذا فرقت من ذلك كله فاجعل لكل مرتبة من تلك المراتب التي قسمتها وجعلتها على سبع طبقات بابا من تلك الأبواب وليكن باب الأسد لأهل المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب فأنه إذا تقدم إلى شيء من تلك الصور أهل الخصومات التصق الظالم بها وشدت الصور عليه شدا عنيفا وآذته وآلمته حتى يخرج لخصمه من حقه الذكر للذكر والأنسة للأنسة فتعرف بذلك الظالم من المظلوم ومن كان له قبل أحد حق ودعاه إلى بعض الصور فلم يجئ معه فأتيها المظلوم فعرفها بذلك أقعد الظالم على رجليه وخرس لسانه ولم يتحرك من مكانه حتى ينصف صاحبه فلم يؤخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه وأتمها على أحسن ما يكون ما من هيئة وصلاح واستراح من الاهتمام بأمور الناس فلم يتظلم بعضهم من بعض وعلم أنه لا يجوز لبعضهم ظلم بعض مع تلك الصورة فلم تزل تلك الصورة باقية إلى أن أذالها الطوفان مع ما أزال من أعمالهم وعجائبهم وعملت في وقت سهلون أعمال كثيرة وكتب سيرته وما ابتدعه من العجائب في مصحف وعمل أدوية وعقاقية كثيرة وتماثيل متحركات وأمر أن يحمل ذلك كله مع المصحف الذي كتب فيه سيرته ومع كنوزه وذائخ خائره إلى ناووسه الذي يحمل فيه إزامات وهو قد عمله في الجانب الغربي وبضع فيه غرائب وحكمة فلما مات عمل فيه ذلك وملك بعده ابنه سوريد بن سهلون الملك وحزن عليه هو وأهل مملكته ورعيته حزنا عظيما لم يحزن على ملك قبله وكان ملكه مئة وتسعين وتسعين سنة وأقام دولته ورعيته عند ناووسه شهرا ينوحون ويبكون وأقاموا في ناووسه خدمة يخدمون أموره وسدنا يحفظون ما يجب حفظه منه وجلس ابنه على سرير الملك واقتفى سيرة أبيه في العدل والصلاح وعمارة الأرض وسياسة الناس والانصاف بينهم والأخذ لهم من نفسه وأهل بيته وهو أول من جب الخراج بمصر وألزم أهل الصناعات على أقدارهم هو أول من أمر بالإنفاق على المرضى والرمنة من خزائنه وبنى المنارات ونصب العلام والطلسمات والهياكل وحسن عمارتها على أحسن ما تقدم لسواه فأحبه الناس وحمد أمره وعمل مرآة من أخلاط كثيرة كان ينظر فيها فير الأقاليم وما أخضب منها وما أجدد وكل ما يحدث فيها وكانت على منار من نحاس في وسط مدينة أمسوس وتقول القبط أنه عملها لمصر خاصة وكان يرى فيها جميع من يقصدها من كل ناحية ويعلم بذلك جميع من يقصدها فكان يأخذ أهبته لذلك وهو أول من عمل صحيفة في كل يوم يكتب فيها جميع ما يكون في يومه وما يعمل فيه ثم ترفع إليه وتودع في خزائنه يوما فيوما فإذا مضى الشهر نقلت صحائف أيامه إلى مصحف الملك وختم بخاتمه وخلت في خزائنه وما صلح منه أن يزبره في الحجار زبره وكذلك ما عمل من الصناعع وما أحدث منها وكان يعطي الرقائب على الصناعات العجيبة والحكم الغريبة وعمل وسط المدينة صورة امرأة جالسة في حجرها صبي كأنها ترضعه فكل امرأة أصابتها علة في جسمها مست من جسد تلك الصورة الممثلة فيزول عنها ما تجده على ما كان وكذلك انقل لبنها مسحت سدها فكثر وكذلك إذا أحبت أن يعطف عليها ذوجها مسحت وجهها بدهن طيب وقالت لها فعلي كذا وكذا وأنقلت حيضتها وأنقلت حيضتها وفرقت منه مسحت تحت هركبها وأن أصاب ولدها شيء فعلت بالصبي كذلك فيبرأ وأن عسرت ولادتها مسحت رأس الصبي سهل وكذلك البكر يسهل عليها افتضادها وإذا وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى تكف عن فجورها وما كان من أعمال الليل يحدث ليلا وما كان من النهار يحدث نهارا وكانت تعمل أعمار كثيرة إلى أن أذالها الطوفان وفي بعض كتب القبط أنها وجدت بعض الطوفان واهتم استعملوها وعبدوها وصورتها في جميع برابي مصر مصورة برسمها ملونة والذي دلهم عليها كانوا قرابات فيلمون الكاهن ودلوهم على جميع أعمال مصر وسنسكر خبرهم في هذا الكتاب إن شاء الله وعمل أيضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصنم الذي يقال له باكوس المعمول من الأخلاط الكثيرة في الطب وكان يعمل أعمالا كثيرة في دفع الأسقام والعلل عن أهلها ويعرفون به من يبرأ منهم فيعالجونه فيعيش ويعرفون من يموت بعلامات تظهر منه فيقصرون عن علاجه وكان يزير الأوصاب بأن يخسل الموضع بإزاء أصحاب العلل منه ويفق ذلك الماء الذي يخسل به لصاحب الداء فيزول عنه وكثير من هذه الأعمال وهو أول من عمل الأبراقات الأيرونيات وزبر عليها جميع العلوم وهو الذي بنى الهرمين العظيمين المنسوبين إلى شداد بن عاد والقبض تنكر أن تكون العادية دخلت بلدهم والعمالقة تقول سحرهم ومنعهم من إرادتهم بشر ما يريدونه بهم وبذلك يقول الحرانيون وقد نقل ذلك أب معشر في كتاب الألوف وكان سبب بناء سوريد للهرمين أنه رأى رؤية أثبتها في موضعها فأحضر كهنته ومنجميه وقص عليهم من نزول المرأة في صورة أمرأة وانقلاب الأرض بأهلها وانكساف الشمس بأسرها وهي الرؤية بعد فأخبره خبر الطوفان أن يكون على الصورة التي كان وذلك مسكور في كتاب تاريخ يرويه المقربون عن آخرين من القبض وجد في بعض ذراريهم على صدر ميت وذكر أنها من ولد رجل من أهل مصر الأوائل ممن نجى بعض الطوفان وركب مع نوح عليه السلام في السفينة وكان ممن آمن به وحمل ابنيه وقيل بن مصرام بن حام وكان أبدع الناس فهما في العلوم وكان في الكتاب أن الملك سوريد بنى في الصعيد سلاس مدائن وعمل فيها عجائب كثيرة وسنذكر شيئا من أخبار هذين الأخوين إن شاء الله تعالى وكان في الكتاب أن الملك سوريد بن سهلون ملك مصر لما رأى في منامه ما رأى أخبر فليمون رأس الكهنة بما رأاه من الأمور أمرهم أن ينظروا فيما تدل عليه الكواكب من أحداث في العالم فتصيب أكثره فأقاموا لها في وقت مسألته إياهم مسألة أمعنوا فيها النظر فدلت على آية تنزل من السماء وتخرج من الأرض فتعم أكثر الأرض وهو طوفان عظيم لا يبقى به شيء قال فانظروا هل ينجد ذلك ويعود أم يبقى هو معمولا دائما فنظروا فظهر أنه يعود العمران والملك وكل شيء كما كان وعرفوا بذلك فأمر حينئز ببناء بربى وأعلام عظام له ولأهل بيته تحفظ أجسادهم وما أبدعوه بها من أموالهم وذبروا فيها وفي سقوفها وفي حيطانها وأسطواناتها جميع العلوم الغامضة التي يدعيها أهل مصر بين جميع الأمم وصور فيها صور الكواكب العظام منها وصور الصغار منها ورسم ذلك بعلامات تعلم بها وزبر فيها إسماء العقاقير ومنافعها وعمل الطلسمات وأشكالها وعلم الحساب والهندسة وغير ذلك مما انتفع به مربوبا ومفسرا لمن عرف كتابهم ولغتهم وقالوا أن هذه ناذلة وكائنة إذا كانت تكون من جميع أقطار العالم إلا اليسير منه وذلك كائن إذا نزل قلب الأسد بأول دقيقة من رأس السرطان فتكون الكواكب عند ذلك في هذا المواضع من الفلك يكون القمر مع الشمس في أول دقيقة من الحمل وروس وهو المشتري في 27 درجة من الحوت والمريخ في 28 درجة وخمس دقائق من الحوت وأفرادين وهو الذهرة في 27 درجة وسلاس دقائق من الحوت وهرموس وهو عطارد في 29 دقيقة من الحوت والزحل والجوزاء في الميزان وأوجي القمر في الأسد على خمس درجات ودقائق فلما عملوا ذلك وتحققوه قال انظروا أيضا هل يكون بعد هذه الآفة أخرى تنزل من السماء إلى الأرض تكون ضد الأخرى التي تنزل أولا وهي النار التي تحرق أقطار العالم فعرفوه فقال انظروا متى يكون الكون الآخر وهو المضمر فنظروا فوجدوا أنه يكون إذا نذر قلب الأسد في آخر دقيقة من الدرجة الخامسة عشر من الأسد فتكون الشمس معه في دقيقة واحدة متصلة بالذحل تسليس الرأس ويكون المشتري في الأسد غير مستقيم السير وعطارد معه في دقيقة ويكون القمر في الدلو متصلا بالذنب في 12 جزء وتكون للذهرة في بعدها الأبعد مستقيم السير ويكون المريخ في الأسد مستقيم السير ويكون في ذلك الشمس تنطبق منه على الأرض انطباقا لم يعحده مثله فعرفوا الملك بما ظهر لهم من ذلك وقالوا أن قلب الأسد إذا قطع سلاسة أدوار لم يبقى من حيوان الأرض شيء متحرك إلا تلف وهلك وإذا استثم إدواره تحللت أمر الفلك فأمر الملك بقطع الأساطين العظام وبنشر البلاطات الهائلة واستخراج الرصاص من أرض المغرب وإحضار الصحور من ناحية أسوان وكانت سوداء عظام تساق في العجل فجعل منها أساس الأهرام السلاسة الشرقي والغربي والملون وجميعه من الحجر الملون الأسود والأبيض وقيل كانت لهم صحائف من خواص أشياء وعليها كتابات فإذا قطع الحجر وتم أحكامه وضعوا عليه تلك الأشياء وضربوه فيغضوا بتلك الضربة ما يغيب به عنهم ثم يعودون ذلك حتى يصل فوضعت أساس الأهرام بالتهشور منها الهرم الشرقي والهرم الغربي والهرم الملون وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون في وسطها قضيب حديث قائم ثم يركبون عليها بلاطة أخرى مسقوبة الوسط فيدخل ذلك في ذلك الثقط ثم يذاب الرصاص ويصب حول البلاطة وفي الثقب بهندما وإتقان بعد تأليف ما فيها من النقوش والكتابة والصور حتى بلغوها من ذلك إلى ما يجار فيه الوهم وجعل أبوابها تحت الأرض بأربعين الزراع في أزاج مبنية بالرصاص والحجارة طول كل أذاج منها مائة وخمسون زراع فأما باب الهرم الشرقي فإنه من الناحية الشرقية على مقدار مائة زراع من وسط حائط الهرم وأما باب الهرم الغربي فمن الناحية الغربية وهو أيضا على قياس مائة زراع من وسط الحائط حتى تنزل إلى باب الأزاج المبني فتدخل منه وأما باب الهرم الملون بلونين من الحجارة فمن الناحية الجنوبية يقاس أيضا من وسط الحائط الجنوبي مائة زراع ويحفر حتى يوصل إلى باب الأزاج والمبني له ويدخل منه إلى باب الهرم وجعل طول كل واحد منهما في الهوى مائة زراع في الزراع الملكي وهو خمسمائة زراع عندنا بزراعنا اليوم وجعل الضلع كل واحد من جهاته مائة زراع ورفعها في الاستواء حتى بلغ أربعين طراع فوق الأرض ثم هندمها من كل جانب حتى تحددت أعاليها عند آخر طولها وكان ابتداؤهم لبنائها في وقت سعد اجتمعوا عليه وتخبروه فلما فرغ منها كساه ديباجا ملونا من فوقها إلى أسفلها وعمل لها عيدا لم يبقى في المملكة أحد إلا حضره ثم أمر بعمل ثلاثين مغزنا بنيت من حجارة صوان ملونة في الهرم الغربي وملئت بآلات الزبرجد والتماثيل المعمولة من الجواهر الغالية والطلصمات الغربية وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذي لا يصبع والزجاج الذي يطوى فينطوي ولا ينكسف وأصناف العقاقير المفردات والمؤلفات والسموم القاتلات وعير ذلك مما يطول وصفه ولا يدرك عده ونقل إلى الهرم الآخر وهو الشرق أصنام الكواكب والقباب الفلكية وما عمل أجداده من التماثيل والدخن الذي يتقرب بها إليها ومصاحفها وما عمل لها من النواريخ والحوادث التي مضت والأوقات التي تحدث منها والذكر من يلي مصر إلى آخر الزمان وكون أدوار الكواكب السابتة وما يحدث في دورانها وقتا وقتا وجعل فيها المظاهر التي فيها المياه المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشياء وجعل في الحرم أجساد الكهنة في توابيت صوان أسود ومع كل كاهن مصحف من عجائب صنعته وعمله وسيرته وما عمل في وقته وكانوا على مراتب المرتبة الأولى القاطرون وهم الذين تعبدوا الكواكب السبعة لكل كوكب سبع سنين ومعنى القاطر عندهم جامع العلم والمرتبة الثانية لمن تعبد لستة وله أيضا اسم والمرتبة الثالثة لمن تعبد لخمسة والمرتبة الرابعة لمن تعبد لاثنين والمرتبة السابعة لمن تعبد لواحد ولكل واحد من أصحاب المراتب السبعة اسم يعرف به وجعل في جهة من الهرم مرتبة من هذه المراتب في توابيتهم وجعل مع أجسادهم مصاحفهم كتبوها على ورق الذهب فذكروا فيها جميع ما كان وما يكون وما قد عملوه من العجائب وجعل في الحيطان من كل جانب كما تدور أصناما تعمل بأيديها جميع الصناعات على مراتبها وأفنارها وصفة كل صنع وعلاجها وما يصلح لها وكتب مزبورا على الصور جميع علاجات الأشياء كلها وعلم النواميس وعلم كل علم ثم جعل فيها أموار الكواكب التي أهديت إليها وأموار الكهنة وقدر ذلك لا يحص عددا ولا وزنا وجعل لكل هرم منها خازنا فصاحب الهرم الشرقي صنع مجزع من جزع أسود وأبيض له عينان مفتوحتان براقتان وهو جالس على كرسي ومعه شبح الحربة إذا نظر إليه ناظر سمع من جهته صوت يكاد ينتزع قلبه على وجهه ويختلص عقله ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت منه وجعل خازن الهرم الغربي صنما من حجر صوان مجزعا واقفا معه شبه الحربة على رأسه حية مطوقة من قرب منه وثبت إليه من ناحية قصله فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصنع وجعل خازن الهرم الملون صنما صغيرا من حجر البهد على قاعدة منه قائما من نظر إليه اشتذبه الثنم حتى يلصق به فلا يفارقه حتى يموت فلما فرغ من ذلك ضمدها بالأرواح الروحانية وذبح لها الذبائح لتمنع من أنفسها من أراد الوصول إليها إلا من قرب لها وعمل لها بأعمال الوصول وذكرت القبط أن عليها كتابا منقوشا تفسيره بالعربية أنا سوريد الملك الملك بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان وأتممت بنيانها في ست سنين فمن أتى بعضي وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في ستين سنة وقد علم أن الهدم أيسر من البنيان وإني قد قسوتها بالديباج فليكسها من أتى بعضي حصيرا فوجدوا أنه لا يقوم بهدمها شيء في الأزمان الطوال وأن كسبتها أيضا بالديباج مما يشق على الملك ويتعذر إلا بفساد عظيم وبما لم يكن فيه إصلاح فمنها أن الرشيد لما دخل مصر فرأى الأهرام أحب أن يهدم بعضها ليعلم ما فيه فقيل له أنك لا تقدر على ذلك فقال لابد من فتح شيء منه ففتحت الثلمة المفتوحة بنار توقد وخال يرش ومجانيق يرمى بها وحدادين يعملون عما فسد منها وانفق عليها مارا عظيما فوجدوا عرض الحائط قريبا من عشرين ذراء فلما انتهوا إلى آخر الحائط وجدوا خلف النقب مطهر قضراء فيها ذهب مضروب وذن كل دينار أقية من أقياتنا وكان عددها ألف دينار فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا معناه فأخبروه بذلك الرشيد وأتوه بالذهب والمطهر فجعل يعجب من ذلك الذهب ومن جودته وحسنه وحمرته ثم قال ارفع إلي حساب ما أنفقتموه على هذه الثلمة ففعل ذلك فوجدوه بإذاء ذلك الذهب الذي أصابوه ولا يزيد ولا ينقص فعجب من معرفتهم بذلك على طول المدة وأنهم يستفتحونه من ذلك الموضع بعينه وعجب من معرفتهم بقدر ما ينفق عليه ومن تركهم ما يوازي في الموضع عجبا شديدا كأن لهؤلاء القوم من العلوم منزل لم نوازيها ولا ندركها نحن ولا أمثالنا وقيل أن المطهرة التي وجد فيها المال كانت من زبرجات فأمر بحملها إلى خذائنه وكانت أحد ما حمله من عجائب مصر ومن عجائبها وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثلمة من الهرم أقام الناس سنين يقصدونه ويدخلونه وينزلون فيه من الذلاق التي فيه فمنهم من يسلم ومنهم من يهلك وأن جماعة من الأحداث اتفقوا وكانوا عشرين رجلا على أن يدخلوا الهرم ولا يبرحوا منه إلا بأن يصلوا إلى منتهى آخره أو يموتوا عن آخرهم فيه فأخذوا معهم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشهرين وأخذوا الأكل والوقيد والشمع والحبال والفؤوس وما احتاجه من الآلات والحديد للحفر دخلوا الهرم ونزل أكثرهم في الذلاق الأولى والثانية ومضوا يمشون في أرض الهرم فرأوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وجوههم وانتهوا إلى ثقب تخرج منه الريح باردة ولا تفتر فذهبوا ليدخلوه فانطفأت مسارجهم فذهبوا ليدخلوه فإذا الثقب على قاعة كبيرة فارغة فعلموا أن أجساد موتهم في ذلك الموضع وأن معها كنوذهم وأموالهم فراموا أن ينزلوا فلم يستطيعوا على ذلك قال أحدهم شدوني بالحبال وأنزلوني في ذلك الثقب حتى أصر إلى قاعر هذه القاعة ولعل أعمل منها بعض ما تريدون ففعل القوم بصاحبهم ذلك وشدوا الحبال في وسطه وتعجب السقب فأبطأ فيه وهم يمسكون الحبل حتى انطبق السقب عليه فجذبه أصحابه بجهدهم وقوتهم فلم يقدروا على نزعه وسمعوا عظامه تتكسر وسمعوا صيحة هائلة سقطوا منها على وجوههم لا يعقلون فقاموا وطلبوا الخروج وضاق بهم الأمر وصعدوا فسقط بعضهم من الذلاق عند صعودهم فترك وهلك وخرج من بقي منهم من جميع الهرم وجلسوا في صيحة متعجبين فبينما هم كذلك إذ أخرجت لهم الأرض صاحبهم من بين أيديهم حيا يتكلم بكلام كاهني لم يفهموا معناه فسره لهم بعض أصحاب الداريات بالصعيد بأن هذا جزءا من طلب ما ليس له ثم سقط ميتا فحملوه وفطن بهم فأخذوه وحملوه إلى الوالي فحدسوا على أنففهم ذلك وفي حديث آخر أن قوما دخلوا الهرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض لهم مثل الطريق فساروا فيه ووجدوه كالمطهرة يقطر منها ماء يسير ثم يفيض فلم يدروا ما هو ثم وجدوا موضعا كالمجلس المربع حيطانه من حجارة مربعة ملونة عجيبة صغار في نهاية من الحسن فقلع أحدهم منها حجرا وجعله في فيه فانسدت أزنه من الريح ولم يزل يتصبر وهو معهم حتى دخلوا مكانا فيه كالقارورة العظيمة فيها زهب مضروب كثير أعمدته كلها في غاية من الإتقان زنت كل واحدا منها ألف دينار فأخذوا منها واحدا فلم يقدروا أن يتحركوا ولا أن يمشوا حتى تركوه من أيديهم ولم يصلوا منه إلى شيء ووجدوا في مكان آخر كالصفة فيها صورة شيخ من صنم أخضر مشتمل شملة ومن بين يديه تماثيل صغار وفي صورة الصبيان وكأنه يعلمهم فأخذوا منها واحدا فلم يقدروا أن يتحركوا وساروا أيضا في تلك الطريق فوجدوا بيتا مزدودا فيه دوي هائل وزمزمة فلم يتعرضوا له ومضوا فوجدوا مثل المجلس المربع فيه صورة ديك من جواهر قائم على أسطوان خضراء وله عينان يسرج المجلس منها فلما دنوا منه صوت بصوت مفزع وخفق بجناحيه فتركوه ومضوا حتى وصلوا إلى صنم من حجر أبيض في صورة أمرأة منكسة الرأس وعن جانبيها أسدان من حجارة كأنهما يريدان أن يلتقيماهما فجعلوا يتعوذون ويقرؤون إلى أن تجاوزهما وساروا إلى أن لاح لهم نور صاطع فاتبعوه فإذا هم بهوة مفتوحة فخرجوا منها فإذا هم في الصحراء وإز على باب الهوة مثالان من حجر أسود معهما كالمزراقين فعجبوا من ذلك ووجدوا شبه الطريق وساروا عليه يوما كاملا إلى أن وصلوا إلى الأهرام من خارج وكان ذلك في زمان يزيد بن عبد الله ولمصف فأخبروه بذلك فاستعدوا ووجه معهم من يدخل الهوة فأطافوا أياما فلم يجدوها وأشكل عليهم أمرها ولم يكن لهم إليها سبيل ولا وجدوا فيها حيلة والذي أخرج ذلك وحده جوهر نفيسة باعها بمال خطير وذكر أن قوما في وقت أحمد بن طولون دخلوا الهرام فوجدوا في طاق من أحد بيوته أشنانة زجاج فأخذوها وخرجوا بها فأفتقوا رجلا منهم فدخل في طلبه إذ خرج عليهم عريانا يضحق ويقول لا تتبعوا في طلبه ورجع هاربا إلى داخل الهرام فعلموا أن الجن قد استهوته وشاع أمرهم وقيل أن أحدهم سعى بهم فأخذ الأشتان منهم ومنع الناس من دخول الهرام وأنهم وزنوا ذلك الأشنان فوجدوا فيه سبعة أرطال من زجاج أبيض صاف فانتبه رجل من أهل المعرفة وقال لم تتخذ الملوك هذه لباطل وما عملت إلا لشيء ثم ملأ الأشنان بالماء ثم وزنه فوجده ملاء مثن وزنه فارغا لا ينقص ولا يزيد وحكي أن قوما دخلوا الهرام ومعهم غلام يعبسون به فخرج عليهم غلام أسود في يده عصا فأخذ يضربهم ضربا وجيعا فخرجوا هاربين وتركوا طعامهم وشرابهم وبعض في يبهم وقد أصاب قوم في بربأ مثل ذلك وحكي أن رجلا ممرأة دخلا للفجور فصرعا جميعا فلم يزالا مسحوبين مسحورين إلى أن ماته وفي بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك لما أخبره كهنته بخبر النار المحرقة التي تخرج من برج الأسد فتحرق العالم فعمل في الأهرام مسارب يدخل منها النيل إلى مكان بعينه ثم يفيض إلى موضع من أرض العرب وأرض الصعيد وملأ تلك عجائب تلصمات أصناما تنطق وحكي بعض القبط أن سوريد الملك لما أخبره من الجموه بما أخبروه قال انظروا بلدنا هذه هل تلحقها آفة؟ فنظروا وقالوا يلحقه طوفان يأتي على أكثره ويلحقه قراب يقيم فيه عدة سنين ثم يغلب عليها العمران قال وكيف يكون خرابها؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلها ويغنم مالها قال ثم ماذا؟ قالوا يكون عمارتها على يد من قتله قال ثم ماذا؟ قال يقصدها قوم مشوهون من ناحية النيل فيملكون أكثرها قال ثم ماذا؟ قالوا انقطع نيلها وتخل من أهلها فأمر أن يكتب ذلك ويزبر على الأهرام والأسطوانات والحجارة العظيمة وذكر رجل من أهل المغرب ممن يختلف إلى الوحوات ويحمل الأسماك إلى الوحوات على جمل له أنه بات قرب الهرم فما زال يسمع الضوضاء والعضعضة فهاله ذلك وتباعد عن الهرم بجمله ذاك فكان يرى حول الهرم شبه النيران تتألق فلم يزل مزعورا إلى أن غلبته عيناه فنام فلما أصبح في الموضع الذي فيه السمك رأى سماكا آخر بحياله موضوعا فعجب من ذلك وشد سمكه على جمله وكر راجعا إلى الفصطاط وحلف أن لا يقرب من الهرم بعد ذلك وأما البرابي فلها أخبار يقول ذكرها وشرحها وتحكي القبط في أمور الروحانيين الغالبين على الأهرام والبرابي فذكروا أن روحاني الهرم الجنوبي في صورة أمرأة عريانة مكشوفة الفرج حسناء لها ذؤوبتان فإذا أرادت أن تستهوي الإنسان ضحكت في وجهه واشتلبته إلى نفسها فيدن إليها فتستهوي ويذول عقله ويهيم وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول الهرم في وقت القائلة وعند غروب الشمس وروحاني الهرم الآخر غلام أمرض أصفر عريان له ذؤوبتان وقد رواه أيضا بعض المغرب مرارا يطوف حوله وروحاني الهرم الملون في صورة شيخ نوتي عليه قرطلة وفي يديه مجمر من مجامر الطاص وهو يبخره وكذلك في جميع الأبرونيات وأما بربرة أخميم فمعروف عند أهلها أن روحانيها غلام أسود عريان وروحاني برماس ميرا وهي في صورة شيخ آدم طويل أشيب صغير اللحية وأما بربرة فقد قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء تحمل صبيا أسودا صغيرا وأما بربرة دونانونية فروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان وأما بربرة بوصير فهو في صورة شيخ أبيض عليه زي الرهبان ومعه مصحف يحمله وأما بربرة عند عدن فروحانيته في صورة راء عليه كساء ومعه عصا ولأهرام دحشور روحانيون يراهم من قرب منها من نواحيها على طول الأيام ولكنها قرابين وبخور يظهر بها كنوذها وتؤلف بين الناس وبين الروحانيين الذين بها فأقام سوريد مئة سنة وسبعة سنين وقد كان كهانه وعرفوه الوقت الذي يموت فيه فأوصى إلى ابنه هوجيف وعرفه بمحتاج إليه وأمره أن يدخل جسده الهرم ويجعله في الجرن الذي قد أعده لنفسه ويقشيه بكافور ويجعل معه ما أعد من فاخر المتاع ومن السلاح والآلات فامتسل هوجيت جميع ما أمره به وتملأ أمر الملك بعده ابنه هوجيت الملك فسار سيرة أبيه في العمل والعدل والرقة والرأف بالناس فأحبوه وبنى الهرم الأول من أهرام دحشور وحمل إليه كثيرا من الأموال والجوهر وكان غرضه جمع المال وعمل الكيمياء وأخراج المعادن ودفن كل ما تهيأ له من الكنوز في كل سنة وكانت له قصة مع بعض جواريه فنفاها إلى ناحية الغرب وأمر فبنيت لها هناك مدينة وأمر أن يقام فيها علم ويزبر عليها اسمها وقصتها وأسكن معها كل أمرأة مسنة من أهل بيتها وشج في أيامه رجلا فأمر بقطع أصابعه وسرق سارق مالا لرجل فملك رقه للذي فرق منه وعمل منارات ومصانع وطلصمات وملكهم تسع وتسعين سنة ومات وملك عليهم ابنه مناوس الملك وكان جبارا عظيما وعذابا أليما فأز الناس وسفكت بماء واقتصب النساء واستخرج كنوز بابل وبنى قصورا بزهب وفضة وفجر فيها الأنهار وجعل حبائها من صنوف الجواهر وتمخرق في الهبات على غير ما يجب وأغفل العمارات وأباح أصحابه غصب نساء العم وكان هو يفتض النساء قبل أزواجهم وأطاف به أهل الشر من كل ناحية فأبغضه الناس وكرهوا أيامه وامتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقهم بالنار وصلت رجلا من الجبارين يقال له قرناس من ولد إدريس بن آدم على محاربة الأمم القريبة في الماء فقتل منهم عالما كثيرا وحده وكان أشجع أهل زمانه ثم هلك فاقتم عليه الملك وأمر أن يدفن مع الملوك في الهرم ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما وذبر عليه اسمه وما عمل في وقته من الحروب وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة ومات وجعل في الهرم أجداده في حوض من صوان أبيض مصفح بالزهب والجوهر وجعل معه كثير من ذخائره وأمواله وعجائبه وملك عليهم ابنه أفراوس الملك وكان عالما مخنكا فخالف أباه في فعله وعدل في الناس ورد النساء التي غصبهن أبوه إلى أذواجهن وعمل في وقته قب طولها خمسون زراع وعرضها ميت زراع وركب في جوانبها أطيارا تصفر بأصناف الأصوات المطربة لا تفتر وعمل في وسط المدينة منارا من صفر عليه صورة رأس إنسان من صفر كلما مضت ساعة من الليل والنهار صاح ذلك الرأس فيعلم بصياحه دخول ساعة ويعرف من كل سمعه عدة الساعات وجعل منارا آخر وجعل فيه قبة من صفر مزهب ولطخه بلطوخات فإذا غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نورا فيضيء لها كثيرا من المدينة مش شبها بالنار لا تطفيها الرياح ولا الأمطار فإذا كان النهار قل ضوءها لنور الشمس ويقال إنه أهدى إلى الدرمشير للملك ببابل مدهنة من زبرجد قدر خمسة أشبار وكان استهدى ذلك ليجعلها في بيت القربان ويقال إنها وجدت بعض الطوفان ويقال إنه عمل في الجبل الشرقي صرما عظيما قائما على قاعدة مصبوغا بلطوخ أصفر مموه بالزهب وجهه إلى الشمس يدور معها إلى أن تقرب في الغرب ثم يدور ليلا حتى يحازي الشمس مع الصبح ويقال إن أفروسة كان يطلب الولد في وقته فنكح ثلاثمائة أمرأة ينبغي أن يولد له منهن فلم يكن ذلك ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء والبهائم ووقع الموت لما كان الله عز وجل قدره من هلاك العالم بالطوفان وقيل إن الأسد كثرت في وقته حتى كادت أن تدخل البيوت فاحتالوا لها بالطلصمات المانعة والحيل المضرة بها وكانت تغيب شيئا وتعود رفعوا ذلك إلى الملك وقالوا هذه علامة مكروهة فأمر أن يعمل لها أخاديد وتملأ نارا وجلبوا إليها الأسد بالدخن التي تدزب روحانيتها إليها وألقوها على النيران فاحترقت وبنى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت في الطوفان مع أكثر مدنهم وارتفعت الأمطار عنهم وقل الماء في النيل فأجدبوا وهلكت الزروع بالحر والريح الحارة وغير ذلك فأضر ذلك بهم فاحتالوا لدفع النار بطلصماتهم وكانت تذهب ثم تعود وقيل أن الذي فعل ذلك بهم ساحر من سحرتهم كان مناوس قد غصب أمرأته فأعمل الحيلة قليلا قليلا ثم أفساد طلصماتهم لأن لكل طلصم شيئا يقوي روحانيته وشيئا آخر يفسدها ولهذه العلة دخل بخت نصر الفارس مصر وكانت ممتنعة من جميع الملوك فلما أفسد الساحر طلصماتهم سلط عليهم تلك الأفات وأفسد طلصم التماسيح فهاجت عليهم ومنعتهم الماء وعزبتهم عذابا كثيرا إلى أن فطنوا به من قبل تلاميذه وذلك أن بعد تلاميذه لامه على ما يفعل من المضر بقومه فانتهزه ونفخ في وجهه فأظلم عليه بصره فرفع التلميذ أمره إلى وزير الملك فعرف الوزير الملك بالأمر فأمر الملك بإدخال التلميذ إليه فدخل وعرفه بصورة الحال فأنفذ الملك إلى الساحر جيشا ليأتوه به فلما نظر الساحر إلى القوم مقبلين إليه دخن بدخنة أخشة أبصارهم وارتفعت منها عجاجة صارت نارا مضرمة حالت بينهم وبين الساحر فهالهم أمره وخافوا على أنفسهم منه فرجعوا إلى ملكهم تعرفوه بما جرى فأمر الملك بإحضار جميع السحرة وكان رسم السحر عندهم أن يعاهدوا ملوكهم على أن يكونوا أبدا معهم ولا يخالفوهم ولا يقصدوهم ولا يقصدوهم بمكروه ولا يبغونهم الغوائل فمن فعل ذلك منهم سلب منذلته وما يملكه وكان الملك أن يسفك دمه ودم أهل بيته وكانوا مع الملوك على هذه الحالة وكانوا مع ذلك يوفون تعهدهم ولا ينقضون شيئا من عهدهم فلما اجتمع السحر عند الملك أخبرهم خبر الساحر وكان يقال له أجناس وما فعله من الفساد ونقضه للعهد وقال لهم إن لم تحضروه أهلكت جميعكم فسألوه النظر في الأمر فأخذوا أولادهم ونساءهم رهاء لذلك وأنظرهم فلما خرجوا من عنده تكلموا بينهم وقالوا إنكم تعلمون كثرة علم أجناس وشدة سحره وإنما لنا به طاقة ومناوس الملك هو الذي نقض عهده وتعد عليه وغصبه ومرأته فينبغي لنا أن نخلص أنفسنا منه فأجمعوا أمرهم على أن ينصرفوا إلى الملك واستأزنوه في الذهاب إليه ومداراته وتوبيخه والرفق به حتى يأتوا به الملك بأمان يأخذونه له منه فيجدد العهد بينه وبين الملك ففعلوا ذلك وأجابهم الملك إلى ما سألوه من ذلك ثم مضوا إلى جناس ولطفوا به وقالوا له إنما نجه الحقاق وعظم أمرك وأن بقدرك وكثرة علمك عارفون ولم يكن في قدر الجناية التي جنت عليك قدر ما فعلته من الأضرار بأهل بلدك الذي أنت منهم ولا في الواجب أن تهلك عالما كثيرا من الناس لجناية جناها عليك مناوس ولا يجب على ملكنا وملك اليوم الذي عهده لاذم لنا ولك من فعل أبيه بك وبسواك عقوبة ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح ملك فتهلك مذموما وتمضي غير مفقود فلم يزال به حتى أجابهم إلى ما أرادوا وكتبوا بذلك إلى الملك فكتب له أمانا وجدد له عهدا ورجع إلى ما كان من طاعة الملك وحسن رأيه فيه وردت إليه امرأته فأكرمها وردها إلى قصر الملك وعرفهم أنه لا يرى في دينه أن يلامس أمرأ لمسها الملك على حال من الأحوال لما كانوا يرعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقهم فسر الناس بذلك وعجبوا من عقله وحكمه وصلح الملك والناس وعمل لهم أجناس هذا عجائب وطلثمات كثيرة وملكهم أفراوس أربعة وستين سنة وهلك وليس له ولد ولا أخ فدفن في الهرم وجعلت معه أمواله ودخائره وجوهره والصنائع التي عملت في وقته اجتمع الناس على تمليك رجل من أهل المملكة يقال له أرمافيوس فلما ملك أمر بجميع الناس إليه فلما اجتمعوا بين يديه قال لهم إني أرى من حولكم من الأمم مسارعة إليكم وقائبة على عداوتكم وأنا مانع بلدكم منهم وحامي دياركم ودمائكم وقد تطرقت نواحيكم ويوشك أن تسير إليكم وأنا أريد منعهم بعدوهم وأقصدهم في بلادهم وتحويلكم إياهم فأحتاج إلى معرفة حكمائكم بالأعمال الهائلة والتماثيل العجيبة فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة وقالت حكماء نحن نخرج مع الملك ولنبلغه مخابة فيما يريده من أعدائه ونحن نخدم الجيش مكانه ونبذل أنفسنا دونه فشرع في ذلك وخرج في جيش عظيم وحارب تلك الأمم فنكاهم نكاية شديدة ورجع غانما وخلف في وجوهها جيشا فتألفت تلك الأمم على ذلك الجيش من كل جانب فهزمنه ورجع أصحابه مغلوبين فغازه ذلك وقد كان إصابته عل في سفره من تغير الأهوية وتبديل الماء فأنفذ ابن عم له يقال له فرعون بن ميسون وكان أحد الجبابرة الذين لا يطاقون وهو أول فرعون تسمى بهذا الاسم وتسمى به بعده من تشبه به وقال أصحاب التاريخ من أهل مصر إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد بن دمأ العماليقي يقال له فرعون كان قد هرب من مولاه لما رجع من طلب النيل وبنى المدينة التي يقال لها مدينة العقاب وتحصن بها فقيل له فرعون وسنسكر خبره في موضعه فأنفذ الملك ابن عمه فرعون في جيش عظيم فأجل تلك الأمم ونفاها إلى أطراف البحر وكر راجعا ومعه رؤوس كثيرة وخلق كثير أسارة فأمر الملك بنصب الرؤوس حول المدينة وقتل من صلح للقتل وكان فيهم كاهن منهم فأمر أن ينشر بمنشار وهو أول من فعل ذلك وأعظم الملك ابن عمه فرعون وأكرمه وألبسه حللا منظومة بالجوهر وأمر أن يطاف به ويذكر فضله ثم أنزله في بعض قصوره وأن أمرأة من نساء الملك عزيزة عليه عشقت فرعون فأرسلت إليه تدعوه إلى نفسها فامتنع عن ذلك خوفا من الملك ولأن التخطي كان عندهم إلى نساء الملك عظيما فلما طال عليها شوقها إليه أحضرت أمرأة ساحرة من نساء الكهنة ولطفتها حتى آنست بها فذكرت أمر فرعان وما تجده من سببه وامتناعه عليها فضمنت لها بلوغ محبتها منه فسحرته بدخن كان عندها عملته له حتى اهتاج إليها وقدم على ودها وسهل عليه ما صعب من أمره ودست إليه فأجابها واجتمع بها وتمكن حب كل واحد منهما من صاحبه ودام الأمر بينهما وتمادى الأنس إلى أن ذكرته أمر الملك وأنها لا تأمن أن يصل خبرهما به فيهلكما وقالت له أعمل الحيلة في قتلك وأنت ابن عمه فيكون لك الملك من بعده وتأمن على أنفسنا فلشدة حبه لها استحسن ذلك واستدع بسم فدفعه إليها فدسته في شراب الملك فمات لوقته ودفن في الهرم مع الملوك وجلس فرعان الملك على سرير الملك ولبس التاج ولم ينازعه أحد وفرح الناس بمكانه لما كان عليه من الشدة والجرأة وأن فرعان علف الأرض وتجبر وهو الذي كان الطوفان في وقته وغضب الناس وغصب الناس عموالهم وعمل في طريق الظلم ما لم يعمله أحد وأسرف في القتل وامتسل أصحابه فعله فهابته الملوك وأقر له وهو الذي كتب إلى الدرمشيل بن يمحول ملك بابل يشير عليه بقتل نوح عليه السلام وذلك أن الدرمشيل كتب إلى الآفاق يستعلم أهلها هل يعرفون آلهة غير الأصنام ويذكر قصة نوح عليه السلام وأنه يريد تغيير ما هم عليه من عبادة الأصنام ويزعم أن له إلها غيرها لا يرى فكل أنكر ذلك ولما أخذ نوح عليه السلام في عمل السفينة كتب فرعان بأمره بقتل نوح وحرقها فأشار عليه بعض وزرائه ألا يفعل وأن يدعها فإن كان ما ذكره نوح حقا ركبها الملك وأهل بيته فقبل رأيه وتركها وهم بقتل نوح فمنعه الله منه وكان عند أهل مصر علم الطوفان ولم يقدروا كثرته ولا طول مقامه على وجه الأرض فاتخذوا السرواديب تحت الأرض وصفحوها بالزجاج وحبسوا الريحة فيها بتدبيرهم واتخذ الملك فيلمون رأس الكهنة مع نفسه عدة له ولأهل بيته وقد كان فرعان أقصى الكهان وباعدهم فرأ فيلمون الكاهن ليلة في منامه كأن مدينة أمسوس قد انقلبت بأهلها وكأن الأصنام قد انقلبت على وجوهها وكأن ناسا من السماء ينزلون معهم مقامع يضربون بها الناس وكأنه تعلق بأحدهم وقال لهم لأي شيء تفعلون بالناس ولا ترحمونهم قال لأنهم كفروا بإلههم الذي خلقهم قال أما لهم خلاص قال نعم من أراد الخلاص فعليه بصاحب السفينة فانتبه مرعوبا وقام حيرانا لا يدر ما يصنع وكان لهم رأة وولدان الذكر وأنسة وسبع التلاميذ فأجمع على أن يلحق بنوح عليه السلام ثم نام أيضا فرع في نومه كأنه في روضة خضراء وكأن فيها طيورا بيضاء يفوح منها رياح المسك وكأنه كان يعجب من حسنها استكلم بعض الطيور فقال سيروا بنا لعلنا ننجو مع المؤمنين فقال له ومن هم المؤمنون قال أصحاب السفينة فانتبه مرعوبا وأخبر أهله وتلاميزه بذلك واستكتمهم إياه ثم نظر في تخفيف أثقاله وفي بيع ما يجب بيعه مستترا بذلك كله فلما فرغ مما أراد دخل على الملك وقال له إن رأى الملك أن ينفدني إلى الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفينة وأناظره وأجادله على ما جاء به من هذا الدين الذي يظهره وأتبين حقيقة أمره فليفعل فعسى أن يكون سبب هلاكه ودفعه عما يدعي فأعجب الملك منه وأمره بالخروج وكتب معه إلى الدرمشيل فسار فيلمون بأهله وولده ومضى معه تلاميذه حتى انتهوا إلى أرض بابل فقصد نوحا فأخبره بما قصده وسأله أن يشرح له دينه ففعل نوح عليه السلام فآمن به فيلمون ومن معه ولم يقصد فيلمون إلى الدرمشيل ولم يدافع إليه كتاب فرعان ولا رأاه فقال نوح عليه السلام من أراد الله به خيرا لم يصرف عنه ذلك فلم يزل الكاهن مع نوح عليه السلام يخدمه هو وتلاميذه وولده إلى أن ركبوا السفينة وأقام فرعون الملك متمكنا في ضلاله وظلمه مدمنا على لهوه وقد استخف بالهياكل فضاقت أرضهم بها وكثر الظلم والهرج وفسدت الزروع وأجدبت الأرض من كل ناحية وظلم الناس بعضهم بعضا ولم ينكر ذلك عليهم وسدت الهياكل والبرابي وطبقت أبوابها فجاءهم الطوفان وأقبل عليهم المطر في أربعة وعشرين من الشهر وكان فرعان سكرانا فلم يقم إلا والماء قد عظم فوسب مبادرا يريد الهرم فتخلخلت الأرض به وسبق يريد الأبواب فخانته فخانته رجلاه وسقط على وجهه وجعل يخور كما يخور الثور إلى أن أهلكه الطوفان ومن دخل منهم الأسراب مات بغمها ولحق الماء من أعلى الأهرام إلى حد التربيع وأثره ظاهر عليه إلى الآن وقد ذكر أن مواضع سلمة من الطوفان يذكر ذلك الفرس وتزعم أنها لا تعرف الطوفان وكذلك الهند تزعم أنها لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ اختلاف في عموم الطوفان لجميع الأرض فقر بعنوان ذكر ملوك مصر بعد الطوفان أجمع أهل مصر أن أول من ملك مصر بعض الطوفان مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبقت له من جده والسبب في ذلك أن فيلمون الكاهن سأل نوحا أن يخلطه بأهله وولده وقال له يا نبي الله أني تركت أهلي وولدي فاجعل لي رفقة أذكر بها بعد موتي فذوج عليه السلام مصرايم بن بيصر بن حام بنت فيلمون فولدت له ولدا فسماه فيلمون باسم جده فلما راد نوح عليه السلام قسمة الأرض بين بنيه قال له فيلمون ابعث معي يا نبي الله ابني حتى أمضي به إلى بلدي وأظهره على كنوزه وأوقفه على علومه وأفهمه رموزها فبعثه مع جماعة من أهل بيته وكان غلاما مراهقا فلما قرب من مصر بن له عرشا من أقصان الشجر وستره بحشيش ثم بن له بعد ذلك مدينة في الموضع بنفسه وسماها درمان أي باب الجنة وزرعوا وغرسوا الأشجار وكان بين الدرمان إلى البحر زروع وأجنة وعمارة وكان القوم الذين كانوا مع مصرايم جوابرة فقطعوا الصخور وبنوا المصانع والمعالم وأقاموا في أرغد عيش ونكح مصرايم بنتا من بنات الكهنة فولدت له ولدا فسماه قبطيما وتزوج بعد تسعين سنة من عمره امرأة أخرى فولدت له أربعة نفر يقطاويم وأشمون وأبرايت وصابي فكثروا وعمروا الأرض وبورك لهم فيها وقيل أن عدد من كان مع مصرايم ثلاثون رجلا من الجبابرة فبنوا مدينة سموها ناقة بلغتهم معناها ثلاثون وهي مدينة منف وكشف فيلمون الكاهن لمصرايم عن كنوز مصر وعلمه قراءة خط البرابي وما زبرا على الحجارة وعرض عليهم معادن الزهب والفيروز والزبرجد وغير ذلك ووصف لهم عمل الصنعة فجعل الملك أمرها إلى رجل يقال له لسنتاص سقة من أهل بيته فكان يعملها في الجبل الشرقي فسمي الجبل به المقطم وعلمهم أيضا علم عمل الطلسمات وكانت تخرج من البحر دواب وتفسد زروعهم وما قارب البحر من جهاتهم فعملوا لها الطلاصم فغابت ولم تظهر بعد وبنوا على غير البحر مدنا منها رقودة بمكانة الإسكندرية وجعلوا وسطها قبة من نحاس مزهب والقبة مزهبة ونصبوا فوقها مرآة معمولة من أخلاط شتى قطرها خمسة أشبار وكان ارتفاع القبة من الأرض خمسمائة زراء فكانوا إذا قصدهم بأذاهم من البحر عملوا لتلك المرآة عملا فألقت شعاعها إلى ذلك القاصد ومراكبه فأحرقتهم أجمعين ولم تزل على حالها حتى غالب عليها البحر فهدمها ويقال أن منارت الإسكندرية إنما عملت عملت تشبها بها وقد كانت أيضا عليها مرآة يرى فيها من يقصدها من بلاد الروم فاحتال عليها بعض الملوك فوجهوا إليها من أزالها وكانت من زجاجة مدبرة ولما حضرت مصرايم الوفاة عهد إلى ابنه وقد كان قسم الأرض مصريين أرض مصر بين بنيه فجعل من فقط إلى أسوان لبقطيم وجعل لأشمون من أسوان إلى منف والإبريت الحوف كله والإصابي ناحية البحر إلى قرب برقة والغرب فهو صاحب أفريقيا وولده لأفارق وأمر كل واحد من بنيه أن يبني مدينة لنفسه في موضعه وأمرهم عند موته أن يحفروا في الأرض سربا ويفرشوه بالمرمر ويدفنوه فيه ويدفنوا معه جميع ما في خزائنه من الزهب والفضة والجوهر ويزبروا على ذلك أسماء الله العظام المانع من الحوادث فحفروا له سربا طولا 150 زراء وجعلوا في وسطه مجلسا مصفحا بصفائح الزهب وجعلوا للمجلس أربعة أبواب من كل باب تمثال من زهب عليه تاج مرصع بالجواهر جالس على كرسي من زهب قدامه آنية زبرجد ونقشوا في صدر كل تمثال آيات مانعة وأجلسوا جسده في مجلس زبرجد أخضر وزبروا عليه مات مصرايم بن بيصر بن حام بعد سبعمائة سنة مضت لأيام الطوفان مات ولم يعبد الأصنام فصار إلى حيث هو لا يوم هرم ولا سقم ولا حزم وجعل جسده وماله في هذا السرب وحصنه بأسماء الله العظام وبما لا يصل إليه بعده إلا ملك له من حدوده سبعة ملوك يأتي في آخر الزمان يدين للملك الديان ويؤمن بالمبعوث بالقرآن الداعي إلى الإيمان في عواقب الأزمان وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزبرجد المخروط وألف تمثال من الجوهر النفيس وألف برنية زهب مملوء درائق سمًا وألف آنية مملوء بالصنع الإلهي والعقاقير السرية وجعلوا مع ذلك تلصمات عجيبة وسبائك زهب مكدس بعضها على بعض وسقفوا ذلك بالصخور العظام وهالوا عليه التراب والرمال حتى سدوا ما بين جبلين متقابلين وجعلوا عليه علامات لا تخفه وولي الملك بعده ابنه قبطيم الملك ويقال أن القبط منسوبون إليه وهو أول من عمل العجائب وأثار المعادن وشق الأنهار ويقال أنه لحق البلبلة وخرج منها بهذا اللسان القبطي وعمل ما لم يعمله أبوه من العمارات ونصب الأعلام والمنارات والعجائب والطلسمات وملكهم قبطين ثمانين سنة وهلك فاقتم عليه بنوه وأهله ودفن في سرب تحت الجبل الكبير الداخل وصفح بالمرمر الملون وجعل فيه منافس دريح فهي تتخرق فيه بدويا عظيم هائل وجعل فيه كروس نحاس مطلية بأدوية تضيء أبدا كأنها سرج لا تطفأ ولطخوا جسده بالمرمر والكافور والمومياء وجعلوه في جر من زهب وسياب منسوجة بالمرجان والدر وكشفوا عن وجهه في جرنه تحت قبة على عمد من مرمر ملون وفي وسط القبة جوهر معلقة نير كالسراج وبين كل عمودين تمسال في يده إعجوبة وجعل تحت الجرن توابيط حجارة مملوء جوهرا وزهبا وغير ذلك من التماسير والصنع وحول ذلك مصاحف الحكمة وسدوا عليه وزبروا عليه كما زبروا على تابوت أبيه وتولى الأمر بعده ابنه فقطويم الملك وكان أكبر ولد أبيه وكان جبار عظيم الخلق وهو الذي وضع أسرار الأهرام بالدهشور وغيرها ليعمل ما عمله الأولون وهو الذي بنى مدينة زرندة وهلكت عاد بالريح في آخر أيامه وأثار من المعادن ما لم يثره أحد وكان يجد الزهب على قدر الروحة والذبرجة مثل الأسطوانة وغرس الأسارح في صحراء الغرب مثل النخلة وعمل من العجائب كثيرا وعمل منارا عاليا في جبل قفط يرى منه البحر الشرقي ووجد هناك معادن زئبق فعمل منه بركة عظيمة فقيل أنها هناك إلى اليوم وفي زمانه آسار إبليس وأعوانه الأصنام التي كانت طوفان أغرقها وزينوا أمرها وعبادتها ويقال أن قفطويما بنى المدائم الداخلة وعمل فيها عجائبا ومنها الماء الملفوف القائم كالعمود ولا ينحل ولا يزوب ويسمى فلطيس وصيادة الطير إذا نصبها ومر عليها الطير سقط فيها ولم يقدر أن يبرح منها حتى يأخذ وعمل بها أيضا عمودا من نحاس عليه صورة طائر فإذا قرب الوحش والأسد والحيات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيرا عاليا فترجع تلك الدواب هاربة وكان للمدينة أربعة أبواب جعل لها أربعة أصنام على كل باب صنم من نحاس لا يعبر غريب إلا ألقي عليه النوم والسبات فينام عند الباب فلا يبرح نائما حتى يأتيه أهل تلك المدينة فينفخ في وجهه فيقوم فإن لم يفعل ذلك لم يزل نائما حتى يهلك وعمل منارا لطيفا من زجاج ملون على قاعدة من نحاس وعلى رأس المنارة صورة صنم من زجاج كبيرة وفي يده كالقوس وكأنه يرمي به فإن عاينه غريبا وقف في موضعه ولم يبرح حتى يجيئه أهل المدينة وكان ذلك الصنم يتوجه من ذات نفسه إلى مهب الرياح الأربع وقيل أن هذا الصنم على حاله إلى اليوم وأن الناس تحاموا تلك المدينة على ما فيها من الكنوز والعجائب الظاهرة خوفا من ذلك الصنم فإذا وقع عين إنسان عليه لا يزال نائما حتى يهلك وقد كان بعض الملوك عدم على قلعه بما أمكنه فهلك في ذلك خلق كثير ولم يقدر عليه وقيل أنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة يرى الإنسان فيها جميع ما يسأل عنه وعمل من خلف الجبل وبين الوحات الداخلة مدنا وعمل فيها عجائب كثيرة ووكل بها الروحانيين الذين يمنعون منها فلا يستطيع أهد أن يدنوا منها ولا يدخلها حتى يعمل عقدا بين أولئك الروحانيين فيصل حين إز إليها ويأخذ من كنوزها ماء حب من غير مشقة ولا ضرار فأقام قفطويم ملكا أربعمائة سنة وأكثر العجائب إنما عملت في وقته ووقت أبيه وأبر قفطويم فعمل له ناووس في الجبل الغربي قريب من المدينة مدينة العمد وقد كان عمر لنفسه قبة قبل موته في سرب تحت الأرض معقود على أزج تحت الأرض على هيئة الدار في سعة كثيرة وعمل حول دورها خزاء واسعة منقورة في الجبل أيضا وجعل في سقوفها مسارب للريح وبلطت مع السرب وجميع الدار بالمرمر وجعل في وسط الدار مجلسا على سمانية أركان ومصفحا بالزجاج الملون المسبوك وجعل في سقفه جواهر وحجارة تسرج وفي كل ركن من أركان المجلس تمثال زهب بيده كالبرق الذي يبرق وعمل في وسط المجلس بركة مصفحة بالزهب وعمل لها حواشي وزورجد وفرش حرير وجعل على جسده بعد اللطخ بالأدوية المجففة وجعل حواليه ألف آنية من كافور وأزدلت عليه سياب منسوج بالزهب ووجهه مكشوف وعلى رأسه تاج مكلل وعن جوانب البركة أربعة تماثيل من زجاج مسبوك في صورة النساء وفي ألوانهن وبأيديهن كالمراوح من زهب وعلى صدره من فوق السياب سيف فاخر من أفخر الحديد قائمة من زبرجد وجعل في تلك الخزائن من الزخائر وسبائك الزهب والتيجان والجواهر وأواني الحكم وأصناف العقاقير ومن الطلسمات العجيبة والمصاحف الحاوية لجميع العلوم ما لا يحصى قدره لكثرة وجعل على باب المجلس صورة ديك من الذهب على قاعدة من زجاج أخضر وهو نشر الجناحين مزبور عليه آيات عظام مانعة وجعل على كل مدخل أربعة أذج صورتين من نحاس مشوهتين بعيديهما سيفان كالبرق وبين أيديهما بلاطة تحتها لولب لابد من وطئها وإذا أراد أن يدنوا منها فإذا وطأها ضرباه بسيفيهما فقتله وفي كل أذج كوة فيها لطوخ مدبرة تسرج وتضيء طول الزمان وسدت أبواب الأذج بالأساطين المرصعة ورصوا على السقف البلاطات العزام وردموا فوقها الرمال وزبروا على باب الأذج الأول في حجر عظيم هذا المدخل إلى جسد الملك العظيم المهيب الكريم قط طويم زي الأيد والقوة والفخر والغلبة والقهر حل هذا الموضع بجسده وبقي ذكره وعلمه فلا يوصل إليه ولا يقدر عليه بحيلة إلا بعد مدد ودورات تنضي من السنين وملق بعده ابنه البوتشير الملك فتجبر وتكبر وعمل بالسحر واحتجب عن العيون وقد كان أعمامه صابي وأبريت ملوكا على مواضيعهم إلا أنه كان أكبرهم سنا فلذلك أذعنوا له فيقال إنه أرسل إلى هرموس المصري فبعثه إلى جبل القمر الذي يخرج النيل من تحته حتى عمل له هناك هيكرا للتماثيل من النحوص وعمل البطيحة التي ينصب عليها ماء النيل ويقال أنه هو الذي عدل جانبي النيل وقد كان يفيد في بعض مواضع وربما انقطع في مواضع وأمره البوتشير أن يسير مغربا لينظر ما هناك فوقع إلى أرض واسعة متحرقة بالمياه والعيون كثيرة كثيرة العشب فبنى بها منابر ومنتزهات وأقام بها وحول البوتشير جماعة من أهل بيته فعمروا تلك النواحي وبنوا فيها حتى صارت أرضا عامرة كلها وأقاموا بذلك مدة كبيرة وخالطهم البربر ونكح واضهم في بعض ثم أنهم تحاسدوا وتباغوا وكان بينهم حروب أفنتهم فحينئذ خرب البلد وباد أهله إلا بقية منازل تسمى الواحوت ويقال أنه عمل في وقته كثيرا من العجائب فمنها قبة لها أربعة أركان في كل واحد منها كوة يخرج منها دخان ملتف في ألوان شتى وفي يوم معلوم من السنة من أول سنتهم فإذا خرج الدخان أخضر فإذا خرج الدخان أخضر دل على العمارة والخصب وحسن الزرع وصلاح النبات وإن خرج الدخان أبيض دل على الجذب وقلة الخيرات وإن خرج أحمر دل على الدماء والحروب وقصد الأعداء وإن كان أسود دل على كسرة الأمطار والسيول وفساد بعض الأرض بذلك وإن كان أصفر دل على النيران وعلى آفات تحدث في الفلك وما كان منه يخرج مختلط اللون دل على مظالم الناس وفساد بعضهم لبعض وأهمال ملوكهم الأمور وأشياء تدل على هذا الضرف وكانت هذه القبة على منارة أقامت زمانا من ملكه ثم هدمها ومما عمل له أيضا بالغرب في الصحراء التي تقرب منه وكانت الوحوش قد كثرت عليهم وأفسدت زرعهم وكذلك خنازير الماء فعمل شجرة من نحاس أقامها في موضع فما وصل إليها من الوحش لم يستطع الحركة ولا البراح من عندها حتى يؤخذ قبضا فيقتل فاتسع الناس في لحوم تلك الوحوش فوجه بعض الملوك المجاورين لمصر عن احتيال لتلك الشجرة فقلعها واحتملها ليضعها في بلده فيعمل له مسلها فلما قلعت من موضعها بطل عملها فلم ينتفع بها لأنهم كانوا يعملون ما يعلمونه من ذلك بطالع يأخذونه فلا يزال مستقيما إلى أن يغير مكانه وينقل عنه ومما عمل في وقته أن غرابا نقر عين صبي من أولاد الكهنة فقلعها فعمل أبوه شجرة من نحاس عليها غراب في منقاره حي بادية الطرفين وهو ناشر الجناحين وكتب على ظهره كتابا فكان الغربان يقان على تلك الشجرة حتى يمت أو يأخذن فيقتن فهلك كثير منها وانتفع إلى الشام غيرها من النواحي ولم يزال الأمر كذلك إلى أن صار لبعض ملوكهم داء لم يكن له دواء إلا أن يطبخ له غراب فيأكل من لحمه ويشرب مرقه فطلب له غراب فلم يكن في وجوده حيلة فوجه إلى ناحية الشام من يأتيه بغراب فأبطأ وزادت علته فاغطاص وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرجعت الغربان فأخذ منها الملك ما يعالج به فلم يعد رسوله من ناحية الشام حتى خرج الملك من علته ومما عمل في وقته وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الغرب حتى ربما طمت زروعهم فعمل لذلك صنم من صغان أسود على قاعدة منه وفي يده كالقفة فيها مسحات ونقش على جبهته وصدره وزراعيه وساقيه كتابات ووجهه إلى الغرب وجعل هناك فانكشفت تلك الرمال وزحفت بها الرياح إلى ورائها لتلك الآكام العالية في صخراء المغرب فلم يزل الرمل يندفع عنهم إلى ما وراء ذلك الصنم حتى صار بحيث لا يؤذيهم منه شيء ولا يضرهم فأقام البوتشير مدة ثم احتجب عن الناس وكان يتجلى لهم في صورة وجه عظيم يكون ذلك في النادر وربما خاطبهم من حيث لا يرونه وصيروا وهم في طاعته مدة طويلة إلى أن رآه عديم ابنه وهو يأمره بالجلوس مكانه على سريره فجلس فتولى الأمر بعده وجلس على سرير ملكه ابنه عديم الملك وكان جبارا لا يطاق عظيم الخلق فأمر بقطع الصخور ونحتها ليبني هرما كما فعل الأولون وكان في وقته الملكين الذين أهبطا من السماء ويقال أن عديم استذكر من علمه ما ثم انتقلا إلى بابل وأهل مصر والقبط يقولون أن هذين شيطانان يقال لهما مهلا ومهالا وأن الملكين ببابل في بئر هناك يخشاها كثير من السحر إلى أن تقوم الساعة ومن ذلك الوقت عبدت الأصنام واتخذت الأوسان وقال قوم كانت الشياطين تظهر قتنصبها لهم وقال قوم بل النمرود الأول أمر بنصبها وعبادتها وعديم الملك أول من صلب وذلك أن أمرأة زنت برجل من أهل الصناعات وكان لها زوج فأمر بصلبهما على منابر وجعل ظهر كل واحد منهما إلى ظهر صاحبه وزبر على المنابر اسميهما وما فعلاه وتاريخ الوقت الذي عمل ذلك فيه فانتهى الناس عن الزنة وبنى أربعة مدائن وأودعها كثير من صنوف العجائب والطلسمات وغير ذلك وكنز فيها كنوزا كثيرة وعمل في البحر الشرقي منارا وأقام على رأسه صنما موجها إلى الشرق باصط اليدين يمنع جميع دواب البحر والرمال أن تتجاوز حده وزبر على صدره تاريخ الوقت الذي نصب فيه ويقال أن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا ولولا هذا المنار لغلب الماء المالع على أرض مصر من البحر الشرقي وعمل قنطرة على النيل في أرض النوبة ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربعة جهات في يد كل صنم منها سيف يضرب به إذا أتآت من تلك الجهة فأقامت على حالها مدة إلى أن تهدمت وهو الذي عمل البربرة وهي هناك إلى اليوم ويقال أنه عمل في إحدى المدائن الأربع التي ذكرناها حوضا من صوان أسود على ماء لا ينقص مدى الدهر ولا يتغير بما اشترب إليهم الرطوبة الهواء والماء وعمل فيه حيلا عجيبة وكان أهل تلك الناحية وأهل تلك المدينة يشربون وينفقون منه ولا ينقص ماءه وعمل ذلك لهم لبعدهم على النيل وقربهم من البحر المالح وذكر بعض كهنة مصر أن ذلك إنما لقربهم من البحر المالح لأن الشمس فيما ذكره يرتفع نحوها بخار البحر وعزوبة ما فيه فحبس هو من بالبحار جزءا بالهندسة بالطلسمات السحرية وجعله ينخط في ذلك الحوض ويمده الهواء برطوبته فلا ينقص مائه على الدهر ولو شرب منه العالم وقد عمل أمام البربرة حوضا لطيفا مدورا وجعله على قاعدة وملائه ماء وحبس عليه جزءا من البخار الرطب فالخلق يشربون منه ولا ينقص وهو هناك إلى هذا الوقت وعمل أيضا قدحا لطيفا على مثل العمد وأهدا حوال الملك إلى الإسكندر اليوناني وملكهم مائة سنة وأربعين سنة ومات وهو ابن تسعمائة سنين وسلاسين سنة وقيل إنه دفن في إحدى المدن زوات العجائب في أزج من رخام ملو مبطن بزجاج أصفر وطلي جسمه بما يمسكه وجعل حوله كثير من زخائره وذلك في وسط المدينة وهي محروسة بمن يمنع منها من الروحانيين وذكر بعض أهل القبط أن ناووس عديم عمل له في صحراء قفط على وجه الأرض وهو قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على سمانية أزواج من صنفها وعلى رأسها كرة من زهب عليها طائر من زهب ناشر الجناحين موشح بجواهر تمنع من الدخول وفي قطرها مئة زراع في مثلها وجعل جسده في وسطها على سرير من زهب مشبق بجوهر عقيق وعليه سياب منسوجة بالزهب مكشوفة الوجه والآذاج مفتوحة طول كل أذج منها سمانية أزرع وارتفاع القب أربعون زرع يلقي نورها على ما خولها من الأرض لصفاء لونها وبريقها وجعل معه في القبة مائة وسبعون مصحفا من مصاحف الحكمة وسبع موائد عليها أوانيها منها منها مائدة من زهب عليمون أحمر يخطف الأبصار وهو الذي يعمل منه تجان الملوك أوانيها منها ومائدة من حجر الشمس المضيء وأوانيها منها ومائدة من الزبرجد الأخضر الذي يخطف لونه البصر وله شعاع أصفر وهو الذي إذا نظرت إليه الأفاعي سالت عيونها وآنيتها منها ومنها مائدة من كبريت أحمر مدبر على ما ذكروه من تدبيرهم في مصاحف كتبهم وأوانيها منها ومنها مائدة من ملح أبيض براق صافي يكاد لونها يخشي البصر وأوانيها منها ومنها مائدة من زئبق معقود حافته وقوائمها زئبق أصفر معقود وأوانيها عليها من زئبق أحمر معقود وجعل معه في القبة جواهر كثيرة وبراني بلور مملوء بغرائب مدبرة وجعل حوله سبعة أسياف صعاقية وكهانية وأتراس حديد مدبر أبيض وجعل معه تماثيل أفراس سبعة من زهب عليها اللجم وسروج من زهب وسبعة توابيط من صوان أسود مملوء من الدنانير التي كان ضربها وصور عليها صورته وجعل معه من أصناف العقيق والسموم والأدوية المدبرة في أواني الحنتم والحجارة على ضروبها شيء كثير وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى إليها مع جماعة وأقاموا عليها أياما فما قدروا على دخولها وأنهم إذا وصلوا إليها على سمانية أزرع دارت القبة عن أيمانهم وعن شمائلهم وقد رأوا ما فيها ومتى دنوا منها دارت إلى جانب آخر ومن عجائب شأنها أنهم كانوا يحاذوها من كل أذج ويتأملونها أزجا أزجا فلا يرون من أذج إلا ما يرون من أزجا آخر على شكل واحد ومعنى واحد وذكروا أنهم رأوا وجه على قدر الزراع والنصف ولحيته كبير مكشوفة وقد رأوا بدنه بطول عشرة أزرع وزيادة وذكروا أنهم رأوا فيها عجائب كثيرة وصنوفا من الوحش لم يرمس لها وفي كتاب القبط أنه لا يوصل إليها إلا أن يزبح لها ديكن أبيض أفرق ويبخر بريشه على بعد وترسل البخور مع الريح على بعد حتى يصل إليها ويكون بالكواكب النيرة على ما كانت عليه وقت نصفها ويكون زحل والمشتري والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارت في برج ويتكلم عليها بصلاة الكهنة سبع مرات فإذا وصل إليها لطخ حائطها بدم الديك الذي زبح ويأخذ عنها عند دخولها من المال والتماثيل مستحسن ولا يكثر فيها من الجلوس وذكر أن هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الناحية وأنما خرجوا يطلبون غيرها وأنهم سألوا أهلها فقط عنها فما وجدوا أحدا يعرفها ولا رآها غير شيخ منهم فأنه ذكر أن أبن الله خرج في بعض الأمور ومعه جمد وأنه رآها ولم يصل إليها فبحث عن أمرها فعرف أن قوما من أهل المشرق جاءوا في طلب هذه القبة وأنهم أقاموا بقفط أياما وخرجوا يريدونها فما رجع منهم أحد ولا عرف لهم خبر وكان عديم الملك قد أوصى أبنه قبل موته أن يطوف ماشيا على أعمال بلاده وأن ينصب في كل جزء من أجزاء عمومته منارا ويزبر عليه اسمه ويعمل له علامات وملاعب وعمل في صحرائها منارا وعمل عليها صنما زى رأسين مفترقين وسار إلى جزء إربت فبن به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على أعلاها صنما صغيرا من زهب وعمل هيكلا للكواكب وكان أبوه البوتشير أول من أقام للكواكب هيكلا فتبعه ابنه على ذلك ومضى إلى جزء صابي فعمل به منارة على رأسها امرأة من أخلاط ترى الناظر إليها جميع الأقالم ثم رجع إلى أبيه فولاه الملك بعده وعهد إليه بما أراد ووصاه ثم مات أبوه فلما أودعه الناقوس وفرغ منه جلس على سرير الملك وهو الذي بنى الأعلام بالدهشور بالأحجار التي قطعت في زمان أبيه وقال الذين ينكرون أن العادية دخلت مصر إنما غلط الناس في اسم شدات فقالوا شداد بن عاد لكثرة ما يجري على ألسنتهم شدات وقلة ما يجري شدات وما قدر أحد قط من الملوك أن يدخل مصر إلا عبد لبخت نصر بما قدمه من الحيل في إفساد طلصماتها وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيجات التي يسكر فيها الملوك ويقال إنه وجد في بعض رموزهم ومصاحف كهانهم أن الملك بوتشير بن قفطويم لما أجهد نفسه في عبادة الأنوار العلوية وعرف أن روحانيتها قد صارت فيه حبب إليها نفسه وجوعها واستغنى جسده عن الطعام والشراب فلما أدمن ذلك اشتاقه الأنوار العلوية واشتاقها فرفعته إلى مواضعها وبرأته من شرور الأرض المؤلمة وجعلته نورا سابحا داخلا في نورها يتصرف بتصرفها فطوب له من كاهن عرفت له كهانته وأكرم بها وصبر مالكا فسبيل من بعده أن يبلغ خفطته ويجعل بمسابته وهذا الكلام شبيبه تضليل للناس لأنهم كانوا يتعبدون للكواكب فيقولون مثل هذا ترغيبا في دينهم وقد قالوا أيضا أنهم على توحيد الله وأن متحهم لهذه الوسائط المدبرات لا يضر خالقها وأنهم يعظمونها تقربا إليه كما قالت الهند والعرب وكثير من الأمم وعمل شدات هيكل أرمنت وأقام فيه أصناما للكواكب من زهب وفضة وحديد أبيض ورصاص مصفة وزئبق معقود وهذه الأجساد المعدنية في طباع الكواكب وقسمتها فلما فرغ منه زين بأحسن الزينة ونقش بأحسن النقوش وأمر في الزين فزين بالجواهر الملونة والزجاج الملون وكوسيا بالوشي والديباج ولم يترخ شيئا من الغريب اللي عمله فيه وكذلك عمل في المدن الداخلة من جزء صابي هيكل مثله والقبة التي عملها بجزء برايت وعمل هيكل بشرق الإسكندرية وعمل لزحل صنما من صغان أسود على عبر النيل من الجانب الغربي وبنى شدات في الجانب الشرقي مدائن وجعل في إحداهما صورة صنم قائم له أحليل ظاهر إذا أتاه المعقود والمسحور والعنين الذي لا ينتشر إحليله بكلتا يديه زال عنه ذلك وانتشر وقوي على المياه وعمل في إحداها بقرة لها ضرعون كبيرون إذا مسحتهما المرأة التي نقص لبنها وتعقد ضرعها در وصلح وفي أيامه بنيت العالية بناها لابن له كان صخط على أمه فحولها إليها وإسكنها قوما من أهل الحكمة ومن أهل الصناعات وقيل أن صفط بنيت في أيامه والصورتين اللتين بها الملتصقتان للمهل وكانت الحبشة والسودان عانوا في بعض بلده فأخرج ابنه من قاوس في جيش عظيم إليهم فقتل منهم وسبأ وكان من سباه استعبده فصار ذلك سنة فيهم واقتطع معدن الزهب وأقام فيه من سباه منهم يعملون الذهب ويحملونه إليه وألزم المقام معهم من يحرسهم من جيشه وهو أول من أحب الصيد واتخذ الجوارح وولد الكلابس لليقي من الزئاب والكلاب الأهلية وعمل البيطرة وجميع ما يعالج به الدواب وعمل من العجائب والطلاصم لكل شيء ما لا يحصى كثره وجمع التماسيع في بركة في نحية أسيوط بطلصم لها وكانت تنصب إليها من النيل أنصبابا فيقتلها ويستعمل جميع جلودها في السفن وغيرها ويدخل لحومها وشحومها في الأغزية ومؤلفات العقاقير والقبض تحكي أنه عمل بمصر إسنتين عشرة أعجوبة وطلصما ولم يعمل في بلد ما عمل فيها ولا تهيأ ذلك له وقد بقيت آثار أكثرها قائمة بعد خرابها وأفساد معالمها وأقام شدات بن عديم تسعين سنة ملكا وخرج وخرج فطرد صيدا فأكب به فرسه في هوى فقتله في بعض كتبهم أنه أخذ بعض خدمه وقد خالفه في أمر من الأمور فألقاه من أعلى الجبل إلى أسفله فتقطع ثم ندم على ذلك من فعله ورأى أنه سيصيبه مثل ذلك وكان يتوقع أن يصعد جبلا وأوصى أن أصابه شيء أن يجعل ناوسه في الموضع الذي يلحقه فيه ما يلحقه وأن يزبر عليه ليس ينبغي لذي القذرة يخرج عن الواجب وأن لا يفعل ما لا يجوز له فعله وهذا ناوس شدات بن عديم بن قفطويم الملك عمل ما لا يحل فكوفئ عليه ولما هلك عمل سرب على سفح الجبل عليه قبة على مجلس قد صفح بالفضة وأجلس فيه على سرير ملكه وجعل معه من المال والجواهر والتماثيل وأصناف الحكم والمصاحف شيء كثير ومات وله أربعمائة وأربعون سنة وولي الأمر من بعده ابنه من قاوس الملك فقام مقام أبيه وملكه بحزم وحكمة فأظهر مصاحف الحكمة وأمر بالنظر فيها وأن تنسخ بخط العام ليفهموها ورد الكهنة إلى مراتبهم وهو أول من عمل الحمام من ملوك مصر وكان كثير النكاح وتزوج عدة نسوة من بنات عمه ومن بنات الكهنة وجعل لكل امرأة منهن مكانا قد أصلحه بالبنيان العجيب والصور المونقة والفرش الحسنة والآلات العجيبة وأسكنهن فيها وقال بعض أهل الأسر أنه هو الذي بنى منف لبناته وكن ثلاثين بنتا ورحهن إليها وعمل مدنا غيرها ومصانع وبنى هيكلا لصور الكواكب وأصنامها على سمانية فراسخ من منف وعمل بتلك الناحية طلصمات كثيرة وغرائب أغرب فيها بفضل حكمته على أبيه وجده وعمل للسنة إثنتين عشرة عيدا يعمل في كل عيد من الأعمال ما كان موافقا لبرج الشهر وكان يعظم الناس في تلك الأعياد ويوسع عليهم في أحوالهم وأرزاقهم ورأوا معه من الخير ما لم يروه ما غيره وفتح عليه من المعادن ما لم يفتح لأحد قبله وألزم أصحاب الكيمياء العمل فكانوا لا يفترون ليلا ولا نهارا فاجتمعت عنده أموار عظيمة وجواهر كثيرة والزجاج مسبوك من الأدرك وغيره فأحب كثرها فدع أخا له كان يكرمه ويحبه فقال له لقد كثر ما عملناه من التماسيل وعظم ما أدخرناه من الذهب والجواهر ولست آمن أن يتسامع الملوخ بكثر ذلك فيألفوا على غزونا فاخذ ذلك كله وتوجه به فأمعن في أرض الغرب ثم أنظر مكانا حريزا خفي الأسر فأحرزه فيه وأسس عليه وعلمه بعلامات واكتب صفة المكان وعلاماته ومن أين الطريقة إليه وعد إلي إن شاء الله تعالى فيقول أهل الأسر أنه حمل مع نفسه 12 ألف عجلة منها من الجواهر النفيسة 300 وسائرها زهب بزيز وصفائح مضروبة وطرائف الملوك من آلاتهم وسلاحهم وأوانيهم وسار في الجنوب يوما واحدا ثم سار في الغرب يوما كاملا وبعض آخر فانتهى في اليوم الثالث إلى جبل أسود منيء ليس له مصعد بين جبال مستديرة به فعمل تحت ذلك الجبل أسرابا ومغاير فدفن فيها ما كان معه وردم عليه كما أمره أخوه وعلم وذبر وأتقن ذلك ورجع إلى أخيه فأعلمه فمكث بعد ذلك أربع سنين يبعث في كل سنة عجلا كثيرا فيدفن فيها في أكواخ شتى وهو الذي عمل بيتا فيه تماثيل تنفع من جميع العلم وكتب على رأس كل هيكل تمثال ما يعالج به فانتفع الناس بها زمانا إلى أن أفسدها بعض الملوك بالحكمة وفي هذه المدينة صورة امرأة من حجر مبتسمة لا يراها مهموم إلا تبسم ونسي همه وكان الناس يتناوبون عليها ويطوفون حولها ثم عبدوها بعد ذلك وعمل تمثالا طائرا روحانيا من ظفر مزهب كأنه يشير بجناحيه وبضعه على أسطوانة في وسط المدينة وكان لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف عورته بخضرته وكان الناس يمتحنون به فامتنع الناس من الزنا خوفا منه فأقام كذلك إلى زمان فاكن الملك ففسد أمره وبطله وذلك أن امرأة من نسائه كانت حظية عنده عشقت رجلا من خدام الملك وخافت أن يرقى ذلك إلى الملك فيمتحنها من ذلك الصنام فتنفضح فيقتلها فأقامت مفكرة في الحيلة في ذلك إلا أن خلى بها في بعض الليالي وهما يشربان فأخذت في ذكر الزواني وسبهن وزمهن فذكر الملك ذلك الصنام وما فيه من المنافع للناس وما يستحق من فعله من السناء والذكر الحسن فقالت له إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن متقاوس لم يصب الرأي في أمره فقال وكيف قالت لأنه أتعب نفسه وحكمائه فيما جعله لصلاح أمر العام دون أمر نفسه وهذا أكبر العجز وأنما كان حكم هذا التمثال أن ينصب في دار الملك حيث يكون نسائه وجواريه فأن اقترفت إحداهن ذنبا علم الملك به وجاز عليه في ستر ولم تعلم العام شيئا منه فيكون ردعا لمن في قصره عما لهم به مغتمة وقد غلبتها شهوتها مرة ربما في عمرها لأن شهوات النساء أكثر من شهوات الرجال وأغلب لنقصان عقولهن من عقول الرجال وأما الآن فلو حدث شيئا من ذلك في قصر الملك وأعوذ بالنور الأعلى منه وأحب امتحانه فضح نفسه وشيع في العام والخاص أمره فأن عاقب بغير امتحان كان متعديا وأن صبر صبر على المكروه قال الملك صدقتي فيما قلتي وأنزل قولها على النصيحة والصدق وعلم أنها لم تشر بذلك إلا لأمر وقفت عليها ولم ترد كشفه فلما أصبح نزع الصنم من موضعه ووضعه في قصره في مكان أعد له بلا مهلى ولا مشاورة ولا عالم فلما نصب في القصر أمتحن مرارا فنم يصنع شيئا عند الامتحان وندم الملك على تحريكه وأقبل الجارية الملك على ما كانت حمت به من الفجور وانهمكت فيه وهذه الأعمال إنما تعمل بعد رصد الكواكب واختبارات أماكنها في الواجب من أوقات المعمول له ذلك وقد ذكر أهل أخيم أن رجلا من أهل المشرق وكان يلزم البرية ويأتي إليه كل يوم ببخور وخلوق فيبخر ويطيب صورة كانت في عضادة باب البربة فيجد تحتها عند رجليها دينارا فيأخذه وينصرف ففعل ذلك وأقام عليه مدة طويلة حتى وش به غلام إلى عامل البلد فقبض عليه فبذل له الرجل مالا وخرج عن البلد ويقال أن من قاوس بن هيكلا للسحر على جبل القمر وقدم عليه رجلا منهم يقال له مستهمس وكانوا لا يطلقون الريح للمراكب المقلعة إلا بغرامة يأخذونها منهم وكان الملك إذا ركب عمل بين يديه التماثير الهائلة فيجتمع الناس ويتعجبون من أعمالهم وأمر أن يبنى له هيكل للعبادة يكون له خصوصا ويجعل فيه صورة الشمس والكواكب وجعل حوله أصناما وعجائبا فكان الملك يركب إليه ويقيم فيه سبعة أيام وينصرف وجعل فيه عمودين وزبر عليهما تاريخ الوقت الذي عملا فيه وهما بقيان إلى اليوم وموضع ذلك يقال له عين شمس ونقل من قاوس إلى عين شمس كنوزا وجواهر وطلصمات وعقاقير ودفنها بنواحيها وكان قد قصم خراج البلد أرباعا فربع منها للملك خاصة ينفقه فيما يشاء ويفعل به ما يريد وربع لأرزاق الجند وربع ينفقه في مصالح الأرض وما يحتاج إليه من عمل جسورها وحفر خلجانها وأجبر أهلها على العمارة وربع يدفن لحدث يحدث وكان خراج البلد يوم إزز مئة ألف ألف وثلاثمئة آلاف ألف وقسمتها على ثلاثمئة كورة وثلاثة كور وهي اليوم خمسة وثمانون كورة أسفل الأرض خمسة وأربعون كورة والصعيد أربعون كورة وكان في كل كورة كاهن يدير أمرها وصاحب حرب وأقام ملكا إحدى وسبعين سنة ومات من طاعون أصابه وقيل أنه سم في طعامه وعمل له ناوس في صحراء القبط وقيل في غرب قوس ودفن معه من المصاحف وأكاسير الصنع المعمولة وتماثيل الزهب والجوهر ومن الزهب المضروب شيء كسير وقد كانت ماتت له قبل موته جارية كانت أحضى نثائه عنده وكان يحبها حبا شديدا فأمر بعمل صورتها في جميع الهياكل وعمل له تمثالها بذؤبتين من زهب أسود وألبسه حلة من جوهر منزوم وجعلت جالسة على كرسي من زهب وكانت تحمل بين يديه في كل موضع يجلس فيه ليتسل بذلك عنها فدفنت تلك الصورة عند رجليه كأنما يخاطبها ولما فرغ من أمره جلس ابنه مناوس الملك بعد أبيه على سرير الملك فطلب الحكمة بعد مثل أبيه وأكرم أهلها وبذل الجوائز على الغرائب التي لم يتقدم عملها لمن تقدم قبله وأثبتت كل ما عمل من ذلك في كتب تواريخهم وذبر على الحجارة في هياكلهم ومناوس أول من عبد البقر وكان السبب في ذلك أنه اطل علة فيائس منها من نفسه وأنه رأى في منامه روحانيا عظيما يخاطبه ويقول له لا يخرجك من علتك إلا عبادتك البقر لأن الطالع كان وقت حلولها فذلك الثور وهو في صورة ثور بقرنين فأمر عند انتباهه فأخذوا ثورا أبلغ حسن الصورة وعمل له مجلسا في قصره وسقفه قبة مذهبة وكان يبخره ويطيبه ويحسن على فهر ووكل به سايسا من خدمه يقوم به وينظفه ويكنس تحته وكان يتعبد له سرا من أهل مملكته فبرئ من علته وعاد إلى أحسن أحواله وقيل أنه أول من عملت له عجل مموه بالزهر وعليها قباب من خشب مذهب وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق إلى مواضع المنتزهات وقيل أنه عملت له في علته لأنه كان لا يقدر على الركوب وكانت البقر تجره في العجلة فكان إذا مر بمكان بمكان نزه أقام به وإن مر بمكان خرب أمر بعمارته وقيل أنه نظر يوما إلى ثور من البقر التي تجره أبلغ حسن الخلق والقرنين فأمر بتوقيفه والتعريض منه وساقه بين يديه إلى موضع نزهته إعجابا به وجعل عليه حللا من حرير منسوج بالزهر فلما كان في بعض الأيام خل في موضع وقد تفرد عن عبيده سار إليه وسجد بين يديه فقال له لو دام الملك على تربية وأكرامي وتعبد لي كفيته مهمة على ما يريده وقويته في جميع أموره وأزلت عنه جميع علله فارتعى الملك لقوله وأمر بأن يغسل ويطيب ويكسى بالحرير المزهب ويوقف في الهيكل ووكل به من يخدمه في جميع أموره ويتعاهده بالمسح والتطيب وأمره بعبادته وأقام ذلك السور يعبد مدة طويلة وافتتر الناس به وثار ذلك أصلا لعبادة البقر وبنى مواضع كثيرة في الصحراء والجبال وكنز فيها كنوزا كثيرة وأقام عليها أغلاما وبنى في صحراء الغرب مدينة يقال لها ديماس وأقام بها منارا وكفر حولها كنوزا ويقال أن هذه المدينة قائمة إلى الآن وأن قوما جازوا بها من ناحية الغرب فسمعوا فيها عزف الجن ورأوا نيرانه وفي بعض كتبهم أن ذلك الثور بعد مدة من عبادتهم له أمرهم أن يعملوا صورته من زهب ويعملوه أجواف ويأخذ من رأسه شعرات ومن ذنبه ويأخذ من نحانة قرنه وأظلافه ويجعل في ذلك التمثال وعرفهم أنه يلحق بعالمه وأن يجعل جسده في جرن من حجارة وينصب في الهيكل وينصب تمثاله عليه وزحل في شرفه والشمس نظرة إليه من تسليس وأن ينقش في التمثال علامات صور الكواكب السبعة ففعلوا ذلك وعملت الصورة من زهب وكللت بأنواع الجهر وإدخلت صنعتها سواد في بياب وجعل جسد السور في الحدود التي حدها ونصب عليه التمثال فكان يخبرهم بالعجائب وبما يحدث وقتا بعد وقت ويجيبهم بكل ما يسألونه عنه وعظم أمر ذلك التمثال ونظرت له النذور وقربت له القرابين قصده الناس من جميع أعمال مصر وما قرب منها فكان يخبرهم بما يريدون وأقام مناوس ملكا خمسا وسلاسين سنة وهلك من سل أصابه وعمل له ناوس تحت الجبل الغربي وجعل في جر من حجارة وجعلت وصية من بعده ابنه مريدس الملك فجرس على سرير ملكه بعد أبيه وملك 21 سنة وكان مضعفا فلم يبين بنيانا ولم ينصب منارا ولا عملت في وقته إعجوبة فمات ودفن أبيه في جر من رصاص وولي بعده أشمون الملك وأشمون أخ قبطيم الملك وكان وحده من أشمون إلى منف وفي الشرق إلى البحر المالح إلى ما حاذ برقة الحمراء وهي آخر حد مصر وفي الصعيد إلى حدود أخميم وكان ينزل أشمون لأنه سماها باسمه عند بنيانها ونقل إليها أهله وولده وطولها 12 ميلا في مثلها وأشمون أول من اتخذ الملاعب بالكرة والسولجان وغير ذلك وبنى القصور وغرس الأجنة وأقام المنائر ونصب الأعلام وبنى المدن وأكثر فيها من العجائب والقبط تذعم أن خبر أشمون كان أكثر الأخبار ذكرا وعجائبا وسحرا منها أنه بنى مدينة في سفق الجبل سماها أفطراطس وجعل لها أربعة أبواب جعل على الشرق صورة عقاب وعلى الغربي صورة ثور وعلى الجنوب صورة كلب وعلى الشمال صورة أسد وأسكن الكهنة بسحرهم في تلك الصور الروحانية وكانت تنطق إذا قصدها القاصد غريب ولا يقدر على الدخول إليها إلا بإذن الموكلين بها وجعل فيها شجرة تثمر كل لون من الفاكهة وجعل فيها منارا طوله ثمانون الزراع وعلى رأسه قبة تتلون كل يوم لونا حتى تمضي سبعة أيام بسبعة ألوان ثم تعود إلى اللون الأول وكانت تلك الألوان تكسو المدينة لونا شعاعيا وأجرى حول ذلك المنار ماء ساقه من النيل وجعل في ذلك الماء سمكا من كل لون وجعل حول المدينة طلصمات رؤوسها رؤوس القرود وأبدانها أبدان الناس كل منها لدفع مضرة واشتلاب منفعة ودفن تحت كل صنم من الأصنام المبنية الأربع على أبوابها صنفا من الكنوز ولكل واحد منها قربان وبخور وكلام يوصل به إليه وأسكن فيها السحرة وبنى بالقرب منها مدينة تعرف في كتبهم ذات العجائب في وسطها قبة عليها أبدا مثل السحابة تمطر مطرا خفيفا شتاء وصيفا وتحت كل قبة مطهرة فيها ماء أخضر يتداوى به كل من داء فيبرئ وفي شرقها بربة لطيف له أربعة أبواب لكل باب منها عضادتين وفي كل عضادة منها صورة وجه كأنه يخاطب صاحبه وهو يكلمه بكلام يفهمه ويخبره بما حدث في يومه ومن دخل ذلك البربة على غير طهارة نفخا عليه فأصابته فقطيعة لا تفرقه أبدا إلى أن يموت ويقال أن في وسطها أبدا مهبط نور كأنه عمود من اعتقه لم يغرب عن نظره شيء من الروحانيات وسمع كلامهم ورأى ما يعملون وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده كالمصحف فيه علم من العلوم فمن أحب ذلك العلم أتى تلك الصورة فمسحها بيده وأمرها على صدره فيثبت ذلك العلم في صدره ويقار أن هتين المدينتين سميتاء على اسم هرموس وهو عطاره وأنهما إلى الآن على حالهما وحكي عن رجل أتى عبد العزيز بن مروان وهو والي مصر فعرفه أنه رأى في صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جمل له ضل فوقع إلى مدينة خراب وأنه وجد منها شجرة عظيمة تحمل من كل صنف من الفاكهة وأنه قد أكل منها وتزود فقال له رجل من القبط هذه إحدى مدن هرموس وفيها كنوذ كثيرة فوجه عبد العزيز جماعة من سقاته ووجهه معهم وتزود زاد شهر ومشوا يطوفون تلك الصحاري زمانا فما وجدوا لها أثرا وكان أشمون أعدى الولد أبيه وأرغبهم في صنيعه وأحبهم في عمل يفق ذكره وهو الذي بنى المجالس المصفحة بالزجاج الملون في وسط النيل وتقول القبط أنه بنى سربا تحت الأرض من أشمون إلى أنصاب النيل وقيل أنه عمله لنسائه لأنهن كن يمضين إلى هيكل الشمس وكان هذا السرب مبلط الأرض والحيطان بالزجاج الملون العجيب وقيل أن أشمون كان أطول أخوته ملكا وقال أهل الأسعر أن ملكه ثمانمائة سنة وأن قوم عاد انتزعوا الملك منه بعد ستمائة سنة من ملكه وأقاموا تسعين سنة ثم كرهوا البلد واستوبوا فرحلوا عنه إلى الراهبة من طريق الحجاز إلى وادي القرى فعمروها واتخذوا المنازل والمصانع والقرى وصلت الله عليهم القر فأهلكهم وعاد ملك مصر إلى أشمون بعد خروجهم من البلد ويقال أنه عمل في وقته وزة من نحاس وكان الغريب زجاء ليدخل صاحة الوزة وصفقت بالجناحيها فيعلن به أهل البلد فأن أحبوا أدخلوه وأن أحبوا تركوه وكثرت الحيات في وقته فاحتال لها بحيلة كانوا يأخذونها بأيديهم ويعملون من شحومها ولحومها أدوية ودرياقات وهو أول من عمل أن يروز بمصر ويقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون إكراما للكواكف وفي زمانه بنيت البهنسة وأقام بها مطرانا وجعل فوقها مجلسا من زجاج أصفر وعليه قبة مزحبة وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شعاعها على المدينة ويقال أنه ملكهم مميت سنة وسلاسين سنة ومات ودفن في إحدى الأهرامات الصغار القبلية وقيل بل عمل له طاوس في آخر أشمون ودفن معه مال كثير وعجائب كثيرة ومن الذخائر ما لا يحصى كثره ودفنت معه أصنام الكواكب السبعة التي كانت في هيكله وعشرة آلاف سرج من زهب وفضة وعشرة آلاف جاء ونصار ونضار من زهب وفضة وزجاج مسبوك وألف برية من العقاقير المدبرة لقبول الأعمال وزبر على ذلك كله اسمه ومدة ملكه وخلف على الملك ابنه الشاه الملك فولي وهو غلام ابن خمس وأربعين سنة وكان متجبرا معجبا طماح العين فابتز أمرأة من نساء أبيه فانكشف أمره وعرف خبره وكان أكبر همه لهو اللعب فاجتمع إليه كل ملة كانت في ملكه وقصده كل من كان في يده شيء من أنواع الملاهي والملاعب وانفرد للعب بهم وترك النظر في أمور الناس وعمل قصورا من خشب عليها قباب منقوشة مموهة بالذهب وكان يحمله على المراكب في النيل ويتنزه فيها مع من يحب من نسائه وخدمه ومن يلهيه وعمل عليه الأرواق المزهبة وفرشها بأحسن الفرش وفاخرة وكان يتنز عليها وتجرها البقر ويقيم في نزهته شهورا لا يمر بموضع إلا أقام فيه وولد من السحر توليدا كثير واستنفذ أكثرها في خزائن أبيه وذهب خراجه في جرائد الملحين والنفقات في غير وجوهها فلما أسرف في ذلك اجتمع الناس إلى وزيره فأنكروا حاله عنده وسألوه مسائلته والإشارة عليه بالإقلاع عما هو عليه فضمن لهم ذلك ثم فوضه فيه وبين له ما يجب تبيينه وحذره من العواقب اللاحقة من التفريط بما يكره فلم ينتبه وصلت أصحابه على الناس فأسعوا إليهم وأضروا بهم وخرج الملك ذات يوم إلى منتزه له قد صفح مجلسه بصفائح الزهب والفضة وغرائب الجوهر الملون وأجر إليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين وفرشه بأصناف الفرش الملونة وكان إذا أحب أن يخلو بامرأة من نسائه خلى بها هناك وأنه في ذلك المنتزه وقد أقام فيه أياما فسخرج غلام من بعض خدمه فأتى بعض التجار في حاجة له وكانت له خادم فأراد أخذها منه بغير ثمن فمنعه منها فوسب عليه يريد ضربه فاجتمعوا عليه وضربوه حتى أسالوا دمه وحمل وقيد واتصر خبره بالوزير وصاحب الجيش فركبا إلى الموضع وأنكرا على الناس ما فعلوه وأسمعاهم فأغلصوا لهما وأسمعوهما فانصرفا مغضبين وقالا ما نرى سترهازي عن الملك وعرفاه الخبر فلم يحفل بهما وأمر بالنداء في الناس من تعرضكم من خدم الملك وأصحابه فاقتلوه فعمد الناس أمره وشكروا فعله وتواصلوا بالوسوب على أصحابه حتى إذا مضى لذلك أسبوع وجه إلى وزيره وصاحب جيشه أنه عزم أن يركب إلى صحراء الغرب يتصيد هناك وأمر أن يركب معه جيشه وأن يتزود لسلاسة أيام ففعلوا واجتمعوا إلى بابه فاستدعى الوزير وأسر إليه أنه يريد الانتقام من العامة وخرج الملك وجيشه في أحسن زي وهيئة وسار إلى موضع غير بعيد فلما اختلط الظلام ورجع بالجيش حتى وافى باب المدينة وأمر أصحابه أن يضعوا أيديهم في الناس فقتلوا خلقا كثيرا وأمر بحرق الموضع الذي قتل فيه الغلام ثم أمر أن ينادى هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب مهناتهم من العامة وغيرهم فاستغاس الناس فأسر إلى وزيره أن يطرح نفسه بين يديه ويسأله فيهم ففعل فأمنهم وقال لهم من عاد منكم فقد أحل دمه فشكروا فعله وانصرفوا ورجعوا إلى ما كان عليه وأعظم واحتجب على الناس واستحلت الهياكل والكهنة فأبغضه العامة والخاصة وابتغوا له الغوائل فاحتال عليه خاصته بطباخه وسقاه فسماه فمات وهو ابن مائة وعشرين سنة فكان ملكه خمس وسبعين سنة وصار الملك من بعده إلى ابنه صاصة وأكثر القبض تزعم أن صاصة هذا أخ الشاد وأنه ابن مربيس الملك ولما جلس صاصة على سرير الملك دخل الناس عليه يهنئونه فوعدهم العبل فيهم وحسن النظر لهم وسكن منف ونفى الملهين وأهل المجالات وأهل الشر ومن كان يصحب أباه وأصلح الهياكل ورد الكهنة إلى مراتبهم وعمل بمنف عجائب كثيرة وطلسمات وأجر فيها الأنهار ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على موضعه وشرف هيكله ودع إليه وعمل بمنف مرآة يعرف فيها زمان الخصب والجدب وما يحدث ببلده وبنى داخل ألواحات مدائن وغرس فيها نخلا كثيرا ونصب غرب البحر أعلاما كثيرا وعمل خلف المقطب صنما يقال له صنم الحيلة فكان كل من أعجزه أمر أتاه يسأله فيخبره ويبين له ما عزب عن معرفته منه وجعل على أطراف مصر أصحابا يرفعون له ما يجري في حدود أرضه وعمل على غرب النيل منابر إذا قصدهم قاصد يقد عليها فيصل إليه الخبر من ليله أو من يومه وجعل على البحر المالح مثل ذلك ووكل بجمعها جماعة يحرسونها وهو أول من اتخذها ويقال أنه بنى أكثر مناف وكان له بنيان عظيم بالإسكندرية ولما ملك واستولى على البلد بأسره جمع إليه حكماء أهل بلده ونظر في النجون وكان بها حاذقا ورأى أن بلده لابد له من أن يدخل إليه طوفان عظيم من نيلها فيكاد يغرقها ورأى أنه يحدث على يدي رجل يأتي من ناحية الشام فجمع كل فاعل بمصر وجهاتها وبنى في ألواح الأقصى مدينة جعل طول حصنها في الارتفاع خمسين زراء وأودعها جميع الحكم والأموال وهي المدينة التي وقع عليها موسى بن نصير في زمن بني أمية لما قلد المغرب لأنه لما دخل مصر أخذ على ألواح الأقصى بالنجوم وكان عنده علم منها فأقام سبعة أيام يسير في رمال بين سمت الغرب والجنوب إلى أن ظهرت له مدينة فيها حصن وأبواب حديد فرغم أن يفتح بابا من أبوابها فأعياه ذلك لغلبة الرمل عليها وعلى ما حولها فأصعد إليها الناس فكل من صعد منهم وأشرف وسب داخلها لا يعلم كيف يقع ولا على ما يسقط ولا ما يصيب ولما لم يجد فيها حيلة تركها ومضى وقد فقد فيها جماعة من أصحابه وحرروا عرض حصنها عشرين زراء وهلك في طريقه منصرفان عنها جماعة من أصحابه ولم يسمع أحداً قبل موسى بن نصير ولا بعده وقع عليها وفي تلك الصحارة أكثر منتزهاتهم ومدائنهم العجيبة وكنوزهم العظيمة إلا أن الرمال غلبت عليها ولم يكن لمصر ملك إلا وقد عمل للرمل طلسماً يبعدها ويوقفها ثم تفسد طلسماتها على تقادم الأيام ولا ينبغي لأحد أن ينكر كسرة بنيانهم ومدائنهم وما نصبوه من الأعلام العظام فقد كان للقوم بطش لم يكن لغيرهم وفيما يظهر من آثارهم بيان تحقيق ما يذكر عنهم ومن ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام العظام المشهورة بالإسكندرية وفي صحراء المغرب عجائب باقية من ذلك وما لهم من الجبال المنحوطة التي جعل كنوثهم فوقها فلا يصل إليها أحد وكذلك الأودية المنحوطة ومثل ما بالصعيد من مدائنهم وما نقشوه عليها من حكمهم فأنه لو تعاطى أحد من ملوك الأرض أن يبني مثل الهرامين أو جميعهم فما تهيأ لهم ذلك وكذلك لو أرادوا أن ينقشوا سوباً واحداً لطال عليهم الأمر وتركوا وحكي عن قوم في ضياع العرب أن عاملاً من عمالهم عنق بهم فدخلوا في صحراء الغرب وحملوا معهم زاداً إلى أن تصلح أمورهم ويرجعوا إلى منازلهم وكانوا على يوم وبعض آخر فدلجوا إلى جبل فوجدوا غبراً أهلياً قد خرج من بعض شعابه فتبعه نفر منهم فأخرجه إلى مساكن وأشجار ونخل ومياه وناس فهم يسكنون تلك الناحية ويتناسلون ويزرعون ولا يطالبهم أحد بخراج وأخبروهم أنهم لم يدخلوا إلى ضياع الغرب فصاروا نحوهم بأهليهم ومواشيهم وجميع أموالهم فأقاموا مدة يطلبون الطريق فما وجدوه ولا عرفوا ولا وقفوا له على خبر ولا تأتي لهم الوصول إليهم فرجعوا آيسين على ما فاتهم من ذلك الموضع وحكوا أيضاً عن آخرين أنهم ضلوا في طريق الغرب فوقعوا إلى مدينة كثيرة الماء والشجر والناس والمواشي والنخل والزرع فأضافوهم وأكلوا عندهم وأباتوهم في دار فيها طاحونة يعملوا فيها الخمر فشارجوا معهم حتى سكروا وناموا فلما انتبهوا عند طلوع الشمس وجدوا نفسهم في مدينة خراب ليس فيها أنيس ولا عمارة فارتاعوا وخرجوا على وجوههم كالهاربين وساروا يومهم على غير سمت حتى قرب المساء فظهرت لهم مدينة أكبر من الأولى وأعمر وأكثر أهلاً ودواباً ونخلاً وشجراً وزرعاً ومواشي فآنسوا بها ونزلوا عندهم فأخبروهم بخبر المدينة الأولى فجعلوا يعجبون من ذلك ويضحكون منهم وإذا لبعض أهل المدينة وليمة فانطلقوا بهم إليها فأطعموهم بها وسقوهم وغنوهم بأصناف الملاهي وسألوهم عن أخبارهم فأخبروهم أنهم ضلوا عن الطريق في بعض هذه السحاري فقالوا لهم الطريق بين أيديكم واضح ولا يمكن أن تقلطوا فيه فأن أحببتم المسير وجهنا معكم من يوقفكم على سمت الطريق الكبير الذي يؤديكم إلى مكانكم وأن أحببتم أن تقيموا عندنا أرفضناكم وزوجناكم عندنا وكنتم أصهارنا وأخواننا فسروا بذلك من قولهم فأجمع بعضهم على المقام معهم وأجمع أكثر من كان منهم له أهل وولد على أن يأخذ أهله وولده فيسير نحوهم قالوا فبتنا معهم خير مبيت ثم نمى ثم نمنا فلما كان في الغد انتبهنا فوجدنا أنفسنا في مدينة عظيمة عظيمة الخراب قد تشقص بعض حصونها وليس بها أحد من الناس إلا أن حولها نخلا كثيرا قد تساقط سمرها وتكدس حولها فلحقنا لذلك من الخوف والارطياع والوحشة ما كان يتلفنا فخرجنا منها مفكرين في معايناه وإن لنجد روائح الخمر معنا ومعاني السكر فينا الظاهرة فلم نزل نسير يومنا أجمع وليس بنا جوع ولا عطش حتى إذا كان المساء وفينا راعيا يرعى غنما له فسألناه عن العمارة والطريق قال إن العمارة قريب منكم فإذا نحن بأنهار فيها الماء فنزلنا وشربنا منها وبتنا ثم أصبحنا فإذا نحن في غير موضعنا الذي كنا فيه وإذا معنا الناس والعمران وما مشينا إلا بعض يوم حتى دخلنا مدينة الأشمون في الصعيد فكنا نحدث الناس فلا يقبلون منه وهذه مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلبت عليها الجن ومنها ما قد ستر عن العيون فلا يره أحد وذكر بعض القبط أن رجلا من بني الكهنة الذين قتلهم الشاد سار إلى الإفرنجة فذكر لملكهم كسرة كنوز مصر وعجائبها وضمن له أن يوصله إليها وإلى ملكها وأموالها ويدفع عنها طلصماتها حتى يبلغ جميع ما يريده ويعرفه مواضع الكنوز فعزم ملك الإفرنجة على غزو مصر وجهاتها فلما اتصل بصاحب مصر أن ملك الإفرنجة تجهز إليها عمد إلى جبل بين البحر المالح وشرق النيل فأصعد إليه أكثر كنوزه وما كان في خزائنه وصفح ظاهرها بالرصاص وأمر فنحة جوانب الجبل إلى منتهى خمسين زراء وجعلوا في آخر المنحوت منه الصور البارزة خارجة في النحت بقدر زراع وهو جبل مدور في جرمه إلا أنه رفيع السمك ثم انصرف الملك إلى مصر وتأهب بما قدر عليه واستظهر بما أمكنه وجعل ينتظر ملك الإفرنجة وإن ملك الإفرنجة حشد جيش ما أمكنه وقصد مصر وكان لا يمر بشيء من عجائبها وتلاسمها وغرائب أعمالها ومناراتها إلا قدر عليه وغيره وأفسد مصادف من أصنامها وذلك كله أمكنه بمعونة ذلك الكاهن حتى أتى الإسكندرية الأولى فعاس فيها وهدم كثيرا منها وغير معالمها إلى أن دخل النيل من ناحية رشيد وصعد إلى منف وأهل تلك البلاد يحاربونه وهو ينتهب ما مر عليه فوجد منفا ممتنع بالطلسمة الشذاد والمياه العميقة والسراداقات العالية فأقام عليها أياما كسيرة فحاربها طمعا أن يصل إليها فلم يقدر ورأى كسرة الناس عليها وأنهم كل يوم يزيدون وأصحابه ينقصون فاختاص على الكاهن وأراد قتله فلم يمكنه وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الكهان إلى أوله من الظهور فرجع إلى حاله وهلق من أصحابه خلق كثير واجتمع أهل النواحي فقصدوا مراكبه فأحرقوا أكثرها فأجمع هو ومن معه على الهروب ولما علم أهل مصر بذلك الكاهن الذي كان معه انحشدوا إليه بما قدروا عليه من المراكب وظفروا بأكثر أصحابه فقتلوه مغرقوا مراكبهم فكان أعظم مطالب ملكهم أن يخلص نفسه فأسرع الهرب في مركب استجاده لمسل ذلك الحال ففر وصلت الله على مراكبهم رياحا غرقت كثيرا منها فما عادوا إلى الإفرنجة إلا وملكهم قد ثقل بالجراحات التي أصابته ورجع الناس إلى مناذلهم وقرارهم ورجع الملك إلى مصر وترق ما كنته في موضعه عتيدا له ويقال أنه كان هناك إلى هذا الوقت ولم يزل بعد ذلك الوقت يقز بلاد الروم وأهل الجزائر يعبس فيها ويخربها فهابته الملوك وأقام ملكا سبعا وستين سنة وهلك ودفن بمنف في نوويسه الذي عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض وجعل الدخول إليه من خارج المدينة من الجهة الغربية وحمل إليه أموار عظيمة وجواهر كثيرة وطلسمات وتماسيل كما فعل أجداده من قبله وكان فيه أربعة آلاف تمثال على صور شتى برية وبحرية وتمثال عقاب من جوهر أخضر عند رأسه وتمثال تنين أخضر من ذهب مسبوك عند رجلي وزبر عليه اسمه وسيرته وجميع أموره وعهد ابنه إلى بدوانيس الملك وهو أول من ملك الأجناد وصف له ملك مصر وكان بدوانيس الملك محنكا مجربا زأيدي وقوة ومعرفة بالأمور فأظهر فيهم العدل وأقام الهياكل ورد أهلها وأكرم الكهنة وزاد في ألطافهم وبنى بغرب منف بيتا عظيما للزهرة وزبر فيه كتبا كثيرا من العلوم وكساه الحرير وعمل عيدا كبيرا اجتمع إليه جميع الأجناد وكان صنم الزهرة من اللازرد موشحا بزهب يبرق مسورا بسوار زبرجد أخضر وكان في صورة امرأة لها ضفيرتان من زهب أسود مدبر وفي رجليها خلخالان من حجر أحمر كالياقوت ونعلان من زهب وفي يدها قضيب مرجان وهي تشير بسبابتها كالمسلمة على منف الهيتل وجعل حزائها من الجانب الآخر بقرة زاد قرنين وضرعين من نحاس أحمر مموه بالزهب موشحة بحجر اللازرد ووجه البقرة محازي إلى وجه صنم الزهرة وجعلوا بينهما مطهرة من أخلاط الأجناس على عامود رخام مجزع فيها ماء مدبر بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء وفرش الهياكل بحشيشة الزهرة تنالوها في كل سبعة أيام وجعل فيها كراسي الكهنة مصفحة بالزهب والفضة وقرب فيها ألف رأس من الضان والمعز والوحش والطير وكان يحضره يوم الزهرة ويطوف به وكان قد فرش الهيكل وستره عن يمين الزهرة وشمالها وكان في أعلى قبة الهيكل صورة رجل راكب على فرس له جناحان ومعه حربة سنانها رأس إنسان معلق وبقي هذا الهيكل إلى زمان بخت نصر وهو الذي هدمه ويقال أن بدوانيس وهو الذي حفر خليج بخارة فارتفع له من الخراج في بلده مئة ألف ألف وخمسون ألف ألف وقصده بعض العمالقة غازيا له من الشام فلما سمع به جيش وخرج إليه ولقيه وهزمه ودخل فلسطين فقتل فيها وسبأ خلقا كثيرا وسبأ بعض حكامها وأسكنهم مصر فهابته الملوك وعلى رأس سلسين سنة من ملكه طمع السودان من الزنج والنوبة في أرضه فهجموا على بعض الأطراف فعاسوا وأفسدوا فأمر بجمع الجيوش من أعمال مصر وأعد المراكب ووجه قائدا من قواده يقال له بلوتاس وفي سلاسمائة ألف بين راكب وراجل واتبعه بقائد آخر في مثلها ووجهه في البحر سلاسمائة سفينة وجعل في كل سفينة كاهنا يعمل إعجوبة وسار هو في أثرهما في من بقي من الجيوش فلقوا جيوش السودان وكانوا ذهاء ألف ألف فهزموهم وقتل أكثرهم فأسر منهم كثيرا وتبعهم الجيوش حتى وصل إلى أرض الفيلة من أرض الزنج فأخذوا منها عدة كثيرة وأخذ معها كثيرا من النمور والوحش وسيقة إلى مصر ونصب على حدوده منارات وزبر عليها مسيره وظهوره والوقت الذي غز فيه السودان وذكر كل ما عمل في أيامه ولما انصرف إلى مصر واستقر بها اعتل ورأى رؤية تدل على موته فعمل لنفسه ناووسا ونقل إليه من أصنام الكواكب كثيرا ومن الزهب والجهر الملون والتماثيل الغريبة الصنع والآلات والزخائق ما لا يعلم جودته وكثرته فلما هلك دفن فيه وزبر على بابه في الحجارة اسمه وتاريخ الوقت الذي مات فيه جعلت عليه طلاسم تمنع منه وكان قد عهد إلى ابنه بعده مماليك الملك وكان أديبا عاقلا كريما حسن الوجه مجربا مخالفا لأبيه في عبادة الكواكب والبقر ويقال أنه موحد على دين قبطيم ومصرايم فكانت القبط تزمه بذلك وكان سببه فيما ذكر أنه رأى رؤية فيما يراهم نائم كأنه أتاه رجلان لهما أجنحة فاختطفاه احتملاه إلى الفلك وأوقفاه حذاء شيخ أسود أبيض الرأس واللحية فقال له هل تعرفني فدخلته منه روعة لحداثته وكان سنه نيفا وسلاسين سنة فقال له ما أعرفك فقال له أنا بشر يعني رجلا فقال قد عرفتك قال أنت إلهي فقال إنك وإن كنت تدعوني إلها فأني مربوب ملك وإلهي وألهك الذي خلق السماوات والأرض وخلقني وخلقه قال فأين هو قال في العلو الأعلى تعالى لا تلحقه الظنون ولا تراه العيون ولا يشبهه شيء وهو الذي جعلنا سببا لإقامة العالم الأسفل وتدبيره قال كيف نعمل إذن؟ قال تضمر في نفسك ربوبيته وتخلص وحدانيته وتعترف بأزاليته ثم أمر الرجلين فأنزلاه إلى موضعه فاستيقظ مزعورا وهو على فراشه فدعا رأس الكهنة فقص عليه رؤياه فقال له عهدتك أن لا تتخذ الأصنام آلهة فأنها لا تضر ولا تنفع قال فمن أعبط؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق جميع ما فيها من أموال وغيرها قال وكيف أقدر على رد نفوس العالم عما هم عليه قال أعقد على ذلك نيتك وأخلص ضميرك وصف به قلبك وإذا قبت عن عيون الناس وانفرت فعمل ما أمكنك ودم للناس في الظاهر على ما كان عليه جدودك فقبل الملك ذلك القول منه واعتقده وعمل به فكان يحضر للهيكل ويسجد للصنم من حرفا عنه بقلبه مبغضا له كافرا به وهو يضمر أن سجوده لله عز وجل واستعمل كسرة الغزوات وموالات الأسفار والجولان في البلاد وكل ذلك لتطول غيبته عن مصر ويبعد عن الهيكل وقال بعض أهل مصر أن الله أيده بملك من الملائكة يعضضه ويرشده وربما أتاه في نومه فأمره ونهاه وأخبره بما يريد معرفته فأمر الناس عند ذلك باتخاذ كل جادة من الخيل وكل جيد وجميل من السلاح وأعداد الزاد واتخذ في بحر المغرب مئتي سفينة وخرج في جيش عظيم في البر والفي البخر فلقيه جموع البربر فهزمهم وقتل أكثرهم فبلغ أفريقيا واستأصل أكثرها وخرج منها وكان لا يمر بأمة إلا أبادها إلى أن غزى من ناحية الأندلس يريد الأفرنجة وكان بها ملك عظيم يقال له أفريوس فحشد إليه من كل النواحي فأقام يحاربه شهرا ثم طلب صلحه وأهد إليه هدايا كثيرة فقبل ذلك منه وسار عنه ودع الأمم المتصلة بالبحر الأخضر فأطاعوا ومر بأمة لها خوافر ولهم قرون صغار ولهم شعور كشعور الذئبة ولهم أنياب دولف بارزة من أفواههم فقاتلوهم قتالا شديدا حتى أثخنهم ففروا عنه إلى غيران لهم مظلمة فلم يمكن لهم دخولهم عليهم والقبض تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة سنذكر منها بعد هذا وعمل على البحر أعلاما وزبر عليها اسمه وخرب مدن البربر حيث كانت وألجأهم إلى قرون الجبال ورجع فتلقاه أهل مصر بصنوف اللهو والطيب والرياحين وفرشوا له الطريق ودخل قصره موفورا ظاهرا وأخرج إليه ابنه وكان ولد له من بعده فسر به وابتهج وكمل فرحه واتصل خبره بالملوك فهابوه وحملوا إليه الهدايا من كل جهة وبلغه أن قوما من البربر والسحرة لهم تمثيل وبخورات عجيبة يضلون بها وتخابيل وهم في مدينة لهم يقال لها قرمودة في المغرب من أرض مصر وقد ملكوا عليهم أمرأة منهم ساحرة يقال لها سطة واتصل به كسرة آذانهم للناس فغزاهم حتى إذا قرب منهم ستروا عنهم مدينتهم وسحروا فلم يرها وطمسوا مياههم فلم يعرفها فهلك كثير من أصحابه عطشا فلم يجد لهم حيلة في الوصول إليهم فزال عنهم ثم صعد إلى ناحية الجنوب ثم رجع إليهم على غير الطريق الذي سار إليهم عليها فمر بهم بهيكل كانوا يحضرونه في بعض عيادهم فأمر بهدمه فهدم بعضه وسقط منه موضع على جماعة من أصحابه ممن تولى هدمه فأهلكهم فلما رأى ذلك تركهم وانصرف عنهم وخرجوا إلى هيكلهم فبنوه وأصلحوا ما فسد منه وحرسوه بطلصمات محكمة ونصبوا في قبته صنما من نخاس مزهب وكان إذا قصدهم أخذ صاح الصنم صياحا عظيما منكرا يرعب منه كل ذي روح ويلهد فيخرجون إليه فيصطلمونه وكانت ملكتهم أحزق منهم بالسحر فقالوا لها نعم للحيلة في إفساد مصر وإزاء أهلها فقالت لهم نعم فقالوا أنت أقدرنا فعمل فيها ما رأيتي فعملت لهم أدوية سحرت فيها النيل ودفعتها إلى بعضهم وأمرتهم أن يمضوا بها إلى مصر والزرع في حقله على أن تأخذ فيطرحون منها في النيل في أعلى مصر ويغرق بعضهم على أقطار مصر وحيث زروعهم الكثيرة فيفرقونها في كل جهة قليل غبار في كل جهة فلما فعلوا ذلك فاض النيل في غير وقته وزاد على المعهود وأقام الماء طويلا على مزارعهم وأفسد زروعهم وغلاتهم وكثر فيه التماسيح والضفاضع وكثرت العلل في الناس وانبست فيهم السعابين والعقارب فأخضر الملك الكهنة والحكماء وقال لهم أخبروني عن هذه الحوادث التي حدثت في بلادنا ولم تذكروه في الطالع الذي وضعتموه لهذه السنة فكنا نتأحب لها فاجتمعوا في دار الكهنة ونظروا وبحسوا حتى علموا أنهم أوتوا من قبل ناحية المغرب وأن امرأة عملته وألقته في النيل وفرقته على الجهات فعلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة فقال لهم أجهد أنفسكم في هلاكها فقد بلقت فيكم من أذاها فاجتمعوا إلى الهيكل الذي فيه صور الكواكب وسألوه أن يحضر معهم فلم يمكنه الخلاف فلما أمسى لبس مسحا وفرشا رمادا واستقبل مصلاه وأقبل على الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تعالى وقال يا رب أنت إله الآلهة وملك الملوك وخالق الكل ولا يكون شيئا مما دق وجل إلا بأمرك وحولك أسألك بجميع فضائلك وآياتك وأسمائك أن تكفين أمر هؤلاء القوم فلم يزل كذلك حتى غلبته سنة من النوم فنام مكانه فرأ كأن آتيا أتاه فقال له قد رحم الله تضرعك وعلم ضميرك وأجاب دعوتك وهو مهلك هؤلاء القوم ومدمرهم وصارف عنك الماء المفسد والدواب المضرة والأمراض المهلكة فلما أصبح الكهنة غدوا عليه وسألوه حضور هيكلهم على ما واجههم به فقال لهم قد كفيتم أمر عدوكم وأزيل الماء المفسد والدواب المضرة عنكم ولن تروا بعدها شيئا تكرهونه فسكنوا ونظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين لما سمعوه ثم قالوا له قد سررنا بما ذكره الملك دام عمره وهم يضمرون التكذيب والاستهزاء وخرجوا عنه فقال بعضهم لبعض الرأي أن لا تقولوا شيئا في هذا فإن كان حقا ظهر سريعا وإن كان باطلا اتسع لكم اللفظ في زمه وسيتبين أمره فلما كان بعد يومين انكشف ذلك الماء المفسد وجففته الشمس وهلكت تلك الدواب المضرة فعلم القوم صدق ما أخبرهم به وأمر الملك قائدا من قواده ورجلا من الكهنة أن يمضوا بجيش حتى يعلموا علم تلك المدينة فخرجوا إليها فاتوها فلم يروا مكروها ولا وجدوا مانعا فلما وصلوا إليها وجدوا حصنها قد سقط وأهلها عن آخرهم موته واحترق بعضهم وسودت وجوههم ووجدوا بعض الأصنام ساقطة على وجوهها وأموالهم ظاهرة بين أيديهم فطافوا المدينة وفتشوها فلم يجدوا فيها غير رجل واحد حيا كان مخالفا لدينهم بسبب رؤية رآها ووجدوا من الأموال والجواهر وأصناف الزهب والتماثيل ما لا يحصى كثره ولا يعرف له قيمة ووجدوا صورة كاهل لهم كانوا يتعبدونها وهي من زبرجد أخضر على قائمة من حجر البست ووجدوا صورة روحاني من زهب ورأسه من جوهر أحمر وله جناحان من در وفي يديه مصحف فيه كثير من علوم مصر في دفتين من زهب مرصعتين بزهب ملون ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك وفيها فضلة من الماء الدافع للأسقام ووجدوا فرسا من فضة من عزم عليه بعزائمه ودخنه بدخنه وركبه طار به في مزعمه ووجدوا غير ذلك من العجائب والآليات التي يستعملها السحر والأصنام التي يتخذونها فجمعوا من ذلك ما قف حمله وثقل ثمنه وأقروا به دوابهم من جميع العجائب والتماثيل وغرائب ما كان فيها من الأشكال وحملوا جميعه إلى الملك وحمل الرجل الذي وجد حيا ووصلوا بذلك كله إلى الملك فابتهج بذلك وحمد الله تعالى على ما أولاه وسر الناس وبهت منه كهنة مصر ولم يعرف أصله فوجه الملك دوابا وعسكرا ونهض معهم من شاء من العامة بأشمون ومصر فنقلوا جميع ما كان تبقى في المدينة من شيء له خطر فصار بأيدي الناس منه شيء كثير وصار الموضع بعد ذلك زمانا طويلا مطلبا لمن أمكنه المسيرة إليه وقل من مشى إليه ورجع خائبا واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد حيا فاستخبره عن أحاديسهم فحدسه بأشياء معجبة ثم قال وأعجب ما رأيت منهم أنه قصد المدينة منذ دهر ملك من ملوك البربر جبار من أهل بيت تجبر فجاء بجموع كثيرة وجيوش كسيفة وتخابيل هائلة فأغلق أهل مدينتنا حصنهم ورتبوا المراهقين على أسوارها ولجعوا إلى أصنامهم وشيوخهم وكهنتهم يخضعون لها ويتضرعون إليها وكان لهم كاهن عظيم الشأن لا يكاد أن يخرج من منزله فسار إليه رؤسائهم وشكوا إليه ما دهاهم من عدوهم فخرج معهم إلى بركة لهم عظيمة بعيدة القعر كانوا يشربون منها الماء فجلس على حفتها وأحاط الكهن بها وأقبل بزمزم على ماء البركة فلم يهزل كذلك حتى فاض الماء وفار وخرج من وسطه نار تتأجج وخرج من وسطها وجه كدائرة الشمس وعلى ضوئها فخرجت الجماعة سجودا لذلك الوجه وجللهم نوره وجعل يعزم حتى ملأ البركة وارتفع حتى صعد إلى أعلى القبة ثم ارتفع إلى السماء فسمعوه يقول قد كفيناكم أمر عدوكم فخرجوا فخزوا أموالهم فخرجناه بأجمعنا متخوفين حتى وصلنا مضربهم فوجدناهم أموات لم يبق منهم حي فأخذنا جميع ما يتركوه من مال وسياب ودواب وآلة وانصرف أهل المدينة إلى مدينتهم فرحين وكانوا يأكلون ويشربون فقلت لبعض الكهنة لقد رأيت عجبا من ذلك الوجه فما هو قال ملك الشمس تبدت فماتوا عن آخرهم كما رأيت قال له الملك فما الذي أهلكهم الآن قال لا أدري غير أني أفقت من نومي في الليل فسمعت هد عظيمة استهدم الحصن فأردت الخروج ولا علم لي بذلك فإذا بأصوات أنكرتها وضوء نار وروائح حريق وكنت ساكنا في موضع كالخان فيه خلق كثير فصحت بكثير منهم فلم يستجب لي أحد فصرت أتفقد باب المنزل فوجدته مغلقا فدخلت بيتي وأوقدت سراجا بنار كانت عندي ثم مشيت على جميع من في الدار رجالا ونساء صغارا كبارا فلم أجد أحدا منهم حيا فأقمت في نهايتين من الرعب أبتهل إلى الله عز وجل وأدعو فلما أصبحت أقمت حتى طلعت الشمس وبدأ النهار فلم أسمع صوتا ولا حركة فخرجت فوجدت المدينة على ما وجدها أصحاب الملك وكان هذا الرجل عاقلا مجربا فاتخذه الملك صاحبا ووزيرا وأنيسا ولم يزل ممالك الملك على التوحيد لله تعالى والإيمان به وهو يسايس أهل بلاده ويداريهم عما في نفسه خوفا من اضطراب ملكه عليه وأمر فبني له ناووس وأمر أن يدفن فيه إزامات وحده ولا يدفن معه أحد من أهله وأمر أن لا يدفن معه زهب ولا فضى ولا تمسال وكتب بخطه صحيفة هذا ناووس ممالك الملك ملك مصر وأعمالها مات وهو يؤمن بالله ولا يعبد معه غيره ومتبرئ من الأصنام عبادتها ومؤمن بالبعث والحساب والمجازات على الأعمال عاش بكذا وكذا فمن أحب النجاة من عباد الله فليدني بما دان به وقد كان دفن بموضع آخر كنوزا كثيرة وزبر عليها أنه لا يخرجها إلا أمة النبي المبعوث في آخر الزمان يعني محمدا عليه الصلاة والسلام ودفع الصحيفة التي كتبها إلى الآمر بعده وأمره بسترها والاحتفاظ بها فإذا هو مات زبر ما فيها على ناووسه وكان طول حياته يقصد ناووسه يتعبت فيه مستثرا عن جميع العالم ولما أيقن بالموت دعا ابنه فأسر إليه التوحيد وأعلمه أنه دينه ولم ير منه إلا الخير وأمره أن يدين به ونهاه عن عبادة الأصنام فدان بذلك مدة حياة أبيه ومات فدفنه ابنه في ناويسه والزبر عليه ما في الصحيفة فلما فرغ من أمره جلس على سرير الملك ابنه أخريت الملك وتقلد الأمر وكان لينا سهلا حسن الخلق فلما مات أبوه رجع أما كان عليه من التوحيد وصار على دينهم وكان سبب رجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الكحان ففتنته بعد موت أبيه إلى دينها وغلبته على رأيها فأمرت بتجديد الهياكل وشددت في عبادة الأصنام وتزوج الملك أمرأة من بني عنه فأحبها حبا شديدا فهام بها فأفسدته على جميع نسائه فاشتد ذلك على أمه وكانت له قهرمانة من أهل أصيوت ساحرة لا تطاق وكانت تميل لهذه المرأة لأنها كانت تعشق أخاها فزادت في سحرها لتلك المرأة وأوحشت ما بين الملك وأمه حتى رفضها واستخف بها وزادت في القصة حتى علف أنه لا يجاورها وأن يغزو ويتصرف ولا يرجع إلى مصر حتى يتصل به خبر موتها ففعل ذلك وغز الهند وأرض السودان وكان سبب خروجه إلى أرض الهند أن ملكا من ملوكها يقال له ميسور خرج في عدد كثير في البر وسيرته مراكبه في البحر ففتح بلدانا وجزائر وأكثر القتل والسبي وذكرت له مصر فقصدها ثم التل فرجع من طريقه فأمر أخرط الملك فعمل مئة سفينة في صور المصريات واستعد وخرج في سلاسمائة سفينة وحمل المرأة معه وحمل وجوه أصحابه واستخلف على مصر ابنه كلكن وكان صبيا وحمل معه وزيرا له يقال له لاوين وكاهنا يقال له وسموس وخرج فمر على ساحل البحر وعاست مراكبه فيها فكان لا يدخل بلدا إلا أقام فيها صنما وزبر عليه اسمه وسيرته ووقته وبلغ سرنديب فأوقعها بأهلها وغنم منها أموالا وجواهر كثيرة وحمل منها حكيما لهم بارعا وبلغ جزيرة بين الهند والصين ووجد فيها قوما طوالا سمر يجرون شعورهم ورأى عندهم اللعاب والطيور التي لا تعرف وشجرة الطيب والنار جيل والفواكه التي لا تكون إلا عندهم فأزعنوا إليه بالطاعة وحملوا إليه أموالا وهدايا فقابلها وسار عنهم وجعل ينتقل في تلك الجزائر عدة سنين يقال أنه غاب عن مصر في سفره سبعة عشرة سنة ورجع إلى مصر غانما موقورا فوجد أمه قد هلكت وكان أهل مصر قد آيسوا منه فورد على الناس من رجوعه أمر عظيم من الفرح وكان معهم على حالهم من السلام والوقور والطهور فوجد ابنه كالكا على ما تركه من الملك فسر بذلك هابته الملوك وعظم قدره في أعين الناس ثم بنى عدة هيكل وزينها وحلاها وأقام فيها أصناما للكواقب لأنه زعم أنها هي التي أيدته في سفره حتى زفر وغنم ونجا وقد كان حمل معه من الهند طبيبا وحكيما وحملا ما أنفسهما كتبهما وعزائمهما فأظهروا بمصر عجائب مشهورة وحمل معه من بلاد الهند صنما من زهب مقرطا بالجوار ونصبه في بعض الهياكل التي أقامها وكان حكيم الهند هو الذي يقوم عليه ويخدمه ويقرب له فكان يخبرهم بكل ما يريدونه وأن أخرط الملك أقام بعد منصرفه من الهند مدة ثم غزى نواحي الشام فأدى إليه أهلها الطاعة ثم رجع إلى مصر وغزى نواحي النوبة والسودان فصالحوه على هيكلهم بأتاوى أدوها إليه فتركهم ورجع إلى مصر وملكهم خمسا وسبعين سنة وعمر لنفسه في صحراء الغرب نووسا وأمر أن يدفن فيه زماد ثم سار إلى رفودة وعمل فيها مصانع وعجايب وأقام بها إلى أن مات وأبنه إلى المملكة بمنف ولما مات ضمد جسمه بالمومياء والكافور والمر وجعل في تابوتا من زهب وحمل إلى نووسه ودفن فيه ودفن معه مال كثير وجوهر نفيس وتماثيل كثيرة وسلاح عجيبة وعقاقير وكتب خطية وصورت في جوانب الناووس صورته وذبر عليها ذكر السنين التي غز فيها والبلدان التي فتحها والمرأة التي غلبها وسدوا باب الناووس وذبروا اسمه ومدته عليه وتاريخ موته وكان جميلا سمح الأخلاق وقتل جماعة من نسائه أنفسهن عليه واختم عليه الكهنة لاتباعه دينهم وملك بعده ابنه كالكلن الملك فعقد تاج الملك بعد موت أبيه بالإسكندرية وأقام بها شهرين ورجع إلى منف وكان على دين أبيه فاستبشر به أهل مصر لأنه كان يحب الكهنة وأظهار العجائب ويقرب أهلها ويكثر جوائزهم ولم يزل يعمل طول عمره فخزن أموالا عظيمة ودفن منها بصحراء الغرب ما لا يوصف كثره وهو أول من أظهر صنع الكيمياء بمصر وكانت مكتومة وكان يطرح المثقال الواحد على القناطير من النحاس الكثيرة فيصنعها بإذن الله تعالى زهبا وكان الملوك قبله رأوا كتم عملها لألا يشتمع عليها ملوك الأمم فترك كالكان ذلك الرأي وعمل الكيمياء وما لأدور الحكم منها حتى لم يكن الذهب قط أكثر منه في أيامه ولا الخراج لأنه بلغ وقته فيما حكاه بعض القبط مائة ألف ألف وسبعة عشر ألف ألف واستغنوا في وقته عن إثارة المعادن لقلة حاجتهم إليها وعمل أيضا من الحجارة المسبوكة الصنم الملون الذي ينشف شيئا كثيرا وعمل أيضا حجارة شفافة ملونة من الفيزروج واليشم والزبرجد وغيرها وتحكي القبط أنه اخترع أشياء تخرج عن العقل حتى سمته الحكماء حكيم الملوك وغلب جميع الكهنة في علمهم وكان يخبرهم بما يغيب عنهم فخافوه واحتاجوا إلى علمه وكان نمرود إبراهيم في زمانه ويقال أنه لما اتصل بالنمرود وحكمته وسحره استزاره وكان النمرود جبارا مشوه الخلق سكن سواج العراق وكان الله أتاه قوة وبطشا فغلب على كثيرا من الأمم فتقول القبط لما يريدون من تعظيم ملوكهم أن كالكا لما استزاره النمرود وجه إليه أن يلقاه منفردا من أهله وحشمه لموضع كذا فأقبل كالكا للموعد وهو على أربعة أفراس زوات أجنحة تحمله وقد أحاط به نور كالنار وحوله صنوف هائلة من التماثيل فدخل بها وهو متوشح بتنين متحزم ببعضه وقد فقر فاه وبيده قضيب من آس أخضر فكلما رفع التنين رأسه ضربه بالقضيب فأماله فلما رأاه النمرود هاله أمره فخاطبه معظما له معترفا بجليل حكمه وسأله أن يكون له صاحبا وصهيرا فأسعف رقبة النمرود في ذلك ثم افترقاه وتقول القبط أن كالكا كان يرتفع ويجلس على رأس الهرم ويقولون أيضا أنه أقام على رأس الهرم مدة في قبة لوح على رأسه حتى طمعت الملوك الذين حوله في ملكه فقصده ملك من ملوك الغرب يقال له سادوم في جيش عظيم وأقبل من نحو وادي هيت ليكبس أرض مصر فأقبل كالكا حتى بلغهم ثم هللهم بشيء من سحره يشبه الغمام شديد الحرارة فأقاموا تحته أياما لا يدرون إن يتوجهون من الحيرة وسار هو إلى مصر فتيامن الناس به فعرفهم بما جرى وأمرهم بالخروج إليهم ليعرفوا خبرهم فخرجوا فوجدوهم قد ماتوا عن آخرهم فنقلوا جميع ما خلفوه وكان كثيرا جدا فعجب الناس من ذلك وهبته الملوك حيبة لم يهابوها لأحد قبله وصوروا صورته في جميع الهياكل وملكهم زمانا وبنى في آخر عمره هيكلا لرجل من صوان أسود في ناحية الغرب وجعل له عيدا وبنى في وسطه نابوسا وحمل إليه مأراد من زهب وجوهر وحكم وعقاقير وعرفهم أنه ميت وأوصب الملك إلى أخيه ماليا الملك وكان شرابيا كثير الأكل والشرب منفردا بالرفاهية غير ناظر في شيء من أمر الحكمة وجعل أمر البلد إلى وزير له فكانت أيامه صالحة لهيبة أخيه كالكن وتقدمهم أنه لم يموت وأنه ذكر لهم موته لينظر ما تجري عليه أحوالهم وكان ماليا معجبا بالملك محبا للنساء ومعاشرتهن فكان له ثمانون امرأة ثم اتخذ امرأة من بعض ملوك منف وكانت عاقلة سديدة الرأي فحمته من النساء وكان بها معجبا ولها محبا وكان له بنون وبنات من سائر نسائه وكان أكبر بنيه يقال له توطيس فكان يستهجل أباه ويسترزل سيرته فأعمل الحيلة في قتله وحملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه وبعض وزرائه فهجم عليه في رواقه سكرون والمرأة معه فقتله وقتل المرأة وتولى الأمر بعده بعد أبيه توطيس وجلس على سرير الملك وكان جبارا جريئا شديد البأس مهيبا فدخل عليه الإشراف فهانوه ودعوا له فأمرهم بالإقبال على مصالحهم وترك ما لا يعنيه موعدهم بالإحسان والقبض تزعم أنه أول الفراعن بمصف وأنه فرعون إبراهيم عليه السلام وأن الفراعن سبعه هو أولهم وتذكر الناس ما عمل بأبيه وأنكروه واستقبحوا صلبه للمرأة وشعر بذلك فأنزلها ودفنها واستخفى بأمر الهياكل والكهان وكان من خبر إبراهيم عليه السلام معه أن إبراهيم لما هرب من قومه ومن النمرود وأشفق من المقام بالشام لا لا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود لأنه كان فر بها من سواد العراق فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته وخلف ابن أخيه لوطن بالشام وسارة إلى مصر وكانت سارة أجمل نساء العالم في وقتها ويقال أن يوسف ورس حواء من حسنها لأنها جدته فلما دخل مصر وراء الحرس المقيمون على باب المدينة حسن سارة عجبوا منها ورفعوا أمرها إلى الملك توطيس وقالوا له دخل رجل من أهل المشرق وماهو مرأة لم يرى الناس أجمل منها أجمل منها وجها ولا أكمل حسنا فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهيم وسأله عن خبره وبلده فأخبره فقال له ما هذه المرأة منك فقال له أختي فعرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب أن أراها فعرف الوزير إبراهيم بذلك فاستصعب ذلك ولم يمكنه مخالفته وعلم أن الله تعالى لا يسوءه في أهله فقال لسارة سير إلى الملك فقد طلبك ليراك وهو أمرأ لا يعصى فقال توما يصنع بي الملك وهو ما رآني قبل وإني لفار بازعة منه فقال أرجو أن تكوني بخير فقامت معه حتى دخلا على الملك في قصره فلما رآها الملك نظر منها إلى من زرعه وأفتنه فأمر بإخراج إبراهيم عليه السلام فخرج وندم على قوله أنها أخته وهو أن ما أراد أخته في الدين ووقع في قلب إبراهيم عليه السلام ما يقع في قلب الرجل إذا قلب على أهله فتمنى أنه لم يدخل مصر وقال اللهم لا تفضح إبراهيم في أهله فكشف الله له ما وراء الحيطان حتى صار ذلك كله كالزجاج الرقيق الصافي فرأى الملك وراءها فرودها الملك عن نفسها فامتنعت عليها فذهب ليمد يده إليها فقالت له أنك أن وضعت يدك علي أهلكت نفسك لأن لي ربا يمنعني منك فلم يلتفت إلى قولها ومد يده إليها فجفت يده دونها وبقي حائرا فقال لها زولي عني ما أصابني فقالت له لا أقتر على ذلك إلا أن يشاء ربي فإن ضمنت أن لا تعاود دعوته فعس أن يزيل ما نزل بك فقال لها لست أعود لما فعلت فدعت إلى الله تعالى فأذهب ما كان به فلما وثق بالصحة رودها ومناها فامتنعت عليه وقالت له قد عرفت ما جرى لك ثم مد يده إليها فجفت واضطربت عليه فاستغاس بها وأقسم بآلهته أنه إن أزالت عنه ما به لا يعاودها فدعت الله تعالى فزال ذلك عنه فرجع إلى حاله وقال لها أن لك ربا عظيما وليس مضيعت وأعظم قدرها وسألها عن إبراهيم عليه السلام فقالت هو زوجي وقريبي قال فأنه ذكر أنك أخته قالت صدق أن أخته في الدين وكل من على ديننا فهو أخ لنا فقال نعم الدين دينكم فوجهها إلى ابنته جوريا وكانت من العقل والكمال بمكان كبير فألقى الله محبة سر في قلبها فإكرمتها وعظمتها وأضافتها فأحسنت ضيافتها ووهبت لها مالا وجواهر فأتت به إبراهيم عليه السلام فقال ردي فلا حاجة لنا به فردته فذكرت ذلك جوريا لأبيها فعجب منها وقال إنها أولاء لقوم كرام وبنية طاهرة فتحيلت في برها بكل حيلة فلم تقبل منها شيئا فوهبت لها جارية قبطية من أحسن الجواري وعزمت عليها في قبولها فقبلتها وهي هاجر أم أسماعيل عليه السلام فلما أراد إبراهيم عليه السلام السفر من مصر عملت ابنة الملك حلوة كثيرة وأشياء من السكر والخبز وأشياء كثيرة من الطعام وملأت منها سلالا ودكت تحت الحلوة في كل سلة جوهرا نفيسا كثيرا وحليا مصوغا عجيبا فلما جاءتها سارة مودعة لها دفعت إليها تلك السلال وقالت يكون هذا معك تتزودين به قالت حتى أشاور صاحبي فشاورته فقال إذا كان مأكولا فخزي فقبلت ذلك منها وودعتها وانصرفت إلى إبراهيم عليه السلام فخرج هو وسارة وهاجر معه فلما أمعنوا في السير أخرجت سارة بعض تلك السلال ليأكلوا منها فلما أدخلت يدها وجدت الجوهر فلما فتشت سائر السلال وجدتها كذلك فأخرجت جميعه وعرفت إبراهيم عليه السلام بذلك وعرضت عليه فباع بعضه وحفر من سمنه البئر الذي جعلها للسبيل وفرق بعضه في وجوه الخير والبر وكان يضيف به كل من مر به وادخلت منه سارة وعاش توطيس إلى أن وجهت إليه هاجر من مكة أنها بمكان جذب وتستسقيه فأمر بحفر نهر في شرق مصر ثم بسفح الجبل حتى ينتهي إلى مرفأ السفن على البحر المالح فكان يحمل إليها الحنطة وأصناف الغلال فتصل إلى جدة وتحمل من هلاك على المطايا إلى مكة فأحيى بذلك الحجاز مدة ويقال أنها وجهت إليه بالحجاز تذكر ولادتها فسر بذلك ووجه إليها ذهبا وجوهرا تتخذ منه زينة لولدها فحلت الكعبة ببعضه وقيل أن كل ما حليت فيه الكعبة في ذلك العصر إنما أهداه الملك مالك مصر إليها وقيل أنه لكسرة ما كان حمله توطيس إلى الحجاز سمته هاجر والعرب الصادق وكذلك يسميه كثير من أهل الأسر وقيل أن توطيس سأل إبراهيم عليه السلام أن يبارك له في ولده فدع له بالبركة في مصر وعرفه إبراهيم أن ولده سيملكونها ويصير أمرها إليهم قرنا بعد قرن إلى آخر الزمان وتوطيس هذا أول فرعون كان بمصر وذكر أنه أكثر القتل حتى في قرابته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونسائه وفي كثير من الكهنة والحكماء وكان حريصا على سفك الدماء حريصا على الولد فلم يرزع غير ابنته جوريا وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يديه كثيرا وتمنعه من سفك الدماء فلم ينتهي وخافه كل أحد على نفسه فأبغضته ابنته وأبغضه الخاصة والعام وخافت جوريا زوال ملكهم بسببه فسمته فهلك وملك سبعين سنة واختلفوا بعد موته في التمليك عليهم وقالوا لن يملك علينا أحد من أهل بيته وأرادوا تمليك بعض ولد إيريت فقال بعض الوزراء قد علمتوا بفضل ابنته حوريا وحكمتها وما كانت تنكر على أبيها في أفعاله وما صنعت به حتى راحت الناس منه فأين تذهبون عنها وتبعه على ذلك أكثر القواد الكبار فتم لها الملك وملكت حوريا المملكة وجلست على سرير الملك ودخل عليها الناس فهنأوها ودعوا لها فإكرمتهم ووعدتهم بالإحسان وأخذت في جميع الأموال وفي حفظها فلم تلبس إلا يسيرا حتى اجتمع عندها من الأموال والحلي والجوهر والسياب ما لم يجتمع لملك قبلها وقدمت الحكماء والكهنة ورؤساء السحرة ورفعت أقدارهم وأمرت بتجديد الهياكل وأعظامها وصار من لم يرضها ولا يرضى بفعلها يشيء خبرها إلى إبريب فملك عليهم رجلا من ولد إبريت يقال له انداحس فعقد على رأسه تاجا وصار إليه جماعة من بني عمه وأهل بيته فأنفزت إليه جيشا تحاربه فلما رأى أنه لا طاقة له بها دعاها إلى الصلح وقطبها إلى نفسه وذكر لها أن الملك لا يقوم إلا بالرجال وخوفها أن يزول ملكهم بسببها ومكاناتها من الملك فعملت صنيعا وأمرت أن يحضر الناس على منازلهم فحضروا وأكلوا وشربوا وبذلت لهم الأموال وعرفتهم ما جرى إليه ذلك الرجل من خطبتهم فبعضهم صوب الرأي وبعضهم امتنى وقال لا نولي علينا غيرها لمعرفتنا بعقلها وفضلها وحكمتها وهي وارسة الملك ووسبوا على نفر ممن خلفهم فقتلوهم ثم خرجوا في جيش كثير فلقوا جيش الخارج عليها إيريت فهزموهم وقتلوا كثيرا منهم وهرب هو على أرض الشام وبها الكنعانيون من ولد عملاق فاستجار بملكهم وأخبره خبره ورغبة في مصر وعظم له أمرها وكنوزها وقرب له أخذها وضمنها له فجهزه ملك الشام بجيش عظيم إلى مصر وأرسل معه على الجيش رجلا عظيما من أصحابه واجتمع الناس كلهم بمصر وجهاتها على حوريا ففتحت خزائن أبيها وفرقت أكثره على الناس فأحبوها وأزعنوا لها بالطاعة وقوت السحرة بالمال ووعددهم بالإحسان فلما قرب عن داحس في جيوش الشام أمرت السحرة أن يعملوا عملا لتلك الجيوش وكان المقدم على الجيوش قائدا جليلا من عظماء قواد ملكهم يقال له جيرون فلما نزل أرض مصر بعثت حوريا طائرا من عقلاء النساء إلى ذلك القائد جيرون سرا من إن داحس تعرفه أنها رغبة في تزويجها إياه لأنها لا تختار أحدا من أهل بيتها وأنه إن قتل إن داحس كيفما أمكنه تزوجته وسلمت إليه ملك مصر ومنعت منه صاحبه فرغب جيرون في ذلك وفرح به وأرسل إلى إن داحس في مضربه على حسب عدته من إكرامه طعاما فيه سم فأكله فمات فأرسل إليها تنجزها ما وعدته فأرسلت إليه أن لا يجوز لي أن أتزوجك حتى تظهر في بلدي قوتك وحكمتك وتبني لي مدينة عجيبة وكان افتخارهم حين إزب البنيان وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العجائب وقالت له انتقل من موضع كذلك إلى غرب بلدنا فثم لنا آثار كثيرة فاقتفي تلك الآثار من الأعلام غيرها فانتقل إلى حيث أمرته وبنى مدينة بصحراء الغرب تدعى أن دومه وأخرج إليها من النيل نهرا وغرس فيها غروسا كثيرة وأقام بها منارا عاليا وعمل فوقه مجلسا وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملون والزجاج المسبوك وأبدع في عمله لأنها مدته بالصناع والأموال وكانت تكاتب صاحبه عنه بما تراه وتهاديه وهو لا يعلم فلما فرغ من بنيان المدينة أعلمها بذلك فأرسلت إليه أن لنا مدينة حصينة كانت لأولائنا وقد خربت وخرب حصنها فانتقل إليها وانظر في بنيانها وأصلاحها وأصلاح حصنها وأتقن أمورها وانتقل أنا خلال ذلك إلى المدينة التي بنيتها وأنقل إليها جميع ما أحتاج إليه فلما فرغت من إصلاح تلك المدينة أنفز إلى حينئز فأصير إليك لأبعد عن مدينتي وأهل بلدي فأني أكرى أن أدخل إليك بالقرب منهم فمضى حيث أمرته وجد في إصلاح الإسكندرية الثانية وإليها أمرته أن يمضي وأهل التاريخ لا يعرفون خبر إن داحس ويذكرون أن الذي قصد مصر هو الوليد بن دموع العملاقي وهو الثاني الفراعنة وأن سبب قصده لها أنه عطل علة طالت به فوجه ثقاته إلى كل جهة وإلى كل مكان ليحمل إليه مياهها حتى يعلم الماء الذي يلائم جسمه منها فأتى غلام له مملكة مصر فرأ سعتها وفائدها وألطافها فعاد إليه فأعلمه بحالها وجل له أمرها وحمل إليه من مائها وغرائبها فقصدها في جيش كسيف حتى خط عليها وكاتب الملكة وخطبها إلى نفسه فوجهت إليه من أشرف على حاله فرأ قوما عظاما لا تقوموا بحربهم فأجابته إلى التزويج وشرطت عليه أن يبني لها مدينة عظيمة يظهر فيها قوته ويجعلها إنزالها فأجابها ودخل مصر وشقها إلى ناحية الغرب ليبني المدينة بناحية الإسكندرية فأمرت بأن يلقى بالرياحين وأصناف الفواكه فمضى إلى ناحية الإسكندرية وقد خربت بعد خروج العادية عنها فنقل ما وجد فيها من حجارتها ومعالمها ووضع أساس مدينة عظيمة وبعثت هي إليه مائة ألف من الفعلة والخدم فأقام في بنيانها مدة طويلة حتى أنفق فيها جميع ما كان معه من المال وكلما وضع طول يومه من الحجارة في الأساس خرجت في الليل دواب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهرا فاقتم لذلك غما شديدا وشغله الفكر فيها وكانت حوريا أنفدت إليه ألف لبون من الماعز ليشرب لبنها ويستعمله في مطبخه فدفعها إلى راعي يسق به وكان ذلك الراعي يطوف بها ويرعاها فيما هنالك وكان إذا رجع عند المساء خرجت إليه من البحر جارية حسناء فتتوق نفسه إليها فإذا كلمها شرطت عليه أن يصارعها فأنصرعها كانت له وأنصرعته أخذت من تلك الماعز إسنتين ثم يعود يوما آخر فيحمله حبه لها على الطمع في غلبتها فتصرعه وتأخذ إسنتين فبطول المدة نقصت الماعز نخو نصفها وتغيرت الباقيات منها لشغله بحب تلك الجارية عن الاهتمام برعيها وتغير الراعي أيضا في جسمه ولونه فمر به صاحبه في بعض الأيام فوقف عليه فلما رأى الراعي متغيرا والماعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتها فسأله عن نقصانها فوصف له الراعي الأمر على وجهه خوف سطوطه فقال له في أي وقت تخرج قال قرب المساء فلبس هو سياب الراعي وتولى هو بنفسه رعاية الماعز يومه إلى المساء وخرجت الجارية فعارضها فشرطت عليه شرطها فأجابها فلما تصارعا صرعها وقبض عليها وشد وساقها فقالت له إن كان ولابد من أخذي فسلمني إلى صاحبي الأول فإنه ألطف بي وقد عذبته زمانا طويلة فردها عليه وقال له إذا خلوت بها فسألها عن هذا البنيان الذي بنيته فيزيل من ليلته من يفعل ذلك فإن كان عندها علم منه فسألها إن كان في دفع ذلك حيلة ومضى وتركه معها فلما سألها عن ذلك قالت أن في البحر دواب تخرج كل ليلة فتنزع بنيانكم قال لها فهل في دفع ذلك من حيلة قالت نعم فقال وما هي فقالت أعلمك كلاما تكتبه في قراطيس وتربطه في حجارة صغار فيدخل الرجال المصورون في مراكب صغار ومعهم القراطيس والأنقاص في وسط النهار إلى موضع كذا من البحر ثم يلقون ويرمون القراطيس المكتوبة في الماء يمينا وشمالا ثم يمكثون ساعة فلا تبقى دابة إلا أتت ذلك الموضع ودارت وظهرت فوق الماء فيصور المصورون مثلها في تلك القراطيس ويتحرون التشبيه ما قدروا ويكثرون من تلك التصاوير ما أمكان ثم يخرجون وتمثل أمثال تلك الصور من الصفر والنحاس والحجارة وتنصب أمام البنيان بينه وبين البخر فأن تلك الدوابزة خرجت ورأت تلك الأشكال هربت فلم تعد إلى ذلك الموضع وعلمته الكلام حتى حفظه فسار الراعي أول الصباح إلى صاحبه فعرفه الخبر وكتب الكلام ففعل الملك ذلك فانقطعت تلك الدواب وتم البنيان فبنى المدينة وأتمها وأكملها وقال قوم من أصحاب التاريخ أن صاحب البناء والمعز هو جيرون المؤتفكي كان قصدهم قبل الوليد وأن الوليد أتاه بعد حوريا فقهرهم وملك مصاب فذكروا أن الأموال التي كانت مع جيرون نفزت كلها في تلك المدينة ولم يتم البنيان فأمر الراعي أن يسأل تلك الجارية عن كنوز قريبة منهم فسألها فقالت أن في موضع كذا من المدينة خرجت ملعبا مستديرا حوله سبعة أعمدة على رأس كل عمود تمثال صفر قائم فقرب لكل تمثال منها ثورا سمينا وألطخ العمود الذي تحته بدم السور وبخره بشعره من ذنبه وشيء من نحاط قرنه وأظافره وتقول هذا قربانك فأطلق لي ما عندك فإذا أنت فعلت ذلك فقس من كل عمود إلى الجهة التي يتوجه بها إليها وجه التمثال الذي فوقه مئة زراء وحفر وليكن ذلك في امتلاء القمر واستقامة زحل فأنك تنتهي إذا نزلت خمسين زراء إلى بلاطة عظيمة فالطخها بمرارة السور وقلعها فأنك تجد تحتها بابا تنزل منه إلى سرداب طوله خمسون زراء في آخره باب مقفل ومفتاح القفل تحت عتبة الباب فأخذه والطخ القفل ببقية مرارة السور ودمه وبخره بشعره وبنحاطة أظافره وقرنه وافتح الباب وادخله بعد أن توسخ رتاجه فأذا دخلته فأنك ترى مستقبلك صنما من حجر في عنقه لوح صغير معلق من صفر مكتوب فيه جميع ما في الخزائن من مال وجواهر وتمثال وزخيرة ودواء وأعجوبة فأخذ منه ما شئت وكذلك ففعل بكل عمود وتمثال فأنك تجد مثل تلك الخزانة سواء وهذه نواويس الملوك وكنوزهم فوصف الراعي بصاحبه جميع ما قالته الجارية فلما سمع ذلك سر به سرورا عجيبا وعمله أسرع ما أمكنه فوجد ما لا يدرك وصفه فوجد من العجائب شيئا كثيرا فأتم بناء المدينة واتصل ذلك بحورية فأساءها وأنما كانت أرادت إطعابه وأشغاله وإزهاب ماله ويقال أنه وجد فيها من العجائب درج ذهب مختوم فيه مكحلة زبرجل فيها زرور أخضر وماهو عرق جوهر أحمر فمن اكتحل من ذلك الذرور وهو أشيب عاد شابا وأسود وسود شعره ولحيته وأضاع بصره حتى يدرك النظر إلى الروحانيين ووجد تمسال غراب من حجر إذا سئل عن شيء صوت أجابه عنه ويقال أنه كان في كل خزانة عشرون أعجوبة فلما فرغ من بنيان المدينة وجه إليها بعلمها بذلك ويحثها على القدوم إليه ويتشك من طول الأمد وكسرت الشقاء له ولأصحابه فوجهت إليه فرشا فاخرا وقالت أفرشه في المجلس الذي تجلس فيه وأقسم جيشك أثلاسا فانفذ إلي سلسه فأنا ماشية عند وصوله عندي إليك فإذا وصلت مسافة كذا موضعا عينته له فانفذ إلى ذلك السلس الثاني فإذا بلغت سلسي الطريق فانفذ إلي السلس الثالث ليكون حملته من ورائي لألا يراني أحد منهم إذا دخلت عليك ولا يبقى هناك إلا صبية يخدمونك ممن تسق بهم فأني أوافيك في جوار تكنفك من خدمنا لا احتشم منهم ففعل ما قالت وجعلت تحمل إليه الجهاز والأموال على كل صنف وفي كل يوم حتى علم مسيرها فوجه إليها سلسة جيشه فعملت لهم من الأطعمة والأشربة المسمومة فوق الحاجة فلما وصل الجيش إليهم أشغلتهم الجوار والولدان بالأطعمة والأشربة والطيب والرياحين فلم يصبح منهم أحدا حيا ومن أصبح منهم حيا قتل وقد كانت وكلت بهم من جيوشها من يفعل ذلك ووجهت إلى كل جهة من يطبط الطرق ويحرسها حتى لا يصل إليه خبر من ذلك وأخذت جميع ما خلفوه ونقلته إلى مصر وسارت فلقيها الثلسة الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتبت إليه تعرفه أن وجهت ما وصل إليها من جيشه إلى مصر ومملكتها في تلك الجهات بيحفظها خلال كونها عنده ثم وصل إليها الثلسة الثالث من جنده فجرى عمره مجرى الثلثين الأولين إلى أن وصلت إليه وماها عسكر مجرد من سقاط رجالها وأعيان جيشها وقرسانيا فلم يشعر إلا وهم قد أحاطوا به في القصر الذي بناه بالإسكندرية فدخلت عليه هي وجواريها معه ففتحت ضئرها في وجهه نفخت ذهب بما له ورشت عليه ما كان معها فارتعبت مفاصله وخذلت قوته وقالت من ظل أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه وغلبته النساء ثم قصدت بعض عروقه وشربت من دمه وقالت دماء الملوك شفاء وقتلته وأخذت رأسه فوجهت به إلى قصرها ونصبته عليه وحملت تلك الأموال إلى منف وبنت منار الإسكندرية وزبرت عليها اسمها واسمه وما فعلته به والتاريخ على المنار واتصل خبرها بالملوك الذين يتزاحمون على بلادها فهابوها وخافوا من حيالها وأذاعوا لها وهادوها وتصنعوا لها وعملت بمصر عجائب كثيرة وأمرت أن يبنى على حدود مصر من ناحية النوبة حصن وقنطرة يجري النيل من تحتها فعملت ذلك واعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقلد الملك أحدا ترضاه ليكون ملكهم ولم يكن في ذلك الوقت أحدا من ولد أبيها ولا من أهل بيته يصلح للملك فقلدت الأمر إلى ابنة عمها وملكتها عليهم وهي دوليفة مأموم وكانت جارية عزراء من عقلاء النساء وكبرائهن فأخذت لها المواصيق من أهل مصر وسائر بلادها ألا يسلموها لعدو وأن يمنعوا من يتعرض لها وسلمت إليها مفاتيح خزائنها وأطلعتها على كنوزها وكنوز آبائها وأمرت إذا ماتت أن يضمت جسدها بالكافور وتحمل إلى المدينة التي بنيت لها في صحراء الغرب وقد كانت بنت لها ناووسا عجيبا ونقلت إليه أصناما للكواكب وزينته بأحسن الزينة وجعلت له خدمة وسدنة وأسكنت تلك المدينة جماعة من الكهنة وأصحاب العلوم وأسكنت بها جيشا يحميها فعمرت تلك المدينة ولم تزل على حالها من العمارة إلى أن أخربها بخت نصر وحمل بعض كنوزها وجلست دوليفا على سرير الملك واجتمع الناس إليها وتألفت كلمتهم عليها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم كثيرا من الخراج لتلك السنة وقام عليها أيمن صاحب الأندلس يطلب ثأر خاله أنداحس واستنصر عليها بملك العمالقة فنصره لمكان إنداحس منه ووجه معه قائدا بجيش كسيف وبلغ الأمر دوليفا فأخرجت إليه بعض قوادها فالتقوا بموضع يعرف بالعريش وجعلت سعرة الفريقين يظهرون العجائب العظيمة ويسمعون الأصوات التي تفزع الأسماء وتؤلم القلوب وأقاموا مدة يتوافقون للحرب ثم يتراجعون فهلك منهم عالم من الناس ثم انهزم أصحاب دوليفا إلى منف وأيمن في أسرهم ومضت دوليفا في جمع من جيشها إلى ناحية الصعيد فنزلت بأشمون وأنفذت من قدرت عليه من الجيوش إليهم فوقعت الحرب معهم بجهات ألف يوم وضعف أصحاب دوليفا عنهم لكسرتهم وشدة صبرهم فاستنصرت بأهل مدائن الصعيد فحاربوا أصحاب أيمن فأزالوهم عن منف وقد كانوا زفروا بها وعاثوا فيها فهزموهم حتى ركبوا المراكب وعادوا إلى ناحية الشمال وكان معهم ساحر من أهلي قفط فأظهر سحره نارا أحالت بينهم وبين أصحاب دوليفا فانحازوا عنهم واستعدوا وعادوا لما كانوا فيه من الجد والطلب وفزع أهل مصر لطول المدة وعجزت جيوش عن مقاتلتهم وأشفقوا من خروج مصر من أيديهم فوجهوا سفراء بينهم غلى أن يجعلوا البلد قسما بينهم فأجاب كل واحد منهم إلى الصلح وأن دوليفا بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت وأخرجت الأموال والجواهر ففرقتها في الناس وقد كان بعضهم لامها في الصلح فرجعت إلى الحرب واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشهر ثم ظهر أيمن عليها وهزمها ولجأت إلى ناحية قوس وصار خلفها وتمكن من المملكة فلما رأت حقيقة الأمر ونكول جندها وعجز كهنتها وسحارتها وأنها لابد لها أن تغلب سمت نفسها فهلكت وملك بعدها أيمن الملك صاحب الأندلس ملك مصر فتجبر وعتع وقتل خلقا من مكان مع دوليفا وكان الوليد بن دومة العملاقي قد خرج في جيش عظيم ينتقل في البلدان يغلب ملوكها ليسكن ما يوافق غرضه منها ويعتدل حال جسمه فيها على ما يتقدم من ذكر علته فلما انتهى إلى الشام انتهى إليه خبر مصر وجلالة قدرها وأن أمرها قد صار إلى النساء وباد ملوكها ووجه إليها غلاما له يسمى عونا بجيش عظيم فوصل إلى مصر وأيمن ودوليفا يقتتلان ففتحها وحوى أموالها وكنوزها وغاب خبره عن الوليد فلم يشك في هلاكه وهلاك الجيش الذي كان معه لما كان يعلم من طلاصم مصر ومكر كهنتها ثم اتصل به أن عبده قد ملكها فسار إلى مصر وتلقاه العبد وعرفه أنه كان يسير إليه بما أخره ما أراد من تعديل الملك وأصلاحه فقبل قوله ودخل مصر الوليد بن دوم العملاقي وملكها فاستباح أهلها وأخذ أموالها وتتبع ما أمكنه الوصول إليه من كنوزها وهبط إليه أيمن بالطاعة من الصعيد ومدتها سامعا له إذا كان عسكره من قبله ومن أعانه بملكه وجيشه حتى أخذ بسأر خاله أنداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أمر ثم سمح له أن يمشي حتى يقف على مخرج النيل ويغزو من ناحيته من الأمم فأقام سلاس سنين يستعد لذلك حتى أصلح جميع ما أحتاج إليه واستخلف عبده عونا على البلد وخرج في جيش كسيف وعدد عظيمة فلم يمر بأم ألا أبادها فيقال أنه أقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر على أمم السودان وجاوزهم ومر على أرض الزهب فوجد فيها مواضع فيها قضبان سابتة وهي بلاد عانة ولم يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء النيل إليها من الأنهار التي تخرج من جبل القمر وجبل شامخ عريض طويل وأنما سمي جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لأنه خرج كثيرا عن خط الاستواء ونظر إليه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالأنهار الراقراق فيصير بعضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيها ويصير بعضها إلى حظيرة عظيمة ثم يخرج من كل حظيرة نهر عظيم ينصب إلى حظيرة عظيمة يجتمع النهران فيها وهي البطيحة الكبيرة وهي بعد خط الاستواء وقبل الإقليم الأول ويخرج من تلك البطيحة نهر واحد ويجوز خط الاستواء ويجري إلى مصر ويمده نهر آخر من ناحية مكران يصب فيه عند أول جبل معظم في سلسل إقليم الأول ويذكر أن هذين النهرين يزيدان وينقصان فيهما التماسيح وسمك كأمثال سمك النيل ويخرج منه نهر عظيم على مقربة من آخر شرقي جبل القمر وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فيه قماقم النحاس الذي عملها هرموس الأول في وقت البوتشير الأول البوتشير الأول بن قفطويم بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام وهي 85 صورة جعلها جامعة لمن يخرج من الماء من الجبل وبمعاقد وبمصاب مدبرة يجري منها إلى تلك الصور ويخرج من حلوقها على قياس معلوم وأزرع معدودة معلومة ثم ينصب في أفواه الصور في أنهار كثيرة ويتصل بالبطيحتين ويخرج منها كما قلنا إلى البطيحة الجامعة للماء الذي يخرج من جبل القمر وقد هندس في تلك ورتب مقدارا من الماء في كل صورة ما معه صلاح البلدان التي يمر بها وينفع أهلها دون الفساد وسطح قبل انتهاء المسطح 18 زراع بالزراع التي زرعها مقدار 32 أصبعا فما فضل عن ذلك عدل به عن يمين تلك الصور ويسارها إلى مسارب تخرج عن يمين القصر ويساره تنصب إلى غياط ورمال لا عمرة فيها وقد ذكر قوم من أهل الأسر أن الأنهار الأربعة تخرج من أصل واحد من قبة في أرض الزهب التي من وراء البحر المظلم وهي السيحان وجيحان والنيل والفرات وذكر بعضها أنها من الجنة وأن تلك القبة من زبرجة وأن جميع هذه الأنهار قبل أن يسلك إلى البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك ومن من جاء بهذا وذكره أب صالح كاتب الليس وغيره من المحدثين ذكروا أن رجلا من ولد العيس بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام يقال له حايد وصل إلى القبة وله خبر يطول ذكره هذا الخبر الذي قال المسعودي أنه يطول ذكره أثبته هنا وأن لم يكن هو ذكره لأنه بموضعه وهو من كتاب العظمة رواه ببغداد الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان وهو يحدث به إلى الآن عن شيوخه ببغداد بأسانيد ذكرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النيل يخرج من الجنة ولو التمستم فيه حين يمج لو وجدتم من ورقها حدثني أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثني علي بن داوت قال حدثني عبدالله بن صالح قال حدثني الليس بن سعد قال زعم والله أعلم أن كل رجل من بني العيس يقال له حايد بن أبي سلوم من العيس بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام أنه خرج هاربا من ملك من ملوكهم حتى دخل أرض مصر فأقام بها سنين فلما رأى عجائب نيلها وما يأتي به جعل الله تعالى أن لا يفارق ساحله حتى يبلغ منتهى من حيث يخرج أو يموت قبل ذلك فسار عليه قال بعضهم سلاسين سنة في عبر الماء وقال بعضهم خمسة عشرة سنة كذا وخمسة عشرة ثنة كذا حتى انتهى إلى بحر فنظر إلى النيل مقبلا فصعد على ساحل البحر وإذا هو برجل قائم يصلي تحت شجر التفاح فلما رأاه استأنس به وسلم عليه فسأله الرجل صاحب الشجر وقال له من أنت فقال أنا حايد بن أبي سلوم بن العيس بن إسحاق بن إبراهيم ومن أنت أصلحك الله قال له أنا عمران فما الذي جاء بك هاهنا يا حايد حتى انتهيت لهذا الموضع فإن الله تعالى أوحى إلي أن أقف في هذا الموضع حتى يأتي أمره فقال له حايد أخبرني يا عمران ما انتهى إليك من خبر هذا النيل وهل بلغك أن أحدا من بني آدم يبلغه فقال عمران قد بلغني أن رجلا من ولد العيس يبلغه ولا أظنه غيرك يا حايد فقال حايد يا عمران كيف الطريق إليه فقال له عمران لست أخبرك إلا أن تجعل لي ما سألتك وقال وما ذلك يا عمران قال إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي إلي بأمرك أو يتوفاني الله تعالى فتدفنني قال له لك ذلك علي قال سير كما أنت على هذا البحر فأنك تصل إلى موضع فيه دابة ترى أولاها حتى ترى آخرها فلا يهولنك أمرها فاركبها فأنها دابة معادية للشمس إذا طلعت أهوت إليها لتلتقمها حتى يحول بينها حجاب فإذا غربت أهوت إليها لتلتقمها فاذأركبتها فصل راجعا عليها حتى تنتهي إلى النيل فنزل عنها فأنك ستنزل وتبلغ أرض من جديد جبالها وأشجارها وسهلها من نحاس فإن جستها وقعت في أرض من فضة جبالها وأشجارها وسهلها من فضة فإن جستها وقعت في أرض من زهب جبالها وسهلها من ذهب فما ينتهي إليك علم النيل فسار حتى انتهى إلى أرض الحديد ثم منها إلى أرض النحاس ثم منها إلى أرض الفضة ثم منها إلى أرض الزهب فسار فيها حتى انتهى إلى سور من زهب وشرفه من زهب فيه قبة من زهب لها أربعة أبواب ونظر إلى الماء ينحدر من ذلك السور حتى يستقر في القبة ثم يفرق فيخرج على الأنهار الأربعة وأما ما يخرج من السلاسة فيقبط في الأرض وواحد يشق على وجه الأرض وهو النيل فشرب منه واستراح وأهوى إلى السور ليصاب فأتاه ملك فقال له يا حايد مكانك فقد انتهى إليك علم هذا النيل وهذه الجنة والماء ينزل من الجنة فقال أني أريد أن أنظر في الجنة قال أنك لن تستطيع دخولها اليوم يا حايد فقال أي شيء هذا الذي أراه قال هذا الفلك الذي تدور فيه الشمس والقمر وهو شبه الروحة قال أني أريد أن أركبه وأدور فيه فقال بعضهم أنه ركبه في دار الدنيا وقال بعضهم أنه لم يركبه فقال له الملك يا حايد إنه سيأتيك رزقك من الجنة فلا تؤثر عليه شيئا من الدنيا فإنه لا ينبغي لشيء من الجنة أن يؤثر عليه شيء فإنه يبقى ما بقيت قال فبينما هو كذلك سنزل عليه عنقود من عنب فيه سلاسة ألوان لون كالذبرجة الأخضر ولون كاللؤلؤ الأبيض ولون كالياقوت الأحمر ثم قال يا حايد قد انتهى إليك علم هذا النيل فقال ما هذه السلاسة التي تفيض في الأرض قال أحدها الفرات والثاني سيحان والثالث جيحان فرجع حايد حتى انتهى إلى الدابة فركبها فلما أهوت الشمس للغروب قزفت به في الموقع الذي ركبها فيه فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده قد مات فأقام على قبره سلاسا فأقبل شيخ متشبه بالناس أغر من السجود فبكى على عمران ثم أقبل إلى حايد فسلم عليه ثم قال له يا حايد ما الذي انتهى إليك من علم النيل فأخبره فقال له الرجل هكذا نجده في الكتب وكان التفاح قد ظهر في تلك الشجرة من أحسن شيء فأغراه الشيخ وقال لحايد ألا تأكل منه شيئا؟ قال معي رزقي قد أعطيته من الجنة ونهيت ألا أؤثر عليه شيئا من الدنيا قال صدقت يا حايد لا ينبغي لشيء من الجنة أن يؤثر عليه شيء من الدنيا وهل رأيت في الدنيا متاع مثل هذا التفاح وأنما هذه الشجرة أخرجها الله من الجنة لعمران ليعيشوا منها فأنبتها له في هذه الأرض وليست من الدنيا وما تركها إلا لك ولو وليت لرفعت فلم يزل به حتى أخذ منها تفاحة فبعضه عليها عض الملك على يديه وقال له أتعرفه هو الذي أخرج أباك من الجنة أما أنه لو سلمت بهذا العنقود الذي معك لأكل منه أهل الدنيا فلم ينفذ منه الآن مجهودك أن يبلغك فكان مجهوده أن بلغه فأقبل حايد حتى بلغ مصر فأخبرهم بهذا الخبر ومات رحمه الله وتم الخبر الذي أثبته وليس من الأم ورجع الكلام إلى حيث انقطع وقال آخرون تنقسم هذه الأنهار إلى 72 قسما حذاء 72 لسانا للأمم المسكورة وقال آخرون إنما هذه الأنهار من سلوش تنزل في أيامها وتتكاثف هناك فتحملها حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة فتسيل إلى هذه الأنهار فتسقي لما أراد الله جل وتعالى من تدبير خلقه وترجع إلى ذكر الوليد لما بلغ جبل القمر رأى جبلا عظيما فأعمل الحيلة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه فأشرف منه على البحر الأسود الزفتي النتن ونظر إلى النيل يجري عليه كالأنهار الرقرق فانتهى من ذلك البحر روائح منتنة هلك بها كثير من أصحابه فأسرع بالنزول بعد أن كاد يهلك وذكر قوم أنه لم يرى هناك شمسا ولا قمرا ولا نورا أحمر كنور الشمس عند غروبها وقالوا أنه أقام في غيبته مدة عشرين سنة وأن عون أعلام التجبر بمصر بعد سبع سنين من مسيره وادع أنه الملك وادع أنه لم يكن عبد الوليد وأنه أخوه وله الملك من بعده وريب على الناس واستعانى بالسحرة عليهم وأسنى جوائز السحرة والكهنة ولم يمنعهم محابهم فمال إليه الناس ووسقوا بأمره ولم يترك أمرأة من بنات ملوك مصر إلا نكحها ولا مالا إلا آخذه وقتل صاحبه وكان مع ذلك يكرم الهياكل والكهنة فكان الناس يمسكون عنه إشفاقا منهم من السحرة الذين أطافوا به إلى الرأى في منامه الوليد وكان يقول له من أمرك أن تتسمى بإسم الملك وقد علمت أنه من فعل استحق القتل ونكحت إلى ذلك بنات الملوك وأخست الأموال بغير واجب وكأنه أمر بقدور فملئت زفتا ثم غلية على النار وأحميت وكأنه يغمسه فيها فلما غلية أمر بنزع سيابه فأتى طائر في صورة عقاب فاختطفه من أيديه معلق به في الجو فجعله في هوة على رأس جبل وكأنه سقط على رأس الجبل إلى واد فيه حماءة منتنة فانتبه مزعورا طائر القلب وكان في طول فعله ذلك في تملكه إذا خطرت بقلبه من ذكر الوليد خطرة يكاد عقله أن يزول فرقا منه لما يعلمه من فزازاته وبطشه وقوته وكاد مر يوقن بهلاكه لطول غيبته وانقطاع خبره وكان مر يخاف أنه حي فلما رأى الرؤية لم يشك في حياة الوليد فأضمر في نفسه الهرب من مصر في الأموال فأطلع بعض السحرة مما كان يسق به على أموره وقال له إني خائف من الوليد وقد عزمت على الهرب من مصر فما عندكم؟ قالوا له نحن نحميك على أن تقبل منا قال قولوا قالوا له نعمل عقابا وتعبده فأن الذي خلصك منه في نومك هو بعض الروحانيين وهو يريد منك أن تعمل صورته فتعبده قال عون أشهد لقد قال لي وأنا أسمع أعرف لي هذا المقام ولا تنسه قالوا له بينا نحن لك ذلك فسمع منهم وعمل عقابا من ذهب وجعل عينيه من جوهرتين موشحتين بأصناف العمل الغريب وعمل له هيكلا لطيفا واجعله في صدره وأوحى عليه ستور الحرير فأقبل عليه السحر على خدمته بالبخور والقربان إلى أن نطق لهم فأقام عون على عادته ودع الناس إلى ذلك فأجابوا فلما مضت لذلك مدة أمر العقاب ببناء مدينة يحوله إليها فتكون حرزا له ومعقلا من كل أحد فأمر عون كل فاعل بمصر أن يجتمعوا له وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى سحارة الغرب ويطلبوا إليه أرضا حسنة الاستواء ويكون المدخل فيها بين فجوج صعبة وجبال وعيرة ويتوخى أن تكون تلك الأرض قريبة من مغاص المياه فكان مغيض الماء وهو اليوم الفيون وكان مغيضا لمياه النيل حتى أصلحه يوسف عليه السلام وأنما أراد عون قرب مكان المدينة من مغيض الماء ليجري الماء إليها منها فخرج أصحابه يطوفون في الأرض فأقاموا في ذلك شهرا حتى وجدوا له بغيته فلم يبقى بمصر فاعل ولا مهندس ممن كان يفتت الصخور ويقطعها ويعمل شيئا مما يصلح للبنيان إلا وجهه وأنفز معهم ألف فارس في طاعتهم وأنفز معهم جميع الآلات وأقام في توجيه الزادة إليهم شهرا على العجل وطرق العجل اليوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب من خلف الأهرام وهي التي أقصدها أصحاب المطالب وهي بنية مشهورة فلما تكامل لهم ما يريدونه من قطع الأحجار ونحتها أعدوه من العدد وخطوا موضع المدينة وجعلوه فرصخين في مثلها وحفروا في وسطها بئرا وجعلوا في تلك البئر تمثالا من نحاس صورة خنزير نحاسية بأخلاط وجعلوا وجهه إلى الشرق وكان ذلك بطالع زحل واستقامته وسلامته من المناضين له وهو في شرفه وأخذوا خنزيرا فزبحوه ولطخوا وجهه بدمه وبخروه بشعره وأخذوا شيئا من شعره ولحمه ودمه ومراراته فجعلوا ذلك في جوف خنزير من النحاس ونقشوا عليه آيات زحل ثم شقوا في البار اخدودا من أربعة أوجه للمدينة وجعلوا فيها شوارع يتصل كل شارع فيها بباب من أبواب المدينة ووصلوا ما بينها بالمنازل الحسنة والطرقات وجعلوا حول القبة تماثيل من نحاس بأيديهم حراب ووجوهها مقابلة لتلك الأبواب وجعلوا أساس المدينة من حجر أسود وفوقه حجر أخمر وفوقه حجر أخضر وفوقه حجر أصفر وفوق الكل أبيض شفاف مسقبة كلها بالرصاص المصبوب بينها وفي قلوبها أعمدت الحديد على صفة بناء الأهرام وجعل طول حصنها ستين زراعا ونصف زراع وعلى كل باب من أبوابها من أعلى الحصن تمثال عقاب كبير من صفر وأخلاط أجواف ناشر الجناحين وعلى كل من أركان المدينة صورة فارس في يده حربة ووجهه إلى خارج المدينة وساق الماء إلى ناحية الباب الشرقي ينحدر في صبيب إلى الماء البحري ويخرج إلى بطائح هناك وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشمال وكان لتلك المدينة أربعة أعياد في السنة في كل وقت تحول فيه العقاب إلى الجهات الأربع فلما تم العون ذلك اطمأن قلبه وسكنت نفسه إلى أن وفاه كتاب الوليد من ناحية النوبة فأمره أن ينفذ إليه الأزودة وينصب له الأسواق فوجه عون ذلك كله من أحسن شيء وأتمه في المراكب وعلى الظهر وحول جميع عياله ومن اصطفاه من بنات الملوك من مصر وكبرائها إلى المدينة المبنية فلما قرب دخول الوليد مصر تحول هو إلى مدينته فتحصن بها وخلف للوليد خليفة يكون بين يديه فدخل الوليد مصر فتلقاه الناس وشكوا إليه عونا وما حل بهم منه فقال وأين عون؟ قالوا فر عنك وتحصن دونك فاغتاز وأمر أن ينفذ إليه جيش كثيف فعرفوه كيف بنى مدينته وأمكن فيها معه من السحرة وأن أمره صعب فما يكون إلا بعد نظر شاف واستعداد كاف فكتب إليه بأمره بالقدوم عليه ويحذره التخلف عنه ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به ببضع لحمه بعد المبالغة في عذابه فرد عليه عون جوابا يقول فيه ما على الملك مني في هذا الموضع ولا أتعرض لبلده ولا أعبس في شيء منه لأني عبده وأنا في هذه الجهة حامي له من كل عدو يقصده من ناحية من نواحي الغرب ولا أقدر على المسير إليه لخوفي منه على نفسي فليقرني الملك على حالي كأحد عماله ووجه إليه في كل وقت ما يلزمني من خراجه ومن هداياه ووجه مع الجواب أموالا جزيلة جليلة وجوهرا نفيسا فلما رأى الملك ذلك قنع به وكف عنه فأقام الوليد بمصر فاستعبد أهلها واستباح حريمهم وأموالهم مئة سنة وعشرين سنة فأبغضوه وشتموه وأنه ركب في بعض الأيام متصيدا فألقاه فرسه في هوة من الأرض فقتله وأراح الناس منه وكان ابنه الريان ينكر فعله ولا يرضاه منه فلما هلك عمل له ناوسا قرب الأهرام وقيل أنه دفن في أحد الأهرام ثم ملك بعده ابنه الريان الملك وهو فرعون يوسف عليه السلام والقبض تسمية بهراوس فجلس على سرير الملك وكان عظيم الخلق جميل الوجه عاقلا متمكنا من العلم فدخل عليه الناس وهنأوه ودعوا له فتكلم بجميل ومنى الناس ووعدهم بالإحسان وأسقط عنهم الخراج ثلاث سنين فدعوا له وأسنوا عليه وشكروا فأمر بفتح خلق خزائن وفرق ما فيها على الخاص والعام ممن حضر مجلسه فخرجوا عنه شاكرين له محبين فيه فملك وأحسن وتمكنت منه أريحية الصبه فملك على البلد رجلا من أهل بيته يقال له المعين وهو الذي يسميه أهل الأسر العزيز وكان من أولاد الوزراء عاقلا متمكنا من عقله حصيف الرأي كثير نزاهة النفس مستعملا العدل والصلاح وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة يجلس عليه وكان يغضو ويروح إلى باب الملك ويخرج العمال وجميع الوزراء والكتاب بين يديه عند مسيره وعند رجوعه فقام بالملك وكفى الملك مهمة وأصلح جميع الأمور ووطعت البلاد وآمن الناس وأقام سوق العدل والملك نهراوس منغمس في لزاته معتكف على لهه لا ينظر في عمل ولا يفكر في أمر ولا يخاطبه أحد فأقام لذلك حينا من الدهري والبلد عامر والخراج مدر يقال أنه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف ألف مسقال فجعلها أقساما فما كان له ولنسائه ولمائدته حمل إليه وما كان في أرزاق الجيوش والكهنة والفلاسفة وأصحاب الصناع ومصانع البلد وأصلاح العقار والحرس والغرس وأصحاب المهن حمل إليهم وما فضل عن ذلك كله حمل إلى خزائن الملك في قصره ونهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء في شيء من ذلك ولسائل عنه وقد عملت له عدة منتزهات على عدة أيام السنة فكان في كل يوم في موضع منها فإذا كان من الغد انتقر إلى موضع آخر في كل يوم في موضع من الفرش والآن يا ما ليس في غيره ولما استقر في مصر حشد جنوده من جميع الأعمال واستعد لغزو ملوك الغرب فخرج في تسعمائة ألف مقاتل واتصل بالملوك خبره فمنهم من تنح عن طريقه ومنهم من دخل في طاعته ومنهم من بزل الأموال والزخائر وصالح بلده ومنهم من قهره واستباحه ومر بأرض البربر فأخذ كثيرا منها ووجه قائدا يقال لهم ريطس فركب في سفر كثير وأخذ سواحل البحر فقتل بعض البربر ودخل أرضهم وصالحه بعضهم وحملوا إليه الأموال ومضى الملك إلى أفريقية وقرطاجنة فصالحوه على ألطاف وأموال كثيرة حملوها إليه ومر حتى بلغ مصب البحر الأخضر إلى بحر الروم وعمل هناك صرما من نحوس وهو الموضع الذي فيه الأصنام القديمة وأقام تحته علما عظيما وذبر عليه اسمه وتاريخ الوقت وصفت الأمر الذي خرج إليه وضرب على أهل تلك النواحي خراجا وعبر إلى الأراضي الكبيرة وصار إلى الأفرنجة وسار إلى الأندلس وصاحبها عند ذلك اللازريق فحاربه أياما وقتر من أصحابه خلقا كثيرا وصالحوه بعد ذلك على زهب كثير في كل سنة يحمل إليه وعلى أن لا يغز أحدا في البحر ولا في البر شيئا من حدوده من جميع من في تلك النواحي وعلى أن يمنع مرام شيئا منهم من ذلك ويغالبهم عنه وانصرف راجعا عنه فسار على البحر البحر مشرقا على بلاد البربر فلم يمر بموضع إلا خرج إليه أهله وأهدوه ودخلوا في طاعته ومشوا بين يديه وأخذ إلى ناحية الجنوب فمر بناحية الكوفاس وهي أمة عظيمة فحاربوه فقتل منهم خلقا كثيرا وسار على أمم السودان حتى بلغ مملكة الزموم الذين أكلون الناس فخرجوا إليه عرات بأيديهم حراب الحديد وخرج ملكهم على دابة عظيمة الخلق لها قرون وكان جسيما أحمر العينين فصبر للحرب صبرا عظيما ثم ظفر به الريان فانهزموا في أوحال وإدغال وغابران وجبال وعرة فلم يتهيأ له اتباعهم فيها فجاوزهم إلى قوم على خلق القرود لهم أجنحة خفاف يلتفون بها من غير ريش ومر على البحر المظلم فلما أمعن في السير فيه غشيهم منه قمام فرجع متيامنا حتى انتهى إلى جبا نيارس فرأى فوقه تمثالا من حجر أحمر يومي بيده أن يرجعوا على صدره مزبورا ما وراء أحد وانتهى إلى مدينة النحوس فلم يصل إليها ثم مضى في الوادي المظلم فكانوا يسمعون منه جلبة عظيمة ولا يرون شيئا منه لشدة ظلمته ثم سار حتى انتهى إلى وادي الرمل فرأى على عين أصناما عليها اسماء الملوك قبله فأقام صنما وزبر عليه اسمه فلما عدى وادي الرمل جاز إلى الخراب المتصل بالبحر الأسود المظلم فسمع جلبة وصياحا هائلا فخرج في شجعان من أصحابه يتبعون ذلك الصياح حتى أشرف على سباع عظيمة غريبة الخلق مخرمة الأنوف فبعضها يغير على بعض فيأكل بعضها بعضا فعلم أنه لا مذهب له من ورائها فرجع وعد وادي الرمل فمر بأرض العقارب فأهلكت بعض أصحابه فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقي والعزائم التي كانوا قد عرفوها حتى جاوزوها وسار حتى انتهى إلى أرض سلوقة وكانت بها حية تخرج عن الحد والمقدار فرأوها منتدة فظنوها ميتة فهمموا عليها فوجدوها حية فرجعوا عنها هاربين وتعوزوا منها بالرقاة وتزعم القبط أنه سحرها ومنعها من الحركة وتركها على حالها فلم تتحرق حتى هلكت ويقال أن طول هذه الحية ميل وأنها كانت تبتلع الفيلة وسار إلى مدينة الكند وهي مدينة الحكماء فهربوا إلى جبل وعر كان لهم سعدوا إليه من داخل مدينتهم من موضع لا يقدر هو ولا أصحابه على الصعود فيها فأقام على تلك الطريق يحرسها حتى عدم الماء ولم يجد منه شيئا وضاع أصحابه وكادوا أن يهلكوا عطشا فنزل إليه رجل منهم يقال له ميدوش وكان من أفضل الحكماء وقد غط شعره جسده فقال له أيها الملك المغرور أين تريد؟ وقد مد لك في الأجل ورزقت فوق الكفاية ففيما تتعب نفسك وجيشك هل قناعت بما تملكه واتكلت على خالقك الذي وعبك للغنى وأعانك بهذا الخلق؟ فعجبت نهراوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه وسأله عن مواضع إذا لم يكن أصاب في جيشهم أسر لسكنناهم قال نحن في موضع لا يصل إليه أحد قال فما معاشكم؟ قال من أصول نبات لنا نعتصم به ونقنع فيبقينا ويكفينا اليسير منه قال فمن أين تشربون؟ قال من غدران لنا في الأرض يجتمع إليها الماء من الأمطار والسلوج قال فلما هربتم عننا؟ قال رغبة عن جوازكم وزهادة في خلطتكم وكراهة لقربكم وإلا فليس لنا ما نخافكم عليه قال فأين تكونون إذا حميت الشمس؟ قال في غيران لنا تحت هذا الجبل قال فهل تحتاجون إلى مال أخلفه لكم؟ قال إنما يحتاج إلى هذا المال أهل البزخ ونحن لا نستعمل شيئا منه فاستغنين عنه بما قد اكتفين به ومع ذلك فإن قد رزقنا منه ما لو رأيته لحق قرت ما عندك؟ قال فأرينيه قال فسر معي قال فانطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى أرض في صفح جبل يتصل بهم فرأوا فيه قطبان الزهب نابتا وأروه واديا لهم على جحافتيه حجار الزبرجد والفيروز ثم سار يريد منف فلم يبقى أحد إلا خرج إليه مع العزيز وتلقوه بأصناف الطيب والرياحين والبحورات والملاهي وغرائب الألعاب وكان العزيز قد بنى له مجلسا من الزجاج الغريب الأبيض الصناع الملون وجعل فيه صهريجا من زجاج سماوي وجعل في أرضه سمكا من الزجاج الغريب فلما دخل منف أنزله العزيز في ذلك المجلس وأقام الناس أياما في لهو وسرور يأكلون ويشربون وأمر بعرض جيشه ففقد سبعين ألفا وقد كانوا خرجوا في ألف ألف وكانت غيبته أحد عشر عاما ولما سمع الملوك بالذكر ما عمل في سفره وما غلب من الأمم وما فتح من البلاد وقتل وأسر من الخلق هابوا وخافوا لشدة فأسه وعظيم سلطانه واتصل خبر زليخة مع يوسف عليه السلام بنساء من نساء أصحاب الملك فعيرناها بذلك فأحضرت منهن جماعة وعملت لهن طعاما فلما أكلته أحضرت لهن شرابا وأجلستهن مجلسين مجلسا حزاء مجلس مذهبين جميعا وفرشتهما بالديباج الأصفر المذهب وأرخت عليهما ستور الحرير والديباج وجلس فيهما للشراب وقدمت بين أيديهن فاكهة كثيرة وسكاكين أنصبتها من الجوهر وقالت لهن اقتعن من هذه الفاكهة بهذه السكاكين ويقال أن الذي كان ينزل بين أيديهن أترج وهو المتفكأ فأمرت المواشط بتزيين يوسف عليه السلام وأخراجه إلى المجلس الذي كانت تجلس هي فيه والنسوة وكانت الشمس ذلك الوقت محاذية لذلك المجلس فأغزته المواش ونظمنا شعره بأصناف الجوهر والبسنه ثوب ديباج أصفر من سوج بالدوائر مذهبة وفيها صور خضر صفار وعدلنا شعره على جبينه إلى قرب حاجبيه ووصلنا جبهته وعقرنا على خديه صدغيه ووردنا زوائبه على صدره ودفعنا إليه بمذبت زهب شعر وأخضر فلما فرغ النسوة من أكلهن وجلسنا للشرب أخضرنا الفواكه وسقطهن أخضاحا دفعت إليهن السكاكين وقالت لهن قد بلغني ما أخذتن فيه من أمري مع عبدي فقلنا لها أن الأمر على ما بلغك إلا أنك أعلى عندنا قدرا من هذا ومثلك يرتفع عن أولاد الملوك لحسنك وشرفك وعقلك فكيف كنت ترضين بعبديك؟ قالت لم يبلغ كنا الصدق عني ولم أرضر نفسي بذلك فلو رضيته لكان هو أهلا لذلك وأشارت إلى المواشط بإخراجه فرفعت ستور المجلس الذي يحاز مجلسها وأقبل يوسف عليه السلام والمذب بيده وهن يرمقنه محازيا للشمس فأشرق المجلس وما فيه بوجه يوسف عليه السلام وأرسل مع نور الشمس شعاعا فكاد يخطف أبصارهن وأقبل يوسف عليه السلام والمذبة بيده وهن يرمقنه حتى وقفت على رأسها يزب عنها وهن لا يعقلن وقد وضعنا تلك السكاكين على أيديهن وأصابعهن فقطعنها مكان الفاكهة ولا يشعرن بذلك ولا يجدن ألما وهي تخاطبهن فلا يفهمن خطابها للذي أدحشهن من النظر إلى وجه يوسف عليه السلام فقالت لهن زليخة ملك قد اشتغلت لنا عن فهم خطابي بالنظر إلى عبدي فقلنا معاذ الله أن يكون هذا عبدك أو يكون هذا بشر إن هذا إلا ملكا كريم ولم تبق منهن واحدة إلا أنزلت وحاضت من محبته فقالت لهن زليخة عند ذلك فهذا الذي لمتنني فيه فقلنا لها ما ينبغي لأحد أن يلومك بعد هذا ومن لمك فقد ظلمك وقالت قد فعلت فأبع علي مخاطبته إن قدرت وعدنه الخير مني وحذرته عقوبته على رده لي فكانت كل واحدة منهن تدعوه إلى نفسها سرا وتبزل له ما قدرت عليه وهو يمتنع فإذا قطعت رجاها منه لنفسها حين إسخاطبته عن زليخة وقالت له مولاتك تحبك وأنت تكرهها وما ينبغي أن تخالفها وهي تبلغك إلى أفضل المنازل وتعطيك من الأموال والجوهر فوق ما يرضي فيقول ما لي بذلك من حاجة فلما رأينا ذلك منه وأجمعنا على أخذه غصبا فقالت زليخة ما يجوز ذلك ولا يمكن ولكنه إن لم يفعل لأمنعه للذات ولأنزعن عنه جميع ما أعطيته ولأسجنن فقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي فأقسمت بالها وكان صنما من زبرجد أخضر بإسم عطارد أنه لن يحبها إلى ما تريده لتجعلن له ذلك وكشفت عن الصنم واستعنته على أمره ثم أمرت بنزع سيابه وألبسته الصوف وسألت زوجها أن يحبسه لها ليزول عنها ذكرها به فمال إلى قولها لألا يظن الناس بأهله القبيح وعسى أن ينفي عنها القائل بذلك فأمر بحبسه فحبسه فأقام في استجن بضع سنين ورأى الملك في منامه كأنه آتيا أن أتاه فقال له أن فلانا وفلانا قد عذما على قتلك وكان صاحبي طعامه وشرابه وفي غد تقف على أمرهما فلما أصلح قرارهما فاعترفاه وقيل اعترف أحدهما وأنكر الآخر فأمر بحبسهما وكان اسم صاحب الشراب مارطيس وكان يوسف عليه السلام برا رؤوفا بأهل السجن يصبرهم ويعضهم ويعادهم بالفرج ويفسر أحلامهم إن أخبره صاحب الطعام الملك وصاحب شرابه برؤياهما كما جاء به القرآن فأخرجا من السجن وكانا كما أخبرهما أنه قتل أحدهما وهو الذي أقر ونجى الآخر الذي لم يقر وهو صاحب الشراب ولما رأى الملك في نومه البقرات والسنابل وأراد أن يعبر رؤياه عرفه الساقي خبر يوسف عليه السلام فأرسل إليه إلى السجن ففسرها له وقيل أن الملك قال للرسول سله عن الرؤية قبل أن تقصها عليه ففعل فقال الملك عند ذلك فجئني به فرجع الرسول إليه ليخرجه ويحمله إلى الملك فقال له يوسف عليه السلام لست أخرج حتى يكشف الملك عن أمر النسوة التي قطعنا أيديهن وحبست من أجلهن فأمر الملك في الوقت فأحضرت زليخة والنسوة وكشف عن حقيقة الأمر فوقف عليه وأقرت زليخة والنسوة بما كان منها فوجع الملك إليه وأخرج من السجن وغسل من درنه ونظف وألبس السياب ما يليق به فلما دخل على الملك ورأاه امتلأ قلبه من حبه فأنزله وأكرمه وسأله عن الرؤية ففسرها له كما قال الله عز وجل في كتابه فقال الملك ومن يقوم بذلك فقال له يوسف عليه السلام أنا فأني به عليم فخلع عليه قلع الملك وألبسه تاجا وأمر أن يطاف به ويركب الجيوش معه ويرد إلى قصر الملك ويجلس على سرير العزيز فكان ذلك واستخلفه الملك مكانه وسماه العزيز وبلغ الخراج في وقته سبعين ألف ألف وكان ينزل الناس على منازلهم وهو أول من عرف العرفاء على الناس وكان ممن صاحبه من الإسرائيليين رجل يقال له أمره وهو عمران أبو موسى عليه السلام فجعله حرسا لقصره يتولى حفظته وأغلاقه بالليل وكان قد رأى في كهانته أنه يجري هلاكه على يد مولود من الإسرائيليين فمنعهم المناكحة سلاسة سنين لأنه رأى أن ذلك المولود يكون فيها وأن أمران أتته بعض الليالي بشيء أصلحته له فوقعها فحملت بهارون ثم وقعها في السنة الثالثة فحملت بموسى عليه السلام فرأى في كهانته أنه قد حمل بذلك المولود فأمر بزبح المولودين الذكور من بني إسرائيل ولم يتعرض لأمرأ لقربه منه ولحراسته قصره إلا أن موسى كان قد أمره ما قصه الله عز وجل في كتابه من أمر التابوت وقذف أمه في النيل إلى أن صار إلى تحت قصره وأخذ أمرأته له واسترضاعها لأمه وامتنع فرعون من قتله إلى إن كبر وعظم شأنه ورد فرعون كثيرا من أمره وجعله من قواده وكانت له السطوة ثم وجهه لغزو الكوشانيين وكانوا كدعاثوا في أطراف مصر فخرج في جيش كسير فارزقه الله الضفر فقتل منهم خلقا وأسر خلقا وانصرف غانما سالما فسر به فرعون وامرأته استولى وهو غلام على كسير من أمر فرعون وأراد أن يستخلفه حتى قتل رجلا من أشراف القبط وكان يقرب من فرعون فهرب منه وخرج إلى ناحية مديان وتزوج ابن تثيرون وهو شعيب عليهما السلام على أن يرعى غنمه وأنساه بأجلين فقضأ تمهما وأرسله الله إلى فرعون وولدت امرأته فذهب يقتبس لها نارا فكلمه الله تعالى في جبل الطور وقال له أنضي إلى فرعون وأيده بأخيه فترك امرأته محلها ومضى لرسالة ربه وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل بما يصلحها من آلة الولادة وخة ابنها وكانت الغنم تغضو من عندها وترجع إليها بغير راعي وحمل جبريل عليه السلام الغلام حتى أراه موسى وهو سائر إلى مصر فقبله وتفل في فيه ورده إلى أمه ومر بها رجل من آل شعيب فردها إلى مديان وصار موسى إلى مصر ولقي أخاه هارون ولم يسبته لطول غيبته وكان يقتصر على شاطئ النيل فاستضافه فأضافه وأطعمه جلبانا مطبوخا قد ثرد فيه ثريد وتعرفا وسر بعضهما ببعض وعرفه أن الله عز وجل أرسله ونبهه هو وأخوه وجعله له عبدا وغدوا إلى فرعون وأقاما أياما وعلى كل واحد منهما جبت صوف ومأه عصا التي أخذها من شعيب عليه السلام ومنها كانت إحدى آياته فكانا يأتيان في كل يوم ويجلسان ببابه فلا يصلان إلى فرعون لشدة حجابه إلى أن دخل إليه مضحك كان له فعرفه خالهما وقال بالباب رجلان يطلبان الإذن عليه ويزعمان أن إلههما أخصلهما إليه فأمر بإدخالهما وخاطبه موسى وأراه آية العصف وآيته في بياض اليد وهما آيتان من تسع وكان من خطابه إياه ما قصه الله تعالى في كتابه فسمى موسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ثم حلق العصا ورفعها في الجو ورفعها جبريل عليه السلام حتى غابت عن عيونهم ثم أقبلت في صورة صعبان عظيم له عينين كالترس تتوقدان نارا وتخرج من فيه ومن منخره وهو يزبط غضبا لله تعالى فلا يقع من زبذه شيء على أحد إلا أبرضه وبرست من ذلك ابنة فرعون والسعبان فاتح فاه وذكر أن أمه كانت حاضرة قريبة منهم فابتلع السعبان جميع ما عملته السحرة ومئتي مركب كانت مملؤة عصيا وحبالا وجميع من كان فيها من الملاحين وكان في النهر الذي يتصل بدار فرعون عمد كبيرا وحجارا وكانت قد حملت إلى هناك ليبنيها وأقبل السعبان إلى قصر فرعون ليبتلعه وكان في قبة له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة ووضع السعبان نابه تحت القصر ورفع بابه الآخر إلى أعلى القبة ولهب النار يخرج من فيه وقد أحرق مواضع من القصر فصاه فرعون عند ذلك واستغاس بموسى صلى الله عليه وسلم فسجره فعطف على الناس ليبتلعهم وبلغ بعضهم فسقط بعضهم على وجوه بعض وذهب ليبتلعهم فأمسكه موسى عليه السلام وعاد في يده عصى كما كانت ولم يروا لتلك المراكب أثرا وكان فيها من الحبال والعصي والناس والأعمدة والحجارة وما شربه من ماء النهر حتى بانت أرضه ترابا وكانوا يرون مساكنهم من الجنة قبل أن يموتوا وجاهرتهم رأته ففعل بها المؤمن ففعل به مثل ذلك وكان الروحاني قد قال له إن رب السماء وأنت رب الأرض وقد استخلفتك فيها فأنت رب كل من سكنها من الخلق فتجبر ودع الرموبية وشق الأنهار وغرس الأسجار فلما كان من أمر موسى عليه السلام ما كان فسد ذلك الروحاني وسقطت الطلصمات وبعض الهياكل والمنارات وخرت الأصنام على وجهها وعلت آية موسى وبطل ما كان من الطوفان والجراد والقمل والضفاضع فتحول ماءهم دماء فكانت الإسرائيلية تسقي القبطية من فمها ماء فيعود في فم القبطية دما عبيطا وتعض على الرغيف لتأكل منه فتعض على الضفضاء وأتلف الجراد والقمل جميع زروعهم وهدم الماء أبنيتهم وبعض منازلهم وتبين للناس أنه لا ينفعهم وضاق صدر فرعون من ذلك فرجع إلى مدارات موسى عليه السلام ووعده أن يستخلفه على ملكه وأشار عليه هامان والكهان أن لا يفعل ثم أمر الروعي أن يقتل موسى فخرج جماعة إلى الموضع الذي فيه لذلك فأتت نار فأحرقتهم ورأى فرعون كأنه أخذ برجليه ونقص على رأسه في حزيرة نار وكأنه يستغيص ويقول إني لمؤمن بموسى وربه فخلوا عنه فدع هامان وعرفه ذلك وقال له لم يبق بعد هذا الشيء وأريدنا من نبي موسى فقال له هو الذي عمل لك الرؤية ليهولك فتريد أن تكون عبيدا بعد أن كنت ربا وتستخف بك رعيتك وتسلب ملكك قال فتلطف به وبعد ذلك منعه منه وكان يبعث إليه سرا ويستنتظره فلما تم الأجل ولم يفعل فرعون شيئا ذكر كثر البلاء عليهم وتهدمت منازلهم مفسدت وكثرت الآيات في منازلهم وكان الناس قد خافوا موسى وهابوه وكانوا يؤمنون به سرا فمن آمن به زال عنه الأزاء فلما زاد الأمر على فرعون أحضر موسى وقال له أني أجبتك مالي عندك قال أردت شبابك وأضعف عمرك وآمنك من جميع العلل أو من زوال ملكك وأعلى يدك على من ناوأك من الملوك وأكثر فيك نشاطك وأكلك وشربك قال له فرعون إن فعلت ذلك فقد أنصفت فانظرني إلى غد ثم شاور هامان فمنعه وقال له نموت غدا أصلح لنا قال فلما بأس منه قال فأطلق لي بني إسرائيل قال ما أنما تريد إخراجه من بلدي لتكون عليهم أميرا ملكا وأنا أنتفع بخدمتهم وهذا حدث حسد منك علي فسار ببني إسرائيل إلى ناحية بحر القلزم ليخفي آثارهم فلما كان في آخر الليل عرف فرعون بخروجهم وما فعلوه بنساء القبط من إعارة حليبهن إلى الإسرائيليات ودعائهن به فجلس لوقته ونادف الناس فلما اجتمعوا أمرهم أن يتأهبوا للركوب في آثارهم وآجلهم سلاسة أيام وخاطب كل من قرب منهم وبعد من جيوشه وحشوده ألا يتأخروا عن لحاقه طرفة عين فلما أصبح في اليوم الرابع ركب الناس وركب معهم يتقدمهم واتبعوا آثار بني إسرائيل ولم يبقى أحدا من أولاد الملوك ولا من أتباعهم ولا من فيه فضل إلا سار معه فيقال أنه كمل عددهم وزاد على موسى عليه السلام ستة آلاف فلم يمر موسى عليه السلام بيعلم من أعلامهم إلا سقط ولا بصنم إلا سقط لوجهه وساروا مقربين حتى لحقوهم على ساحل البحر فلما أحس موسى عليه السلام بهم قال لأخيه هارون تقدم إلى البحر وكنه بأبي العماس ومره أن يكف عنه موجه ويسكن عنه حركته حتى أصل أنا ومن معي فمضى هارون لذلك وركب موسى عليه السلام فلما وقف موسى على البحر ضربه بعصاه فانشق فانشق لوجهه وظهرت فيه إسنتي عشرة طريق فدخل كل صبط على طريق وجعل بينهم طاقات رقيقة من الماء ليرى بعضهم بعضا فدخل القوم ودخل موسى عليه السلام في آخرهم فلما رأاهم في البحر همى بتركهم خوفا من البحر فأقبل جبريل عليه السلام بفرس بلقاء فدخل في أثرهم فلما رأاها فرس فرعون اقتحم به في أثرها فلم يقدر فرعون على إمساكه لأنه كان حصانا وقد كان طال عمره فلما دخل فرعون تبعه قومه عن آخرهم فلم يبقى في البري منهم أحدا فتوسطوا البحر وقد خرج موسى عليه السلام ومن معه من الناس فأمر الله تعالى جل جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعون وقومه ففعل فلما رأى ذلك فرعون قال أمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين ولم يقلها صحيح النية فلما سمعه جبريل عليه السلام رجمه بكف من الحم أضرب بها وجهه وسد بها فاه خوفا أن يرحمه الله تعالى بذلك القول فغرق الجميع ولم يفلت منهم أحد وحملت أرواحهم إلى النار ولما هلكوا طرح الله تعالى جملة منهم على عبر البحر منهم فرعون في موضع مرتفع من الأرض حتى رأوه وعرفوه وبيّن الله ذلك في كتابه الكريم الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تم وكمل كتاب أخبار الزمان وما أباده الحدسان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران بمعونة الله وقوته فله الحمد والشكر على ما أولى من النعم الجسام والبر والأنعم على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى الرحمة والمغفرة والرضوان عبد الرحمن بن محمد بن محمد البصري